مبدأ كده صديقي تاريخ العرب وشبه الجزيرة العربية وصلنا عن طريق الرواية الشفوية ودي كانت عبارة عن حكايات الناس اللي كانوا عايشين في العصور دي او عصروا احداث معينة منها وبدأ انهم يحكوا للاجيال اللي جات من بعدهم وهكذا فضلت الحكايات دي تتنقل من زمن لزمن لحد ما وصلت لنا وكل ده طبعا كان غير اسرائيليات الوقت ده ودلوات لو جنا نبص على شكل المجتمع العربي فهلا ان العرب تأخروا عن الامم المجورة لهم في الحضارة وغلبت عليهم البداوة وعاش اكثرهم عيشة قبائل رحل لا يتصلون بالارض اتصالا وثيقا ما بيبذلوش جهد عاقل في تنظيم بيتهم الطبيعية زي ما بيعمل اهل الحضر لكن كانوا بيعتمدوا على ما تفعل الارض والسماء فان امطارت راعوا وإلا ارتاقبوا القادر والنعدة من المعيشة لا يرقي قومه ويسلمهم الى الحضارة والحياة البداوية دي كانت الغالبة على العرب لكن مش جميع الاماكن حرمت من الحضارة والتمدن فالعرب كانوا ما بين بدو وحضر والبدو كانوا بيحتقروا كل مظاهر التمدن بعكس الحضر اللي كانوا بيسكنوا المدن وبيعتمدوا على التجارة والزراعة واسسوا ممالك وكانوا بينقاسموا لقبائل والقبيلة هي الاساس اللي بيتبني عليها نظامهم الاجتماعي ولان القبائل كانت في نزاع دائم كان ممكن تتحالف قبيلة مع قبيلة او قبائل تانية للاغارة على حلف اخر او لرد غارة وكان المجتمع العربي بيتكون من 3 طبقات الطبقة الاولى ودي كانوا بيسموها العرب الصلبية اللي بترجع اصولهم للجد الاكبر من القبيلة دي وبالتالي بيربط بينهم وبين بعض رابط الدم اما الطبقة التانية ودي كانوا بيسموها الحلفاء والطبقة دي بيكون افرادها تم طردهم من قبيلتهم لسبب فلجأوا القبيلة التانية غير قبيلتهم الاصلية ودخلوا في حلفها وإحميتها وبيكون الهدف من دخولهم في تحالف مع القبيلة الجديدة دي انها تحميهم ويعيشوا في كنفها وينالوا شرفها وطبعا في المقابل الحلفاء هيراعوا مصالحها او بتكون قبائل صغيرة وعشائر ضعيفة مش قادرة تحافظ على نفسها فبتلجأ لقبيلة تانية تكون بمثابة حليف قوي عشان يعزز من مكانتها ويقويها وده كان في حد ذاته بيعتبر شيء مقدس عند العرب لان بمجرد انعقاد التحالف ده بيكون خلاص بقى فيه دعم بين القبيلتين ببعن انهم هيبقوا يدفعوا مع بعض عن امنهم وبيحموا مصالحهم المشتركة وبيبقى الوفاء موجود بينهم يعني كل واحد من افراد القبيلة دي هيحم حليفه من القبيلة التانية ويشد من ازره لو هجمته قبيلة اخرى او محتاجة تاخد بترها منه وبيقول البكري فلما رأت القبائل ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة وتنافس الناس في الماء والكلأ والتماسهم المعاش في المتسع وغلبت بعضهم بغضا على البلاد والمعاش واستضعاف القوي للضعيف انضم الذليل منهم الى العزيز وحالف القليل منهم الكثير وتباين القوم في ديارهم ومحالهم وانتشر كل قوم فيما يليهم وهنا عاوز اقول لك معلومة مهمة جدا وهي ان صفة الخيانة مش من صفات العرب اصلا فاللي كان بيحصل ان كل واحد كان بيدفع عن حليفه بشكل مستميت حتى لو كان ده هيكلف حياته ولكن اهم حاجة ما يخونوش العهد والحقيقة ان معظم القبائل كانت بتدخل في الاحلاف دي الا عدد قليل من القبائل المهيمنة اللي كانت قوية باعتدها واهلها وطبعا كانت بتتفخر بنفسها لانها ما بتعتمدش على حليف في دفع عنها وادر انها تاخد بتارها وتنال حقها بسفة اما الطبقة التالتة فهي طبقة العبيد والطبقة دي طبعا كانت طبقة دنيا ملهاش اي حقو في القبيلة وافردها كان بيتم التعامل معهم على اساس انهم غنائم حروب وبيتباعوا في الاسواق والعبيد ما كانش لهم اي دور في المجتمع الا انهم كانوا بيعملوا في خدمة الطبقات العليا والقتال في صفوفهم اما بقى عن الصفات اللي اشتهر بيها العرب واللي ميزتهم عن باقي الامم وعقليتهم وشمائلهم اللي اشتهروا بيها قبل اندمجهم واختلطهم بالحضارات الاخرى فهنلاقي ظاهرة وقد البنات اي دفنهم احياء لانهم كانوا بيعتقدوا ان البنات بشكل عام بيجلبوا الخزي والعار على عكس الاولاد اللي لهما كان اكبر عندهم باعتبار الولد مصدر الشجاعة والرفع بين القبائل والبعض كان بيؤيد بناتو خوفا من الفقر وطبعا الصفة دي ما نقدرش نعممها على الكل وبالرغم من انتشارها الا ان عدد كبير منهم كان بيكرهها ومش بيتصف بيها وذكرت المصادر التاريخية ان كان فيه جبل في مكة اسمه ابو دلامة كان بيتم وقد البنات فيه وذكر ان صعصا عبن ناجية جد الفرزدق الشاعر المعروف كان بيشتري البنات ويفديهم من الاتل كل بنت بنقتين عشروين وجمل وقال الفرزدق مفتخرا احيا جد اثنتين وتسعين موؤودة وقالها شعرا وجد الذي منع الوائدات واحيا الوائد فلم يؤد وللعلم صديقي ما فيش اتفاق على اسم القبيلة الاولى الا امد بوائد البنات لكن في اتفاق على احداث القصة فقالوا ان الرئيس بني ربيعة كان لي بنت وقعت اسيرة في ايد قبيلة اغانت عليهم فلما عقدوا الصلح البنت رفضت ترجع لقبيلتها فاختارت بيت اسرها فغضب رئيس قبيلة ربيعة وهو اللي بدأ وائد البنات وقال لديته بقية العرب لحد ما انتشرت بين القبائل واشهر شعراء العرب والملقى بملك العرب امرئ القيس اتوصف انه كان مئناثا لا ذكر له وشديد الغيرة فكان لما بيتولد لي بنت بيوئدها فنساء كانوا بيخبوا بناتهم في احياء العرب ولما عرف تتباهم وقتلهم وبالنسبة بقى للصفة التانية فكانت شرب الخمر والخمر عند العرب كان ليه خصوصية كبيرة فهم تغنوا بيها وصنعوها بانواع كتير وما كانتش الخمرة محرمة او فعل يستدعي الشعور بالذنب بل بالعكس كانت مصدر فخر وجاه وشربها دليل على الغنى وعلو المكانة لكن البعض حرمها وامتنى عن شربها وكان منهم عبد المطالب بن هاشم وشيبة بن ربيعة وورقة بن نوفل وقيل ان اول من حرمها من العرب هو الوليد ابن المغيرة ولشدة حب العرب للخمر كان ليهم اماكن معينة بيجبوها منها زي مدينة اندرين في الشام والتي تغنى بيها عمر بن كلثوم في معلقته ألا هبي بصحنك فاصبحين ولا تبقي خمور الاندرين مشعشعة كأن الحص فيها اذا ما الماء خالطها سخينة اما عن اثافت اللي ذكرها الاعشاء وحب اثافت وقت القطاف ووقت عصاره اعنابه ومن اشهر ابيات العرب في حب الخمر ابيات عنطر بن شداد الا وصف فيها نوع من الخمر كم بيجيبو العرب من اليمن طربت وهاجني البرق اليماني وذكرني المنازل والمغاني واضرم في صميم القلب نارا كضربي بالحسام الهندواني وزي ما في شعراء عرب تغنوا بالخمر في شعراء غيرهم حرموها وكم منهم ان بغل جعدي وامي ابن ابي الصلط اما بقى الصفة التالتة فكانت لعب الميسر والميسر هنا المقصود به هو لعب القمار وذا كان ركن اساسي في حياة العرب وثقافة ضرب جذرها في اعماق الحياة الروحية والمادية ليهم والعرب كانت بتفتخر بالميسر لانه ما كانش بيقوم به الا الرجال الكرام اصحاب الهمة العالية الذين لا يقيمون وزنا للمال وبيقول الشاعر طرف ابن العبد في وصف سهام الميسر واصفر مطبوح نظرت حويره على النار واستودعته كفة مجمد فبالطرفة وفخر بانه منح قضحه لرجل معروف بالخيبة وعدم الفوز وده بيدل على انه لا يقيم وزنا للمال وما بيحرصش على كسبه فغيته هي المتعة والنشوة فقط نيجي بقى للصفة الرابعة اللي بعد كده وهي الزنا فالعرب نظروا للزنا على انه احد المحرمات اللي بتخلي بشرف الانسان وده بالنسبة للأحرار والحرائر لان الاماء واللي كانوا جزء من المجتمع العربي وقتها كانوا بيمرسوا الفعل ده عادي فمثلا في قول شهير لهند بنت عدبة بتقول وهل تزني الحرة وده بيدل على ان الزنا في المجتمع العربي وقتها كان محصور في فئة معينة وبيقول المؤرخ العراقي جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام الزنا الذي يعاقب عليه الجاهليون هو زنا المرأة المحصنة من رجل غريب بغير علم زوجها وهو خيانة وغدر اما زنا الاماء فلا يعد عيبا اذا كان بعلم مالكهن وبامره فكانت المرأة الحرة المحصنة تعير ان زنت ومن المتناقضات عند العرب ان الزنا كان بيعتبر نقص بالنسبة للرجال لكن لا يعب عليه لان الرجل رجل ومن حق الرجل الاتصال بالنساء وكانوا بيفتخروا به واختلف العقاب على الزنا بحسب الاعراف القابلية المتبعة عند كل قبيلة في بعض الاحيان كان بيتم تغريب الزان ونفيه وفي احيان اخرى كان بيتم رجمه وقيل ان اول من رجم في الزنا في الجاهلية ربيع ابن حدان اما عن صفة حرمان المرأة من المراث فكان العرب بيحرم المرأة من حقها في المراث سواء من ابوها او اخوها او حتى زوجها وكانوا بيشوف انها ملهش اي حق فيه واساس المراث في الجاهلية كان القدرة على حمل السيف ومقاتلة الاعداء وعشان كده انحصر الارث عندهم واقتصر على الذكور البالغين وحرمت منه النساء والاطفال وكانوا يقولون لا يعطى المال الا من قاتل على ظهور الخيلة وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة وبيقول محمد يوسف عمر في كتابه الميراث والهبة اما المستضعفون من الاقارب وهم النساء والصغار من الاولاد فكانوا يحرمون من الميراث وكان هذا من الجاهلية تصرفا في منتهى القسوة والجهل لان الورثة الضعاف من النساء والاولاد كانوا احق بالمال من الرجال الاقوياء فعكسوا الحكم وابطلوا الحكمة فضلوا باهوائهم واخطأوا في ارائهم وبقول جمال عطي الجندي عد منعهن النساء امرا يتفق مع نسق حياتهم الاجتماعية من تحقيرهم للمرأة والانتقاس من قدرها وحرمانها من حقوقها ويتناسب مع طرائق اكتساب المال والثروات لان اهم طرق اكتساب المال عندهم كان في الغارات والقتال وحيازة الغنائم وهذا الامر لا يقوى عليه الا البالغون من الرجال وعلى رغم من كده صديقي بيؤكد سيف الدين الطرفاوي ان في حالات قليلة عند العرب كان البعض بيورث النساء ويسويهن بالذكور في النصيب وكان من ضمن عددهم انهم كانوا بيقتلوا اولادهم بشكل عام بغض النظر عن كنهم اولاد او بنات وده كان بيحصل بسبب خوفهم من الفأر وانهم يقدروا شوفروا سبل المعيشة ليهم فكانوا بيقتلوهم علشان يتخلصوا من الفكرة دي ونيجي للعصبية القبلية ولان العرب كانوا قبائل متفرقة كانت العصبية القبلية بمثابة الاساس للاعراف القبلية السائدة وكانت في الوقت نفسه من اسباب الفرقة والتقاتل بين الناس من القيم المميزة للعصبية القبلية فالعصبية عندهم ان يهب ابن القبيلة اذا سمع نداء العصبية حاملا سلاحه او بغير سلاح لينصر اخاه ولا يسأله لما فهم ما كانوش بيسأله بل بيلبوا نداء اخوانهم من غير اي نقاش ومطلوب منهم يقدم العون سواء كان معتاديا او معتدا عليه فالعرب كانت بتحكوهم اعراف قبلية متنوعة واجب اطاعتها والعمل بيها وكانت العصبية القبلية هي اساس النظام وكان المسؤول عن تطبيع الاعراف على افراد القبيلة هو شيخ هذه القبيلة واللي كان اساس اختياره ان يكون من اشراف رجال القبيلة ومن اكبرهم سنا واقواهم عصبية الاعراف منها اللي كان حاسا زي اللي بتتعلق بدفع ديات القتلى وفضل منازعات بين القبائل ومنها السلبي زي وجوب الاغز بالثأر بصوره الجائرة ومن مظاهر القبلية العناية بالانساب وبتعد الانساب الرابط اللي بيجمع شمل القبيلة وشتتها ومن ثم فهي من الامور اللصيقة بالعصبية واحد اهم مقاومتها يقول ابن خلدون العصبية انما تكون من الالتحام بالنسب وعشان كده كانت كل قبيلة تعني بحفظ انسبها والعناية بيها وده كان من مهام شاعر القبيلة لان الجانب ده ما كانش بيخلو من وجه ذميم بيتمثل في التفاخر بالاحساب والطعن في انساب القبائل الاخرى وبتتمثل مظاهر القبيلة عند العرب برضو في التمايز الطبقي بين افراد مجتمع القبيلة فاهل الجاهلية كانوا بيعملوا الناس حسب منازلهم ودرجتهم وعلى مبدأ عدم التكافؤ بين الناس عشان كده انقسم المجتمع القبلي لطبقات اجتماعية ثلاثة واحد طبقة الاحرار ابناء القبيلة الصرحاء وهم الذين يجمع بينهم الدم الواحد والنسب المشترك اثنين طبقة الموالي وهم من انضموا الى القبيلة من العرب الاحرار ومن غير ابنائها عن طريق الجوار او الحلف او العتقاء من الارقاء ثلاثة طبقة الارقاء وهم المجلوبون عن طريق الشراء او اسر الحروب وتالت حاجة من مظاهر القبيلة هو الحلف والولاء اللي اتكلمنا عنه من شوية وبرضو الاغذب الثأر فالقاعدة عند العرب ان الدم لا يغسل الا بالدم فكانوا لا يقبلون بالقصاص الا ممن يكافئ المقتول في المنزلة والدرجة والمكانة فلو ان عبدا قتل سيدا من سادات القبيلة لا يؤخذ الثأر من هذا العبد القاتل بل من احد اشراف القبيلة التي ينتمي اليها هذا العبد على الرغم من برأته من هذا الدم ومن اشهر ابيات شار العرب تعبيرا عن العصبية القبالية ابيات عمرو بن كلثوم اللي الفيها وقد علم القبائل من معد اذا قبب بابطاحها بنينا بان المطعمون اذا قدرنا وان المهلكون اذا ابترينا وبعد ما تكلمنا عن صفات العرب خلينا نشوف مكانة المرأة في الجاهلية شوف يا صديقي المرأة في المجتمع الجاهلي ما كانش ليها اي حقوق ولا حتى لها حق في الميراث زي ما قلنا يعني المرأة كانت بتتعامل على اساس انها من ضمن الممتلكات اللي بيملكها شخص زيها زي الاموال والبهائم اعزكم الله ده غير ان ما كانش بيبقى لها اي حق على زوجها لدرجة ان كان ممكن يطلقها اكتر من ثلاث مرات ويرجحها تاني عادي جدا وكان يظر انه يتزوج عليها اي عدد من الزوجات زي ما يحب يعني الزوجة بالنسباله كانت شيء ممتع وبس ومن شدة سومة كانت المرأة وتعرضها للإهانة في المجتمع الجاهلي لو كان زوجها مات عنها بتصبح بمثابة الميراث لأكبر أبنائه يعني المجتمع ده كان بيحلل للزواج من زوجة الأب بعد وفاته ومش بس كده دي كانت عددها بتكون سنة كاملة وفي خلال السنة دي بتلبس أسوأ الملابس ولا تتطهر أبدا لدرجة انها كانت مش بتقص ولا شعرها ولا حتى أظافرها وده طبعا حداد على زوجها المتوفة وبما أننا صديق تكلمنا عن المرأة يبقى أكيد هنتكلم عن الزواج عند العرب قديما فالزواج عند العرب كان متعدد الأشكال ومنه واحد النكاح العقد وده النوع الأكثر انتشارا ويعتبر الشكل الرسمي للزواج وبيشبه الزواج عندنا في الوقت الحالي يعني وقتها كان الراجل بيروح يخطب الفتاة من أهلها ولو أهلها وفقه بيشترط عليه مهر وصداق وبتتم الزيجة أما النوع الثاني فهو نكاح الاستبضاع شوف يا صديقي الزوج كان بيجي لزوجته بعد ما تتطهر من حيضها ويطلب منها أنها تروح عند رجل غيره عشان يتم حملها منه كان بيطلب منها أنها تختار الشخص أو يكون شخص بصفات حسنة علشان الولد تكون فيه نفس الصفات لأن الأصل في النوع ده من الزواج هو الإنجاب فكان الاختيار بيتم على شخص حسن الصفات والنسب علشان الطفل يحمل نفس الصفات أما النوع الثالث فكان نكاح الرهط اللي كان بيحصل في وجود مجموعة من الرجال بيكون عددهم أقل من عشرة وكلهم يدخلوا بمرأة واحدة ولو المرأة دي حملت كانت بتختار هي أنه واحد فيهم هيكون الأب وبالفعل الراجل بيسلم الموضوع ويتقبله عادي وآخر نوع من الزواج هنتكلم عنه فهو نكاح البغاية وده بقى كان بيتم في وجود عدد كبير من الرجال اللي بيدخلوا بمرأة واحدة بس النوع ده من النساء كان معروف لأنهم كانوا بيحطوا رايات معينة على أبوابهم ولما المرأة كانت بتورد طفلها كانوا بيجيبوا كل رجال القرية ويرضوا عليهم الطفل ده وأكثر راجل يلقوا إنه شبه الطفل ده كان بيبقى هو أبوه وبما إن الأنواع دي من الزواج كان فيها ظلم للمرأة فأكيد أنواع الطلاق هتكون زيها وهنا حابب أعرفك إن كان فيه أنواع كتير من الطلاق لكن احنا هنا هنتكلم عن أشهر الأنواع وهو النوع وهو طلاق الثلاث وده النوع اللي بيشبه الطلاق الموجود في وقتنا الحالي وهو الطلاق اللي بيقع بعد ثلاث طلاقات أما النوع الثاني هو الظهار وده كان من أكثر أنواع الطلاق انتشارا في الجاهلية وكان الزواج فيه بيحرم زوجته على نفسه يعني يقول لها أي كلمة تدل على إنها محرمة عليه زي باقي النساء المحرمت عليه زي مثلا أمه أو أخته فيقول لها أنت علي كظهر أمي أو أختي والنوع الثالث هو الإيلاء واللي بيحصل فيه أن الراجل بيمنع نفسه عن إتيان زوجته لمدة سنة أو سنتين والنوع الرابع فهو الخلع وده بكل المرأة الحق في إنها تنفصل عن زوجها والخلع متعرف عليه في وقتنا الحالي ودلوقتي بقى نيجي للعبادة فالعرب عرفوا دين التوحيد دين إبراهيم عليه السلام وعرفوا اليهودية والنصرانية وبالنسبة لبداية وجود اليهودية في شبه الجزيرة العربية فمش معروف تاريخ محدد لدخلها ولكن اليهود جم لشبه الجزيرة العربية واستقروا فيها وعلى الرغم من إن عددهم كان قليل إلا إن وجودهم في بلاد العرب ساعد على اعتناق جزء من العرب في الوقت ده لليهودية ولكن مش بشكل كبير ومن أشهر المدن في بلاد العرب اللي كان فيها عدد كبير من اليهود فكانت مدينة يثرب اللي هي المدينة حاليا أما النصرانية فكان لها الحظ الأوفر من الانتشار وده كان عن طريق بعض النساك والنصارى نفسه وده لإن النصارى كانوا بيجوا بالتجارة من بلاد الشام لبلاد اليمن مرورا بالعرب اللي في شبه الجزيرة وكمان النساك كانوا شايفين إن شبه الجزيرة مكان هادئ للتعبد وإنها مناسبة لبناء أديرة للعبادة وبسبب الاختلاط ده دخل عدد من العرب النصرانية وكان عددهم أكبر من الناس اللي دخلوا اليهودية وأكتر المدن اللي انتشرت فيها النصرانية فكانت مدينة الحيرة أما عن عبادة الأصنام فهي اللي كان لها نصيب الأسد من الانتشار والأصنام كانت بأسماء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة ودول كانوا عند قوم نوح ومن هنا انتشرت عبادة الأصنام بين القبائل العربية وقبل ما أحكي لك إزاي بدأت قصة عبادة الأصنام حابب أضح لك شيء مهم جدا وهو إن أهل مكة في البداية كانوا بيعبودوا الله عز وجل على دين التوحيد دين إبراهيم عليه السلام التوحيد؟ طب وإن اللي خلاهم يعبودوا الأصنام؟ شوف يا صديقي مكة كان بداية ظهورها مع القصة المشهورة لسيدنا إسماعيل عليه السلام والسيدة هاجر لما نبي الله إبراهيم عليه السلام تركهم في مكة ومن بعدها فضلة مكة دينها التوحيد على ملة نبي الله إبراهيم عليه السلام ولحد ما حصل حاجة غريبة جدا غيرت عبادة أغلب شبه الجزيرة العربية تغيير جذري وهي إن كان فيه واحد اسمه عمر ابن لحي وده شخص من العرب اللي كانوا عايشين في شبه الجزيرة العربية الرجل ده دهب بتجارته لبلاد الشام وللأسف فشل في التجارة دي ومعرفش يجني ثمارها وبالتالي أصبح عنده يأس شديد من الحياة وفكر في إنه ينهي حياته ولكن في بلاد الشام رأى عمر ابن لحي الناس بتعبد الأصنام فسألهم وقال لهم ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون ألولو هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا فقال لهم ألا تعطوني منها صنما فأسيروا به إلى أرض العرب فيعبدوه فأعطوه صنما يقال له هوبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه ومن هنا بدأت عبادة الأصنام في شبه الجزيرة العربية وغير الصفات اللي تكلمنا عنها هل لا إن العرب كان عندهم صفات جميلة جدا ميزتهم عن باقي شعوب العالم وما زالت بتتردد لحد اليوم وأول وأهم صفة عند العرب فهي صفة الكرم اللي كانت صفة أصيلة في العرب وكانوا بيعتبروها من أهم صفات السيادة عندهم وبيتباهوا بعدد الضيوف وبيتسرعوا في إكرامهم فالعرب كانت تقول فلان كثير الرماد كناية عن كثرة إشعال النار لإكرام الضيوف بما إننا ذكرنا صفة الكرم فلازم نذكر أشهر العرب كرما واللي كان بيتضرب بالمثل في الكرم وهو حاتم الطائ اللي كان مشهور عند العرب بكرمه وسخاء لضيفه لدرجة إنه كان بيعتق العبد اللي بيجي مع الضيف وبالإضافة لشهرته بالكرم فهو كمان كان مشهور بالشعر والبلاغة فقال كتير من الأبيات عن الكرم واللي كان منها وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما في إلا تلك من شيمة العبدي ونجي بقى للصفة التانية وهي الشجاعة والفروسية اللي كانت طبعا من أشهر الصفات عندهم وده لإن أغلب حياة العرب كانت بتعتمد على الحروب وكانت القبيلة اللي منها اشتريك عسكري بيعتبروها قبيلة ضعيفة بالقبائل وطبعا يا صديقي هم ما كانوش بيحربوا كده وخلاص لا بالعكس حروبهم كانت للحفاظ والدفاع عن عرضهم وشرفهم لدرجة إنهم ما كانش عندهم منع أبدا إنهم يموتوا في دأل قابلتهم وحلفائهم وأي حد تحت حمايتهم يقول أوسي بن حجر في الافتخار بالسيف والقوس وإن امرئ أعددت للحرب بعدما رأيت لها نابا من الشر أعصلا وأبيض هنديا كأن غراره تلقل إبرق في حبي تكللا باختصار كده صديقي العرب ما كانوش خوانة ولا بيقفوا أبدا مكتوف الأيدي أصاد أي عدو ليهم أو أي حد بيحاول لاعتداء عليهم أو على ممتلكتهم وهنا بن خالدون شاف أن العرب البادية كانوا أكثر شجاعة من عرب الحضر وده بسبب الطبيعة الجبلية اللي كانوا عايشين فيها واللي فرضت عليهم إنهم يدفعوا عن نفسهم بشكل مستميد وده على عكس الحضر أو المدينة اللي بيدفع عنهم بيكون حاكمهم ويقول عن ترى بن شداد يعب لك من فارس خليته في وسط رابية يعض حصاها يعب لك من حرة خليته تبكي وتنعيب علها وأخاها أما بالنسبة للصفة التالتة وهي صفة الوفاء وطبعا دي كانت صفة مهمة جدا عندهم فاشتهروا بوفاهم للعهود وعدم نقدها أبدا مهما كانت الظروف وكانوا بيكرهوا الغدر والكذب وأي حد كان بيتصف بالصفة دي بينهم كانوا بيتبروا منه فيقول زهير بن أبي سلمة ومن يكذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذممه وطبعا بما أننا بنتكلم عن صفات فما ينفعش ننسى فخرهم وعزتهم بنفسهم وبالقبائل بتاعتهم وبما أن العرب أهل فصاحة وبلاغة فكان الفخر دا من أهم الصفات اللي اشتهروا بيها فكتبوا ملايين أبيات الشعر في الفخر اللي كان شائع جدا بينهم ومن أكتر ألوان الشعر انتشارا عندهم فكانوا بيألفوا قصائد طويلة في مدى فخرهم واعتزازهم بنفسهم وحربهم وطبعا هما كانوا بيعلقوا القصائد بتاعتهم دي على أستار الكعبة في إشارة منهم على علو شأنها ومن أشهر اللي كتبوا في الفخر كان الشاعر عمر بن كلثوم اللي ألف اعتزازوا بقبلته ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة وذا صديقي كان حال المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية واللي حيكون على وشك حدث من أعظم الأحداث اللي مرت على البشرية الحدث اللي هيغير حياتهم والتاريخ تغيير جذري وزي ما قلنا إن شبه الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة متمسكة بعدتها ورفض الانخراط بأي حضارة مجورة لها لدرجة خلت ملابح التغير عليها أمر شبه مستحيل هتتوحد تحت راية وحدة وتصبح حضارتها الثقافية والعلمية والدينية ملء الأسماع والأبصار فيما بعد على يد محمد بن عبد الله فتى قريش الذي صاحب مولده رؤى لم يشهدها أحد من قبل وهو الذي حاول اليهود قتله لو حبيب تعرف أكثر عن مولد ونشأة محمد بن عبد الله ابن عبد المطالب وهي قصة ميلاده وسبب تسميته بابن الزبيحين وسبب تسميته بمحمد ولليهود كانوا عايزين يقتلوه يبقى لازم تتابع معنا فيديو النهاردة للآخر بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ربنا أمروا أن يروح مكان في الصحراء اسمه جبال فران المقصود بمكة حاليا أمر الله جل جلاله أن يترك ابنه إسماعيل الرضيع وزوجته هاجر وسط الصحراء اللي كانت خالية من الزرع والمياه وطبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام امتثل لكلام ربه ودعاه أنه يرزق ابنه وزوجته من الخيرات وإن الناس الموجودة في المناطق المحيطة بيهم يتهفت عليهم ويصبح المكان عمار ولما بدأ بكاء إسماعيل الرضيع من شدة الجوع والعطش بدأت أم هاجر تسعى بين الصفا والمروة بحثا عن أي طعام أو ماء لحد ما انفجر من تحت قدمي إسماعيل بئر زمزم ومن بعدها بدأت تتهافت القبائل على المكان لأعماره ولما أصبح إسماعيل شاب شاف أبو إبراهيم عليه السلام رؤيا بذبح ابن إسماعيل فأخذ سيدنا إبراهيم ابن إسماعيل وقال له الرؤيا اللي شافها امتثل إسماعيل أمره ولكن بعد ما وضع إبراهيم ابنه في وضع الذبيحة نادى عليه منادي من السماء وقال له إنه صادق وعبد صرع ونزل عليه كبش فداء لابن إسماعيل عليه السلام الذبيح الأول ومرت السنين وجع عبد المطالب ابن هاشم ابن عبد مناف اللي نظر وهو بيحفر بئر زمزم إنه لو رزق بعشر أولاد هيثبح واحد منهم للألهة وفعلا رزق عبد المطالب بعشرة أولاد ولما جاء وقت الوفاء بالنذر قرر إنه يعمل قرعة بين أبناؤه علشان يختار هيتبح من فيهم وفاء بالنذر فوقع الاختيار على أقرب ولد لقلب عبد المطالب وهو ابن عبد الله ولأن عبد الله كان محبوب جدا عند القريش فلما جاء عبد المطالب يذبحه ومنعه واقترحوا عليه إنه يروح لكاهنة علشان يشوف بديل للذبح وفعلا راح عبد المطالب للكاهنة اللي اقترحت عليه إنه يعمل قرعة بين ابنه عبد الله وبين عشرة من الإبل وفي كل مرة هيقع الاختيار على ابنه هيزود عبد المطالب عشرة كمان وفيض الاختيار يقع على عبد الله فيزود عبد المطالب في عدد الإبل لحد ما وصل عددهم لمية وأما عبد المطالب بذبحهم كلهم فداء لابنه عبد الله الذبيح الثاني ومرت السنين وتزوج عبد الله من آمينة بنت وهب ابن عبد مناف من بني زهرة ابن كلاب وبعد زواجهم بفترة أصيارة ذهب عبد الله في رحلة تجارية لبلاد الشام وتوفى في طريقه وهو راجع لمكة وفي الوقت ده زوجته آمينة كانت حامل وبمجيء عام الفيل اللي هجم فيه أبرها الحبش الكعبة بجيش كبير على رأسه فيل ضخم بغرض هدمها ولدت آمينة بنت وهب سنة خمسمائة واحد وسبعين ميلاديا تقريبا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطالب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهرن ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن الذبيحين اللي بيرجع نسبه في الأصل إلى سيدنا إسماعيل عليه السلام الذبيح الأول وأبوه عبد الله ابن عبد المطالب الذبيح الثاني وبعد مولده بعتت أمه لجده عبد المطالب تخبره بمولودها اللي فرح جده عبد المطالب به وبقى لمكانة كبيرة جدا في قلبه وقرر أنه يسميه محمد ولأن الاسم ده ما كانش شاء عند العرب فسأل عبد المطالب عن سبب تسمية حفيده بالاسم ده فقال أردت أن يحميده الله في السماء وخلقه في الأرض وأول ما تولد محمد بن عبد الله أرضعته أم آمينة أيام معدودة قال المؤرخين أنهم كانوا مين وبعد كده أرضعته ثويبة جارية عمه أبي لهب لمدة يمين أو ثلاثة وبعد كده التمس جده عبد المطالب المرضيعات من البادية لرضعته وده لأن من عدات العرب أن أول ما نساءهم بتلد كانوا بيبعثوا طفلهم الرضيع لمرضيع في البادية وكان بيتربى عندهم فترة لأنهم كانوا بيشوفوا من البادية أكثر نقاءا من الحضر وبالتالي هيكتسب طفلهم قوة اللسان العربي ونقاءه اللي اشتهر وجودهم عند أهل البادية المعروفين بالشجاعة والقوة والكرم وغيرها من الصفات المحببة ومرضيعة محمد بن عبد الله الأكثر شهرة كانت حليمة السعودية اللي بتحكي عن اليوم اللي رحت فيه مع عدد من نساء بني سعد ابن بكر علشان يلتمسوا الأطفال الرضع فقالت قدمت مكة في نسوة من بني سعد ابن بكر نلتمس بها الرضعاء في سنة شهباء فقدمت علاءتان لي قمراء كانت أذمت بالركب ومع صبي لنا وشارف لنا والله ما تبض بقطرة وما ليلتنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك ما نجد في ثدي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه ولكن كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني تلك ننام فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا فقدمنا مكة فوالله ما علمت من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم تركنا قلنا ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه إنما نرجو المعروف من أبي الولد فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا فوالله ما بقي من صواحب امرأة إلا أخذت رضيعا غيري فلما لم نجد غيره وأجمعنا الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد العزة والله إني لا أكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه فقال لا عليك أن تفعلي فعسى أن يجعل الله لنا فيه بركة فذهبت فأخذته فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره فما هو إلا أن أخذته فجيت به رحلي فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روية وشرب أخوه حتى روية وقام صاحبي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل فحلب ما شرب وشربت حتى روينا فبتنا بخير ليلة ومعنى كلامها إنها جت على مكة مع عدد من نساء قومها علشان يغضوا الأطفال إلا هيقوموا بإرضاعهم في البادية عندهم كالعادة المهم إنهم أول ما راحوا لمكة واتعرض عليهم محمد بن عبد الله فرفضوا كلهم يغضوب وده بسبب إن أبو متوفي والأباء هم اللي عليهم النفقة للمرضعات وخلاص كان عرب اليوم ينتهي وحليمة ما خدتش أي طفل زي باقي النساء وساعتها قالت لزوجها إنها خايفة ترجع من غير ما تاخد ولد تردعه علشان ده بيكون مصدر رزق ليهم واقترحت عليه إنها تاخد الولد اليتيم اللي هو محمد بن عبد الله فرد عليها زوجها وقال لها إن ربنا أكيد هيبرك لها في الرزق اللي هيجي من الولد ده وفعلا أخدوا محمد بن عبد الله معاهم وهنا بتقول حليمة إن ابنها كان دايما بيبكي لأنه ما كانش بيحس بالشبع بسبب قلة اللبن عندها ولكن في اليوم ده حصل حاجة غريبة على غير العادة وهي إنها أول مقربة محمد لحضنها علشان تردعه تدفق اللبن عندها بغزارة وشرب محمد حتى الشبع وشرب بعد ابنها كمان حتى الشبع وإن دي كانت أول مرة يناموا من غير ما يسمعوا بكاء ابنهم من الجوع وبتذكر حليمة إنهم كانوا بيمتلكوا شا فقيرة في اللبن ولكن في الليلة اللي أخدوا فيها محمد أموا علشان يحلبوا الشاك العادة حصل شيء غريب وهو إن الشا نزلت لبن كتير جدا على غير العادة فشربت هي وزوجها حتى الشبع وبتكمل حليمة كلامها وبتقول فقال صاحبي حين أصبحنا يا حليمة والله إني لأراكي قد أخذتي نسمة مباركة ألم تري ما بتن به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه فلم يزل الله يزيدنا خيرا ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار حتى أن صواحبي لا يقول ويلك يا بنت أبي ذؤيب هذه أتانك التي خرجت عليها معنى فأقول نعم الله إنها لهي فقل والله إن لها لشأنا حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنا فتحلب ما شئنا وما حوالينا أو حولنا أحد تبض له شات بقطرة لبن وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم ليقولون لرعاتهم أو لرعيانهم ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت أبي ذؤيب فاسرحوا معهم فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن وتروح أغنامي شباعا لبنا نحلب ما شئنا فلم يزل الله يرين البركة نتعرفها حتى بلغ سنتين فكان يشب شبابا لا تشبه الغلمان فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا فقدمنا به على أمه ونحن أظن شيء به مما رأينا فيه من البركة فلما رأته أمه قلت لها دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى فإنا نخشى عليه وباء مكة فوالله ما زلنا بها حتى قالت نعم فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة ومعنى الكلام دا صديقي إنها بتقولي أن زوجها كان سعيد جدا بالبركة اللي حلت عليهم لدرجة إن النساء قومها اتصدموا من حال الأغنم بتاعتها اللي بقت تخرج للرعي وترجع محملة باللبن وده كان شيء غير معتاد لأن المنطقة اللي كانت بتسكن فيها القبيلة بتاعتها كانت منطقة فقيرة في المرعى أساسا وعلى الرغم من إن النساء القبيلة كانوا بيخرجوا أغنمهم مع أغنمها علشان يروحوا معاهم في المرعى اللي بيروحوه إلا إن غنمهم كان بيرجع خاوي من اللبن على عكس غنمها وده طبعا بسبب البركة اللي حلت على حليمة وبيتها بسبب وجود محمد بن عبد الله عندها وذكرت حليمة في كلامها أن محمد كان نموه سريع ومختلف عن باقي الأطفال اللي كانت في سنه ومروا سنتين الرضاعة بسرعة جدا فأخذوا لأمه أمينة ولكن حليمة كانت تعلقت بي وحبت وجوده معاها بسبب البركة اللي حلت عليهم بوجوده معاهم فطلبت من أمه أن يرجع معهم تاني على البدية وبالفعل وفقت أمينة بسبب خفها على محمد من جو مكة والحياة فيها فرجعت حليمة بي مرة تانية وهي قلبها مسرور جدا وذكرت حليمة بعدها أن في يوم من الأيام كان محمد بيلعب مع أخواته في البدية فجي واحد من أبنائها قال لها وهو خايف جدا أن أخوه القرشي جالوا اثنين من الرجال لبسين ثياب لونها أبيض أخذوا معاهم وأعادوه وشقوا بطنه وأخذوا منها شيء فطبعا السيدة حليمة زي أي أم اتفزعت على طفلها وجريت عليه علشان تشوف إيه اللي حصله وأول ما شفيته كان لونه متغير فسألته إيه اللي حصل فحكى لها محمد إيه اللي حصل وقال لها أن جالوا اثنين من الرجال لبسين ثياب بيضاء وأخذوه وشقوا صدره وأخرجوا منه شيئا طرحوه وبعدها رجعوا الشئ ده تاني مكانه فحليمة خفت عليه جدا وقررت أنها ترجع الأم أمينة ولما رحت السيدة حليمة بمحمد إلى أمه علشان ترجعوا ليها استغربت أمينة جدا من فعلها لأنها كانت مصر على بقاء معاها وهنا السيدة أمينة سألتها عن السبب المفاجئ اللي غير رأيها في بقاء محمد عندها فطبعا يا صديقي السيدة حليمة ما قدرتش تخب عليها وحكت لها كل اللي حصل وقالت لها أنها خيفة على محمد من الشيطان ولكن الغريب هنا أن السيدة أمينة ما خفتش على ابنها محمد ولا استغربت من كلام حليمة بالعكس دي قالت لها ما للشيطان عليه من سبيل وقالت لها بعدها أن ابنها هيكون لي شأن عظيم وذكرت لها بعض المواقف اللي حصلت لها وقت خملها فيه وإنها شافت رؤية بأن نور خرج من بطنها أعضاء لها قصور بصرة من أرض الشام وقالت لها كمان أنها لما حملت فيه ما كانتش بتشعر أبدا بأي أعراض متعبة للحمل وكملت كلامها وقالت أن يمة ولد وقع من بطنها واضعا يده على الأرض ورافع رأسه إلى السماء ومعنى كلامها أن محمد اتولد ساجد ونتيجة الحوار اللي ضار بين السيدة حليمة والسيدة أمينة راجع محمد مرة تانية مع السيدة حليمة اللي خرجت من عند أمينة فرحانة من الكلام اللي سمعته عن محمد ابن عبد الله لأنه ابنها من الرضاعة وبسبب فرحتها بدأت أنها تعرف كل الناس اللي بتقابلهم عن ابنها وصفاته وكل المعجزات اللي حكتها لها أمينة عن يوم ميلاده والرؤية اللي شفتها وهي طبعا بتنسب الكلام دا لنفسها باعتبرها أمه وفي مرة من المرات سمع بكلامها حد من اليهود إلا هيقراروا إنهم يقتلوا محمد واللي حصل إنهم فضلوا يستفسروا منها عن صفاته لحد لما هي حست منهم بمكرة فلما سألوها عن أبوه وهل هو ياتيم ولا لا فحاولت تضللهم وقالت لهم إن أبو عايش وهي هنا كان أصدها على زوجها اللي هو فعلا أبو محمد ولكن من الرضاعة وكمان ذكر ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى فالحديث اللي دار بين السيدة حليمة واليهود كان كالتالي أن اليهود مروا بها فقالت ألا تحدثوني عن ابني هذا فإني حملته كذا ووضعته كذا ورأيت كذا كما وصفت أمه فقال بعضهم لبعض اقتلوه فقالوا أي يتيم هو فقالت لا هذا أبوه وأنا أمه فقالوا لو كان يتيما لقتلنا فذهبت به حليمة وقالت كنت أخرب أمانتي فاليهود كانوا على علم بصفات معينة هيحملها نبي آخر الزمان وكانوا بيدوروا عليها لقتل حاملها محمد إلا على الرغم من صغر سنه إلا أن المصادر ذكرت أنه كان بيرعى الغنم في بادية بني سعد بعد ما بلغ محمد بن عبد الله سن ست سنوات ذهبت بي السيدة حليمة إلى أمه السيدة آمنة وتركته عندها وفي يوم أخدته أمه ورحت به عند أخواله في المدينة وفي طريق عودتها تحديدا في مدينة اسمها الأبواء توفيت آمنة فاحتضنته السيدة أمه أيمن ورجعته مكة لجده عبد المطالب اللي كان وقتها من سادة رجال قريش لدرجة أنه لما كان بيجلس عند الكعبة ما كانش فيه شخص واحد من قريش يجرؤ أنه يجلس مكانه فلما تكفل عبد المطالب بتربية محمد بن عبد الله اللي كان عمره وقتها ست سنوات وجلس مكان جده آمن موالي المملكين لعبد المطالب بإبعاد محمد ومنعوا من الجلوس مكان جده وده كان بسبب أنهم خافوا أن عبد المطالب يغضب منهم ولكن لما عبد المطالب عرف اللي حصل اتدايق جدا وقال لهم اتركوا ابني فإن له شأن عظيم وكان عبد المطالب إذا أتى بطعامي أجلس محمد إلى جنبه وربما أقعده على فغذه فيؤثره بأطيب طعامه وكان يصطحبه في الحفلات العامة وفي الطواف والدعاء للاستسقاء ومرت الأيام فضل محمد بن عبد الله في كفالة جد عبد المطالب لحد يوم وفاته وهو على فراش الموت نادى ابن أبو طالب علشان يوصي على حفيده محمد وبعدما أمى عبد المطالب بتوصية أبي طالب على محمد قال له أن محمد هيكون لشأن عظيم وبعد سنتين من وفاة أمه مات جد عبد المطالب وكان عمره وقتها 8 سنين وفي المرة دي أدرك محمد معنى الموت وشعر بالحزن الشديد على جده أبو طالب نفذ وصية أبي عبد المطالب وتكفل بمحمد وكان بيحبه جدا حتى أن البعض ذكر أنه كان بيحبه أكتر من ولاده لدرجة أن محمد ما كانش بينام إلا في حضن عمه أبو طالب وأبو طالب اللي كان أفقر أبناء عبد المطالب وأكثرهم أطفالا بيقول أن وجود محمد معاه كان يملأ بيته بركة وكان بيستعجب من البركة اللي حلت على رزقه بمجرد محتضى محمد وتكفل به وهنا بيحكي أبو طالب وبيقول أن أبناء وقت الطعام لما كان بيجلس معاهم محمد كانت البركة بتحل على الطعام وكانوا بيحسوا بالشبع وده كان على عكس عدم وجود محمد وسطهم شوف يا صديقي من شدة حب أبو طالب لابن أخوه كان لما يجي وقت الطعام ومحمد مش موجود كان بيمنع عياله من الأكل لحد ما ييجي محمد وكان يقول لهم كما أنتم حتى يحضر ابني والكلام ده يا صديقي ذكروا عدد من المؤرخين أمثال ابن سعد وابن عساكر وقالوا كمان أن فوات شرب اللبن كان أبو طالب يقدم محمد في الشرب قبل عياله وفضل محمد في كنف عمه أبو طالب واللي على الرغم من صغر سنه في الوقت ده إلا إنه كان بيشتغل طبعا أنت هتستغرب هو كان بيشتغل إيه شوف يا صديقي زي ما ذكرنا في الحلقة اللي فاتت إن محمد وقت تواجده في بادية بني سعد كان بيرعى الغنم رغم صغر سنه فهو فضل يعمل في رعي الغنم لحد ما أصبح عمره 12 سنة وبعدها بدأ يستحب عمه أبو طالب معافة جرته لبلاد الشام ولأن محمد بموت أمه وجده كان أدرك معنا الفراق والرحيل وألمه فرق له قلب أبي طالب وقال والله لا أخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا وفي إحدى المرات اللي كم يسافر فيها أبو طالب لبلاد الشام بصحبة ابن أخي محمد كالعادة قابل في طريق راهب اسمه بحيرة والراهب ده شف على محمد عدد من العلامات المذكورة في التورا فألا أبو طالب في حوار بينهم ما هذا الغلام منك قال ابني قال له بحيرة ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا قال فإنه ابن أخي قال فما فعل أبوه قال مات وأمه حبل به فقال صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهودا فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لا يبغنه شرا فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم وهنا بحيرة الراهب حذر أبو طالب من أنه يروح لبلاد الشام بمحمد لأن اليهود هيعرفوه ولو تعرفوا عليه هيقتلوه لأن اليهود قتلت الأنبياء زي الحوار اللي ذكرناه بين اليهود والسيدة حليمة لما كان محمد عندها وهو عمره أربع سنين وفعلا خف أبو طالب على ابن أخوه ورجع بيه بسرعة المكة ولما كان محمد بن عبد الله عمره حوالي أربعتاشر سنة أو خمستاشر حصل حدث كبير وهو حرب الفجار اللي استمرت لمدة أربع سنين وكانت بين قبيلتين كبر جدا في مكة وهم قبيلة كنانة وطبعا من ضمنها قريش ضد قبيلة قيس ولأن محمد تدرب على الرماية وضرب السيف والرمح وغيرها من وسائل الحرب لأن ما كانش فيه عربي ما بتعلمش فنون الفروسية شارك مع أعمامه في الحرب للدفاع عن قبيلته فكان بيرمي بالنبال وبيساعد أعمامه في إعداد العدة وبعدها حصل حدث مهم وهو حلف الفضول اللي حضر محمد بعد حرب الفجار بأربع شهور وتم في الصلح بين القبائل المتحاربة وفي الوقت ده كان مشهور عند قريش إنها بتخرج في رحلات تجارية فكانوا في الصيف بيروحوا برحلتهم التجارية لبلاد الشام وفي الشتاء كانت رحلتهم بتروح لبلاد اليمم وطبعا أغلب أهل مكة في الوقت ده كانوا بيخرجوا في الرحلات دي ومن أشهر الناس اللي كانت ليهم تجارة مهمة ومعروفة في قريش كانت السيدة خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب القراشية الأسدية اللي كان أبوها زعيم بني أسد وأمها هي فاطمة بنت زائدة ابن الأصم القراشية اتولدت خديجة في مكة قبل عام الفيل بخمستاشر سنة في بيت عز وجاه وشرف وتعرفت بطهارة سلوكها فلقبتها قريش بالطاهرة واشتهرت بينها برجاحة عقلها وكرمها وطبعا حسن نسبها فتزوجت من رجل يسمى عطيق ابن عائذ المخزومي ولكن بعد فترة اتجوزت من شخص تاني اسمه أبو هالة التميمي فورثت من أزواجها ومن والديها ميراث كبير فاستغلته في التجارة اللي كانت مرتزق قريش في زمنها وكل زمان فكانت بتستأجر الرجال الاتجار لها بملحة لقاء نصيب ليهم من الربح وتجعل لهم معاهم خادمها الأمين ميسرة وبعد وفات زوج السيدة خديجة التاني رفضت الزواج مرة تالتة بسبب رؤية شفتها وهي إن الشمس أو القمر بيونير في بيتها فرحت لابن عميها ورق ابن نوفل لأنها كانت بتثق فيه وهو كان عنده معرفة بالأديان وتفسير الرؤية ولما حكت لرؤيتها أن لها إن صدقت الرؤية فنبي هذا الزمان سيخرج من بيتك وانتهى الكلام بينهم على كده لكنه فضل في بالي السيدة خديجة ومن وقتها بدأت تركز على تجارتها فقط وبدأت كمان في استئجار الرجال على ملها علشان يخرجوا بي لتجارة في بلاد الشام ورفضت الزواج من كل خطبها في انتظار الشخص اللي هيجي يتزوجها وهيكون نبي آخر الزمان شوف يا صديقي بمعنى انتفقنا ان خديجة بنت خويلت كان لها تجارة كبيرة وكانت بتستأجر الرجال لتسير تجارتها لبلاد الشام فمن ضمن الرجال اللي خرجوا بتجارتها لبلاد الشام كان محمد ابن عبد الله وفي رويتين بيحكوا عن بداية خروج محمد بتجارة خديجة الرواية الأولى بتقول ان السيدة خديجة لما سمعت بأمانة وصدق محمد بعتت تارض عليه انه يخرج بتجارتها مقابل أجر رجلين يعني ضعف الأجر اللي بتديل أي حد فوافق محمد على عرضها والرواية الثانية بتقول ان عمه أبو طالب هو لرحل خديجة يعرض عليها ان ابن أخوه يخرج بتجارتها واشترط عليها ان أجره يكون أربعة من الإبل فوافقت وفي جميع الأحوال فخرج محمد ابن عبد الله اللي كان عمره في الوقت ده حوالي عشرين سنة أو أكتر بالتجارة الخديجة وخرج معه لم خديجة اللي كان اسمه ميسرة وبعد ما وصلوا لبلاد الشام قعد محمد يستضل تحت شجرة كانت قريبة من صومعة واحد من الرهبان بعض المصادر قالت ان اسمه نسطورة وتاع الراهب سأل ميسرة وقال له مين الرجل اللي جالس تحت الشجرة ده فميسرة رد عليه وقال له انه رجل من أهل قريش بس هنا رد الراهب على ميسرة وقال له ان الشجرة دي ما فيش حد قعد تحتها إلا وكان من الأنبياء طبعا الكلام ده نزل على ميسرة زي الصائقة ولكن فرح جدا من اللي سمع من الراهب وزيد حبه محمد في قلبه خصوصا ان ميسرة اصلا كان مبهور بمحمد جدا لانه كان دايما بيشوف سحابة بتضلل عليه وبتوقف وقت لما محمد بيقف وبتمشي وقت لما محمد بيمشي ده غير انبهاره لما كان بيشوف ان محمد وهو جالس تحت اي شجرة بيميل جزع منها عليه ويظلله وكمان كان لما بينظر لمحمد كان بيلاقي نور كبير بيخرج من وجهه وزاد انبهاره لما بدأ محمد بالتجارة والبيع والشراء وشاف موهبته في ترويجه للسلع وده لان الربح اللي حققوه هما رجعين مكة كان اضعاف الربح المعتاد وبعد ما رجع ميسرة ومحمد لمكة دخل محمد على خديجة في هيبة وعظمة وسلمها الربح ومشي وطبعا ميسرة من شدة انبهاره وحبه لمحمد بدأ يعرف خديجة كل حاجة شافها في رحلة التجارة والامور الغريبة المتعلقة بمحمد من كلامه مع الراهب للبركة اللي حلت في الرزق وسلط الطريق عليه والسحابة اللي كانت بتضل المحمد طول الطريق فخديجة اللي كانت بتستمع لما يسرب كل انتباه انبهرت بكلامه عنه وعمد صدقه وامنته واكتهاده في التجارة وكل العلامات اللي حكاها وهنا خديجة اعجبت به لكن كتمت اعجابها دفءة بها وتذكرت الرؤية اللي شافتها قبل كده وتذكرت كلام ورقة ابن نوفل ان النبي اخر الزمان هيخرج من بيتها حكت خديجة لصديقتها نفيسة بنت مونية او امية عن اللي وقع في قلبها تياه محمد ابن عبد الله ولكن نفيسة كانت سيدة عقلة وذكية فقالت انها هتارض الفكرة على محمد من غير ما يكون في احراج لخديجة وبالفعل راحت نفيسة لمحمد وسألته عن سبب عدم زواجه لحد دلوقتي لانه في الوقت ده كان عمره خمسة وعشرين سنة وطبعا من عدات العرب انهم كانوا بيتزوجوا في سن صغير وساعتها رد محمد وقال لها اني مش معا مال للزواج فردت نفيسة عليه وقالت له انها ممكن تزوجه امرأة ذات مال وشرف وجمال فسألها من تكون هذه المرأة فقالت انها خديجة بنت خويلد وبعدها قالت انها لسه هتسألها الاول وده طبعا كان حفاظا على حياء صديقتها فوافق محمد وفورا راحت نفيسة تزف الخبر لخديجة وتزواجها محمد وكان عمره وقتها خمسة وعشرين سنة وهي عمرها تقريبا أربعين سنة وهنا محمد بعد زواجه من خديجة استمر في عمله بالتجارة زي ما هو وكان بيخرج بالتجارة في مال زوجته وما كانش ابدا بيعتمد على كونها غنية وكان زواجه منها نعمة كبيرة لانه رأى فيها السكن والحب والمودة وهي كانت بتحب محمد جدا وفي يوم جل خديجة هدية من ابن أخوها حكيم ابن حزام وكانت عبارة عن عبد اسمه زيد وكان طفل وقتها وبتذكر المصادر ان زيد وهو مسافر مع أمه هجم عليهم بعض اللصوص وخطفوا منها زيد وباعوا في سوء العبيد فاشترح حكيم ابن حزام وأعطاه هدية لعمته خديجة اللي من شدة حبها في محمد وهبت للعبد ده واللي هو زيد ابن حارثة اللي تكلمنا عنه قبل كده في حلقة كاملة هتزهر لك أعلى الشاشة محمد بعد ما وهب زيد ابن حارثة أعتقه وتبناه وحبه وتعلق به لدرجة ان اهل قريش في مكة كانوا بيطلقوا عليه زيد ابن محمد وكان محمد بيحسن معاملة زيد كأنه ابنه بالضبط ولكن لما حارثة ابو زيد عثر عليه وعرف مكان تواجده في قبيلة قريش عند محمد ابن عبد الله ابن عبد المطالب بعد ما كان بيدور عليه وألف أشعار في مرارة فقدانه من شدة حزن والبكاء علي منها بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل ويالي تشعري هل لك الدهر أوبة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتارد ذكراه إذا غربها أفل وإن هبت الأرواح هيجنا ذكره فيطول ما حزني عليه وما وجل سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تساؤم الإبل حياتي أو تأتي على منيتي فكل مريء فان وإن غره الأمل وفورا أخذ حريسة عدد من رجال قبلته علشان يروحوا معا يجيبوا ابنه من قبيلة قريش وهم مقررين إنهم هيدفعوا في زيد المال اللي محمد يطلبه بس ياخدوا ابنهم وأول ما رحوا لمحمد وسألوا عن زيد كان رد محمد عليهم إنه مش عاوز منهم مال ولكن عنده شرط وهو إنه هيخير زيد لو عاوز يروح معاهم هياخدوا بدون مقابل فلدى محمد على زيد اللي قدر يتعرف على أبوه والناس اللي كانوا معاه وأول ما سلم عليهم قعدوا يبكوا كلهم من الشوق والفراء وساعتها قال محمد لزيد بن حريثة إن أهله عاوزين ياخدوا معاهم وسألوا حبيب يروح مع أهله ولا يفضل معاه لكن الغريب هنا إن زيد اختر إنه يعيش مع محمد بن عبد الله بسبب حسن معاملة محمد لي وطبعا أهله تصدموا من اختياره ولكن تركوا بالفعل عند محمد ومشوا فضل زيد عايش في كنف محمد وتحت رعيته لحد ما خديجة أنجبت لزوجها محمد أول أبناءه وكان اسمه القاسم ولقبت الناس في مكة بأب القاسم لكن القاسم توفى وهنا اختلف المؤرخين في توئيت وفاته ففي منهم اللي قال إنه عاش سنتين ومنهم اللي قال إنه عاش سبع أيام فقط المهم يا صديقي إن بعد وفاة القاسم أنجبت خديجة أولى بنتها وهي زينة ثم بعدها رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة ولما بلغ عمر محمد بن عبد الله حوالي 35 سنة حصلت حاجة مهمة جدا لي والقريش بأكملها أظهرت مدى حكمة محمد ورجحت عقله ففي يوم حصل سيول غزيرة في مكة ونتجة للسيول دي حصل تهالك في بنيان الكعبة فقريش قررت إنها تهدها وتعيد بناءها مرة تانية ولكن أغلبهم كان خايف من الهدم ده بسبب طبعا قصة أبرها المشهورة اللي تكلمنا عنها في حلقة كاملة قبل كده واللي تسمى العام اللي حصلت فيه بعام الفيل وهو نفس العام اللي ولد فيه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطالب وقصة أبرها أو قصة أصحاب الفيل كان لها جذور تاريخية يعني ما كانتش أول مرة يحاول حد الهجوم على كعبة العرب والقصة دي صديقي بدأت لما التفت أهل اليمن والجنوب لمكة بدأوا بالارتحال والهجرة ليها وفكر بعضهم في الاستلاء عليها جلبا لمنافع الكعبة اللي بيستفد منها العرب لأن الكعبة كانت لها قدسية عند البلاد المجورة للعرب والأمم المحيطة بيها وكان بيحج لها الناس من كل مكان وكمان لأن مكة كانت وقتها من أهم مراكز التجارة اللي بتربط بين جنوب شبه الجزيرة العربية وشرقها وغربها وبين بلاد الشام واختلفت خطط التبابع اليمنيين فبعضهم كان بيقصد هدم الكعبة فتصد القبائل المحيطة بيها سواء خزاعة أو قريش وبعضهم كان بيحاول يعظم الكعبة علشان يستولي عليها بالحيلة هنا القوم من هذيل من بني لحيان إن أرسل لتبع أن بمكة بيتا تعظمه العرب جميعا وتفد إليه وتنحر عنده وتحجه وتعتمره وأن قريشا تليه فقد حازت شرفه وذكره وأنت أولى وأن يكون ذلك البيت وشرفه وذكره لك فلو سرت إليه وخربته وبنيت عندك بيتا ثم صرفت الحاج إليه كنت أحق به منهم وسواء كان رسم الخطة دي لعداوة بين قوم وبين أهل مكة أو لجالب المنفاعة أو كانت سياغة القصصين والرواه فهي بتثبت إن سيادة قريش على مكة والكعبة وإثراء المقيمين بجوار الكعبة اللي كان بيحج لهم النس وقتها من معظم البقاء المحيطة أثرت الغيرة حتى وحاولوا القضاء عليها اقتنعوا باستحالة مزحمتها ففكروا في هدمها وبناء بيت في الجنوب يحل محلها ويسلب قدستها وهو القليس ودي كانت كنيسة في بلاد الحبشة فحاول تبع الهدم بس ما عرفش ورواية بتقول إنه تأثر بقدسية الكعبة ونحر عندها والمؤرخين بيعللوا ده بظهور عواصف وهبوب رياح على المعسكر التبعي فتشاءم الرجل وخشية العاقبة وممكن تكون العاصفة مصطفة ولكنها كفت المكيين القتال ولعل تبع عجز عن الحرب لبعد جيشه عن عاصمة ملكه فحاول إنه يتودد لأهل البيت بالحيلة والإحسان فكس البيت وجعل له بابا يغلق بضبة فارسية ولما ما حصلش على غيته صب غضبه على جواسيس الهذليين فأتلهم ورجع لليمن وكان دي المحاولة الأخيرة قبل حدثة الفيل وده كان تمهيد للحدث الجلل اللي بينتظر الكعبة والجزيرة العربية على يد الرجل من بني قريش فقريش أعدوا لبناء الكعبة نفأة واشترط أبو وهب خال عبد الله ابن عبد المطالب ابن هاشم وهو من أشرفهم وعقلاءهم ألا يدخل النفقة مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد الناس وده بيدل على أنهم ترقوا درجة في تقدس الكعبة ببناءها بما لا ريبة فيه وممكن يكون السبب حلف الفضول اللي كان لي أثر في التمييز بين السحط والحلال لأن حلف الفضول كان أول عهدهم بالعدل القومي اللي بيشمل كريش وغيرها وخصوصا الغرباء والوافدين ولما جوات الهدم خافوا يحصل لهم زي اللي حصل لجيش أبرها بس هما كان أصدهم ترميمها وإعادة بناءها وده كان رأي الوليد ابن المغيرة اللي قال ليهم لما بدأوا يرتعبوا وجمدت أيديهم دون المعاول الله لا يهلك المصلحين وأنا أعلوها وأنا أبدأكم في هدمها وقال يخاطب الكعبة وهو يضرب بالفأس اللهم لم ترعى فلا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية الركنين وقد بهت الجميع من جرأته وما زالت المخاوف تسورهم فتربصوا تلك الليلة وقالوا ننظر فإن أصيب الوليد ابن المغيرة بسوء فلن نهدم شيئا ونردها كما كانت فأصبح الوليد من ليلة غاديا إلى عمله فهدم وهدم الناس معه حتى انتهى بهم الهدم إلى الأساس الذي وضعه إبراهيم عليه السلام وتم عدد بناء الكعبة بالفعل ولكن حصلت مشكلة بين القبائل وبعضها طبعا حدوث أي مشكلة هيسبب نزاعات كبيرة وأكيد هيحصل إراقة للدماء والمشكلة كانت في رفع الحجر الأسود فكل واحد فيهم كان عاوز هو اللي يرفع الحجر الأسود علشان ينال الشرف ودب النزاع بينهم فجي واحد منهم اسمه أبو أمية ابن المغيرة المخزومي وأشر عليهم أنهم يحكموا بينهم أول شخص يدخل عليهم وبالفعل بدأوا يترقبوا منها يكون الشخص وفجأة دخل محمد بن عبد الله وطبعا فرحوا جدا وأعدوا يهتفوا يقولوا هذا الأمين رضينا هذا محمد وهنا ظهرت حكمة محمد ومدى قدرته على التصرف في الأمور وحقن الدماء فحكوا لمحمد الموقف فطلب منهم أنهم يجبوا قطع من القماش وقام محمد بأغذي الحجر ووضعه في وسط قطعة القماش وقال لهم لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا وبالفعل عملوا كده وفضلوا يمشي بي لحد ما وصلوا للمكان إلا يتحط فيه الحجر فأم محمد أخذ الحجر ووضعه في مكانه في الكعبة وطبعا هم آموا بترميم الكعبة إلا حجر إسماعيل وده بسبب أن المال الحلال اللي كان معاهم خلص والموقف ده من المواقف اللي بتدل على ثقة قريش في محمد بن عبد الله وحبهم لي وأثبت الموقف ده مدى حسن تصرف محمد ورجحت عقله وفي كل المواقف دي كانت الأجواء في مكة بتتهيأ لوضع معين في الوقت ده كبروا بنات محمد وبدأوا يتزوجه وكانت أول بنت تتزوج من بناته هي زينب بنته الكبرى وتزوجت من ابن خلتها وكان اسمه أبو العاص ابن الربيع وبعدها تزوجت رقية من عطبة ابن أبي لهب ولكن عطبة لم يدخل برقية وكمان تزوجت أختها أم كلثوم من الابن التاني لأبو لهب وكان اسمه عتيبة ابن أبي لهب وكان حالها زي حال أختها رقية فلم يدخل عطبة بأم كلثوم بس أنا أقول لك دلوقتي حاجة تدهشك عمرك سمعت عن حجر حب إنسان وكمان سلم عليه أيوة زي ما بقولك كده سلم عليه شوف يا صديقي محمد في الوقت ده قبل لما يصبح عمره أربعين سنة كان بيسلم عليه الحجر والشجر فابن إسحاق بيروي عن كتير من أهل العلم وبيقول إن محمد كان لما بيخرج بعيد عن شعاب مكة وهو بين الجبال كان بيسمع صوت بيقول له السلام عليك يا محمد وساعتها كان بيستغرب جدا ويلتفت وراه ما يلاقيش أي حد غير الحجر وفضل الموضوع ده يتكرر وده طبعا اتذكر على لسان كتير من أهل مكة شافوا المواقف دي بأم عينيه وبيحكي عليه ابن أبي طالب عن موقف شافه مع محمد بن عبد الله وبيقول إنه خرج معه مرة خارج مكة وكان فيش أي حجر ولا شجرة شافه محمد إلا قالوله السلام عليك والكلام ده تذكر على لسان كتير من أهل مكة واتكرر معاهم مواقف مشابه للموقف ده وبعدها محمد بدأ يرى عدد من الرؤى الصادقة يعني محمد ما كانش بيشوف أي رؤية إلا واتحققت على طول بأدق تفاصيلها وفي الفترة دي انعزل محمد عن البشر وبدأ يروح أماكن معينة علشان ينفرد بعيد عن الصخب اللي كان عايش فيه وبدأ يروح يقعد في غار في وسط الجبال والغار ده بينه بين مكة مسافة أربعة كيلو متر وكان الطريق ده وعر جدا في الحناءات شديدة الصعوبة وتخال صديقي المسافة اللي كان بيقطعها في ذهابه للغار ده وصعوبة الطريق وكل ده علشان يتأمل في الكون وطبعا انت هيجي سؤال على بالك دلوقتي وتقول لي وهو محمد كان بيعبد إيه في الغار ده يعني كان إيه دينه وهو كان من قريش واللي كان وقتها على عبادة الأصنام زي ما قلني قبل كده شوف يا صديقي محمد كان بيتعبت في الغار على الحنفية وهي ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام وده ذكروا عدد كبير من المصادر زي ابن هشام وابن حجر وكل المصادر أثبتت أن محمد بن عبد الله لم يسجد لصنم قط ولم يشارك أهل مكة أفعالهم من شرب الخمر أو الميسر وغيرها من العداد اللي كانت منتشرة في المجتمع المكي وقتها وبالأضافة لوجود بعض الناس في الوقت ده كانوا على الحنفية زي محمد ومنهم ورقة ابن نوفل والغري اللي كان محمد بيتعبت فيه اسم غار حراء وكان بيتأمل في الكون وخلق السماء وإبداع خلقها والأرض والشجر الجبال وكل الظواهر الكونية وكان بيروح في الليالي تواتي العدد والمقصود بالليالي تواتي العدد يعني عدد معين من ليالي معينة في السنة وكانت خديجة مش بتشعر بالضيق من ذهاب محمد للغار بالعكس ضمن بعض الأحيان كانت بتشجعه على أنه يروح للغار لأنها كانت بتحس أنه في أفضل حال لما بيرجع من الغار وكانت أحيانا بتبعت معاه أحد موليها لحرصته وده بسبب خوفها عليه من الصحراء وفي إحدى ليالي تعبد محمد في الغار حصل له حدث جلل وهو نزول الملك جبريل عليه فجأة دون مقدمات نزل عليه جبريل بهيئته المهيبة العظيمة ففزع محمد وارتعدت في رئيسه وقال جبريل اقرأ رد محمد قائلا ما أنا بقارئ أي أنه أمي لا يعرف القراءة ولا الكتاب فضمه جبريل ضمة قوية حتى يطمئنه وكرر جبريل اقرأ فرد محمد ما أنا بقارئ فضمه جبريل ضمة أخرى وكرر اقرأ فرد محمد ما أنا بقارئ فضمه جبريل ضمة ثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهنا تتفسر كل العلامات والإشارات اللي ظهرت على محمد ابن عبد الله من يوم مولده ونبؤات الرهبان والرؤى اللي ارتبطت به أينما سار وحل فما محمد ابن عبد الله ابن عبد المطالب ابن هاشم إلا نبي آخر الزمان الذي سيغير مجرى التاريخ خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بعد اللي حصل في الغار رجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبيته وهو بيرتعد من هول الموقف اللي تعرض لي فأولا لما النبي دخل على السيدة خديجة قال لها زملوني زملوني يعني بيطلب منها إنهم يغطوا بسرعة لأنه بيرتعد من شدة الرعب والرهبة وبعد ما تحصل حال النبي صلى الله عليه وسلم حكى للسيدة خديجة كل اللي حصل وقال لها إنه خف على نفسه فردت عليه السيدة خديجة رد حكيم مليء بالحب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له كلا أبشر فوالله لا يغزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضيف وتغين على نوائب الحق وأخذت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابن عميها ورق ابن نوفل لأنه كان على النصرانية وعنده علم بالكتب السماوية والتوراة والإنجيل وسأتحكى محمد عن كل اللي حصل معه في الغار فرد عليه ورق ابن نوفل وقال له هذا النموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذع أكون حياً حين يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فقال ورقة نعم لم يأتي الرجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ثم لم ينشب ورقة أن توفي ومعنى كلام ورقة بن نوفل لأن محمد بن عبد الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين وإن اللي حصلوا في الغار دا هو النموس يعني الوحي اللي نزل على موسى والأنبياء من قبله وقال له كمان إن قومه أكيد هيعرضوه هيخرجوا من بلاده لأن دا اللي حصل مع كل الأنبياء قبله بدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم واعتاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على رؤية جبريل وظهر جبريل للنبي بعدها مرات كتيرة وفي حديث عن جابر قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جاورت بحراء شهرة فلما قضيت جواري نزلت فاستنبطت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبريل عليه السلام فقلت دثروني دثروني فصبوا علي ماءا فأنزل الله عز وجل يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وسيابك فطهر وكان كل من النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بعيد عن شعب مكة يظهر لي جبريل على رؤوس الجبال ويقول له يا محمد إنك رسول الله حقا فعلى الرغم من خف النبي صلى الله عليه وسلم من هيئة جبريل إلا إنه كان بيفرح جدا ويطمئن قلبه وهنا بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الدعوة في البداية كانت سرية يعني في محيط أصدقاءه والبيته وتعرفت الفترة دي باسم الدعوة السرية واستمرت ثلاث سنين وأول حد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم برسالته كانت زكت السيدة خديجة رضي الله عنها وكانت السيدة خديجة أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق وبعدها كان الصبي علي بن أبي طالب وفي الوقت ده كان عنده عشر سنين وفي بعض المصادر قالت إنه كان أصغر من كده كمان ولكن المشهور إنه كان عمره عشر سنين المهمة صديقي إن علي بن أبي طالب كان متربي في بيت سيدنا محمد وده بسبب فقر أبي طالب فكان النبي عاوز يخفف عن عم أبي طالب بعد أعباؤه لأن عدد أبناؤه كان كتير فتكفل بعلي وبعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي هو والسيدة خديجة وطبعا الصلاة وقتها ما كانتش تفرضت لأن الصلاة فردت بعد الإسراء والمعراج فكان النبي بيصلي في الليل ركعتين تقريبا وده الصلاة اللي كانوا بيصلوها وقت لما دخل عليهم علي بن أبي طالب ولما شفهم علي سال النبي وقال له لمن تسجدان فرد عليه النبي وقال له إنهم بيسجدوا لله عز وجل وبدأ يدعوه للإسلام وقال النبي الإسلام إنه دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته وأن تكفر بالله والعزة فكان رد علي بن أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم إنه عاوز يشاور والده لكن النبي منع وقال له يا علي إذا لم تسلم فاكتم وفضل علي يفكر طول الليل في كلام النبي فأوقع الله عز وجل الإسلام في قلبه وتني يمجر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا عرضت علي يا محمد فقال له النبي تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتكفر بالله والعزة وتبرأ من الأنداد وبالفعل أسلم علي بن أبي طالب وكان أول من دخل الإسلام بعد السيدة خديجة وبعد علي أسلم زيد بن حريثة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم نبناته رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة وكذا بكمة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بالكامل بأولي المؤرخ والفقيه علي الصلابي إن المتأمن في نقطة بدء الدعوة التي توجهت إلى امرأة كخديجة أم المؤمنين ومولى كزيد بن حريثة وصبي مثل علي بن أبي طالب وبنات النبي الكريم هو دلالة واضحة على دعوة الإسلام الأممية الكونية المواجهة للبشرية صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وإناثهم سيدهم ومولاهم ولكل الشرائح الاجتماعية من الرجال والنساء دوره المنتظر في البناء الاجتماعي وانتشار الحضارة في كل مكان وبعد بيت النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أبو بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في إسلام أبي بكر ما دعوت أخدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر ما كما عنه حين دعوته ولا تردد فيه وكانت اللحظة اللي أسلم فيها الصديق لحظة تاريخية في الدعوة النبوية السرية لأن أبا بكر كان من أبرز رجال وأشرف أحرار مكة فكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وتجر معروف ورجل مألوف ومحبوب وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وكان أبو بكر من أكبر نسابة العرب فكان له مجلس ترتاده الناس وكان رصيده الأدبي والعلمي والاجتماعي في المجتمع المكي عظيم ولذلك لما انضم للدعوة النبوية السرية استقبل صفوة الصفوة من رجالات العرب وعلى رأسهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاس والزبير بن العوام وطلح بن عبيد الله وأبي عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم وهم أول ثمار الصديق في الاستجابة لدعوته في نصر الدين الجديد وتميزت المرحلة دي بالكتمان الشديد حتى عن أقرب الناس وبدأ الصحابة اللي دخلوا الإسلام في المرحلة دي يدعوا المحطين بيهم للإسلام ولكن في سرية تم وطبعا كانوا بيدعوا اللي بيثق فيهم بس ودخل عدد كبير للإسلام على إيد الصحابة الأولين وسرية الدعوة استمرت ثلاث سنوات وكان الوحي بينزل على نبي صلى الله عليه وسلم وبيتنزل عليه بعض الآيات المكية القصية إلا أغلبها بيوصف الجنة والنار وبيدعوا للتوحيد وينبذ عبادة الأصناب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على مبادئ الإسلام وتعاليمه وفي الوقت ده فرضت الصلاة على المسلمين ولكن كانت ركعتين في الصباح وركعتين في الليل وده الذكر في قول الله عز وجل في سورة غافر وسبخ بحمد ربك بالعشي والإبكاء وبدأ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة وبالتالي بيت السيدة خديجة ما كانش بيستوعب عددهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينتقل هو وأصحابه إلى بيت الأرقم ابن أب الأرقم وسبب أنهم بينتقلوا لبيت الأرقم أنه ما كانش معروف بين قريش أنه دخل الإسلام وده بسبب صغر سن الأرقم فكان عمره حوالي 16 سنة وداره بعيدة عن أنظر قريش لأنها كانت على جبل الصفة والمنطقة دي كانت لا يسكنها إلا الأغنياء وعرفت الدار باسم دار الخيزران وأصبح الدار الأرقم مركز للدعوة يتجمع فيها المسلمون ويتلقون مع رسول الله كل جديد من الوحي ويستمعون له وهو يذكرهم بالله ويتلو عليهم القرآن ويضعون بين يديه كل ما في نفوسهم وواقعهم فيربيهم على عينه كما تربى هو على عين الله تعالى وأصبح هذا الجمع هو نواة الدعوة النبوية للإنسانية جمعاء وكان المسلمون في الوقت ده أكتر من أربعين شخص وبعض المصادر بتذكر أن من ضمنهم 13 رجل من الموالي وطبعا الصحابة اللي دخلوا الإسلام في بداية الدعوة ما كانوش من قبيلة وحدة وكمان مش كلهم من قريش كان في منهم من بني أمية وبني أسد وبني عبد الدار وبني جمح وبني زهرة ومثحج ودوس وغيرهم كتير من القبائل وده في دلالة على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتبتعد عن العصبية القبلية فلو النبي صلى الله عليه وسلم متعصب لقبلته لكن أغلب لدخل الإسلام في البداية من بني هاشم إلا هم قوم النبي ويقول علي الصلابي كان الكتمان والاستتار سياسة مصلحية في كثير من أمور الإسلام في الحرب والسلام فسرية الدعوة النبوية ضرورة واقعية وأمرا مصلحي خاضعا للنظر والاجتهاد البشري وهنا أمر الله عز وجل النبي بالجهر بالدعوة وانزل قول الله عز وجل في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين فجمع قبلته صلى الله عليه وسلم وعشرته ودعاهم علنية إلى الإيمان بالإله واحد وخوفهم من العذاب الشديد إن عصوا وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من النار وبيّن لهم مسؤولية كل إنسان عن نفسه فبيروي بن إصحاق عن علي بن أبي طالب وبيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الأيدي خاف من ردد فعل قريش وأنهم أكدها يعرضوه فجاء إليه جبريل وقال يا محمد إن الله عز وجل يأمرك بتنفيذ الأمر وإلا ها يلحقه العذاب فندى النبي علي بن أبي طالب وطلب منه أن يحضر وليما علشانها يضع قريش وإن ربنا أمروا بدعوة عشرته وبالفعل نفذ علي طلب النبي ولما داع علي أهل قريش جاء منهم أربعين رجل وكان من ضمنهم أعمام النبي لكن النبي ملحيش يتكلم معاهم في اللي ربنا أمروا به ومشي فالنبي أمر عليه مرة تانية إنه يعمل وليمة ويضع قريش تاني وبالفعل نفذ علي الأمر وبعدها تكلم النبي معاهم وقال لهم إنه جاء لهم بخير الدنيا والآخرة وبلغهم دعوته ولكن هما ما سمعوش كلام النبي وانصرف ولما نزل قول الله عز وجل على النبي في سورة الشعراء وانذر عشيرتك الأقربين فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا وبعد كده نزل قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فصعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفى وناده يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقة قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا فنزل قول الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته خمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وتعليقا على الوقاع دي بقول دكتور عبدالوهاب كحيل بهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع للأمة أسس الإعلام فقد اختار مكانا عاليا وهو الجبل ليقف عليه وينادي على جميع الناس فيصل صوته إلى الجميع وهذا ما تفعله محطات الإرسال في عصرنا الحديث لتزيد من عملية الانتشار الإذاعي ثم اختار لدعوته الأساس المتين ليبني عليه كلامه وهو الصدق وبهذا يكون صلى الله عليه وسلم قد علم رجال الإعلام والدعوة أن الاتصال بالناس بهدف إعلامهم أو دعوتهم يجب أن يعتمد وبصفة أساسية على الثقة التامة بين المرسل والمستقبل أو بين مصدر الرسالة والجمهور الذي يتلقى الرسالة كما أن المضمون والمحتوى يجب أن يكون صادقا لا كذب فيه وهنا هتبدأ المرحلة التانية من الدعوة مرحلة الدعوة الجهرية فمن الطبيعي أنه يبدأ صلى الله عليه وسلم دعوته العلنية بإنذار عشرة الأقربين لأن مكة بلد توغلت فيها الروح القبرية فبدء الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته وتأييده وحميته وكمان القيام بالدعوة في مكة له أثر خاص لأن زي ما قلنا في حلقتنا قبل كده مكة كانت مركز ديني خطير يحج إليها جميع من حولها ويقدسها الناس من مختلف البقاء ويبدأ استضام قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم وحربوهم على الإسلام اللي بيدعوهم لغض الطرف عن معظم عادتهم وأفعالهم ولترك عبادة الأصنام واعتناق التوحيد وطبعا الأصنام كانت مصدر سيادة وثراء لسادة قريش فأكيد مش هيقبلوا بدين جديد جاي بيه راجل منهم يقلف حياتهم رأسا على عقب ويغير رواسخ فكرهم ومجتمعهم ويدعو للمسوابين السيد والعبد والفقير والغني وبيقضي على الطبقية ولأن عددهم وتقالدهم اللي ورثوها عن أبائهم وأجددهم شيء من المحرمات المساس بها فقرروا أنهم يقضوا على دعوة محمد بكل الطرق لأنهم شايفين أن دعوة محمد تفقدهم مكانتهم بين القبائل خصوصا لخفهم على مركزية ومكانة مكة اللي بتضمن ليهم السيادة زي ما قلنا من شوية ومن هنا بدأوا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون والسحر والكذاب وبدأوا في هجائه والسخرية منها وكمان بدأوا يطلبوا منه أنه يعمل لهم معجزات زي معجزات موسى وعيسى أو أنه يحاول جبل الصفا والمروى إلى ذهب مثلا أو أنه يخليهم يشوفوا جبريل اللي بيتكلم عنه وكانت النتيجة لهذا الصدع هو الصد والإعراض والسخرية والإيذاء والتكذيب والكيد المدبر المدروس وقد اشتد الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وبين شيوخ الوثنية وزعمائها وأصبح الناس في مكة يتناقلون أخبار الصراع في كل مكان وده الذكر في قول الله عز وجل في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قريش غير مؤمنة بنبوة محمد بن عبد الله وفضل المطلم عا في أمر دعوته للإسلام وكمان بدأوا يطلبوا منه معجزات زي معجزات موسى وعيسى وبالفعل من المعجزات التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معجزة انشقاق القمر إلى شقين وللن معجزة شئ خارق للعادة وفوق قدرة البشر فعن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا ولكن طبعا ما سدقوش النبي واتهموا ان اللي شفو دا سحر ونزل قول الله عز وجل في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ولن الدعوة في الوقت دا كانت دخلت مرحلة الجهرية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصطدم بقريش ويستهزئ بآلهتهم وفي مرة من المرات قابل ابو جهل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله يا محمد لتتركن سب آلهتنا او لنسبن الهك الذي تعبد فربنا عز وجل انزل في سورة الانعام قوله ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصنمهم ومن هنا بدأت قريش تحاول انها تتفاوض مع النبي بشكل في ود وسلمية وده عن طريق عمه ابو طالب وبالرغم من بقاء ابو طالب على دين قريش الا انه تعهد انه يحمي محمد وده بالسبب حبه الشديد له وموقف ابو طالب من اكبر علامات الاستفهام في التاريخ ويف ابو طالب الى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم يشجعه بكل طاطه وقال له ما احب الينا معاونتك واقبالنا لنصيحتك واشد تصديقنا لحديثك وهؤلاء بنوا ابيك مجتمعون وانما انا احدهم غير اني اسرعهم الى ما تحب اي اسرعهم الى نصرتك ومعاونتك فامضي لما امرت به فقريشي جات لابو طالب تقول له على مدى استياءهم من افعال محمد وسبوا لالهتهم وانهم جم لابو طالب علشان هو سيد بني هاشب لكن ابو طالب ما حبش يتناقش معاهم وسمع كلامهم بدون ما يعلق علي بس بعدها اشتد استهزاء النبي صلى الله عليه وسلم من الاصنام ومدى ضلال عقول الناس اللي بيعبدوها فرجعت قريشي تاني مرة لابو طالب ولكن في المرة دي كان كلامهم معا اكتر حدة وقالوا له انه يأمر محمد ان ينهي ما يحدث فرح ابو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى لي عنه لقريش قالته وانهم هددوا بانهم هيعزلوا عن باقي قريش لو محمد مارجعش عن دعوته فسعتها رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما تركته فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فندى عليه عم وقال له اذهب يا ابن اخي فقل ما احببت فوالله لا اسلمك لشيء ابدا وللمرة التالتة راخ رجال قريش لابي طالب ولكن المرة دي كانت مميزة جدا وده طبعا بسبب طلبهم الغريب من ابي طالب وكم معاهم عمارة ابن الوليد ابن المغيرة وكم من اقوى واجمل الشباب في قريش وقالوا الابي طالب هذا عمارة ابن الوليد انهى دفة في قريش واجمله فخذ فلق عقله ونصره اتخذه ولدا فهو لك واسلم الينا ابن اخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين ابائك وفرق جماعة قومك وسفها احلامهم فنقتل فانما هو رجل برجل فقال والله لبئس ما تسومونني اتعطونني ابنكم اغذوه لكم واغطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون ابدا فقال المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف ابن قصي والله يا ابا طالب لقد انصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره فما اراك تريد ان تقبل منهم شيئا فقال ابو طالب للمطعم والله ما انصفوني ولكنك قد اجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي فحقب الامر وحمية الحرب وتنابذ القوم وبادى بعضهم بعضا تخيل صديقي بيعرضوا على ابو طالب انهم يعطولوا عمار بن الوليد بن المغيرة مقابل محمد ولكن رد ابو طالب كان الرفض القاطع فهو مستحيل يسلم لهم ابن اخوه اللي بيحبوا اكتر من ولاده فقريش لم تكف عن اذاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لم تؤمن رغم يقنهم ان محمد لا كاذب ولا شاعر ولا ساحر لماذا لم يؤمن اهل مكة هل لانهم لم يقتنعوا بالدعوة لماذا حاربوا الدعوة ولم ينصروها مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ومن داخلهم ألانهم لم يدركوا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت الرسالة واضحة جدا كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوة القرآن كلام معجز وهؤلاء هم اهل اللغة ويعرفون ان هذا الكلام ليس من كلام البشر ويعلمون ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فعلا ولا يكذب فمن الاسباب اللي منعت قريش من الامان مثلا ابو طالب منعوا تمسكه بعدد قومه وخجلوا من قومه وانه كبرهم ويغذلهم ويصدق محمد ابن اخيه اما عن باقي قريش فالقبيلة كانت عامل كبير في صدهم للدعوة فمك فيها قبائل كتيرة بل في داخل قريش نفسها بطون كتيرة فابو جهل من بني مخزوم وكان يقول تنزعنا نحن وبن عبد مناف الشرف اطعموا فاطعمنا حملوا فحملنا اعطوا فاعطينا حتى اذا تحاذينا على الركب وكنا كفر سي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا والله لا نؤمن به ابدا ولا نصدقه ومنهم اللي منعوا الخوف على السيادة والحكم في ارض مكة فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد تحكيم الله عز وجل في امور العبادة وهو صلى الله عليه وسلم ناقل عن رب العزة وسيسحى بالبساط من تحت اقدام الزعماء كابي سفيان وغيره وهنا بدأت قريش في خطة القضاء على الدعوة الاسلامية وبدأت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا اول حد بدأ بالموضوع ده هو ابو جهل كالعادة وفي مرة من المرات جمع اصحابه بدأ في اعداد مكيدة للنبي وهو بيصلي جوار الكعبة وكان عايز يدس على راس النبي او يغمرها في التراب فبيروي ان ابو جهل قال هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم فقيل نعم فقال والات والعزة لان رأيته يفعل ذلك لاطأن على رقبته او لا اعفرن وجهه في التراب فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطئ على رقبته فما فجئهم منه الا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه فقيل له ما لك فقال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحا ونزل قول الله عز وجل في سورة العلق أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية وطبعا الآية مقصود بيها أبو جهل وشدة العذاب إلا هي تعذب يوم القيامة بسبب أفعاله مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيحكي ابن مسعود عن أذى أبو جهل للنبي في مرة من المرات وهو بيصلي إنهم مضوا على راسه القاذرات وطبعا في الوقت ده هو شف الوقاع بس ما كانت شقدر يدفع الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم فتم إخبار فاطمة بنت النبي بالأذى اللي بيتعرض للنبي وهو بيصلي فرحت فاطمة عند أبيها ودفعت عنه الأذى ولما خلص النبي صلى الله عليه وسلم دع عليهم ويذكر الإمام النووي إنهم خافوا دعوته فالنبي دعا وقال اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام وعتب بن ربيعة وشيب بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة ابن أبي معيط والأذى اللي تعرض للنبي ما كانش مقتصر على العوام من قريش وبقيت بطنه لا تتعرض للأذى من أقرب النسلي وأشهر حد أذى النبي هو عمه أبو لهب وزوجته أمه جميل فكان أبو لهب وزوجته بيرم القاذرات على باب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا جيرانه وكانت زوجته بتحط الأشواك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم علشان تئذيه وكانت دايما بتسب النبي بأبشع الألفاظ ولما نزل قول الله عز وجل في سورة المسد تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته خمالة الحطب في جيلها حبل من مسد نزلت في أبي لهب وزوجته وده بسبب شدة الإذاء اللي تعرض له النبي على أديهم ولما نزلت سورة المسد أمر أبو لهب أولاده الاثنين إنهم يطلقوا بنات محمد رقية وأم كلثوم وده علشان ينتقم من النبي في بناته لأن أولاد أبو لهب زي ما قلنا كانوا متزوجين من بنات النبي رقية وأم كلثوم ولكن لم يدخلوا بيهم زي ما حكينا في حلقاتنا لفاتت وكم من عدات العرب أن يطلق البنات قبل الدخول بها من الحاجات المسببة للخزي والعار فهم كانوا بيتفننوا في إذاء محمد صلى الله عليه وسلم وطبعا رواجوا بين القبائل إن محدش يتزوج من بنات محمد لكن العظيم في الأمر يا صديقي إنه قدام كل الإذاء النفسي والمدي كان النبي كالجبل صامدا قويا لا يهاب البطش ولا يقعده كيد الكائدين فصلابته وثقته في الله عز وجل وفي دينه وتعظيمه لأمر الأمانة التي يحملها جعله لا يبالي بما يفعلون بل يزيده قوة ويدفعه للتمسك بالحق فقريش عشان توقف دعوت النبي صلى الله عليه وسلم وتئدي على نشر الإسلام تعامل معه مع أصحابه بأبشع الطرق وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من إذاءهم ومش بس النبي اللي تأذى من قريش لا ده كمان أصحاب وأشهر مثال على المستضعفين اللي أذوهم مشريكين قريش هو بلال ابن رباح اللي اتكلمنا عنه فحلق قبل كده وكان بلال عبد مملوك لأمية بن خلف وطبعا أمية بن خلف كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ولما بلال دخل الإسلام كان أمية بن خلف يعذب بلال بأبشع الطرق وكان أبو بكر الصديق هو من أنقذ بلال من عذاب أمية لما اشتراه وأعتقه فأنزل الله عز وجل في القرآن عذاب أمية بن خلف في سورة الليل في قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وقال الله عز وجل في الصديق في نفس السورة وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ومش بس بلال اللي تعرض للتعذيب ولكن عدد كبير من الصحابة اللي دخلوا الإسلام في بداية الدعوة وبعض منهم أعتقهم أبو بكر ودول اللي نجوا من الهلاك أما البعض الآخر منهم فضل يتعذب حتى الموت ومن ضمن المستضعفين اللي أعتقهم أبي بكر هي حمامة أم بلال وعمر بن فهيرة اللي كان بيتعذب لدرجة إنه كان بيفقد الوعي وأب فكيها اللي كان عبد عند صفوان بن أمية بن خلف وكان في امرأة اسمها زنيرة اللي فضلت تتعذب عند المشركين لحد ما تعامد وكل اللي حصل لها ده زود من إيمانها بالله عز وجل وطبعا آل ياسر وهم من المستضعفين الأولين في الإسلام وكان عمار بن ياسر اللي اتكلمنا عنه في حلقة كاملة قبل كده وأبوه وأمه من أكتر الصحابة شهرة في الإسلام بسبب العذاب اللي حصل لهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يعد عليهم وشوفهم بيتعذبه كان يقول لهم صبرا آل ياسر فموعدكم الجنة اللهم اغفر لآل ياسر وطبعا من شدة العذاب مات ياسر وزوجته سمية وكانوا من أوائل الشهداء في الإسلام وأنزل الله عز وجل في عمار آية من سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ومن أشهر الصحابة اللي تعرفوا بصبرهم وتحملهم أذى قريش هو الخباب ابن الأرض اللي تكلمنا عنه في حلقة قبل كده وكان خباب من موالي أم أنمار ومع كل العذاب اللي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان الله بينزل على النبي آيات تزود من صبرهم وثبتهم على الإسلام فأنزل الله عز وجل في سورة المزمل واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وأنزل الله عز وجل في سورة الإنسان قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وكمن أنزل قوله عز وجل في سورة النحل ولا تخزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ونزلت آيات مواسال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة فصلت ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم يعني ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مش أول نبي قوم يكذبوه وإن كل الأنبياء اللي أبله حصل معهم كده وفي الوقت اللي استمرت قريش في إذاء النبي وصحاباته بكل ما أوتيت من قوة هيدخل عدد كبير من سادة قريش الإسلام ودخلهم ده هيدخلهم من عزيمة المسلمين المستضافين وكمن هيعمل رغب في قلوب قريش فجاء إسلام حمزة بن عبد المطالب طامة كبرى لهم وكان لإسلام أثر مهم جدا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما تكلمنا في حلائتنا عن حمزة أبل كده فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن حمزة ضرب أبا جهل بالقوس على رأسه وجرحها جرحا عميقا وقال له أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول فرد ذلك علي إن استطعت وتاني يوم رح حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه وإقامة مثلي على ما لا أدري ما هو أرشد هو أم غي شديد فحدثني حديثا فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثني فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدهوه للإسلام وبالفعل ألقى الله عز وجل الإيمان في قلب حمزة فرد علي حمزة وقال له أشهد أنك صادق شهادة الصدق العارف فظهر يا ابن أخي دينك فوالله ما أحب أن لي ما أظلته السماء وأني على ديني الأول وبإسلام حمزة يا صديقي أدركت قريش إن محمد قد عز وامتنع وبالتالي قال لإذاء قريش للنبي لأن حمزة من سادة قريش ولما كان بينه لكن قريش لم تيأس من محاولة إسكاة النبي صلى الله عليه وسلم ووقف دعوته للإسلام فمن ضمن المحاولات دي هو وفد عتبة ابن ربيعة إلا أرسلته قريش علشان يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر ويرد على الملك والسيادة والمال مقابل التنازل عن دعوته وقال عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إنك من حيث قد علمت من الصطة في العشيرة والمكان في النسب إنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أخلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يا أبا الوليد أسمع قال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه فردع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أقد فرغت يا أبا الوليد فقال له عتب نعم فردع للنبي صلى الله عليه وسلم فاسمع مني وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة آيات من سورة فصلت فقال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون وكان عدب يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم بإنصاط لحد ما وصل إلى آية فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وبعدها سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة التلاوة وقال لعدبة قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك وخرج عدبة من عند النبي وهو في حال من الإنبهار بسبب ما سمع من القرآن فأهل الفصاحة والبيان وأقوم الخلق لسانا المتفخرون ببلاغتهم انبهروا أمام بيان القرآن ولغته القرآن الذي نزل بلغتهم وبلهجة قريش خاصة تحديا لهم أن يأتوا بمثله ولو بآية أعجزهم بيانه رغم امتلاكهم لملكة اللغة وقف شعرهم عاجزا أمام نظم القرآن العذب وقوة حجته وبعد أن تهم محمد صلى الله عليه وسلم بالسحر والشعر وأنه يقول بأساطير الأولين شهد شاهد منهم بأنه ليس كمثله شيء فلما خرج عدبة ابن ربيع من عند النبي رجع لقومه فسألوا ما وراءك يا أبا الوليد فقال ورأي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة يا ما شار قريش أطيعوني وجعلوها به وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسغد الناس به قالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم ورجعت قريش تاني تئذي أصحاب النبي وكانت قريش بتسخر من أصحابه لأن أغلبهم مستضعفين زي الخباب وعمار بن ياسر وصهيب الرومي وبلال بن رباح وغيرهم وكان المشركين يمر عليهم ويقوله يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك أفنحن نكون تبعا لهم أهؤلاء الذين من الله عليهم نتردهم عنك فلعلك إن تردتهم اتبعناك فأنزر الله قوله في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكلين وبعد الكلام اللي سمعت قريش من عدب عن الكلام اللي بيدعي محمد إنه بينزل عليه وحيا وإنه كلام الله قررت قريش إنها تسأل محمد عن بعض الأمور اللي عرفوها من الرهبان والأحبار ولو جاوبهم يبقى هو صادق في دعوته وهيتبعوه وقالوا للنبي يا محمد أخبرنا عن فيتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب وعن رجل كان طوافا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها وأخبرنا عن الروح ما هي فعلوا من النبي أخبركم بما سألتم عنه غدا ولم يستثني وفضل منتظر الوحي علشان يرد على قريش ولكن الوحي انقطع وساعتها قريش استهزأت بالنبي لأنهم محددين وقت للرد ورد النبي عليهم تأخر بسبب انقطاع الوحي وكانت أسئلتهم عن فيتية وعن رجل طواف وعن الروح وحزن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب انقطاع الوحي وبعد خمستاشر يوم نزل علي جبريل بالرد فالنبي قال له لقد احتبست عني يا جبريل حتى سؤت ظن يعني النبي افتكر ان انقطاع الوحي ده بسبب غضب ربنا عليه ولكن رد علي جبريل وقال وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسية ونزل علي جبريل بسورة الكهف واللي فيها إجابة لكل الأسئلة اللي سألوا النبي عنها فابدأت السورة كانت فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته لقريش فقال الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ما كثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولذا وبدأ الله عز وجل يقص على النبي قصة الفتية إلا قريش سألت النبي عنهم وهم أصحاب الكهف فقال الله عز وجل إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ورد الله عز وجل في كتابه العزيز عن سؤال قريش في أمر الرجل الطواف والرجل الطواف هو ذو القرنين فقال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا أما يا صديقي سؤالهم عن الروح فأنزل الله عز وجل آية سورة الإسراء للرد على سؤالهم فقال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وبكده يكون الوحي نزل بالإجابة على كل الأسئلة اللي طلبوها ولكن كالعادة لما النبي صلى الله عليه وسلم رحل القريش بالإجابة كذبوه وما صدقوش القرآن فكان كلما أتاهم النبي بالذكر أو رأوه يدوا يقولون نعوذ بالله والعز من شر هذه المحنة وعواقب هذه الفتنة ونسألهما أن يقبضاها على منهج هوبل ومنات الثالثة الأخرى وعقيدة هذه الأمة في آلهتها العظمى وفمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع مع سادة قريش منهم عطبة بن ربيعة وغيروا من سادة قريش بيدعوهم للإسلام وبينقشهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شخص اسمه ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم أعمى وجعل عشان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ودين التوحيد فكان النبي منهج جدا ومجغول بالحديث مع قريش فتكلم ابن أم مكتوم في نفس الوقت اللي كان النبي بيتكلم فيه مع قريش فأعرض النبي عنه وما ردش عليه فنزل قول الله عز وجل في سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكرى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة والآيات دي فيها عتاب من ربنا للنبي محمد بسبب إعراضه عن ابن أم مكتوم ومدى حرص ابن أم مكتوم على الإسلام وسؤال عنه شوف يا صديقي برغم كل محاولات النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة قريش إلا أنهم استمروا في إذاء المسلمين والاستهزاء بهم وطبعا زي ما ذكرنا إن إذاءهم للنبي صلى الله عليه وسلم قال بسبب دخول حمزة ابن عبد المطالب الإسلام لكن دا ما كانش كفاية وما منعش برضو الآذى بشكل كامل فالنبي أدرك صعوبة الموقف على المسلمين فالمواجهة بينهم وبينهم ما بقتش محدودة بل زادت وتوسعت وضيقت قريش الخناق على المسلمين واضطهادتهم وأرهقتهم فضاقت عليهم مكة بما رحبت وبقت الحياة جحيما لا يطاق فبدأ المسلمون يبحثوا عن مكان آمن يلجأوا إليه ويتخلصوا بيه من عذاب المشركين واضطهادهم فنزل الأمر الإلهي للنبي بالهجرة فأمرهم النبي بالهجرة إلى الحبشة ليأمنوا على دينهم فبعد ما زاد عدد المسلمين دفاع عم أبو طالب ما بأش كافي قدام بطش قريش وبيرجع سبب اختيار النبي لأرض الحبشة كما قال لأصحابه لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها مالكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه وبالفعل خرج عدد من أصحاب الرسول وهاجروا إلى الحبشة بسبب خفهم على دينهم وعلى نفسهم وتمت الهجرة على مرتين وأول مرة كان عددهم 11 رجل وأربع نساء جعل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ابن مضعون أميرا عليهم وكان من ضمن المهاجرين في المرة الأولى السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم واللي وقتها كانت متزوجة من عثمان ابن عفان والمسلمين اللي هاجروا إلى الحبشة كانوا من قبائل مختلفة فمن بني عبد الشمس أبو حذيفة بن عدبة ابن ربيعة ابن عبد الشمس وكان مع زوجته سهلة بنت سهيل ابن عمر وتولد ليهم ولد في الحبشة اسمه محمد ابن أبي حذيفة ومن بني أسد خارج الزبير بن العوام ابن خويلد ومن بني عبد الدهر مصعب بن عمير ومن بني زهرة عبد الرحمن بن عوف ومن بني مغزوم أم سلمة وزوجها أبي سلمة وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أما الهجرة التانية فكان عدد المهاجرين 83 رجل و18 من النساء وفي المرة دي الوضع كان مختلف فهنلاقي خرج للهجرة أسر بأكملها ولكن في بعض من الصحابة خرجوا فرادة من غير أهلهم وطبعا قريش مش هتسكت لأن بمجرد خروج الصحابة لأرض تانية غير مكة ده معنى انتشار دعوة محمد وده بالنسبة لقريش هزيمة نكراء وطبعا غضبهم زاد لما عرفوا أن في كتير من اللي خرجوا للهجرة التانية من قريش نفسها ومنهم خروج أم حبيبة بنت أبي صفيان للهجرة طبعا النجاشي ملك الحبشاء استقبل المهاجرين ووجدوا الأمن والأمان ولأوا الحفاوة والإكرام فقريش قررت أنها تبعث للنجاشي وأصحاب الهدايا مع عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص ويتفوض معاهم في تسليم المهاجرين وده كان قبل دخولهم للإسلام ولكن النجاشي رفض يسلم المسلمين إلى قريش وده بعد الحوار اللي دار بين جعفر ابن أبي طارب والنجاشي لما النجاشي دع المسلمين وسألهم عن سبب هجرتهم للحبشة فوقف جعفر ودار بينهم الحوار التالي فسألوا النجاشي لهذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا ديني أحد من الميلل فرد جعفر أيها الملك كنا أهل جهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف قد تبعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا لتوحيد الله وأن لا نشرك به شيئا ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصرط الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وأمرنا بالصلاة والصيام وعدد عليه أمور الإسلام فأمنا به وصدقناه وحرمنا ما حرم علينا وحللنا ما أحل لنا فتعد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك على من سواك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك فردنا جشي على جعفر هل معك مما جاء به عن الله شيء فرد علي جعفر وقرأ آيات من سورة مريم فبكى النجشي وبكى أصحابه ورد النجشي على سفراء قريش وقال لهم إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكات واحدة انطلقا والله لا أسلمهم إليكما أبدا ورفض بشكل قاطع إنه يسلم الصحابة المهاجرين إلى سفراء قريش حتى لو هيخذ مقابل تسلمهم جبال من ذهب ولعاوز تعرف أكثر عن قصة النجاشي ممكن تشوف حلقتنا عنه أما بايا صديقي عن حل المسلمين والنبي في مكة فحصل حدث مهم جدا ليهم والحدث ده هو إسلام عمر بن الخطاب واللي اتكلمنا عن قصة إسلامه فحلاء قبل كده فعمر بن الخطاب أسلم بعد هجرة المسلمين للحبشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعنا ربنا يعز الإسلام إما بعمر بن الخطاب أو بأب الحكم ابن هشام المؤمن في مرة من المرات خرج عمر بسيف وعوز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد معرف بإسلام أخت فاطمة ولما رح عندها شاف الخباب فقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأب الحكم ابن هشام ولما عمر سمع كلام الخباب قال له فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم وبالفعل خباب قال لعمر على مكان النبي فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في دار الأرقم فذهب عمر وطرق الباب ولكن فحد ابن الصحابة بص من طرف الباب علشان يشوف مين اللجه فلما شف عمر ومعسيفه فالنبي إن عمر على الباب ومعسيفه فرد عليه حمزة وقال إذن له فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه له وإن أراد شرا فقتلناه بسيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومسك عمر بن ثياب بقوة وقال له بجاء بك ما أراك تنتهي حتى ينزل الله عليك قارعا فرد عليه عمر وقال له يا رسول الله جئت لأؤمن بالله وبرسوله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة فرحته بإسلام عمر لدرجة إن كل الناس اللي في البيت عرفوا من تكبير النبي إن عمر أسلم وبيذكر عمر بن الخطاب إنه لما أسلم راح عند بيت أبو جاهل وخبط على بابه فلما فتح أبو جاهل سأله مرحبا يا ابن أخي ما جاء بك فرد عليه عمر وقال له جئت لأخبرك أني قد أسلمت وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقت ما جاء به فضرب أبو جاهل الباب في وجه عمر وقال له قبحك الله وقبح ما جئت به وبالفعل تحقق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عمر وأعز الله الإسلام به وهنا أدركت قريش إنها مش هتقدر تسيطر على محمد ودعوته خصوصا بعد تزايد أتباع الإسلام وعدم تخلي أبو طالب عنه وكمان بسبب رجوع عمر بن العاص من الحبشة ومع رض النجاشي إلا أقسم على عدم تسليم المسلمين فقررت قريش إنها تبتكر طريقة جديدة لحرب أهل الإيمان وقرروا بالإجماع إنهم ينفذوها وهي المقاطعة وتفعيل سياسة الحصار الاقتصادي لبني عبد مناف وأعمل سياسة التجويع الجماعي لهم سواء كانوا كفار أم مسلمين فكتبوا الصحيفة لمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب وجاء فيها ألا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم وألا يبايعوهم ولا يبيعون لهم وألا يشترون منهم وألا يجالسوهم ولا يخالطوهم وألا يدخلوا بيوتهم وألا يكلموهم وألا يقبلوا من بني هاشم وبني المطلب صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله لهم للقتل فالغاية واضحة والسبيل الوحيد لفك الحصار هو تسليم محمد لقتله وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة وده علشان تبقى الوثيقة أكثر قدسية وبالفعل يا صديقي دخل بني هاشم وبني عبد المطلب في شعب واحد واتفرض الحصار على بني هاشم وابني عبد المطلب لمدة ثلاث سنين وفي خلال الثلاث سنين دول والتي تعرفوا باسم شعب أبي طالب دخل المسلمين في مرحلة جديدة من مراحل الألم والمعاناة فكانوا مش بيقدروا يتعاملوا مع حد ولا يبيعوا ولا يشتروا من أي حد أي حاجة ومن شدة الحصار كانت قريش بتسمع أنين الأطفال والنساء طول الليل من شدة الجوة وفي مرة كان حكيم ابن حزام بيتسلل في حذر شديد علشان عاوز يدخل لشعاب بني عبد المطلب وكان مع قمح عاوز يوصله لعمته السيدة خديجة بسبب شدة الحصار اللي بيتعرضوا ليه من قريش ولكن فجأة أبو جهل شافه ومنعه من أنه يدخل بالقمح وشاف الموقف ده واحد من قريش اسمه أبو البختري وقال لأبو جهل إنه سيب حكيمي دخل الطعام لعمته لكن أبو جهل رفض فضربوا البختري وسامح لحكيم ابن حزام بالدخول شوف يا صديقي من شدة حب أبو طالب للنبي كان بخاف إن قريش تحاول تقتل النبي وكان لما بيجي الليل وكل واحد يروح لفراشه علشان ينام كان أبو طالب يصر على إن النبي ينام مكانه علشان يمنع أي محاولة لقتله والحصار ده استمرت ثلاث سنين أحد ما واحد من قريش اسمه هشام ابن عمر أشفق عليهم بسبب كل الأذى اللي بيتعرضوا ليه فكان بيدخل بالليل متخفي لشعاب بني هاشم ومع أكل ليهم وبدأ يروح لأقرباء بني هاشم اللي سكتين عن حوار الصحيفة ويعب عليهم سكتهم عن اللي بيحصل ويفكرهم بأرحمهم المتحصرين وممنوع عنهم الأكل والشرب ويكاد أنهم يموتوا من الجوة وبالفعل بدأ عدد من قريش يقتنع بكلام هشام ابن عمر وتاني يوم جزهير ابن أبي أمية وقف وسط الناس وقال لهم يا أهل مكة أناكل الطعام ونلبس الثياب وبن هاشم هلك لا يبتعون ولا يبتع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالبة وطبعا كالعادة رد أبو جهل عليه بالرفض والاستهزاء لكن تفتكر المفاجأة اللي هتحصل لقريش تغير الموقف في الحصار المفروض على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والمفاجأة هي إن ربنا عز وجل أرسل للنبي إن الأرض أكلت الصحيفة بالكامل معدى اسم الله الموجود فيها فتوجه النبي بسرعة لعم أبي طالب وأخباره بأمر الصحيفة والأرض دي صديقي دوع من الحشرات يشبه النمل وساعتها أسرع أبو طالب لقريش وأخبارهم بما حدثه به النبي وإنه لو صدق محمد في قوله فعليهم بإنهاء المقاطعة والحصار وبالفعل لما راحوا يشوفوا الصحيفة لأوا إن الأرض أكرثها إلا كلمة باسمك اللهم فتم إنهاء المقاطعة وفك الحصار وخرج الرسول وبني هاشم وانتهت أيام الشدة وكما عهدنا رسولنا الكريم خارجا من الشدة قويا صامدا واثقا من بأس أصحابه وصدق إيمانهم وبعد خروج النبي وبني هاشم من الحصار حصل حدثين مؤلمين جدا للنبي صلى الله عليه وسلم والحدثين دول هم موت السيدة خديجة زوجة النبي وعم أبو طالب ولكن المؤرخين اختلفوا في وقت وفتهم البعض بيقول إن السيدة خديجة توفت أبل أبي طالب والبعض الآخر بيقول أن أبو طالب ماتوا في نفس السنة علشان كده المؤرخين سموا السنة دي بعام الحزن وروي أن أبو طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبو طالب ترغب عن ملة عبد المطالب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك ولكن نزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ومن بعد وفاة أبي طالب رجعت قريش تعتدي على النبي أسوأ من الأول وده بسبب أن أبو طالب كان دايما يقف ضد قريش في إيذائها للنبي ولكن مات أبو طالب وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة أبي طالب ما زالت قريش كعين عني حتى مات أبو طالب ومن أشكال الأذى التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب أن قريش كانت بترمي على النبي ترابه وبيصلي وفمرة من المرات والنبي بيصلي أمرت قريش أحدهم أن يرمي على رأس النبي رحم شاه أما عن وفاة السيدة خديجة فكان الحدث الجلل فالسيدة خديجة كانت خير زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من نعم الله الجليل في حياة سيدنا محمد أول من صدقه وآمن به ومن وقفت بجانبه وأزرته في أشد وأصعب الأوقات وأعنته على إبلاغ رسالته ودعوته وشاركته آلامه وأماله ووسته بنفسها ومالها وقالت مطمئنة له عند نزول الوحي عليه والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الحق ويروى أن أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ويروى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة والمتأمن لفلسفة الحب في الإسلام لا يجد مثلا أصدق وأرق من حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة فوفاء صلى الله عليه وسلم لها حتى بعد وفتها جسد معنى المودة والرحمة جوهر علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام فسيد الخلق يعلمنا كيف نحب ويبني لنا تصورا جميلا للعلاقات الإنسانية وبرحيل خديجة بعد أبي طالب تضاعفت الأحزان والهموم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم إذ فقد الأمن الخارجي والداخلي والسند والعضد اللي كان بيعتمد عليه في تحمل الصعاب والإضطهادات وفي نفس الفترة اشتد إيذاء وتعرض قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وحزن النبي حزن جديد فنزل على النبي بعض الآيات اللي اتصبروا وتقوم من عزمته فقال الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة الفرقان وتركل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادي خبيرا ونتيجة كثرة إذاء النبي وأصحابه وموت السيدة خديجة وأبي طالب فكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الخروج لنصر دعواته خارج مكة فاختار الطائف لتكون فاتحة رحلاته الدعوية خارج مكة وكان اختياره في غاية الذكاء الاستراتيجي على الرغم من اللي حصل خلال الرحلة دي وده لعدة أسباب منها العداء التاريخي بين قريش والطائف فقرر النبي إنه يستغل الخلاف بينهم في التماس تأييد أهل الطائف له ضد قريش اللي تهضته وعادته وظلمته ونكلت به وبأتباعه ولأن الطائف موجود فيها علاقات اقتصادية لكبار قريش المحاربين للدعوة فكثير من الضياع والمزارع والبساتين في الطائف مملوكة لبني مخزوم وبني عبد الشمس فلو نجح صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف في استقطاب أهلها وضمهم للإسلام فيكون ده نجاح استراتيجي كبير يضغط به على مشرك قريش وكمان الطائف هي البلد اللي لها السيادة بعد مكة ولقرب الطائف من مكة فهي أقرب بلد لمكة والتحرك الوعي في الدعوة يقتضي البدء بالأقرب فالأقرب والمسافة بين الطائف ومكة حوالي 100 كيلو متر فدي مسافة طويلة وطريقها وعر وشاق وكان النبي يسير على أقدامه ومعه زيد بن حريثة والمسافة دي أخذت تقريبا أربع أيام مشية فلما وصل النبي للطائف آبل ثلاثة من زعماء ثقيف والثلاث زعماء كنخوات فدخل عليهم صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام ورسالته ويطلب منهم أن يقفوا معه في تبليغ الرسالة ولكن ردهم على النبي كم مؤسف فقال أحدهم ويمرط ثياب الكابة إن كان الله أرسلك وقال الآخر أما وجد الله أحدا أرسله غيرك وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا لإن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك ولإن كنت تكذب على الله ما يماغ لي أن أكلمك فيئس النبي صلى الله عليه وسلم منهم وشف أن كلام معاهم ما فيش منه نتيجة وقال لهم إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حابب أن قريش تعرف خبر وجوده في الطائف ولا مدر بينه وبين زعماء ثقيف وبيذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من الطائف قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عفيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي صختك لك العثبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك وأهل الطائف مش بس كذبوا النبي وأنكروا رسالته دولك من بعطوا وراء الأطفال والسفهاء والعبيد يسبوه ويقذفوا بالحجارة وحاول زيد بن حالثة إنه يدفع عنه ويمنع وصول الحجارة لي ولكن قدمه الشريفة أصيبت وصل منها الدماء وأصيب زيد في رأسه شوف يا صديقي ربنا عز وجل أرد نصرة نبيه لشدة الأذى اللي تعرض لي في الطائف فكان ما حدث من أشد المواقف ألما لنفسه وحزنا لقلبه فأرسل له جبريل فقال جبريل لسيدنا محمد إن ربنا أمر ملك الجبال إنه ينفذ أي أمر يطلب النبي وبالفعل نادى ملك الجبال على النبي وسأله أن يطلب أي شيء وقال له إنه ممكن يطبق على أهل الطائف جبلين اسمهم الأخشبين يعني هيبيد أهل المكان دا عن بكرة أبيهم ولكن من رحمته صلى الله عليه وسلم وحلمه رفض كلام ملك الجبال وقال له يتركه لعل يخرج منهم شخص واحد بس يقول إله إلا الله وهنا تجلت شخصية النبي الكريمة وغلب حلمه وعطفه وعفوه عند المقدرة على أي شيء فهذا ما عهدنا عليه رسولنا كلما اشتدت عليه المحن وتزايدت عليه الخطوب كلما فاضت نفسه العظيمة بالرحمة والشفقة فهو كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويروى أن النبي عندما سئل عن أشد يوم تعرض له غير أحد كان رده أن ما حدث في الطائف هو أقسى وأشد ما تعرض له ويذكر ابن هشام عن باقي الأحداث اللي حصلت في رحلة النبي للطائف ومنها أنه هو يسير في طريق رجوع لمكة قرر أن يرتاح في مكان قريب من بستان أبناء ربيعة وهم عطبة وشيبة فشفوا النبي وهو مرهق جدا من الطريق وشدة الحر فندعوا على عبد ليهم اسمه عداس وكان نصراني وأمروا ياخد قطف من العنب ويعطي للنبي فالنبي أخذ منه وقال بسم الله وبدأ يأكل العنب فاستغرب عداس جدا لما سمع النبي بيقول كده وقال له الله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فرد عليه النبي وقال له ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس وما دينك فرد عداس وقال له نصراني وأنا رجل من أهل نينوى فقال له النبي من قرية الرجل الصالح يونس بن متة وطبعا للنبي يقصد على نبي الله يونس عليه السلام صاحب الحوت فرد عليه عداس وقال له وما يدريك ما يونس بن متة فقال النبي ذك أخي كان نبيا وأنا نبي ولكن يا صديقي رد فعل عداس كان غريب جدا أذهل سيده اللي واقف يتفرج على الموقف من بعيد لأنه لما سمع كلام النبي نزل يقبل في رأسه وإيده ورجله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ولما رجع عداس سأل سيده وكان بيعمل كده ليه لمحمد بن عبد الله فرد عداس وقال له يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبيه فرد سيده وقال له إن محمد هيخرج عن دينه ومش سيدنا محمد يكمل طريقه علشان يرجع لمكة ولكن في الطريق حصل موقف تالي للنبي صلى الله عليه وسلم وبيذكر ابن هشام إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق عودته لمكة أراد أن يصلي قيام الليل في وسط الصحراء ولكن حصل حاجة غريبة جدا وهي إن الجن شافوا هو بيصلي قيام الليل وسمع منه القرآن وكان عددهم خوالي سبعة فرجوا الجن لقومهم وحاكوا ليهم الكلام اللي سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل ربنا عز وجل لسورة كاميلة اسمها سورة الجن في كتابه العزيز فقال الله عز وجل في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أخدا فرسالته صلى الله عليه وسلم شاملة للبشر والجن وصل النبي عند أبو مكة لكن النبي هنا توقف لأنه مش عارف هيواجه قريش إزاي بعد اللي حصل في الطائف خصوصا إن ممكن أهل الطائف يكونوا أخبروهم بقدوم سيدنا محمد وطلبوا للنصرة فضل النبي واقف على أبوب مكة مع زيد ابن حارثة ولكن خطرت في بل النبي فكرة وهي أنه يبعد زيد العدد من قبائل مكة إلا على خلاف مع قريش يطلب منهم الحماية علشان يدخل مكة مو بالفعل راح زيد العدد من القبائل يطلب منهم إنهم ينصروا النبي ويحموا من قريش لكن أغلبهم رفض إلا مطعم ابن عدي اللي وفق على حمايته ومساعدته لدخول مكة ودع مطعم أبنائه وطلب منهم إنهم يلبسوا لبس الحرب ويروحوا على أبواب مكة علشان يستقبلوا محمد وده معناه إنهم مستعدين لأي حرب وصدق أي اعتداء على محمد وبالفعل دخل سيدنا محمد مكة وراح عند الكعبة علشان يصلي والتف أبناء مطعم ابن عدي حول النبي علشان يحموه هو بيصلي فجاء أبو جاهل وسال مطعم ابن عدي هل أسلم أم بيحمي محمد فقط فرد مطعم وقال يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم وفي الوقت ده صديقي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة يوسف والمفسرين أطلقوا عليها اسم سورة المحزنين وده لإنها لا يقرأها محزون إلا سري عنه وفر جكربو وسبب نزلها على النبي في الوقت ده إن الله عز وجل أراد موساة النبي وأن يعلمه أن الأنبياء قبله تعرضوا للأذى أيضا فنزلت الموساة لسيدنا محمد متوارية في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وكيف أن الله فرج همه ومحنته ورفعه مكانا علي وعوض فقده لأبي وصبره على أذى إخوته ولتهدية قلب النبي صلى الله عليه وسلم وإعلامه بأن الفرج يتبع الضيق وسعتها قال النبي رحم الله أخي يوسف لو أنا آتاني الرسول بعد طول الحبس لأسرات الإجابة حين قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ولم تكن المؤساة مقتصرة على سورة يوسف فقط بل أرد الله أن يفرج كرب نبيه أكتر ويطمئنه ويشد من أزره وده عن طريق رحلة حصل فيها إلى عجائب طبعا هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبيذكر المؤرخين والمحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة من الليالي بين اليقذ والنوم وده تقريبا كان في السنة العشر بعد البعثة وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الملائكة في هذه الليلة وكان معهم إيناء من ذهب وشق بطنه وغسلها بماء زمزم ويقول النبي بين أنا عند البيت بين النائم واليقذان فأتيت بتصط من ذهب مليء حكمة وإيمانة فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانة وبعدها يا صديقه جي جبريل للنبي ومعه دب غريبة الدب دي مش موجودة عندنا في الدنيا لأنها دب من السماء وبيوصفها النبي وبيقول إن لنها أبيض وإن طولها بين البغل والحمار فسأل النبي جبريل عن الدب دي فجبريل قال له ان اسمها البورق وده جفت تكملة حديث النبي وأتيت بدبة أبيضة دون البغل وفوق الحمار البوراق وبعدها أخذ جبريل النبي في رحلة إلى بيت المقدس ولما وصلوا إلى المسجد الأقصى ربط النبي البوراق في حائط المسجد الأقصى ومن هنا جاءت تسمية حائط البوراق المعروف في وقتنا الحالي نسبة للدب اللي كان ركبها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ولما وصل النبي للمسجد الأقصى تفاجأ بوجود عدد كبير من الناس جوى المسجد ولما سأل جبريل فرد عليه جبريل إن العدد ده هو كل الأنبياء والرسل من آدم إلى عيسى عليهم السلام تخيل معاك ده صديقي واستلجمع الهائل ده من الأنبياء مين اللي هيكون إمامهم بوقت الصلاة أكيد مثلا هيجب بالك إن سيدنا آدم أبو البشر هو الإمام أو مثلا سيدنا إبراهيم خليل الله أو موسى كليم الله ولكن كانت المفاجأة هو إن سيدنا جبريل يقدم سيدنا محمد في محراب الإمام علشان يكون هو إمام الأنبياء في الصلاة وإمامة النبي في الصلاة دلالة على تشريف صلى الله عليه وسلم هو أمته وكمان دليل على إن كل الأنبياء بعثوا من عند الله عز وجل لغاية التوحيد فكل الأنبياء على دين واحد ولكن الاختلاف فقط في الشرائع وروي عن النبي قوله فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقافي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحانت الصلاة فأمامتهم وبعد الصلاة جي جبريل للنبي ومعاه ثلاث أواني واحد في لبن وواحد في خمر وواحد في ماء وطلب منه يختار منه فاختار النبي إناء لبن فقال له جبريل هديت للفطرة وهديت أمتك يا محمد وحرمت عليكم الخمر وده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب الخمر في الجهلية وكان في الوقت ده الخمر لسه متحرمش في الإسلام بشكل قاطع ومن وقتها اتحرم شرب الخمر على المسلمين حرمة قاطعة فدع جبريل لسيدنا محمد وأمته بالهداية والرحلة دي صديقي اسمها رحلة الإسراء لأنه أسرب النبي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما جاء في قوله تعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أما عن رحلة المعراج وهي انطلاق سيدنا جبريل بسيدنا محمد من المسجد الأقصى إلى السماء وبأول النبي في ذلك ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح قال من هذا؟ قال هذا جبريل قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم قال فأرسل إليه قال نعم ففتح يعني صديقي جبريل أخذ النبي وصعد للسماء الدنيا والهية أو السماء وبعدها بيقول النبي فلما علون السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بني فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى وده معنا أنهم لما دخلوا للسماء الأولى شاف النبي صلى الله عليه وسلم رجل آعد ولكن على يمينه وشماله ضل اسود ولما بينظر على يمينه بيضحك ولكن لما بينظر على شماله بيبكي فقال الرجل دا للنبي مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فسأل النبي جبريل عن الرجل وإيه اللي بيحصل معاه فرد عليه جبريل وقال له إنه ده سيدنا آدم وإنه بيضحك لما بيبص على يمينه علشان بيشوف ذريته اللي آمنت ودخلت الجنة ولما بيبص على شماله بيبكي علشان بيشوف الباقي من ذريته اللي كفروا ودخلوا النار فبيبكي على حاله بعد سيدنا جبريل صعد بالنبي محمد إلى السماء الثانية وبقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على عيسى ويحيا فقالا مرحبا بك من أخ ونبي وده معنا يا صديقي إن سيدنا محمد لما طلع للسماء الثانية شفيا سيدنا عيسى وسيدنا يحيا وسلم عليهم وسلموا عليه بعدها صعد للسماء الثالثة وبيذكر النبي ويقول فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على يوسف فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي وبعدها صعد النبي للسماء الرابعة ويذكر النبي وبيقول فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي وبعدها صعد النبي للسماء الخامسة وقابل فيها سيدنا هارون وسلم عليه وذكر النبي دا وقال فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا قال جبريل قال ومن معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي وبعدها صعد السماء السادسة وهناك النبي شاف سيدنا موسى وذكر النبي عن لقائه بموسى فقال فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتينا على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزت بك فقيل ما أبكاك قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي وكان سبب بك سيدنا موسى إنه برغم بعثت سيدنا محمد بعده إلا إن الله يدخل من أمة محمد الجنة أكثر من أمة موسى وبعدها صعد للسماء السابعة وفيها قابل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وطبعا جد النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب بيرجع لسيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليهما السلام وبيقول النبي في لقائه بسيدنا إبراهيم فأتينا السماء السابعة قيل من هذا؟ قيل جبريل قيل من معك؟ قيل محمد قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي وكان سيدنا إبراهيم جالس عند البيت المعمور وقال النبي لقيت إبراهيم ليلة أسرى بي فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وبيقول النبي فرفع للبيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم شوف يا صديقي النبي صلى الله عليه وسلم شاف البيت المعمور والبيت المعمور مسجد في محاذاة الكعبة وبيدخل يصلي فيه كل يوم سبعين ألف ملك ولما بيخرجوا من المسجد مش بيرقعوا لي مرة تانية وقال صلى الله عليه وسلم البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة لو خر لخر عليها يدخله سبعون ألف ملك كل يوم إذا خرجوا منه لم يعودوا وسعتها من شدة انبهار النبي بالملائكة اللي شفها طلب من ربنا أن يحكي القوم عن واحد بس من الملائكة دي ويوصف ليهم فربنا أذن لي فقال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة تم تخيل صديقي حجم طول الملك دي طبعا مش هتقدر تتخيل لأنه شيء لا يمكن يتخيله عقل وكمان بيقول النبي في وصفه لكثرة عدد الملائكة ومدى طاعتهم لله عز وجل إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذثتم بالنساء على الفراشات ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى والنبي هنا بيوصف إن السماء مليئة بالملائكة وإن من كثرة عددهم ما فيش فيها موضع أربع أصابع إلا وفي ملك من الملائكة إما ساجد أو راكع لله عز وجل وداق في قول الله عز وجل في سورة فصيرة فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وعند رؤية النبي للملائكة كانوا يسلموا عليه ويضحكوا له إلا ملك واحد لم يضحك عند رؤية النبي وظل متجهما وهو مالك خازن النار فقال صلى الله عليه وسلم تلقتني الملائكة حين دخلت السماء الدنيا فلم يلقني ملك إلا ضاحكا مستبشرا يقول خيرا ويدعو به حتى لقيني ملك من الملائكة فقال مثل ما قالوا ودعى بمثل ما دعوا به إلا أنه لم يضحك ولم أرى منه من البشر مثل ما رأيت من غيره فقلت لجبريل يا جبريل من هذا الملك الذي قال لي كما قالت الملائكة ولم يضحك إليه ولم أرى منه من البشر مثل ما رأيت من غيره قال فقال لي جبريل أما إنه لو ضحك إلى أحد كان قبلك أو كان ضحكا إلى أحد بعدك لا ضحك إليك ولكنه لا يضحك هذا مالك خازن النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لجبريل وهو من الله تعالى بالمكان الذي وصف لكم مطاع ثم أمين ألا تأمره أن يريني النار فقال بلى يا مالك أري محمدا النار فقال فكشف عنها غطاءها ففارت وارتفعت حتى ظننت لتأخذن ما أرى قال فقلت لجبريل يا جبريل مره فليرضها إلى مكانها قال فأمره فقال له أخبي فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه فما شبهت رجوعها إلا وقوع الظل حتى إذا دخلت من حيث خرجت رد عليها غطاءها المهم يا صديقي أن نواة صعود سيدنا محمد للسماء شم رائحة جميلة جدا فسأل جبريل على الرائحة الجميلة دي وبيروى أن صلى الله عليه وسلم قال لما كانت الليلة التي أسرى بي فيها أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها فسأل النبي عن ماشطة ابنة فرعون وإحكيتها فرد عليه جبريل وقال له بينما هي تماشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدر من يديها فقالت بسم الله فقالت لها ابنة فرعون أبي؟ قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله قالت أخبره بذلك؟ قالت نعم فأخبرت فدعاها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها قالت له إن لي إليك حاجة قال وما حاجتك؟ قالت أحب أن تشمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا قال ذلك لك علينا من الحق قال فأمر بأولادها فألق بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضى وكانها تقاعست من أجله قال يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحبت وما زال النبي يسير في السماء مع جبريل حتى مر على مجموعة من أهل النار فقال لم عرج به مررت بقوم لهم أذفار من نحاس يخشمون وجوههم وصدورهم فقلت ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وأثناء مرور النبي صلى الله عليه وسلم في السماء شاف ناس ليهم أظافر من نحاس وبيجرحوا بها وجوههم وصدرهم فلما سأل جبريل عن هوية الناس دي وليه هم بيعملوا كده؟ رد علي جبريل وقاله إنهم كانوا بيتكلموا في أعراض الناس بالسوء وده جزاء ما فعلوه في الدنيا وهنا يؤطر النبي لقاعدة مهمة مرتبطة بالأخلاق في الإسلام فالإسلام دين بيحافظ على الحقوق والأعراض بالقول والفعل فروية النبي لهؤلاء رسالة واضحة ومبشر الأمة وتحذير من الخوض في أعراض الناس بالباطل وصعد النبي بصحبة جبريل حتى وصل لآخر مكان وهو سدرة المنتهى والسدرة دي شجرة كبيرة بيصفها النبي صلى الله عليه وسلم إن أورقها تشبه آذان الأفيال وبيقول ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر ورقها كأنه آذان الفيول وبيكمل النبي في وصف للشجرة دي وبيقول إنه بينبع من قذرها أربع أنهار منهم نهرين ظاهرين ولما سأل النبي جبريل عن النهرين الظاهرين قال له إن واحد منهم النيل والتاني الفرات ودق في قول صلى الله عليه وسلم في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات ومن أحدث المعراج إن الصلاة فردت على أمة محمد خلالها في السماء السبعة وده دليل على جوهرية الصلاة في الإسلام فهي عماد الدين ولا يقوم للمسلم دنيا ولا دين بدونها فهي الركن الثاني بعد الشهادتين وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ولكن المدهش هو عدد الصلوات اللي فرضها الله عز وجل فربنا عز وجل فرض على المسلمين خمسين صلاة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثم فرضت علي خمسون صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي خمسون صلاة وأثناء نزول النبي من السماء قابل سيدنا موسى فسأله عما حدث معه فرض سيدنا محمد عليه وقال له أن ربنا فرض على أمته خمسين صلاة ساعت سيدنا موسى قال له أن قومك مش هيقدر على العدد ده وقال له يعود تاني يطلب من الله عز وجل لتخفضها على أمته وبالفعل عاد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل التخفيف فخففها الله عز وجل إلى خمسة وعشرين فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا موسى مرة تانية وأخبره أن تم تخفيف الصلاة لخمسة وعشرين فرض علي سيدنا موسى وقال له إن أميته مش هتقدر ورجع النبي إلى الله عز وجل مرة تانية يطلب منه التخفيف ولكن ربنا عز وجل قال لسيدنا محمد لا يبدل القول لدي يعني لن تتغير وجعلها خمس صلوات بأجر خمسين صلاة ولما رجع لسيدنا موسى مرة تانية وحكى ليلة حصل فرضع لسيدنا موسى وقال له قال له أنه يرجع لربه مرة كمان لكن سيدنا محمد قال له أنه استحى من الله عز وجل فقال ففرض الله على أمتي خمسين صلاة قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على أمتك قال قلت فرض عليهم خمسين صلاة قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فرجعت ربي فوضع شطرها قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحيت من ربي قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جناب ذا اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ووصف النبي صلى الله عليه وسلم شكل الجنة وجمالها ورحة ترابها إنها مثل رائحة المسك وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت انتهت الرحلة ورجع النبي لمكة مرة تانية النبي كان مدرك ومتأكد إن قريش مش هتسد إلا حصل معاه وصعوده للسماء فأصبحتني يوم مهموم وحزينة فخرج للجلوس عند باب بيته فمر بي أبو جهل وسأل عن حاله ولكن باستهزاء فالنبي حكى ليه عن رحلته ولكن أبو جهل قبل كلامه بالاستهزاء وقال أبو جهل للنبي إنه هيجمع الناس علشان يسمعوا منه القصة فوافق النبي وبالفعل أبو جهل جمع القوم وطلب من النبي يحكي للناس فحكى وظهرت علامات الدهشة وعدم التصديق عليهم فطلب من النبي يوصف لهم ملامح المسجد الأقصى لأن في عدد منهم عارف المسجد وشافوا قبل كده لكن في البداية النبي لم يستطع تذكر المسجد بشكل دقيق فربنا عز وجل جعله يرى المسجد من مكانه وبالفعل وصف وصف دقيق جدا واتفق الحاضرين إن الوصف ده صحيح شوف يا صديقي بعد كل التفاصيل اللي حكاها النبي الأهل مكة انقسم الناس في مكة لثلاث أقسام القسم الأول اللي هم كفار مكة ودلبة أزدادوا كفر على كفرهم وطبعا على رأسهم أبو جهد أما القسم الثاني فهم عدد من الناس إلا أسلامه ولكن إسلامهم كان لسه حديث وما يدرش أنهم يسدوا المعجزة فارتدوا عن الإسلام أما القسم الثالث فهم المؤمنين اللي معجزة الإسراء والمعراج زوادتهم إيمان على إيمانهم وطبعا خير مثال على النوع ده هو أبو بكر الصديق فالمصادر ذكرت أن أهل مكة لما سمعوا كلام سيدنا محمد عن رحلة الإسراء والمعراج أغلبهم ما كانش مسدق فذهبوا لأبي بكر وسألوه هل هو مسدق قصة الإسراء والمعراج اللي نبي بيحكيها فرد عليهم أبو بكر أن لو محمد قال كده فأكيد هو هيصدقوا دون تفكير وقال لهم أنه صدقوا في الأمور الأكبر من كده اللي هي الرسالة ونبوته رضي الله عن الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتيجة لعدم تصدق قريش للنبي وتزايد إذاءهم ليه هو وأصحابه قرر النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على عدد من القبائل المختلفة علشان يدخل في حمايتهم ويساعدوه في نشر الدين الإسلامي وبدأ النبي يستغل فرصة مجيء الناس في موسم الحج إلى مكة ودي ما كانتش أول مرة فالنبي بدأ في عرض نفسه على القبائل من وقت لما قبلت خذلته وبدأت تئذيه وفضل النبي كرر الموضوع ده كل سنة لحد ما هيحصل شيء مهم جدا هيغير مجرى الأحداث وطبعا زي ما اتفقنا أن مكة كان لها مكانة دينية بين كل قبائل شبه الجزيرة العربية فكان الناس بيجوا من كل بقاع الأرض علشان يحجوا عند الكعبة ولكن بيحجوا للأصنام وبالفعل جاءت القبائل لمكة في موسم الحج وبدأ النبي يعرض نفسه عليهم ويعرض كمان رسالته ولكن قريش كالعادة مش بتسكت فكان أبو لهب بيلف على القبائل ويقول لهم إن ابن أخوه اسمه محمد ابن عبد الله وإنه كداب وإن دعوته ودينه باطلا وبسبب ما كانت أبو لهب وكبر سنه كان العرب بيوقروه فكتر منهم كان بيسمع كلامه وكان عدد القبائل اللي نبي عرض نفسه عليهم كبر جدا فبتذكر المصادر التاريخية وكتب السير إن ربيع ابن عباد وهو صغير كان في موسم الحج مع أبيه وبيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفضل يلف على القبائل ويقول لهم يا بني فلان إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به وبيقول كمان إن كان في راي الكبير باين على الثراء كان بيلف ورى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزة من أعناقكم وحلفائكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه ولما ربيع بن عباد سأل أبوه عن الرجل دا رد عليه أبوه قال له إن دا عمه أبو لهب وكان في قبيلة من ضمن القبائل اللي جات في موسم الحج كان اسمها كندة فرح النبي يدعوهم للإسلام ويعرض عليهم الدخول في حمايتهم إلا إنهم رفضوا وكمان قبيلة بن كلب اللي دعاهم النبي وقال لهم يا بني عبد الله إن الله عز وجل قد أحسن اسم أبيكم ولكنهم رفضوا النبي ودعوته وكان في قبيلة اسمها بانو حنيفة ودي من ضمن القبائل اللي الرسول عرض نفسه عليهم إلا إنهم كانوا أكثر القبائل اللي كان ردهم سيء وبين ابن هشام عن ردهم على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم ولم ييأس النبي ولم يفقده بأسه وثقته في رسالته وكم المسرت في البحث عن قبيلة تنصره فذهب إلى قبيلة بني عامر ابن صعصعة يدعوهم للإسلام ويعرض نفس عليهم فألزع من زعماء القبيلة اسمه بحيرة ابن فراس والله لو إني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب وده طبعا لأنه شف حكمة النبي في كلامه وحسن أخلاءه وظهر علامة الصدق عليه وبعدها قال ابن فراس للنبي كلام غريب جدا وهو أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك فويصد بكلام أنهم لو بيعوه هل هيبقى لهم السلطة على العرب بعد وفاة النبي والحكم يبقى في إيديهم لكن رد النبي عليه كان صادم فقال للنبي الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء وده إن دل على شيء فهو دليل على عدل الإسلام ومساواة بين معطنقين مبعد عن أي تحزب وقبلية الممى صديقه الرجل ده تعصب جدا وقال للنبي أفتهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك وهو بيصد من كلامه إنهم بعد ما ينصروا ويعرضوا أرواحهم للخطر والهلاك في الآخر ما يكونش فيه مقابل للخطر ده ورفضوا إنهم ينصروا النبي ولكن يا صديقي بتذكر المصادر إن القبيلة دي كان لها زعيم كبير في السنة وكان ما بيقدرش يخرج معاهم في المواسم وكان لما بيرجعوا من موسم الحج بيحكوا لي كل اللي بيحصل لهم فحكوا لي على الحوار اللي دار بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكان ردوا عليهم غريب بالنسبة لموقفهم السابق فقال لهم يا بني عامر هل لها من تلاف هل لذنابها من مطالب والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط وإنها لحق فأين رأيكم كان عنكم ومعنى كلامه إن محمد بن عبد الله اللي دعاهم لدينه صادق في دعوته لأنه النسب قبيلته وأصله بيرجع إلى نسل إسماعيل عليه السلام وإنما في الشخص من نسل إسماعيل ممكن يكذب في أمر النبوة أو يدعيها وبرضو ما يقسش النبي ولم يستسلم واستمر في عرض نفسه على القبائل وكان معاه أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وجمع عند قبيلة اسمها بني شيبان والقبيلة دي كان مجلسها بميناء وبيقول علي بن أبي طالب إن أبو بكر الصديق أشار على النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعرضوا على القبيلة دي الإسلام وكمان الحماية وفضل أبو بكر يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن نسب القبيلة دي لأنه كان من أشهر نسبة العرب لحد ما دخلوا على القبيلة وساعتها اللي بدأ بالكلام هو أبو بكر وتحرى البلاغة والحكمة في كلامه فسألهم أبو بكر عن نسبهم وعرف منهم إنهم من قبيلة ذهل الأصغر وبعدها سألوا أبو بكر عن قبيلته فرد عليهم وقال لهم إنه من قريش فسألوا واحد منهم وقال له من أي قبيلة في قريش فرد عليه أبو بكر وقال له إنه من بني تميم وقال للنبي إنهم من سادة القوم وإنهم أهل عزة وكان من بني شيبة مفروق ابن عمر وهاني ابن قبيسة والمثنى ابن حارثة والنعمان ابن شريك وكان أبو بكر يعرف مفروق ابن عمر وجلس أبو بكر بجانب مفروق ابن عمر وفضل يسأله عن تفاصيل كتير تخص القبيلة عن عدد جنودهم وعن كيفية ملاقتهم لعدوهم وعن حروبهم وده طبعا لإن أبو بكر عاوز يعرف مدى قوتهم وهل هيكون عندهم استعداد للدفاع عن الإسلام لو نصروا النبي لإن من أغراض عويتهم وعرض نفسهم عن القبائل هو طلب الحماية والعون وبعدها مفروق سأل أبو بكر وقال له لعلك أخ قريش فرد عليه أبو بكر وقال له إن كان بلاغكم أنه رسول الله فها هو ذا ومعنى كلام مفروق إنهم سموا عن دعوة محمد ابن عبد الله وعن الدين الجديد فنظر مفروق للنبي صلى الله عليه وسلم وقال قد بلغنا أنه يذكر ذلك فإلى ما تدعو يا أخ قريش فردع للنبي وقال له أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأنت أوني وتنصروني حتى أؤدي عن الله الذي أمرني به فإن قريشا قد تظهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد فسأل مفروق النبي عن دعويته فردع للنبي وقال له آيات من سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواخش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وطبعا صديقه مفروق أغجب بكلام القرآن وطلب من النبي إن يعرفوا أكثر على دعوته فعل النبي وإلى ما تضعوا أيضا يا أخا قريش فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض ولو كان من كلامهم لا عرفنا فردع للنبي صلى الله عليه وسلم بآيات من سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأل مفروق دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك ودمعنا إنهم سداء كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال مفروق وهذا هاني بن قبيسة شيخنا وصاحب ديننا فردع له هاني بن قبيسة وقال قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قولك وإني أرى ان تركنا ديننا واتبعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لم نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعو إليه زلة في الرأي وطيشة في العقل وقلة نظر في العاقبة وإنما تكون الذلة من العجلة وإن وراءنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقلا ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر وكلم دمعنا إنهم مش عوزين ياخدوا القرار بسرعة وبدون تفكير وقال هاني بن قبيسة وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا فرد المثنى بن حارثة وقال قد سمعت مقالتك واستحصنت قولك يا أخ قريش وأعجبني ما تكلمت به والجواب هو جواب هاني بن قبيسة وتركنا ديننا واتباعنا إياك لمجلس جلسته إلينا وكمل المثنى كلامه مع النبي وقال ولعل هذا الأمر الذي تدعون إليه مما تكرهه الملوك فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول ومعنى كلامه إنهم يقدروا يحموا النبي ودعوته من العرب ولكن مش هيقدروا يصدوا هجمات الفرسة عنهم لأنهم على موقع استراتيجي من الحدود مع الفرس وكمان بيقول النبي إن أكيد دعوته للإسلام مش هتاجب الملوك فأكيد هيعرضوه وهتحصل حرب بينهم وبين الفرس هما في غنى عنها فألوم النبي صلى الله عليه وسلم ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوائبه ومعنى كلام النبي إنهم ردوا عليه رد ما فهوش استهزاء ولا إهانة كمان النبي صلى الله عليه وسلم كم متفاهم عدم قبولهم هجرتوا ليهم لأن الفكرة نفسها محتاجة دراسة من كل الجوانب وهم ما كانش على قدرة إنهم يحموا الدين من الفرس وده دليل على إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لكل البشر سواء عرب أو عجم والنبي صديقي كان عنده بعض نظر لأنه كان على يقين إن الإسلام هيدخل بلاد فارس في يوم من الأيام ولكنه قبل ما يخرج من المجلس ألهم أرأيتم إن لم تلبثوا إلا يسيرا حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم ويفرشكم بناتهم أتسبحون لله وتقدسونه فالنبي بيقولهم لو ربنا أعطى ليهم ملك كسرة والإسلام دخل بلاد الفرس هتسبحوا الله عز وجل فردوا عليه وأليوله والله وإن ذلك لك يا أخى قريش وده معنى إنهم صدقوا الإسلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بآيات من سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس بني شيبان وهو يثني عليهم وعلى أخلاقهم وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعليه ابن أبي طالب أية أخلاق للعرب كانت في الجهلية ما أشرفها بها يتحاجزون في الحياة الدنيا شوف يا صديقي من دمن مواقف عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل موقفه مع الطفيل ابن عمر الدوسي ورجل ده كان واحد من شعراء العرب المشهورين في الجهلية وقيم مكة في موسم الحج فقريش لما عرفت بمجيئه أسرعت في تجذيب سيدنا محمد عنده وتشويه سرطه حتى قبل ما يشوفه ولحقه قبل ما يروح عند الكعبة وقالوله إن في واحد اسمه محمد وإن معاقب باعه وإنهم كفروا بدين أباهم وأجددهم وإنه بيقول كلام كله كدب ومش حقيقي وإن محمد ده ساحر وبيفرق بين الرجل وزوجته والأب وابنه وطبعا الطفيل صد كلامهم وقال لهم إنه لو شف محمد مش هيستمع لكلامه وبالفعل يا صديقي وضع القطن في أذنه علشان ما يسمعش أي كلمة تخص محمد حتى ولو على سبيل الصدفة فلما ذهب الطفيل عند الكعبة وشف النبي بالرغم من إنه ما كانش يعرفه لكن تعرف عليه من وصف قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها واقف عند الكعبة بيصلي فبدأ الطفيل بالتواف حول الكعبة وفي نفس الوقت بدأ النبي يرفع صوته بقراءة القرآن فجف بال الطفيل إنه إزاي اقتنع بكلام قريش لأنه رجل صاحب عقل وشاعر وبليغ ويقدر يميز الكلام المهم إنه قرر يشيل الأطن من أذنه وبدأ يسمع ما يتلوه محمد ويتفكر في كلام محمد ولأن شاعر لفت نظر بيان وبلاغة القرآن وخلاوة معاني واختلافها فبلاغت ودريت بالشاعر حتخلي فرق بين جميل الكلام وعظيمه وبين إذا كان سحر وسجع كهانه وتأثر الطفيل بكلام القرآن جدا وانبهر بمعانيه وانتظر لحد من النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فتتبعه حتى بيته وعرف نفسه للنبي وبعدها حكى للنبي كل الكلام اللي قريش قالت هوله وعن سماعه هو بيقرأ القرآن ومدى إعجابه بي وبالفعل بدأ النبي يقرأ عليه آيات أكتر فقال الطفيل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وبعدها الطفيل طلب من النبي إنه يفضل قاعد معف مكة ولكن النبي رفض وقال له إنه لازم يذهب ويدعو قومه وطلب من النبي إنه يجعل له آية فدع له النبي صلى الله عليه وسلم وكانت آيته أنه يخرج من رأسه نور يضيء له كل الظلام ولكن رجع للنبي وقال له إن أكد قومه هيقوله على الساحر وطلب من النبي إن يدعو الله عز وجل إن الآية تكون في العصب تعته وبالفعل دعا النبي الله عز وجل وتحققت الدعوة وذهب الطفيل يدعو قومه ولكن لم يدخل الإسلام إلا أبوه وزكته وأبو خريرة الصحابي الجليل وبعد سنة جتني للنبي في موسم الحج وقال له إن قومه مش مسدقينه وطلب من النبي إنه يدع عليهم ودعا الذكر في حديث أبي هريرة قال قدم الطفيل بن عمر الدوسي وأصحابه فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فضع الله عليها قال أبو هريرة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقلت هلك الدوس فقال اللهم اهدي دوسا واتي بها شوف يا صديقي بعدما رفضت كل القبائل نصرة النبي وتقبل دعوته قابل سيدنا محمد عدد من قبيلة الخزرج يتراوح من ثلاثة تسع رجال وكان في مكان عند مكة اسمه العقبة المؤمن النبي دخل عليهم علشان يبدأ يدعوهم للإسلام فسألهم عن قبيلتهم فردوا عليه ألولوا إنهم من الخزرج فرد النبي يسألهم هل هم على عهد مع اليهود وإحنا ذكرنا في حلاءتنا قبل كده إن اليهود كانوا بيسكون ويثرب فردوا بالإيجاب وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بنفسه ويقولهم إن نبي مرسل من عند الله ويقرأ عليهم آيات من القرآن وتار رجال دول افتكروا كلام اليهود ليهم لأنه كان كلما تحصل حرب بين اليهود والخزرج أو أي قبيلة وثنية كانت اليهود بتهددهم وبتقولهم إنها يخرج نبي في آخر الزمان وإنهم هيتبعوه وهيحربوهم مع النبي ذا وساعدها قالوا لبعضهم يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا تسبقنكم إليه وأصد كلمهم إنهم عوزين نسباء اليهود في اتباع النبي ده عشان هم كانوا دايما بيتواعدوا لهم وبالفعل أمانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا وقالوا للنبي إنا قد تركنا قومنا ولقوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك وده معنا إنهم هيروحوا يدعوا قومهم للإسلام واتفعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنهم هيقبلوا في العام المقبل في نفس المكان وبالفعل لما رجعوا للمدينة بدأوا يدعوا أهل المدينة كلها وبيذكر ابن هشام إن ما كانش في بيت في المدينة إلا وبيذكر في النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته للإسلام وفي الوقت ده تزوج النبي من أولى زوجاته بعد السيدة خديجة وهي السيدة سودة بنت زمعة والتي تكلمنا عنها في حلقة الهجرة إلى الحبشة وإنها كانت من أوائل المهجرين هي وزوجها اللي توفى في الحبشة فالسيدة سودة أسلمت وآمنت بدعوة سيدنا محمد وما كانش في حد من عائلتها لسه دخل الإسلام ولما مزوجها كانت وحيدة لا عائلة لها ولا معين وكمان كان سنها أكثر من خمسين سنة وقص الزواج النبي من سودة إن جاءت خولة بنت حكيم لأن كان مهموم وحزيم بعد فرق السيدة خديجة وعرضت عليه أن يتزوج وأمامه امرأتان وحدة بكر وهي السيدة عائشة بنت أبي بكر وثيب هي السيدة سودة بنت زمعة وتزوج النبي حينها من سودة ولما سمع الناس في مكة بالزواج عقبوا لأن السيدة سودة ما كانت شذات جمال ولا حسب ولا مطمع فيها للرجال فيقنوا إن ضمها رفقا بحالها وشفقة عليها وحفاظا لإسلامها وجبرا لخاطرها فهو زواج تم لأسباب إنسانية وكانت سودة معطاء تكثر من الصدقة نطيفة المعشر خفيفة الظل والروح فنريحت في إسعاد النبي وإدخال البهجة والسرور في قلبه وروا ابن سعد في طبقاته عن إبراهيم قال قالت سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صليت خلفك البارحة فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقتر الدم فضحك وكانت تضحكه الأحيان بالشيء وفي السنة اللي بعدها جي وفد من المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عددهم 12 رجل واربع من الأوس وثمانية من الخزرج فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بهم جدا وسألهم هل تبايعوني فوفقوا عليه وبايعوه والبيعة يا صديقي اتسمت ببيعة العقب الأولى وبيعة النساء لأنه أتها لم تفرض الحرب وبايعوا الرسول على ست بنود وهي كما روي عن عبادة بن الصامت قال ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا ناتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف وطبعا دي كلها عادات الجاهلية المذمومة وبالفعل يا صديقي وافئ لاثنشر رجل على بنود البيعة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وكمان النبي أرسل معاهم مصعب بن عمير علشان يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ولما راح معاهم مصعب نزل عند واحد منهم اسمه أسعد بن زرارة المهمة صديقي أن في خلال السنة اللي جلس فيها مصعب بن عمير في يثرب أسلم عدد كبير من أهلها يكد يكون أهلها كلهم وكمان لم تنقطع مرسلات النبي صلى الله عليه وسلم بمصعب وكم بيخبر النبي عن الأوضاع في المدينة وأخوالها وأهلها ومدى تقبلهم للإسلام وما اقترب موسم الحج طلب النبي صلى الله عليه وسلم من مصعب أن يقابله في موسم الحج ولكن اشترط عليكم معا وفد كبير من أهل يثرب اللي دخلوا الإسلام وأنه ينضم بالمسلمين إلى قافلة الحجاج المشركين وده طبعا بسبب خوف النبي عليهم من قريش وبالفعل نفذ مصعب طلب النبي ولكن وهو في الطريق دخل الإسلام ثلاثة من المشركين اللي كانوا معاهم في القافلة وكان على رأس القافلة البراء ابن معرور وكان عمره في الوقت ده حوالي سبعين سنة وقابل مصعب النبي مع وفد من أهل يثرب وصل عددهم لثلاثة وسبعين رجل واثنين من النساء وساعتها النبي طلب منهم إنهم يذهبوا لمنى ويباتوا فيها ويصحوا تاني يوم يقبلوا عند العقبة طلب منهم ما يجوش في جماعات وده عشان قريش ما تعرفش بأمرهم وتقتلهم وبالفعل سمعوا كلام النبي ورحوا تاني يوم عند العقبة واستنوا ودخل عليهم النبي ومعا عم العباس ابن عبد المطالب وبالرغم من عدم إسلام العباس في الوقت ده إلا إن العباس كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم وبيحميه من بعد وفاة أبي طالب وبدأ العباس بالكلام وقال يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم في عز ومنعة وأنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومنعوه فأنتم وذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلمون فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة فرد الانصار قاله قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله واخذ لنفسك وربك ما أحببت فالانصار ضربوا مثالا عظيما ونبيلا في صدق وقوة الإيمان وتعلقهم بذات النبي وثقتهم في دعوته وشخصه وحكمته فحق لهم أن يسموا أنصار وإن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام وأثنى على الله عز وجل وقرأ آيات من القرآن الكريم ثم قال تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فرد على البراء بن معرور وقال له والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل حرب وثال النبي وألوله على من نبايعك فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة وبالفعل يا صديقي وفق الأنصار على كل شروط البيعة شف يا صديقي سيدنا محمد لم يغبر أصحابه في مكة عن أمر العقبة ولا عرف الأحداث اللي حصلت مع وفد المدينة وده طبعا علشان الأخبار ما توصلش للقريش فيمنع النبي وأصحابه من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أبلى رم ربنا يأذنه بالهجرة شف رؤية وأخبر بها أصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان وأول لما النبي نزل على الوحي بالهجرة فرح جدا لأن المسلمين والنبي كانوا بيعانوا من الطيغات قريشي ليهم ومع برور الوقت كان بيزيد الأذى ولأن دعوة الإسلام ورسالته لكل الأمم والبشر فلابد للنبي إنه يبني للإسلام طرق ينطلق منها خلال العالم ويثرب كانت من أهم الأماكن المركزية اللي ممكن ينطلق منها الدعوة وكمان أهلها بيع النبي وأخذ منهم العهد والأمان والثقة فأصبحوا أنصارا له وللدعوة زي ما قلنا في حلائتنا اللي فاتت وإن أخبر النبي أصحابه يستعدوا علشان ربنا أذى ليهم بالخروج من مكة ليثرب اللي هي المدينة حاليا ولكن صديقي تفتكر مين أو الحد هيهاجر للمدينة أكد يجب بالك أن النبي أول حد هيخرج من مكة لأن القريش مش سكتين عن إذاءه ومحاولات التخلص منه وكمان هو النبي فطبيعي يقود أتباعه ويقدم عليهم ولكن اللي حصل عكس كده ربنا عز وجل أمر النبي أن يخرج المسلمون أولا ثم ينتظر النبي أمر ربنا عز وجل في خروجه فالسبب ده ممكن يكون أن النبي لو خرج الأول وسبب المسلمين في مكة الوحدهم ممكن قريش تقتل كل المسلمين وده مش بعيد عليهم طبعا فالغلب ليهم في كل شيء وبرضو وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الوحد في خطور عليه ولكن ده أمر الله عز وجل ولا جدال فيه واللي طبعا كان وراء حكمة وعظة ولأن محور اتخاذ قرار الهجرة لم يكن شخصا عاديا بل كان خير البشر أجمعي نبي الله ورسوله القائد العظيم والمعلم فكانت العملية أشبه بمركز عمليات حربية تحت القيادة العامة للنبي اللي رسم الخطط ووضع المسارات وعد العدة اللي شكلت الخطوات الرئيسية لعملية الهجرة وشملت الإعدادات دي أولا إنها سرية ثم اختيار الوقت المناسب والمشاركة والتشاور في اتخاذ القرار فنبينا الكريم شاور أصحابه ولم ينفرد بالقرار وتجهيز المكان المراد الهجرة ليه هو يثرب اللي تم تجهيزه دينيا وأمنيا زي ما قلنا عن طريق باعة أهلها للنبي وأهدوهم لي بالولاء وطبعا تجهيز كل شيء متعلق بالانتقال زي الطريق ومن اللي هيساعدهم على الخروج من مكة واللي كان الخروج منها من أصعب ما مر بالنبي وكيفية الخروج وبدأ المسلمون بالهجرة وكان من أوائل المهاجرين هي أم سلمة رضي الله عنها وزوجها وهجر بعد أبو سلمة عتت كبير من الصحابة ومنهم عامر بن ربيعة ومع زوجته خرج المسلمون واحد ورد تاني ما خرجوش بشكل جماعي وده لعدم لفت نظر قريش لحد ما أصبح بيوت كتير في مكة خالية من سكانها وفي عائلات بأكمالها خرجت للهجرة ومنهم بنو جحش بأكمالهم ومن القصص المؤثرة في هجرة المسلمين ليثرب هي قصة الصحابي صهيب الرومي واللي كان من بلاد الروم وجل مكة وكان فئر جدا ولكنه اشتغل بالتجارة وأصبح من الأغنياء ولما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة دخل صهيب في الإسلام مع المسلمين الأوائل ولما أذن الله عز وجل للمسلمين بالهجرة إلى المدينة كان صهيب من ضمن المهاجرين وعشان هو غني لعمله في التجارة جه الصهيب عشر من الإبل بالمؤن وضع في تجهيزهم كل الأموال اللي بيملكها ولكن شفوا زعماء قريش فألوله أتيتنا صلوكا فكثر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تريد أن تخرج بنفسك ومالك والله لا يكون ذلك فألهم رأيتم إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي فقالوا نعم فقال أشهدكم أني قد جعلت لكم مالي وبالفعل تنزل صهيب عن كل ماله لقريش فلما عرف النبي الخبر قال ربح صهيب ربح صهيب ونزل في صهيب قول الله عز وجل في سورة البقرة ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله ومن ضمن المهاجرين ليثرب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولما جاء عمر يخرج للمدينة أخذ معاه عدد من المستضعفين إلى دخل الإسلام وكمان كمع صحابي يسمى عياش ابن أبي ربيعة المخزومي في الفترة دي بيبقى عدد أليل من الصحابة في مكة وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم موجود معاهم وكمان أبو بكر الصديق وعلي ابن أبي طالب وطبعا آل بيت النبي وأبناء أبي بكر ولكن بدأت قريش تحس أن محمد وأصحابه بيدبروا لأمر معين وده بعد خروج عدد كبير من المسلمين ليثرب وطبعا هم خايفين أن محمد بن عبد الله يخرج من مكة لأن معنى خروجه من مكة هو انتشار الإسلام وتكوين أتبع لي وبكده هيبقى لحصانة وكلمة مسموعة وده طبعا في تهديد لمكانتهم بين العرب وانفرت له السلطة من إيديهم وكمان تواجد محمد وتكوين أنصر لي في يثرب بالذات وتحولها لمركز قوة لمحمد وأتباعه ده هيدر بمصالحهم التجارية لأن يثرب بتقع في طريق تجارتهم لبلاد الشام وبالتالي لو سيطر المسلمون عليها ده هيدر بمصالحهم المهمة صديقي كل القبائل الموجودة في مكة إلا على أعداء مع النبي وصحابته عايزين يتخلصوا منه ومن دعوته قراروا يتجمعوا في دار الندوة في اجتماع طارئ علشان يشوفوا حل في أمر محمد بن عبد الله وأصحابه لأنهم أيقنوا أنه بيستعد للهجرة وحضر للاجتماع زعماء كل قبائل قريش فاكتمع بمن عبد شمس عطبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب ومن بني نوفل بن عبد مناف طغيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر بن نوفل ومن بني مخزوم أبو جهل بن هشام ومن بني جمح أمي بن خلف وبيرو بن إصحاق بيقول لما أجمعوا ذلك واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوا في اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بتلة فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفا على بابها قالوا من الشيخ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعظمكم منه رأيا ونصحا قالوا أجل فادخل فدخل معهم يعني الاجتماع كان تحت إشراف إبليس وبدأ الاجتماع وبدأوا يتكلموا فأل بعض منهم إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا فأجمعوا فيه رأي وبالفعل بدأ كل واحد فيهم يعرض اقتراحه شوف يا صديقي قريش أبدعت في اقتراحتها وكم ضمن الاقتراحات دي إنهم يعذبوا محمد لحد ما يموت ومع كل اقتراح كم بيقترحوا حد من سادة قريش كم بيعترض عليهم الشيخ اللي من نجد وزي ما قلنا إنه هو الشيطان فمنهم اللي اقترح إنهم يطردوا محمد بر مكة أصلا ومنهم اللي قال إنهم يربطوا بالحديد ويحبسوا وطبعا كل ده والشيطان بيرد عليهم بالعواقب مر يقول لهم المسلمين مش هيسكوتوا ومر يقول لهم بني هاشب مش هيسكوتوا وعلى رأسهم عم محمد العباس بن عبد المطالب لأنه من ساعة وفاة أبي طالب وهو تعهد بحماية النبي صلى الله عليه وسلم لكن كل ده أبو جهل كان ساكت إلا إنهم سألوا عن رأيه فألهم أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق قدمه في القبائل جميعا فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا وكان ذا لإقتراح الأشر والأدهى والأكثر مكيدة اللي تم اقتراحه في اجتماعهم وإن رد إبليس وقال لهم القول ما قال الرجل هذا الرأي أنذي لا رأي غيره وخرجوا من الاجتماع وهم متفقين أنهم هيغضوا من كل قبيلة شاب قوي وكل الشباب دول هينقدوا على محمد بن عبد الله ويؤتلوا مرة واحدة وبكده دمه يتفرق بين القبائل يعني ما يكونش شخص بعينه اللي أتلوا فيدر بنو هاشم وبنو عبد مناف إنهم يقتصوا من قاتله بل عدة أشخاص من قبائل مختلفة فيكون القصاص صعب ومحال وفي ظل ما كانت قريش تدبر المكائد كان الله عز وجل يجهز نبيه للبعد عنهم والنجاة بدينه وبأصابه لمكان جديد ولعهد جديد للدعوة وفي الوقت ده نزل جبريل على النبي بالوحي يأمره بالهجرة هو وصاحبه الصديق وقال جبريل للنبي على الخطة اللي قريش بتستعد لتنفذها فذهب صلى الله عليه وسلم يخبر صاحبه الصديق رضي الله عنه وطبعا النبي ما كانش معتاد إنه يروح لأبي بكر في الوقت ده فاستغرب أبو بكر من مجيء النبي في الوقت ده ولكن كان على يقين إن في حاجة مهمة حصلت لأن النبي كان متعاود يروح عند أبو بكر في بيته إما الصبح أو بالليل ولكن مش في نص اليوم وهنا طلب النبي من أبي بكر أن يخرج أي أحد من البيت لأنه عاوز في أمر مهم وسعتها أخباره صلى الله عليه وسلم بخطة قريش وإن ربنا عز وجل أذن لي بالهجرة فطلب أبو بكر صحبة النبي فأخبره النبي أنه سيكون رفيقه في رحلته ففرح الصديق ومن شدة فرحته أهد يبكي وقال للنبي إنه أعد العدة ليوم الهجرة علشان هو كان حاسس إن ربنا هيأذى لهم بيها ولكن النبي افتكر شيء مهم جدا وهو أمانات الناس إلا عنده في بيته فبالرغم من إنهم كذبوا الإسلام إلا إنهم كانوا بيستأمنوا النبي على أموالهم فرجع النبي لبيت وكان عنده علي بن أبي طالب لأنه زي ما اتفقنا إن علي تربى في بيت النبي وكان ملازم ليه وساعتها طلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي إنه ما يهاجرش غير لما يخرج هو الأول وبعد كده يروح علي رد الأمانات لأهلها لكن والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع علي سم عصط ناس من قبائل قريش وهم وقفين عند الباب وبصوا من الباب علشان يتأكدوا وبالفعل لأجمع من الناس قدام بيت النبي ساعتها أمر النبي علي إنه هنما كانوا في الفراش ويتغطى بالبردة بتاعته وقالوا إن الله عز وجل هيحفظوا منهم وسعتها جي جبريل بوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ياخد شوي التراب وينثر على الكفار وهو بيقرأ قول الله عز وجل في سورة يسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وبالفعل يا صديقي النبي صلى الله عليه وسلم عمل اللي قال له عليه جبريل فحدثت المعجزة والقوم متجمعين قدام الباب ما شفوش النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج وبعدها أسرع النبي لبيت أبي بكر علشان هيخرج مع بعض في رحلة الهجرة ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم متخفيا علشان قريش ما شفوش وخرج أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم سرا قاصدين يثرب اللي هي المدينة حاليا وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسير هو وصاحبه وكانوا بيدوروا على أي مكان آمن يحتموا فيه وبالصدفة لقوا جبل اسمه ثورة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحبه الجبل وهنا ظهرت مكة أمام النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الجبل بوضوح فبكى صلوات ربي وسلامه عليه وقال أما والله إني لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأكرمه على الله ولولا أهلك أخرجوني منك ما خرجت أنت بتخيل صديقي مدى الألم اللي عاش النبي صلى الله عليه وسلم والمعانا والأذى اللي تعرض له علشان بس يوصل لنا رسلت الإسلام أهل تخلوا عنه وأذوه حتى قبلته اتفأت على أتله وكان السبب في خروجه من أحب البلاد لقلبه ولكن هو كان صامد أمامهم وبيجاهد علشان هو صاحب حقه ورسالة لازم يبلغها حتى لو ده يكلف حياته وحتى لو أهل أذوه لكن هيفضل بينتمي ليهم وأهلي وإن ظنوا علي كرام وبوصول النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر للغار دخل أبو بكر الأول علشان يطمئن إن الغار أمان ومش موجود فيه أي حيوان ممكن يأذي النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل الغار كان أمان فدخل أبو بكر والنبي واستقروا في الغار نرجع بقى لقريش عشان نعرف حصل إيه للمشركين اللي كانوا وقفين على الباب عند بيت النبي شوف يا صديقي الكفار فضلوا مستنيين عند باب بيت سيدنا محمد لحد وقت الظهيرة كده وطبعا هما مشافوش النبي وهو خارج فاعتقدوا إنه لسه نايم ولكن حبوا يتأكدوا فنظروا من الباب لأحد نايم في فرش النبي فتوهاموا إنه هو وبعدها بشوية فتح علي رضي الله عنه الباب وأبو من الباب تفتح رفعوا سيفهم لأنهم كانوا فكرين النبي صلى الله عليه وسلم فلما شافوا علي استغربوا وسألوا عن محمد ولكن علي قال لهم إنه ما يعرفش مكانه وفعلا هو كان صادق لأن النبي ما قالش العلي على خط صيره فهو ما كانش يعرف غير إنه متجه ليثربه بس وما حكاش ليه تفاصيل عن الهجرة علشان ما يكونش فيه خطر عليه بمعرفة التفاصيل دي وقريش في الوقت ده أشاعت خبر في مكة إن أي حد يدلهم على مكان محمد بن عبد الله هيددولوا ميت ناقة وطبعا عبد الله بن أبي بكر كان بيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بكل تحركات قريش وكل أحداث اللي بتحصل في مكة فكان دايما يروح لهم في الغار وبعد لما عبد الله بن أبي بكر يخرج من الغار كان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر بيرعى الأغنام عند الغار ويحلبها ويعطى للنبي وأبي بكر يشربوا من الحليب وكمان سبب رعي عامر بن فهيرة للأغنام عند الغار هو إخفاء أثار أقدام عبد الله بن أبي بكر وكمان أسماء بنت أبي بكر كانت بتجي للغار علشان تحضر الطعام للنبي وأبيها وكانت بترتدي نطاق على خاصرتها فشقته إلى نصفين نصف للماء والآخر وضعت فيه الطعام علشان كده أطلق عليها المؤرقون لقب ذات النطاقين واللي قال لأسماء وعبد الله أولاد أبو بكر على مكانهم هو عبد الله بن أريقت فكان هو دليل النبي وأبو بكر في رحلتهم للمدينة وبالرغم من إنه ما كانش مسلم لكن النبي أمينه وهو تكتم على السر وساعد النبي وصاحبه وطبعا قريش ما كانتش سكت وعوزت تعرف مكان محمد بأي طريقة فخاطرت على بلهم فكرة وهو إن ممكن النبي يكون مستخبي عند أبي بكر فراح عدد من المشركين وعلى رأسهم أبي جهل لبيت الصديق فلما طرقوا الباب فتحت لهم أسماء بنت أبي بكر فسألوها عن أبي بكر والنبي فعلت لهم إنها ما تعرفش مكانهم فأم أبو جهل ضربها على وجهها بالقلم لدرجة إن وجهها نزف دماء واستمروا في البحث في المناطق المحيطة بمكة وقوموا عند جبل ثور وساعتها قالوا أني أكيد محمد ما يقدرش يطلعه وده بسبب عرط الجبل وشدة ارتفاعه ولكن أبو جهل قال لهم إن الجبل في فتحة وإن ممكن محمد يكون فيها وبالفعل طلوا عند الجبل وشافوا الغار ولكن الله عز وجل أعماهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار وأبو بكر بيقول كنت مع نبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين قلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما وبالمناسبة حبيب عرفك صديقي إن قصة الحمامة والعنكبوت روايتها ضعيفة علشان كده أهل العلم لم يتفقوا في ذكرها ولكن قريش ملأتش أي أثر للنبي عند جبل ثورة فقدروا أنهم ينزلوا ويرجعوا يبحثوا عنه في أماكن مختلفة والمصادر بتذكر إن النبي مكث في الغار لمدة ثلاثة أيام وبعدها خرج صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه علشان يكملوا طريقهم ليثرب شوف يا صديقي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الطريق هو والصديق وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقت خلست المؤن اللي كانت معاهم وبالصدفة وهم ماشيين لا أخيمة لسيدة في البدية من قبيلة خزعة فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندها وكان اسمها أم معبد الخزعية وسعتها سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل عندها طعام أو لبن؟ ولكن ردت علي أم معبد إنها ما عندهاش طعام ولكن عندها الشاة بس مش بتنزل لبن فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أنها تخضر الشاة ومسخ على ضرعها وبدأ يحلبها والمدهش أن الشاة نزلت لبن كتير جدا ملأ الإناء فطلب إناء تاني وامتلأ هو كمان وأعطى الأم معبد تشرب الأول وبعدها أعطى الأصحابه اللي كانوا معاه علشان يشتربوا وفي الآخر شارب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع يكمل طريق هجرته والنبي مكمل في طريقه هو والصديق رضي الله عنه شفهم واحد فأسرى علشان يخبر قريش بالمكان اللي شفهم فيه وفي الوقت ده كان قاعد مع قريش واحد اسمه سراقة ابن مالك وكان وقتها لسه ما دخلش الإسلام وكان عارف عرض قريش لميت ناقة لأي حد هيلاء محمد فساعتها رد عليهم وقال لهم إن الناس اللي شفهم دول تبعوا ومستحيل يكونوا محمد وصحبه قام سراقة وأحضر فرسه وعزم على إنه هو الهيلاء محمد وصاحبه علشان يخد المكفأة هو بالفعل لحق بالنبي ولكن شف أبو بكر من بعيد والأبو بكر لسيدنا محمد إن فيه شخص على فرس متجه لحيتهم وكان كل لما سراقة يقرب من النبي كان بيقع من على الفرس واتكرر الموضوع الثلاث مران فبيذكر سراقة وبيقول إنه أدرك إن محمد صعب لوصلي بأي أذى فلما وقع آخر مرة قرب من النبي وقال له أنا سراقة ابن جعشم انظروني أكلمكم فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه وساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يشوفه وعيزه فكلموا أبو بكر فقال سراقة للنبي تكتب لي كتابا يكون آية بيني وبينك فقال النبي لأبي بكر اكتب له يا أبا بكر وبكتابة الكلام دا هيكون أخذ الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم واستكمل النبي وصاحبه طريقهم لحد لما وصلوا لمكان اسمه قباء وقباء كانت بالقرب من يثرب فنزل فيها وكان طبعا فيها مسلمين وقعد فيها حوالي أربع أيام وبيذكر البعض أنهم أكتر من كده وبنى النبي فيها مسجد وده كان أول مسجد في الإسلام وتسمى بمسجد قباء وهم في قباء لحق بيهم علي بن أبي طالب وأول حاجة سأل عنها النبي أول لما شافه هي الأمانات فسألوا إن كان رد الأمانات لأصحابها ولا لا ولكن بالفعل رد علي الأمانات إلى أصحابها فاطم أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها خارج في طريقه ليثرب مبدأ كده صديقي أنا حابب أقولك أن أهلي يثرب كانوا منتظرين مجيء النبي على أحر من الجمر فلما عرفوا بخرجوا للهجرة كانوا كل يوم يطلعوا على بيوتهم والأماكن المرتفعة الموجودة في يثرب علشان يترقبوا مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبيفضلوا على حالهم ده لحد لما الشمس الغيب ولكن في اليوم اللي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا دخلوا لبيوتهم لأن الشمس كانت غابت اللي عرف بمجيء النبي هو واحد من اليهود لأنه كان بيشوف المسلمين كل يوم بيطلعوا على أماكن مرتفعة علشان ينتظروا قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلوا سمع واحد من اليهود بيصيحوا بيقولهم يا بني قيلة هذا جدكم قد جاء وطبعا كل أهلي يثرب خرجوا علشان يستقبلوا النبي في جو مليء بالحب والألفة بس هما ما كانوش عارفين يفرقوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وده لسببين أولهم أن أغلبهم ما كانش شاف النبي والسبب الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق كان عمرهم متقارب من بعض فاختلط على أهل المدينة الأمر ولكنهم عرفوا النبي لما لأوا أبو بكر بدأ يظل للنبي صلى الله عليه وسلم بعباءته وبعد استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم عوزين يقيم عندهم وكان كل ما يمر ببيت حد فيهم كان يطلب منه أنه ينزل في بيته ولما كانوا بيحاولوا يمسكوا نقة النبي كان بيقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة وطبعا النبي يقصد على نقته القصوى وبالفعل يا صديقي فضلت النقة تمشي لحد ما بركت عند مربط بالقرب من دار بني مالك ابن النجار وكان المربط ده لغلامين يتمين من بني النجار اسمهم سهل وسهيل ابني عمر وكانوا في رعاية معاذ ابن عفراء وهو واحد من بني النجار ومعنى المربط هو المكان اللي كانوا بيستخدموا أهلي يثرب علشان يحطوا فيه التمر وكانت بتحصل فيه المناظرات بين الشعراء وكان بيبقى مكان بيضعوا فيه الإبل بتاعتهم ولكن يا صديقي لما بركت الناقة في المكان ده لم ينزل النبي من على ظهرها فمشيت شوية وبعدها رجعت لنفس المكان اللي بركت فيه أول مرة وبركت فيه تاني فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على الناقة وبدأ يسأل أهل يثرب لمن هذا المربط فرد معاذ ابن عفراء على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هو يا رسول الله لسهل وسهيل ابني عمر وهما يتمان لي وسأرضيهما منه ويقصد معاذ إنه هيدفع للغلمين ليتمان دول أموال مقابل المكان ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بدار أبي أيوب الأنصار وهو من بني النجار وبيقول أبو أيوب الأنصار في نزول النبي صلى الله عليه وسلم ببيته لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو فقلت له يا نبي الله بأبي أنت وأمي إني لا أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي فظهر أنت في العلو وننزل نحن فنكون في السفل فقال يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشان أن نكون في سفل البيت قال فلقد انكسر حب لنا فيه ماء فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفا أن يقتر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء يؤذيه وده من شدة حبهم واحترامهم للنبي وحرصهم على رحته بعدها بدأ النبي في تأسيس الدولة في يثرب وأول شيء عمله هو إنه أمر الصحابة ببناء المسجد في المكان اللي بركت عنده الناقة اللي هو مربد الغلمين اليتيمين واستمر بناء المسجد حوالي سبع شهور وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بنفسه في بناء المسجد علشان يحبب الصحابة في العمل وتهافت الصحابة على النبي وبدأوا يشركوا البناء وقال لهم ساعتها لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم المهاجرين والأنصار فأول شيء وضع هو المسجد وضع للعمران لأن المسجد قاعدة تجمع ومن ثم يكون الانطلاق ومن ضمن المواقف اللي حصلت مع الصحابة وهم بيبنوا المسجد موقف عمار بن ياسر وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لي شوف يا صديقي بيروي أهل السير والحديث إن وقت بناء المسجد في يثرب كان الصحابة بيحملوا لبنة وحيدة فقط علشان يحطوها فوق بعض علشان يبنوا جدران المسجد إلا عمار بن ياسر كان بيحمل لبنتين مع بعض فجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هو ليه بيحمل لبنتين قال له عمار إنه عاوز ياخد الأجر مضاعف وبيذكر أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نفض التراب عن عمار وقال له إنه سيقتل من الفئة الباغية ولو حبيب تعرف أكثر عن عمار بن ياسر وقصة مقتله شوف حلقتنا عنه المهم يا صديقي إن بعد استقرار سيدنا محمد بيثرب توفض عليه باقي المسلمين اللي كانوا في مكة كلهم ومنهم زوجته سودا وبناته رضوان الله عليهم جميعا ولم يتبقى بمكة أحد من المسلمين إلا إذا كان في الأسر أو مجبر على الوجود فيها وبدأ النبي في تأسيس الدولة دولة ليها قواعد وفيها احترام لحقوق الفرد وكان في الوقت ده المجتمع في يثرب مكوى من المهاجرين اللي جمع النبي من مكة وأهل يثرب نفسهم اللي هم الأوس والخزرج واليهود وهم ثلاث قبائل بن قينقا وبن قريضة وبن النضر زي ما قلنا في حلاءتنا قبل كده كمان عرض النبي وضع دستور علشان ينظم إلى علاقات بين أفراد المجتمع ويحفظ حقوق كل طائفة لأن حفظ الحقوق هيساعد على وجود ألفة بين أفراد المجتمع فوضع صحيفة يثرب بين المهاجرين والأنصار واليهود اتجمع فيها كل أطياف المجتمع والبعض بيسميها دستور المدينة أو العهد النبوي أو الدستور المدني وهي أول وثيقة حقوقية في تاريخ العرب وعقد مواطنة متقدم على عصره وعلى ما مضيئة في تاريخ الحضارة الإسلامية والإنسانية والصحيفة دي كان فيها شرط كتير من ضمنها أن المؤمنين كلهم إخوة سواء كانوا مهاجرين أو أنصار والشرط دا بيمحي فكرة العصبية القبلية اللي كانت عند العرب قديما فالصحيفة بتبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وذا نأل العرب لأول مرة من مستوى القبيلة والالتفاف حولها والانتصار لها إلى مستوى الأمة وكمان من ضمن المبادئ اللي نصت عليها الصحيفة هو مبدأ التكافل الاجتماعي وإن المسلمين يسندوا بعضهم ماديا لأن أهل مكة اللي هم المهاجرين ما كانش معهم أي أموال ولا بيمتلكوا أي شيء بسبب اللي حصل لهم من قريش وإنهم أخذوا منهم كل أموالهم وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على نصرة المظلوم ونصرة أي حد يدخل في حلف المسلمين وإحميتهم ودي كانت عادة إيجابية عند العرب قديما والنبي أكد على أهميتها فجاء في جزء من نصها وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوخوا بالمعروف في فداء أو عقل وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه والمفرح هو المثقل بالدين وكثرة العيال كمان يا صديقي من ضمن مبادئ الصحيفة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحرية لليهود في ممرسة شعائرهم الدينية من غير ما يتعرضوا للمسلمين بأي أذى وكمان أعطاهم الأمان على أرواحهم وتعهدهم الوقوف بجانب المسلمين في الدفاع أن يثرب ضد أي عدو وأنهم ما يدخلوش في أي حلف يناف بنود الصحيفة اللي ورد فيها وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وإن يهود بن عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يطغي إلا نفسه وأهل بيته ويطغو بمعنى يهلك وجاء في خاتمة الصحيفة وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسبا إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم وإن الله جار لمن بر واتقى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الملاحظ هو الموضوعية الشديدة في نص الصحيفة فالدباقة ما كانش فيها متح الرسول القائد أو حتى في بنود تعطي صلاحيات استثنائية رغم ما كانت كرسول ورئيس للدولة فالدستور خل من الثناء والمتح والإطراء للنبي أو للمسلمين وكانت بنود دقيقة تتمحور حول الحقوق والواجبات والحريات وساوت بين الجميع وآطت الجميع حريتين مهمتين هم حرية العقيدة والعبادة والحرية الاقتصادية ولم تلزمهم بشيء سوى بالتعاون وقت الدفاع المشترك ضد أي عدوان خارجي وقال المستشرق الروماني جيورجيو مادحا الوثيقة دونا هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية وحرية إقامة شعائرهم أما صديقي عن مؤاخات النبي بين المهاجرين والأنصار فدا من ضمن السياسة للتباح النبي في ترصيخ قواعد الدولة الإسلامية فقال صلى الله عليه وسلم تاخو في الله أخوين أخوين ثم أخذ بيد عليه بن أبي طالب فقال هذا أخي وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حمز بن عبد المطالب وزيد بن حريثة وبين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصاري وبيحكي عبد الرحمن بن عوف على موقف سعد بن الربيع معاه لما أخى النبي بينهم وبيقول عبد الرحمن إن سعد بن الربيع عرض عليه أن يعطي نصف ماله وعدد من أبنائه وإنه كمان كانوا زوجتين فعرض على أنه يختر أي وحدة فيهم فيطلقها سعد ويتزوجها عبد الرحمن ولكن سعدها رفض عبد الرحمن ودع لسعد بالبركة في ماله وأولاده وزوجاته وطلب منه أنه يدل على مكان السوء ولو حبيب تعرف أكثر عن عبد الرحمن بن عوف وقصة إسلامه وقصة المؤخذين وبين سعد بن الربيع يبقى لازم تشوف حلائتنا عن عبد الرحمن بن عوف وبعد ما أسس النبي قواعد الدولة واستقرت الأمور فيها قرر النبي إنه يتزوج من عائشة بنت أبي بكر الصديق واللي كان النبي خطبها قبل الهجرة وقت ما عرضت عليه خولة بنت حكيم بعد وفاة السيدة خديجة مرأتين وحدة ثيب واللي تزوجها النبي بالفعل وقتها وهي السيدة سودة بنت زمعة ووحدة بكر زي ما قلنا في حلائتنا قبل كده وقصة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها كانت من أجمل القصص اللي حكاها لنا أهل السيار فلما عرضت عليه خولة مرأتين كانت البكر فيهن هي عائشة بنت أبي بكر النبي وقتها قال تذهب للتنين فذهبت إلى بيت أبي بكر الصديق وهناك قابلت زوجته أم روماني وقالت لها يوم رومان ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة فردت عليها أم روماني وقالت لها وماذاك فقالت خولة أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة وسعتها أم روماني قلت لها إنها تستنى أبو بكر علشان تستأذنه فلما جاء أبو بكر وعرف بالموضوع فقال للسيدة خولة هل تصلح له إنما هي ابنة أخي وده بسبب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة إن كل المسلمين أخوة فلما رجعت خولة تقول للنبي كلام أبو بكر الصديق رد عليها النبي وقال لها إنهم أخوة في الإسلام وإن بنت عائشة تصلح كزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم الموما صديقي رجعت خولة مرة تانية لأبي بكر وقالت له على كلام النبي وساعتها أبو بكر طلب منها إنها تنتظر وخرج من البيت فاستغربت من فعله فسألت أم روماني عن السبب فقالت لها أم روماني إن مطعم بن عدي كان متفق مع أبي بكر إنه يزوج عائشة لإبنه وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش عنده علم بالخبر ده فذهب أبو بكر لمطعم بن عدي علشان يسأله هل هم لسه على وعدهم في خطبة ابنه لعائشة ولكن زوجة مطعم ردت وقالت له إنهم مش عاوزين يكملوا في الخطبة لإنها خايفة على ابنها من فتنة أبو بكر لي عن دينه فيدخل الإسلام وساعتها أبو بكر حاب يتأكد من ردها فسأل مطعم ابن عدي هل هو موافق على رأي زوجته فرد عليه مطعم إنه مش هيتمم الخطبة وأكد على كلام زوجته وطبعا فرح أبو بكر جدا من رد مطعم وزوجته ورجع أبو بكر لبيته وقال لخولة ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى كلامه إنه موافق على طلب الرسول في إنه يأتي لطلب الزواج من عائشة وبالفعل جاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الزواج من عائشة فوافق أبو بكر وكان عمر عائشة في الوقت ده حوالي ست سنوات أو سبعة ولكن النبي لم يدخل بها وطبعا الزواج في السن ده كان متعرف عليه عند العرب قديما والدليل على كده إنها كانت مخطوبة من شخص آخر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وتأسيس لقواعد الدولة وفي نهاية السنة الأولى من الهجرة بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وكانت وقتها بلغت تسع سنوات وبعد زواج النبي بالسيدة عائشة أخبرها النبي إن سبب زواجه منها كان رؤيا رآها ورؤيا الأنبياء وحية فقال النبي أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يكو هذا من عند الله يمضهي ودمعنا إن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين وكانت السيدة عائشة مضغطية بقطعة قماش من الخرير فلما سأل النبي جبريل عن من اللي موجود في قطعة القماش دي رضى علي جبريل وقال له إن هذه زوجتك ولما بيكشف النبي عن الغطاء كان بيلاء إنها عائشة شوف يا صديقي بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتأسيس دعائم الدولة فيها ووضع القوانين بين أفراد المجتمع فرض الله عز وجل على المسلمين الصيام في قوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وبعد فرض الصيام فرضت زكاة الفطر ثم الزكاة بشكل عام ومن ضمن الآيات اللي نصت على فرضية الزكاة قول الله تعالى في سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وكمان أنزل الله عز وجل الحدود وفيها أمر النبي المسلمين بعبادة الله عز وجل وطاعته وفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وسبب إنزال الله عز وجل للحدود هو الحفاظ على مصالح العباد فلو نفس الإنسان بعدت عن الذنب ربنا هيفتح لها باب التوبة والاستغفار لكن إذا أصرت على معصية الله وأبت إلا أن تغشى حماه وتتجاوز حدوده زي التعدي على أموال الناس وأعراضهم فلمد من إقامة حدود الله تعالى وده علشان يتحقق للأمة الأمن والطمأنينة والحدود كلها رحمة من الله تعالى ونعمة على الجميع وإقامة الحدود بتحافظ على الإنسان فبالقصاص تصاني الأنفس وبإقامة حد السرقة تصاني الأموال وبإقامة حد الزنا والقثف تصاني الأعراض وبإقامة حد السكر تصاني العقول وبإقامة حد الحرابة يصاني الأمن والمال والأنفس والأعراض وبإقامة الحدود كلها يصاني الدين كله فالحدود صديقي زواجر عن المعاصي وجوابر لمن أقيمت عليه تطهره من دنس الجريمة وإثمها وكمان يمتنع غيره عن الوقوع فيما وقع فيه ومن ضمن الحدود في الإسلام هي حد الزنا وده جي في قول الله عز وجل في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد ولا تأخذكم بهما رأثة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وحد الزنا ربنا عز وجل شرعه علشان يحفظ أعراض الناس وكمان يحفظ أنسبهم من الاختلاط فالزنا من عادات الجهلية الأولى زي ما ذكرنا في حلاءتنا اللي فاتت أما عن القذف فربنا عز وجل أمرنا بحفظ اللسان من الخوض في أعراض الناس وكمان شرح حد القذف علشان هو كبير من الكبائر وذا ذكر في قول الله عز وجل في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وشرب الخمر يا صديقي في ذهاب للعقل وذا طبعا من عادات الجهلية اللي لما جل الإسلام حرمها بالتدريج والسبب في تحريمه هو أنه لما عقل الإنسان يذهب ويصبح غائب عن الوعي وته ممكن جدا أنه يرتكب جرائم وكمان مش هيكون عنده قدرة على أداء الفرائض والعبادات وحرمها الله في قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وحد السرقة يا صديقي ربنا عز وجل شراع للحفاظ على أموال الناس وإنه ما يكونش في فوضى في المجتمع ومشروعية حد السرقة قد في قول الله عز وجل في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديوما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فالله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده وهو أعلم بهم من أنفسهم وهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدها وهو أرحم الراحمين والقسوة أحيانا للتطهير والتقويم وإنما هي في حقيقتها رحمة وبعدها عرف المسلمين مبادئ دينهم وعرفوا الحلال والحرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيجتمع بالمسلمين في وقت الصلاة فأول لما يعرفوا وقت الصلاة كانوا بيحضروا للمسجب ولكن قبلتهم مشكلة وهو زي يعلنوا عن وقت الصلاة علشان يكون أسهل على الناس في الحضور المؤمن صديقي فكر المسلمين أنهم يعملوا بوق زي بوق اليهود علشان يعلن المسلمين عن وقت الصلاة ولكن النبي كره أن يتشبه المسلمون باليهود وبعدها فكروا في النقوس يعني وقت الأذان يعملوا صوت أجراس أو صوت معين يدل على حضور وقت الصلاة ولكن حصل حاجة خلت المسلمين يغيروا الفكرة شوف يا صديقي جواحد من الصحابة اسمه عبد الله بن زيد بن عبد الرب بن ثعلبة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شف رؤية وحكى للنبي وقال له يا رسول الله إنه طفى بي هذه الليلة طائف مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل نقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع هذا النقوس فقال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال ألا أدلك على خير من ذلك قلت وما هو قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وسعتها فرح النبي صلى الله عليه وسلم جدا وقال إنها رؤيا حق وندع لبلال ابن رباح علشان يعلن الأذان بصوته فلما سمع عمر بن الخطاب الأذان أسرع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد وكمان يا صديقي حصل حدث مهم جدا في الوقت دا للمسلمين والحدث دا هو تحويل قبلة المسلمين فالمسلمين في بداية الإسلام كانت قبلتهم إلى المسجد الأقصى ولكن ربنا عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير قبلته من بيت المقدس إلى الكعبة ونزل قول الله عز وجل في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وخيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولكن الحدث دا أثر في نفوس عدد من ضعفاء الإسلام وكانت نتيكتو أنه ارتد عدد منهم عن الإسلام ونزل قول الله عز وجل في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وطبعا كان ارتداد الضعفاء من المسلمين دا تحت إشراف اليهود كالعادة لأن اليهود ساعتها كانوا السبب في تشكيك عدد من ضعفاء المسلمين في الإسلام وده الذكر في قول الله عز وجل في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وذكر بعض العلماء إن سبب تحويل القبلة هو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوجه القبلة نحو الكعبة فأنزل الله عليه الآية والبعض الآخر من العلماء ألنا ربنا عز وجل أراد أن يقطع احتجاج اليهود في موافقة النبي لقبلتهم فيشكوا أن يوافقهم في دينهم وتحويل القبلة في إشارة إلى انتقال القيادة والإمامة في الدين من بني إسرائيل اللي كانت الشام وبيت المقدس موطنهم إلى العرب اللي كانت الحجاز مستقرهم المهم يا صديقي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلجأ للقتال طول فترة وجوده في مكة ولكن كانت جهوده قائمة على إقناع أهل مكة بالإسلام عن طريق الحجج والبراهين ولكنهم لم يستجيبوا ولما خرج المسلمين من مكة إلى المدينة فرض الله عز وجل الجهاد على المسلمين وده علشان يصدوا هجمات المسركين واعتدائهم وكمان يأمنوا حدود دولتهم ويأمنوا طبعا الدعوة الإسلامية من الفتن ونزل قول الله عز وجل في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز المهمة صديقي إن تصدي المسلمين للعدو انقسم لقسمين القسم الأول هو السراية والقسم الثاني هو الغزوات والسراية هي الحملات اللي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عليها قائد من الصحابة وكانت لاستطلاع أمر وأخبار المشركين ولعم المناورات واختلف المؤرخين على عدد السراية فمنهم قال إنها أربعين سرية ومنهم قال إنها سبعين ومنهم قال إنها وصلت لميت سرية ولكن اتفع العلماء على إن عدد السراية أكثر من عدد الغزوات ومن أولى السراية إلا عقد النبي لواءها كانت سرية حمزة ابن عبد المطالب وكان المسلمين فيها من المهاجرين وبس وعددهم تلاتين وكمان النبي عقد اللواء لعبيد بن الحارث ابن عبد المطالب في أحد السراية وكان عدد المسلمين ستين رجل وكانوا من المهاجرين فقط وغيرهم كتير أما صديق الغزوات فهي اللي بيقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلا إن في بعض الغزوات ما قدهش النبي ولكن بيكون الغرض من الغزوة هو قتال المشركين وكمان اختلف المؤرخين في عدد الغزوات ففي منهم قال إنهم سبعتاشر أو تسعتاشر غزوة ومنهم قال إنها سبع وعشرين أو تسعة وعشرين غزوة وأولى الغزوات اللي خارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قائدا على المسلمين كانت غزوة تسمى الأبواء أو ودان وعدد المسلمين فيها كانوا ستين رجل واستخلف فيها النبي على المدينة سعد ابن عبادة وخرج فيها المهاجرون فقط والحدث من خروج الغزوة دي هو اعتراض المسلمين لعير قريش لكن أهل قريش في الموقف ده لم يعتدوا على النبي ولا على المسلمين وكانوا من بني ضمرة فالنبي وادع سيدهم اللي هو مخشى ابن عمر الضمري ورجع المسلمين دون قتال وكان غيابهم عن المدينة حوالي خمستاشر يوم طيب تفتكر يا صديقي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعترد عير قريش خصوصا إن الإسلام نهى عن قطع الطرق وكمان السطو على الأموال شوف يا صديقي مشركين مكة لما جاء المسلمين يهجروا للمدينة أخذوا منهم كل أموالهم بالغصب قبل هجرتهم للمدينة وبدون أدنى وجه حق وده زي ما ذكرناه في قصة صهيب الرومي في حلاءتنا اللي فاتت وكمان قريش ما اكتفتش بأخذ أموال المسلمين هو بس لا ده كمان سيطروا على بيوت المسلمين اللي كانت في مكة بعد لما هجروا للمدينة ده حتى كمان أخذوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان في مكة وكمان خرجوا بالأموال اللي أخذوها من المسلمين بالغصب في تجارتهم لبلاد الشام فلما أراد النبي أن يسترجع أموال المسلمين اللي سلبتها قريش كان ده عن طريق الاعتراض لعير قريش وقوافلهم التجارية لأننا زي ما اتفعنا أن المدينة كانت بتقع في الطريق بين مكة وبلاد الشام المؤمن بعدها حصل غزوة بواط فخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 200 من المهاجرين وكانوا لاعتراض عير من قريش وبعدها حصل غزوة تسمى ببدر الأولى وكان سببها هو إغارة شخص اسمه كرز بن جابر الفهري على إبل ومواشي المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلب المواشي والإبل واستخلف على المدينة زيد بن حارثة ولكن فر كرز ورجع النبي بدون قتال وبعدها حصل غزوة تسمى غزوة ذيل عشيرة وخرج النبي على رأس 150 من المسلمين المهاجرين واستخلف على المدينة أبو سلم بن عبد الأسب وسبب خروج الغزوة دي هو إرادة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتراض عير لقريش اللي كان بيرؤسها أبو سفيان ولكن لم يحدث حرب بسبب رحيل العير لبلاد الشام وكانت العير رجعة وفيها أموال كتير وكان عدد مشركين قريش فيها حوالي 30 رجل أو أكتر وساعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إنهم يستعدوا علشان يخرجوا ويعترضوا طريق العير دي وياخدوا منها الغنائم والأموال اللي كانت قريش سلبتها من المسلمين وقت الهجرة وبالفعل خرج النبي هو والمسلمين وكان عدد المسلمين حوالي 313 راجل وكان معاهم 70 من الإبل وفرسين وكان المسلمين بيتعقبوا في الجلوس على الإبل في الطريق فكان كل ثلاثة بيجلسوا على واحد من الإبل وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وزيد بن حريثة جالسين على إبل واحد وساعتها استحى زيد وعلي إنهم يركبوا والرسول صلى الله عليه وسلم يسير على أقدامه فقرروا إنهم يسيروا والرسول صلى الله عليه وسلم يركب طول الطريق ولا ينزل ولكن رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما وبالفعل يا صديقي تقاسم النبي معهما ركوب الإبل ولكن أبو سفيان وهو راجع من بلاد الشام ومع القفلة بتاعته محملة بالربح نتيجة التجارة في بلاد الشام بالمل اللي أخذوا من المسلمين عرف أبو سفيان بإعداد النبي لاعتراض قافلته فقرر أبو سفيان تغيير طريقه ويبعد فارس اسمه ضمضم ابن عمر الغفاري علشان يروح لمكة ويثير شائعات بين المشركين وهي أن محمد اعترضه في الطريق وحاربه وإن محمد خرج لقتال القافلة بتاعت أبو سفيان ولكن النبي لم يكن ينوي قتالا أبدا وبالفعل جمع ضمضم أهل مكة عند الكعبة وقال لهم يا معشر قريش يا آل لؤي بن غالب اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها الغوث الغوث والله ما أرى أن تدركوها وطبعا أهل مكة أخدتهم الحمية وبدأوا يعدوا العدة علشان يخرجوا لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وجهزوا جيش عدده تسعمية وخمسين راجل ومعهم مية من الفرس وسبعمية من الإبل وخرج على رأس الجيش سادة قريش ولكن تخلف أبو لهب عن الجيش وخاف أنه يخرج لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم وخرج جيش المشركين علشان يحربوا النبي صلى الله عليه وسلم واتا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين من المدينة وما كانش عنده علم بخروج قريش للحرب لأنه ما كانش خارج علشان حرب أصلا المهم يا صديقي أن بعد خروج النبي من المدينة وصل عند مكان اسمه الصفراء وساعتها كان عاوز يعرف أخبار قافلة أبو سفيان فبعت اتنين من المسلمين علشان يعرفوا الأخبار ولكن المفاجأة للاثنين اللي أرسلهم النبي دول شافوا أهل قريش خارجين بجيش وعلى رأس الجيش ده عدد كبير من زعمائهم فأسرعوا بالرجوع وأخبروا النبي عن جيش المشركين وفضل النبي استفسر منهم عن العدد ولكن ما كانوش يعرفوا العدد بالضبط فسألوا من النبي عن عدد الإبل اللي بيذبحوها في اليوم الواحد فأخبروا أنهم بيذبحوا في اليوم حوالي تسعة أو عشرة من الإبل وبذكاء وحنكة النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن عدد المشركين بيتراوح من تسعمية لألف الراجل ولما النبي استفسر أكتر عن منهم الزعماء اللي موجودين في الجيش ألوله عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطغيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمع بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيا ومنبه بن الحجاج وسهيل بن عمر وعمر بن عبدود فذاب النبي للمسلمين وقال لهم هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبديها والنبي بيقصد أن بخروج كل سادة قريش على رأس الجيش ده معناه أن المعركة دي مش هتمر مرور الكرام وأن المشركين هيستميتوا في القتال وسعتها الاتنين اللي أرسلهم النبي علشان يعرفوا الأخبار سمعوا جاريتين بيتكلموا أن جيش قريش هيوصل عند بدر غدا أو بعد غد فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه هل يمضي ويكمل القتال ولا يرجع للمدينة فألي الصحابة للنبي إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فنزل قول الله عز وجل في سورة الأنفال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون المهم يا صديقي إن النبي حب يتأكد من موقف الأنصار هل هم موافقين على الخروج معا للقتال ولا لا فكرر النبي مرة أخرى قوله أشير علي أيها الناس فرد علي المرادي ساعد ابن معاذ وهو سيد الأوسو قال له والله لك أنك تريدنا يا رسول الله قال أجل قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخطناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله ففرح النبي جدا بكلام سعد وسعتها أن لهم النبي سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لك أني الآن أنظر إلى مصارع القوم شوف يا صديقي أبو صفيان في الوقت ده كان خايف ومش عارف لو كمل طريق مكة إيه ممكن يحصل له من النبي والمسلمين فبدأ يمشي بحذر ناحية بئر بدر وساعتها سأل واحد من اللي معاه اسمه مجدي ابن عمر هل شاف أي حاجة غريبة أو حس بشيء ما يدعو للقلق فقال له إنه شاف رجولين ومعهم إبلهم كانوا بالقرب من البئر وراحوا علشان يشربوا وطبعا الرجلين دول هم اللي بعتهم النبي علشان يتجسسوا أخبار قريش فذهب أبو صفيان للمكان ورأى فضلات الإبل وفضل يبحث فيها ويتحسس لحد ما عرف إن الإبل دي من المدينة لأنه وجد في فضلات الإبل نوى فقال أبو صفيان هذه والله علائف يثرب وبكده يعرف أبو صفيان إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أريبين من المكان فأخذ أبو صفيان العير ومشي بسرعة بعيد عن منطقة بئر بدر المهم يا صديقي أبو صفيان ساعتها خرج من منطقة الخطر وبعت رسالة لقريش اللي خرجوا للقتال وقال لهم إنه مر بسلام ومع العير وإنهم يرجعوا المكة دون قتال ولكن رفض أبو جهل وقال لهم إنهم لازم يوصلوا للمدينة لأن في الوقت ده كان بيحصل سوء عام في بدر وبيعتبر السوء ده موسم من مواسم العرب بيستمر المدة ثلاث ديام وقال أبو جهل والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليها ثلاثة فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسق الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها فامضوا وانقسم جيش قريش وحصل فرقة بينهم ففي منهم اللي بيؤيد رأي أبو جهل ومنهم اللي مش موافق وبينهم يرجعوا المكة بما إن العير بتاعتهم مضت بسلام وانشقوا لقسمين قسم عزم على العودة لمكة بدون قتال وهم بنوا زهرة بقيادة الأخنس وقسم آخر أقسم إنها يقاتل وبالفعل هو دا اللح حصل في الوقت ده كان سار جيش النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما وصلوا لأدنى ماء بدر وساعتها جي الحباب بن المنذر للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوا هل نزلهم في المكان ده بأمر من الله عز وجل ولا بسبب الحرب والمكيدة فردع للنبي وقال له إن دا بسبب الحرب والمكيدة فأشار الحباب على النبي بالنزول في أقرب منطقة فيها ماء بالقرب من معسكر قريش وإن المسلمين يجمعوا كل الماء اللي موجود في البئر ده ويبنوا حط كبير ويضعوا في الماء ويشربوا ولما تجي قريش علشان تشرب من البئر تلاقي فاضي وبالفعل رأي عجب النبي جدا وأمر الصحابة بتنفيذ خطة الحباب بن المنذر وتاجي سعد بن معاذ يشير على النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يبنوا ليه عريش يسترح فيه وبالفعل وافئ النبي وبنى الصحابة العريش وبعدها بدأ النبي جهى الصفوف المسلمين وجعل مناكبهم متلاسقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في إيده زي عصى صغيرة بيعدل بها الصفوف وكان في واحد من الصحابة اسمه سواد ابن غزية وكان سواد خارج عن الصف فالنبي ضرب ضرب خفيفة غير مؤلمة على بطنه علشان يعتدل ويدخل في الصف فسواد قال للنبي يا رسول الله أوجعتني ما قد بعثك الله بالحق والعدل وساعتها النبي صلى الله عليه وسلم أجلس سواد وكشف عن بطنه شريفة وقال لسواد يقتص منه زي ما هو ضربه وتفجأ النبي إن سواد يعانق بطنه ويقبلها فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وسألوا ليه بيعمل كده فرد عليه سواد وقال له إنه كان قاصد إنه يخرج عن الصف وإن النبي يضربه علشان يطلب القصاص وإنه يكشف عن بطنه علشان يكون جلد النبي هو آخر شيء يلمسه لإن دي غزوة ووارد إنه يستشهد فيها ونظر النبي لصفوف قريش وقال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحدك وتكذب رسولك اللهم فنصرك التي وعدتني وبدأت المعركة بالمبرزة فخرج عضب بن ربيعة من صفوف قريش ومع أخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عطبة وطلب المبرزة فأخرج النبي ثلاثة من الأنصار ولكن ساعتها ندى عطبة على النبي وقال له يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا فندى النبي على عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطالب وعلي بن أبي طالب وأمرهم إنهم يتقدموا للمبرزة وبدأت المبرزة وكان عبيدة بن الحارث يبارز عطبة وكان حمزة يبارز شيبة وعلي كان بيبارز الوليد وأبل بلاء حسنا في المبارزة وانتهت المبارزة بقتل شيبة والوليد أما عطبة فلم يموت ولكن اتصاب هو وعبيدة بن الحارث وبدأ القتال واشتدت المعركة وخمل وطيص وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشجع المسلمين على القتال ويقول لهم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة وبدأ المسلمون يشيع القتال والأسر في صفوف المسركين وكان قتالهم في المعركة دفاعا عن دنهم ونبيهم ولإعلاء كلمة الحق وطبعا بدأ كل واحد من المسلمين يبحث في صفوف قريش عن أكثر حد كان بيأزي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين اللي كانوا في مكة وساعتها ربنا عز وجل أي الجيش المسلمين بجنود من الملائكة يحارب معهم في الصفوف وذا الذكر في قول الله عز وجل في سورة آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النص إلا من عند الله العزيز الحكيم وكمان قوله عز وجل في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب ولم اشتد القتال قام النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن قتل عدد من مشريك قريش لأنهم كانوا خارجين مغصوبين زي العباس بن عبد المطالب عم النبي وكمان النبي نهى عن قتل أبو البختري بالسبب موقفه مع المسلمين والنبي يوم الحصار اللي فرضيته قريش على المسلمين في مكة وكمان ضمن قتل بدر كان رأس الشر والفساد وأكتر من حاول أذية النبي صلى الله عليه وسلم أمية بن خلف وكان أمية صديق عبد الرحمن بن عوف قبل الإسلام فلما شف أمية عبد الرحمن في المعركة وكان اشتد القتال وزاد عدد القتل في صفوف المسركين رح أمية وقال عبد الرحمن ياخد أسر عنده ولكن ما يقتلوش وده في مقابل إنه ياخد كل ما الأمية فوافق عبد الرحمن بن عوف على طلبه ولكن شفهم بلال بن رباح وزي ما اتفقنا في حلائتنا قبل كده إن بلال كان عبد عند أمية بن خلف ولما عرف بإسلام بلال عذب عذاب مميت فبلال منسيش العذاب اللي اتعرض له على إيد أمية وأول ما شف بلال صاح وقال يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجى وبدأ المسلمين يتجمعوا حول أمية ولم يستطى عبد الرحمن الدفاع عن أمية بن خلف وانقض عليه المسلمون وقتلوه وعلى رأسهم بلال وتحقق وعد النبي لبلال وهو قتل الأمية أما صديقي عن أبي البختاري فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله زي ما اتفقنا ولكن كان واحد من الصحابة بيقاتل في المعركة وجاء لي أبو البختاري يطلب منه إنه يقتله فردع للصحابي وقال له إن النبي نهاهم عن قتله ولكن أبو البختاري قال إنه هو لا يقتله وبالفعل بدأ بنهم القتال وكانت النتيجة هي مقتل أبي البختاري وطبعا الصحابي اللي أتلوا أسرع في الذهاب إلى النبي وقال له إنه قتل أبو البختاري وهم كانش عاوز يقتله امتثالا لقول النبي ولكن أبو البختاري أصر على القتال فالنبي قال له إنه إنما أراد أن يرد له الجميل ولكن خلاص أول اختار مصيره وكما ضمن قتل بدر أبي جهل وقصة مقتاله من القصص العجيبة فبيحكي عبد الرحمن بن عوف أنه هو في المعركة جاء لي تنين من أبناء الأنصار وكانوا حديثي السن يعني عمرهم حوالي 15 سنة وسألوا عبد الرحمن بن عوف عن أبي جهل ولما استفسر منهم عبد الرحمن عن السبب قالوله إنهم هيقتلوا أي حد أذى النبي وإن أمهم أمرتهم بكده فشاور لهم عبد الرحمن بن عوف على أبي جهل ولكن لما شافوا أبا جهل على فرس قرروا أنهم يضعوا خطة بينهم وهي إن واحد فيهم هيصيب أقدام الفرس فيسقط أبو جهل على الأرض وينقدع للاثنين ويطعنوا في رقبته وبطنه وبالفعل نفزوا خطتهم وأتلوه وراحوا يزفوا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فحب النبي أن يتأكد فأرسل عبد الله بن مسعود ينظر في صفوف القتلة ويبحث عن أبي جهل وبالفعل لأصري على الأرض فوضع عبد الله بن مسعود قدمه على رقبة أبي جهل وقطع عبد الله بن مسعود رأسه وانتهت المعركة بانتصار المسلمين وحصولهم على غنائم وفيرة من جانب المشركين وكمان عدد كبير من الأسرة ولكن المسلمين أصبحوا في حيرة من أمرهم في توزيع الغنائم لأنهم أول مرة يتعرضوا للموقف ده فنزل قول الله عز وجل في سورة الأنفال قالوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير واستشهد عدد كبير من المسلمين في المعركة منهم عبيدة بن الحارث بن المطالب وعمير بن أبي وقاص وكمان استشهد سواد وتم أسرى عدد أكبر من المسركين ومنهم عقيل بن أبي طالب ابن عبد المطالب ابن هاشم ونوفل بن الحارث ابن عبد المطالب ابن هاشم واختلف الصحابة في أمر الأسرة فمنهم اللي أشر على النبي صلى الله عليه وسلم بفداء الأسرة وده كان رأي أبي بكر الصديق ومنهم من أشار بقتلهم وده كان رأي عمر بن الخطاب ولكن النبي رفض مشاورة عمر وقبل برأي الصديق وأخذ الفدية حتى نزل قول الله عز وجل في سورة الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم والآية جاء في تفسيرها أن قتل أسرة بدر كان الأوجب والأصح وكان فداء الأسرة عن طريق المال وكان المشركين اللي ما بيكملوش مال لفداء نفسهم كان على كل واحد منهم أنه يعلم عشر من أبناء المسلمين القراءة والكتابة وكم من ضمن الأسرة أبو العاص ابن الربيع دوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فبالرغم من إسلام زينب إلا أن زوجها ظل على الكفر ولم يفرق النبي بينهم ولم تهاجر زينب إلى المدينة فلما عرفت بأسر زوجها أرسلت عقد ليها علشان تفدي زوجها بيه وكان لأمها السيدة خديجة كانت أهدت ليها وقت زوجها فلما النبي صلى الله عليه وسلم شاف العقد رقى قلبه وحزن على حال ابنته فسأل أصحابه وقال لهم إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها وبالفعل ردوا لها العقد وأطلقوا صراح زوجها واشترط النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص ابن الربيع إنه يترك زينب تهاجر للمدينة وأرسل النبي مع اثنين من الصحابة علشان يصطحب زينب من مكة للمدينة وبالفعل هاجرت زينب إلى المدينة وتركت زوجها في مكة وبعد المعركة عد جيش المسلمين منتصر إلى المدينة يسبقهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو راكب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر الناس وانطلقت الجموع إلى نواحي المدينة يستقبلون إخوانهم العائدين بالنصر أما المنافقون فلم يشارك المسلمين فرحتهم لأن انتصار المسلمين كان منذر بنهاية أحلامهم في إعادة السيطرة على المدينة فاتخذوا سياسة النفاق وعمل المؤامرات في الخفاء شوف يا صديقي انتصار المسلمين في غزوة بدر كان ليه أثر كبير في نفسهم ونفس المشركين اللي كانوا فحل من الرعب والترقب الشديد أما المسلمين فزادت عزمتهم وقاوية بأسهم فبعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بعد غزوة بدر لم يمكث النبي طويلاً وبعد المصادر قالت بعد رجوع النبي للمدينة بسبع أيام جاءه خبر أن بني سليم وغطفان مكتمعون في مكان اسمه قرقرة الكدر بالقرب من المدينة وبيخططوا علشان يهجموا على المدينة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش من المسلمين عدد 200 رجل وخرج ساعتها النبي لملاقات بني سليم وبني غطفان واستخلف على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري وبعض المصادر بتقول إن استخلف ابن أم مكتوم وحمل لواء المعركة علي بن أبي طالب ولما بني سليم وبني غطفان عرفوا بخروج النبي ليهم فروا بسرعة خوفاً من النبي وجيش المسلمين ولما وصل النبي للمكان اللي كانت فيه بني سليم وبني غطفان وجدوا خاوي من البشر فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في المكان ثلاث أيام وأخذ غنائم كثيرة وبعدها رجع للمدينة وتسمت الغزوة دي باسم غزوة بني سليم وكمان صديقي قريش لم تهدأ بسبب ما لحق بها من الهزائم في غزوة بدر فقرر أبو سفيان إنه ينتقم من النبي والمسلمين فجهز متين راجل وآموا بالخروج من مكة متجهين لإحدى المناطق اللي ابتقع في أطراف المدينة وتسلل عدد منهم دخل المدينة وقاموا بقتل واحد من أهلها وفروا هاربين فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر جهز جيش من المسلمين عدد متين راجل وخرج النبي في أثرهم إلا إنهم فروا هاربين متجهين نحو مكة وكمعهم من ضمن المؤم بتاعتهم طعام بيأكلوه اسمه السويق اللي رموا المشركين في الطريق علشان كده اتسمت الغزوة دي باسم غزوة السويق وكان العام دا يا صديقي مليء بالانتصارات اللي حققها المسلمين وبيتختم العام بحدث جميل جدا والحدث دا هو زواج علي بن أبي طالب من الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم وريحانة فؤاده فاطمة وبتذكر المصادر إن قبل خطبة علي لفاطمة تقدم لخطبتها أبو بكر الصديق ولكن النبي لم يوافق لكبر سن أبي بكر وبعدها تقدم لخطبتها عمر بن الخطاب ولكن النبي رفض لنفس السبب وبيحكي عليه بن أبي طالب إن جاءته إحدى النساء وبتسأله ليه لم يتزوج وبتعرض عليه إنه يذهب النبي لخطبة فاطمة وبالفعل علي ذهب للنبي وأول لما دخل علي ارتبك وسكت وده بسبب حيبة النبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم على طول إنه جاء علشان يخطب فاطمة وقال له لعلك جئت تخطب فاطمة فرد علي علي بالإيجاب فسألوا النبي هيعطي فاطمة مهر إيه فقال له إنه لا يملك أي مال فكان النبي صلى الله عليه وسلم عارف إنه عنده درع بيحارب به فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدرع وقال له إنه هيبقى مهر بنت فاطمة وتمت الخطبة وبنى علي بن أبي طالب بفاطمة في نهاية السنة الثانية من الهجرة وبعد غزوة بدر وكان بيت فاطمة يوم دخول علي بها ما كانش فيه غير فراش من جلد كبش ووساد حشوها من الليف وصخرتين علشان تطحم بهم القمح وقدح بيشربوا في الماء وإناء من فخار لحفظ الماء رضي الله عن الزهراء وزوجها علي بن أبي طالب شوف يا صديقي لم يهدأ المشركون أبدا سواء في مكة أو ما حولها وحاولوا محاولات مستميتة في هدم دولة المسلمين والإغارة عليهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على المسلمين والإسلام فبمجرد علمه بيخرج حد من المشركين سواء من قريش أو غيرها من القبائل كان بيجهز جيش ويخرج هو على رأسه علشان يصده هجوم المشركين قبل دخولهم للمدينة لأن دخولهم للمدينة معناه حصار للمسلمين فكان النبي بيخرج لهم دائما وفضلة محاولاتهم مستمرة ففي بداية العام الثالث من الهجرة وبعد رجوع النبي من غزوة السويق عرف النبي أن قبيلة غطفان بتعد العدة للإغارة على المسلمين في المدينة فقام صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش من المسلمين عدد 450 رجل ودي كانت أكبر حملة عسكرية خضها المسلمون بقيادة النبي قبل غزوة أحد واستخلف على المدينة عثمان بن عفان ولما عرفت بني غطفان بخروج النبي ليهم هربوا على رؤوس الجبال وساعتها النبي وصل عند منطقة فيها ما تسمى ذو أمر وعسكر عندها وفي الوقت ده سقطت أمطار غزيرة في المنطقة وكان بني غطفان بيرقب جيش المسلمين بقيادة النبي من فوق الجبال وقتها ابتلت ملابس النبي فذهب ناحية شجرة ووضع ملابسه عليها علشان تجف وساعتها قرر بني غطفان يبعدت واحد منهم اسمه غورث ابن الحارث أو دعثور ابن الحارث لقتل النبي وبالفعل أخذ سيفه ورح عند النبي وانقضى عليه بسيفه وقال له يا محمد من يمنعك مني اليوم فردع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله يمنعه منه هو الله وساعتها جي جبريل ودفع الرجل ده دفع قوي في صدره فسقط منه السيف ووقع على الأرض فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف انقضى عليه وقال له من يمنعك مني فرد عليه الرجل وقال لا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والله لا أكثر عليك جمعا أبدا وقام الرجل وأخذ سيفه ومشي ولما رجع لقومه سألوا عن اللي حصل قال لهم عند انقضاضه على محمد علشان يقتلوا شف رجل طويل دفعوا في صدره وقال لهم إن ده ملك من الملائكة وساعتها غورث ابن الحارث أيقا أن محمد على حق وأنه مستحيل حد يقدر عليه فدخل الإسلام وبدأ يضع قومه للدخول في الإسلام وساعتها نزل على النبي قول الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وبعدها رجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة دون قتال لأن بني غطفان زي ما قلنا من شوية فروا ولم يقاتلوا ولكن النبي مكث بالجيش في ذو أمر ما يقرب من الشهر وتعرفت الغزوة دي بغزوة ذي أمر الممي صديقي بن سليم اللي النبي خرج ليهم في غزوة قبل كده لم يتطاعدوا وحاولوا أنهم يغيروا على المسلمين في المدينة فجهز النبي جيش من المسلمين عدد 200 رجل واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وكالعادة أولا ما المشركين عرفوا بخروج النبي ليهم فروا بسرعة ولكن فضل النبي محاصرهم في منطقة سمى بحران لمدة شهرين وده علشان يتطاعدوا ولا يكرروا الأمر وبعدها رجع النبي بالمسلمين للمدينة دون قتال وتعرفت الغزوة دي باسم غزوة بحران فكر يا صديقي صحيفة المدينة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة من مهاجرين وأنصار ويهود إلا حكينا عنها قبل كده وزي ما قلنا إن اليهود كانوا تلت قبائل قبيلة بن قينقاع وبن قريضة وبن النظير فإلا حصل إن اليهود لم يلتزموا بعهدهم مع النبي ودي عدتهم نقدوا العهد مع نبيهم موسى أكد سهل عليهم إنهم ينقضوا العهد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ففي السنة الثالثة بعد الهجرة بسبب كثرة منوشتهم للمسلمين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق بن قينقاع وكان في طرف المدينة فألهم يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم ولكنهم ردوا على النبي مستهزئين وقالوا يا محمد إنك ترى أن قومك لا يغر أنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصط منهم فرصة إن والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس ومعنى كلامهم إنهم أقوى من أهل قريش لأنهم شايفين أهل قريش مش أهل حرب وإنهم لو حربوا النبي صلى الله عليه وسلم ها يعرف الفرق بينهم فنزل قول الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار وأتا النبي ما ردش عليهم وسبهم منصرف وفضل اليهود يتحين الفرص للمسلمين وفي مرة ذهبت امرأة من المسلمين لسوق بني قينقاع علشان عوزة تبية وتشتري قطع الذهب لها ودخلت على رجل من رجال اليهود تسأل عن الأسعار فراجل أن لها إنه ممكن يخفض لها في السعر ولكن بشرط إنها تكشف عن وجهها فالمرأة المسلمة رفضت وقالت له إنها مش ممكن تكشف عن وجهها أبدا وكان معا في الوقت ده واحد صديقه فقام صديقه وبدو ما تشعر المرأة ربط ثيابها في الكرسي اللي كانت تجلس عليه فالمرأة ما عجبهش كلام التاجر اليهودي ورفضت تكشف عن وجهها فقامت من مكانها علشان تمشي لكن اتفاجئت بأن الثوب بتاعها اتشد لأن اليهودي التاني كان ربطه في الكرسي وانتزع ثياب المرأة وظهرت عورتها ساعتها فضل اليهودي يضحك عليها وهي أعدت تصرخ ببكاء فاسمحها واحد من المسلمين وهي بتصرخ فجر على اليهودي وأتلوا فتكالبت عليه اليهود وقتلوا وساعتها الأخبار وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان صبر نفد منهم بسبب أفعلهم فاستخلف النبي على المدينة بشير ابن عبد المنذر وأعطى لواء المسلمين لحمزة ابن عبد المطالب وخرج النبي لملاقات اليهود ولما النبي قرب على الوصول منهم دخلوا بسرعة وتحصنوا في حصونهم فحصرهم النبي لمدة خمستاشر يوم وقذف الله في قلوبهم الرعب وفي الوقت ده تدخل رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول وكان لم يمر على إسلامه إلا عدة أيام وطلب من النبي العفو عن اليهود وإن اليهود موالي الخزرج ولكن النبي كان مش موافق على كده بسبب تكرار اعتداءهم على المسلمين وفضل عبد الله ابن أبي ابن سلول يلح على النبي لحد لما النبي وافق على العفو عنهم وعامل عبد الله ابن أبي ابن سلول بالمراعى لحداثة إسلامه ولكن اشترت النبي عليهم إنهم يخرجوا من المدينة بشكل نهائي ويتركوا كل أموالهم وما يرجعوا للمدينة مرة تانية وبالفعل تم إجلاب نقى نقا عن بكرة أبيهم ولم يتبقى أحد منهم في المدينة وخرجوا لبلاد الشام وأخذ المسلمين الغنائم شوف يا صديقي مشرك قريش من وات نصر المسلمين في غزوة بدر وهم خيفين من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بسبب الهزيمة اللي حصلت لهم وكمان خيفين من اعتراض النبي للقوافل التجارية بتاعتهم فقرروا تغيير طريق قوافلهم لبلاد الشام لأن المسلمين مسيطرين على الطريق المؤدي لبلاد الشام فقرر أبو سفيان الخروج على رأس القافلة التجارية وقرر كمان تغيير الطريق اللي مسيطر على المسلمين لطريق وعر جدا فيخرجوا من مكة هيسلقوا طريق العراق ومن العراق إلى بلاد الشام وكان طريق العراق ده صديقي شديد الوعورة ولكن اختروا الطريق ده لإنه بعيد عن أنظار المسلمين ولكن أبو سفيان ما كانش يعرف الطريق فأخذ معد لي الاسم فرات ابن حيان علشان يدلهم على الطريق وخرجت القافلة محمالة بالخيرات لكن عرف النبي بخروج القافلة دي فام النبي صلى الله عليه وسلم بإخراق سرية بقيادة زيد بن حريثة لاعتراض عير قريش فلما وصلت القافلة إلى ماء يسمى ماء القردة تفاجئوا بقدوم زيد بن حريثة ومعا جيش من المسلمين ففروا بسرعة من أمامه وساعتها تركوا العير بتاعتهم وهربوا وده بسبب الخوف اللي لحق بيهم من المسلمين في غزوة بدر فغنم زيد كل الخيرات ورجع بها للنبي صلى الله عليه وسلم شوف يا صديقي كان في شاعر من شعراء يهود بني النظير اسمه كعب ابن الأشرف وزي ما اتفقنا قبل كده بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أبرم مع اليهود صحيفة المدينة إلا أنهم كانوا بيأذوا النبي والمسلمين وكعب ابن الأشرف ده كان بيهجوا النبي صلى الله عليه وسلم في شعره وكان بيروح لقريش من بعد غزوة بدر علشان يذكرهم بقتلاهم وبالهزيمة للحقت بيهم من قبل المسلمين علشان يجدد جرحهم ويجع حرب المسلمين مرة تانية وكمان كان بيقول شعر في النساء المسلمين وبيأذيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وسأل المسلمين من فيهم يقدر يقتله فرد واحد من الصحابة اسمه محمد ابن مسلمة وقال للنبي إنه هو اللي هيقتله ولكن طلب من النبي الإذن بعمل خدعة فأذن للنبي وكمع محمد ابن مسلمة عدد من الرجال منهم أبو نائلة وكان أبو نائلة أخو كعب ابن الرضاعة واتفقوا على حيلة هيدخلوا بيها على كعب ابن الأشرف فدخل أبو نائلة على كعب وقعدوا يتبدل الشعر والحديث وبعدها أبو نائلة قال لكعب إنه عاوز يكلموا في موضوع ولكن الموضوع ده هيكون سر بينهم فقال لأبو نائلة إنه من ساعة قدوم محمد المدينة والأحوال بقت صعبة وبسبب أفعاله أصبح في عداوة بين العرب ورفعوا الصيوف ووش بعضهم فطبعا الكلام عجب كعب وقال له إنه ممكن يقدم لي أي مساعدة هو محتاجها فقال له أبو نائلة إني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهانك ونوثق لك ونحسن في ذلك يعني أبو نائلة عاوز من كعب طعام وفي المقابل أبو نائلة هيعطي لي أي حاجة يطلبها علشان يضمن بها ماله فطلب كعب ابن الأشرف إنه ياخد نساء كرهنة فرفض أبو نائلة وقال له يطلب حاجة تانية فطلب إنه ياخد أبناء كرهنة فرفض أبو نائلة واقترح على كعب يعطي السلاخ بتاه كرهن فوافق كعب وساعتها أبو نائلة قالوا لي أصحاب كتير على نفس رأيه وإنهم هيجوا ياخدوا منه الطعام مقابل السلاخ فوافق كعب وطبعا أبو نائلة يقصد محمد ابن مسلمة والرجال اللي معاه وبالفعل عملوا زي ما قال أبو نائلة وبعدها ذهبوا للنبي يحكوا لي عن اللي حصل وإنهم هيخرجوا في الليلة دي عشان يقتولوا كعب ابن الأشرف فخرج النبي وادعهم ويقول لهم انطلقوا على اسم الله اللهم أعينهم وخرج الصحابة قصدين بيت كعب ابن الأشرف ولما راحوا عنده بيته وندهوا عليه ساعتها هو وعرفهم فزوجته سألته هم من دول قال لها إنهم أصدقائه لكن هي قالت له أسمع صوتا كأنه يقتر منه الدم فرد عليها كعب وقال لها إنما هو أخي محمد ابن مسلمة ورضيعي أبو نائلة وخرج ليهم ومش معاهم لحد ما وصلوا لمكان بعيد عن قرية اليهود ومش موجود في بشر وطبعا محمد ابن مسلمة وابو نائلة كانوا متفقين مع باقي الصحابة اللي اجتمعوا على قتله إنهم لما يعطلوهم الإشارة ينقضوا على كعب ابن الأشرف ويقتلوه وبالفعل لما وصلوا المكان معين كان بيختبئ في باقي المسلمين فطلب واحد من المسلمين اللي كانوا مع كعب إنهم يشموا رائحته لأنها جميلة جدا فأذن لي كعب وبعدها بشوية طلب إنه شمها تاني فأذن لي كعب وكانت دي الإشارة اللي متفق عليها المسلمين فانقضوا على كعب وقتلوه وأسرع الصحابة علشان يزفوا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم ففرح النبي والمسلمين بالخبر على الجانب الآخر قريش لم تهدأ بسبب الهزيمة اللي تعرضوا لها في بدر فكانت كابوس يراودهم كل ليلة وبسبب اعتراض النبي لعرق قريش وسيطرة المسلمين على طريق التجارة لبلاد الشام زعماء قريش طفح بهم الكيل وأم عدد كبير من الزعماء منهم عبد الله ابن أبي ربيعة وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية ومعهم عدد من الرجال وذهبوا لأبي سفيان يتكلموا معاه وأي حد كان لي أموال وأخذها منهم المسلمين في اعتراضهم لعرق قريش وقالوا يا معشر قريش إن محمد قد وتركم وقتل خياركم فعينون بهذا المال على حربه فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا وده معنا إنهم بحردوا قريش على قتال النبي والمسلمين وبالفعل بدأت قريش تعد العدة علشان تخرج تحارب النبي والمسلمين وبدأ زعماء قريش يدعو الضعفاء علشان يشاركوا في الحرب ويعرضوا عليهم بغريات وأموال لو هم انتصروا في الحرب طبعا ومن ضمن العروض كان عرض جبير بن مطعم لعبد عنده حبشي اسمه وحشي فطلب جبير بن مطعم من وحشي إنه يقتل حمزة ابن عبد المطالب عم النبي وده لإن عم جبير اتقاتل على إيد المسلمين في غزوة بدر وقال جبير الوحشي إنه لو قتل حمزة هيعتقوا ويكون حر فوافق وحشي وبدأت قريش تعد العدة لدرجة إنهم خرجوا بنسائهم للمعركة وكان من ضمن النساء اللي خرجوا في الحرب هند بنت عدبة اللي حمزة أصب أبوها عدبة ابن ربيعة في غزوة بدر وقتل عمها شيبة ابن ربيعة وأخوها الوليد ابن عدبة وكانت لما تمر على وحشي تقول له ويها أبا دسمة اشفي واستشفي وخرجت قريش بجيش عدده تلت تلف رجل وعلى رأس الجيش أبو سفيان ابن حرب وعدد من الفرسان الأشداء وقرعت الحرب طبولها فوصلت الأخبار للنبي بخروج قريش للحرب فرد النبي وقال للصحابة إنه شاف رؤية وطبعا زي ما اتفقنا قبل كده إن رؤية الأنبياء وحية المهم النبي حكى للصحابة مضمون الرؤية وقال لهم رأيت بقرا لي تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلمة ولما الصحابة سألوا عن تأويل الرؤية قال لهم إن عدد من الصحابة هيتقتل وكمان هيتقتل واحد من آل بيت النبي وتهى أشر النبي على المسلمين هل يخرج في مكان معين لحرب قريش ولا ينتظر في المدينة فرد عليه عبد الله ابن أبي بن سلول إنهم يتحصنوا في المدينة ولو دخل المشركين للمدينة ساعتها المسلمين يتصدوا ليهم ويحربوهم والنساء والصبيان يقوموا برمي الحجارة على المشركين من فوق البيوت فدعم النبي رأي عبد الله ابن سلول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مش حابب إنه يخرج من المدينة ولكن أشرع لي عدد من الصحابة إنه يخرج لملاقات قريش خارج المدينة فاستجاب النبي لهم وأنبت جيز الجيش من ألف رجل من المسلمين ولبس النبي لباس الحرب وخرج بالمسلمين لمكان بين المدينة وجبل أحد واستخلف على أهل المدينة في الصلاة ابن أم مكتوم ولما وصل النبي لمنطقة جبل أحد خرج عبد الله بن أبي بن سلول من الجيش هو وعدد من المنافقين وهربوا على المدينة فبدأ النبي أسم المسلمين وقال لهم إنهم ما يبدأوش بالقتال إلا لو المشركين بدأوا وقع الخمسين من الرما تحت قيادة عبد الله بن جبير وأوصاهم النبي وقال لهم إن رأيتمون تخطفون الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل لكم وإن رأيتمون هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم وأمرهم إنهم يطلعوا على جبل اسم جبل الرما بالقرب من أحد وبعدها بدأ يأسلم النبي الجيش وأعطى اللواء إلى مصعب ابن عمير أما عن جيش المشركين فام أبو سفيان إلى تقسيم الجيش إلى ميسرة وميمنة فأعطى الميمنة لخالد ابن الوليد والميسرة لعكرمة ابن أبي جهل وأبي سفيان قائد على باقي الجيش وعلى الجانب الآخر أخذ النبي سيفه وقال للمسلمين من يأخذ هذا السيف بحقه فرد واحد من الصحابة على النبي وقال له أنا يا رسول الله وكان الصحابي دا هو أبو دجانة فقال للنبي وما حقه يا رسول الله فردع للنبي وقال له أن تضرب به العدو حتى ينحني وبالفعل أخذ أبو دجانة سيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو دجانة رجل حربه وكان لها صابح أمراء بيربط بها رأس وقت الحرب ويمشي يتبختر بين الصفوف ويستارد قوته فساعتها النبي شافه وقال للصحابة إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن وفي جانب جيش قريش آم أبو سفيان يحرد جنوده على القتال وآمت هند بنت عدبة هي والنساء اللي في صفوف قريش بقرأ الطبول وارتجال الأشعار اللي بتحرد على القتال وبدأت المعركة وحمى الوطيس وبدأ أبو دجانة يشيع القتل في صفوف المشركين لدرجة أنه كان لا يرى أحدا من المشركين إلا قتله وصادف أبو دجانة أحد المقاتلين المشركين على فرس وكم ملثم فجري أبو دجانة علشان يلحقه وأول لما وصل عنده وكشف عن وجهه تفاجأ إن الفرس ده إمرأة من المشركين وساعتها ابتعد عنها إكراما لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صديقي عن حمز بن عبد المطالب رضي الله عنه فأخذ يشيع القتل في صفوف المشركين وزي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت إن وحجي أمر سيده بقتل حمزة وفض الوحشي بيتحين الفرص لحد لما أتى الحمزة ابن عبد المطالب كده تكون تحققت تأويل الرؤية اللي شفها النبي وهي استشهاد حمزة وأما مصعب ابن عمير فزي ما اتفقنا إنه كان حامل لواء المسلمين في المعركة فلما اشتدت المعركة استبسى المصعب في قتال المشركين فشف واحد من المشركين اسمه ابن قمئة الليثية فأم ابن قمئة بقطع ذراع مصعب ولكن نفوض الحامل راية المسلمين بالذراع الآخر فأم ابن قمئة بقطع ذراع الآخر وبعدها أتله ولكن ابن قمئة كم معتقد إن مصعب هو الرسول لأنه ما كانش شاف الرسول قبل كده فأشع خبر إنه قتل محمد بن عبد الله وبدأ يصيح ويقول قتلت محمدا وبعد استشهاد مصعب بن عمير أعطى النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لعلي بن أبي طالب وأبلى علي بلاء حسنا في المعركة ولكن لما سمع المسلمون إشاعة مقتل النبي خافوا وترددوا واهتزت عزيمتهم في أرض المعركة وفي عدد منهم رجع على المدينة والباقي فضل صامت في المعركة وفي ظل معمعة المعركة كان في واحد من الصحابة اسمه حنظلة ابن أبي عامر فأم حنظلة بقتال أبي سفيان ولكن شافهم واحد من المشركين اسمه شداد بن الأسود فأسرع وقتل حنظلة وفي ظل حمى الوطيس رأى النبي مشهدا عجيب وهو إن حنظلة تغسله الملائكة في السماء فاستغرب النبي ولما بعت لأهله يسألهم قالت زكته خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة ولما شع المشركين خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المسلمون يفر من المعركة لأنهم ظنوا إن الرسول مات وكان في الوقت دا يحذب النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل جدا من الرجال ومعاهم امرأة وتكالبت المشركين ساعتها علشان تقاتل النبي وكان وقتها النبي بيقتلهم علشان يدفع الأذى عنه وحاوط المسلمون النبي وفجأة أم عمارة اللي هي اسمها نسيبة بنت كعب شافت ابن قمئة جاي بسرعة على النبي علشان يقتله والنبي واتها كم جول بمبرزة واحد من المشركين فوضعت أم عمارة لثم على وجهها وأخذت سيف وبدأت تبارز ابن قمئة وده علشان تشغل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدافع عنه لأنه كم جول بمبرزة واحد من المشركين ولكن انكشف وجهها فتركها ابن قمئة وقال لا نحارب النساء فآمت ضربته ولكن ضرب إيديها ووقع منها السيف وعدت تدفع فيها علشان ما يوصلش للنبي صلى الله عليه وسلم فضربها ابن قمئة بالسيف على كتفها لحد ما برز عظم كتفها فشفها ابنها فجير بسرعة عليها علشان ينقذها ولكن في الوقت ده هرب ابن قمئة وأول لما شافت ابنها قالت له أنه يذهب بسرعة إلى رسول الله علشان يكف عنه أذى المشركين ويتركها شوف يا صديقي كان في صحابي اسمه أنس ابن النضر وكان لم يشهد بدر مع النبي لأنه كان مسافر ورجع في نصف غزوة أحد بعد إشاعة خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على المسلمين في المعركة فلقاهم جالسين فسألهم هم ليه جالسين والمعركة مستمرة فردع له ألول قتل رسول الله فقال لهم فماذا تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يحارب بشكل مستميت لحد ما استشهد في أرض المعركة ونتيجة لتشجع نسليهم رجع المسلمين يلتفوا تاني حول النبي لما عرفوا أنه لم يقتل وفجأة الصحابة شافوا أبي بن خالف جاي على النبي فسألوا النبي هل يتقدم منهم واحد لقتاله فالنبي قال لهم لا وإنه هو اللي هيقتله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحد أبدا إلا أبي بن خالف والسبب إنه لما كان في مكة كان بيمر عليه أبي بن خالف ويقول له إنه عنده فرس وهو بيغذي وبيطعمه أجود الأطعمة علشان يقتل النبي وهو راكب الفرس ده فالنبي كان بيرد عليه ويقول له إنه هو اللي هيقتله على الفرس ده إن شاء الله وتمر الأيام وتتحقق دعوة النبي في غزوة أحد فلما شفوا النبي راكب على فرسه قام وأخذ حربه وألقاها على أبي ولكن لم يصيبوا إلا خدش بسيط في رقبته وفضل أبي يخور ذي الزبيحة فساعتها اكتمع عليه أصحابه من المشركين وسألوا إيه اللي صابوا فقال لهم قتلني والله محمد فقال لهم إنه ما فيش فيه إلا خدش بسيط فقال لهم إنه قال لي بمكة أنا أقتلك فالله لو بصق علي لقتلني وبالفعل مات في طريق عودة المكة وفي خلال المعركة تعرض النبي لأذى شديد يوم أحد فمن ضمن المواقف اللي حصرت في الغزوة هي إن صلى الله عليه وسلم كان يمر في المعركة بين صفوف جيش المسلمين ولكن كان في حفرة عملها المسلكين علشان يسقطوا فيها المسلمين فالنبي ما كانش شايفها فسقط فيها النبي وارتطم وجهه في الحجارة وبدأ الدم يسيل من رأسه فلما شفوا الكفار تكالبوا عليه وبدأوا يضربوا على رأسه لحد ما الخوذة اللي كان النبي بيرتديها دخلت أسنانها في وجه النبي واتكسر فكه فلما الصحابة شفوه جري بصرع عليه بدأوا يكفوا عنه أذى المسركين وأخرجوا من الحفرة وأجهشوا في البكاء على حاله ولكن قام أبو عبيد بن الجراح بإخراج الحديد اللي دخل في وجه النبي بأسنانه لحد ما سقطت أسنان أبي عبيدة وبدأ النبي يمسح الدم عن وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فنزل قول الله عز وجل في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم المهم صديقي إن النصر أصبح من نصيب المسلمين وبدأوا يشيعوا القتل في صفوف المسركين وفر عدد كبير من المسركين وخلاص حسم النصر للمسلمين ولكن حصلت حاجة غيرت مجرى الأحداث فاكر صديقي الرماة اللي النبي أوقفهم فوق الجبل وقالوهم إنهم ما يتحركوش أبدا إلا بإذنه بس هما في نهاية المعركة ما سمعوش الكلام الرماة دول يا صديقي أول لما لقوا النصر حليف المسلمين قرروا إنهم ينزلوا من على الجبل علشان يجمعوا الغنائب ولكن أمرهم عبدالله بن جبير حذرهم من مخالفة أمر النبي ولكن ما سمعوش كلام قائدهم ونزل عدد منهم من على الجبل وتبقى مع عبدالله بن جبير حوالي عشرين من الرماة وفي الوقت ده كان المشركين بيفروا من أمام المسلمين ولكن خالد بن الوليد شف موقف نزول الرما من على الجبل وكان في جيش المشركين وكان من دواهل عرب في حنكته وفروسيته فأسرع خالد بالصعود للجبل وقتل باقي رماة المسلمين اللي كانوا مع قائدهم عبدالله بن جبير وتحول نصر المسلمين إلى هزيمة وجاء أبو سفيان يتفاخر بنصرهم أمام النبي فالنبي رد عليه وقال له قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فانصرف أبو سفيان فبعت النبي عليه بن أبي طالب في أثر أبي سفيان علشان يعرف هو نيته دخول المدينة ولا خلاص كده هيرجعوا على مكة وقال النبي العلي أن لو قريش تجنبت ركوب الخيل وركبة الإبل يبقى ده معنى أنهم هيرجعوا على مكة أما إذا ركبوا الخيل ده معنى أنهم هيرجعوا تاني على المدينة علشان يسيطروا عليها وساعة النبي قال والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم ولما خرج علي في أثرهم لآهم ركب الإبل فعرف أنهم أصد مكة ولا حاجة لهم في المدينة أما عما حدث في المعركة كان من ضمن شهداء المسلمين يوم أحد سعد بن الربيع وحمزة بن عبد المطالب أسد الله وأسد رسول الله ولما النبي بحث عن جثة حمزة بعد المعركة لأها ببطن الوادي وتم التمثيل بجثة حمزة بشكل بشع وسعت النبي قال لهم ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم وده من شدة حزن النبي على حمزة وأتهى نزل قول الله عز وجل في سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وجاء جبريل للنبي وأخبره بأن حمزة من أهل السماوات السبع وصل النبي على حمزة وشهداء أحد وأمر بدفنهم خارج المدينة وتان نبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهداء ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجرحه يدمي اللون لون دم والريح ريح مسك وبعدها صديقي النبي كان يخشى نية قريش في الرجوع للمدينة مرة تانية فخرج النبي والصحابة في أثر قريش وأطاع الصحابة أوامر النبي فعلى الرغم من كنهم منهكين من الحرب وأغلبهم مصاب إلا إنهم سمعوا كلام النبي وخرجوا معاه فنزل قول الله عز وجل في سورة آل عمران الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ووصل النبي والمسلمين إلى مكان يسمى بحمراء الأسد والمكان ده بيبعد عن المدينة بحوالي 8 أميال فلما وصل النبي والمسلمين وجدوا جيش الكفار في المكان فكان النبي عاوز يثير الرهب والرعب في قلوبهم علشان بس يتركوا المكان ويرجعوا المكة بسرعة لأن النبي كان لا يشعر بالأمان وهم أريبين من المدينة المهم يا صديقي لما وصل النبي عند حمراء الأسد طلب أن يأتي لي رجل من خزعة وهو في صفوف قريش ولكنه يكتم إسلامه وكان اسمه معبد ابن أبي معبد جاء معبد للنبي فالنبي طلب منه أن يذهب لأبي سفيان ويخبره أن المسلمين جايين علشان يكملوا المعركة ويثير الرهب في قلوب المشركين فبالفعل رح معبد ابن أبي معبد لأبي سفيان وقال له محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط يتحرقون عليكم تحرق قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط ولما سمع أبي سفيان كلام معبد أصاب الرعب ورجع بيجيش بسرعة المكة وتسمت الغزوة دي باسم غزوة حمراء الأسد وهي تتمت أحد أحد اللي تسمت نسبة للجبل اللي قامت عنده المعركة وفي نهاية السنة التالتة للهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر فأم المؤمنين حفصة اتولدت قبل بعثة النبي بخمس سنوات وتزوجت من شخص يسمى خنيس بن حذافة السهمية وكان عمرها 14 سنة المهم صديقي إنها أسلمت هي وزوجها خنيس وهجر الحبشة والمدينة وشهد زوجها مع النبي بدر أحد ولكن أصيب زوجها في غزوة أحد وتوفى بعدها وبعد عدتها بفترة خف عمر إن محدش يتزوجها وهي لسه صغيرة في السن فذهب عمر لأبي بكر وقال له إنه بيعرض عليه الزواج من حفصة فساعتها أبو بكر رد عليه وقال له إنه لا يريد الزواج فذهب عمر لعثمان بن عفان يعرض عليه الزواج من حفصة ولكن من حياء عثمان قال لعمر يعطمه إلى ثلاثة أيام بفكر فانتظر عمر ثلاثة أيام ولكن عثمان ما ردش عليه فذهب للمسجد فأجد عثمان خارج من المسجد ولكن لما شافه استحى ورجع دخل المسجد مرة تانية وبدأ يصلي فانتظر عمر لحد لما خل الصلاة وسألوا عن رأيه في الزواج من حفصة ولكن عثمان قال لعمر إنه لا يريد الزواج من حفصة فحزن عمر جدا وذهب للنبي يشتكي من الموقف وحكى للنبي إنه عرض بنت حفصة على أبي بكر وعثمان ورفضوا فضحك النبي وقال له إن عثمان سيتزوج من هي خير من حفصة والمقصود بيها أم كلثوم بنت النبي وقال النبي إن حفصة ستتزوج من هو خير من أبي بكر وعثمان فاستغرب عمر وسأل النبي عن من هو زوك حفصة فوقتها النبي قال له إنه هو لا يتزوجها ولما خرج عمر من عند النبي كان وجهه متهللا من الخبر اللي سمعوا فلما شافوا أبو بكر وعثمان عرفوا إن النبي أخبروا وألولوا إن سبب رفضوهم بالزواج من حفصة هو إن النبي ذكر ليهم إنه عاوز يتزوجها وكانت حفصة بنت عمر من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم فهي صوامة قوامة كما قال عنها جبريل وكان مهرها من النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم وفي نفس السنة صديقي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت خزيمة وكانت متزوجة قبل النبي من رجلين واحد اسمه جهب بن عمر ابن الحارث وطلقها فتزوجت من عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطالب ابن عبد مناف ولكنه استشهد في غزوة بدر فالنبي كان راضي عن زوجها الشهيد وكان عندها طفل وكانت تسمى بأم المساكين بسبب عطفها وتصدقها على المساكين فالنبي تزوجها في نهاية السنة الثالثة من الهجرة وعطوها مهرها أربعمائة درهم ولكن بعد زوجها من النبي بحوالي شهرين توفيت فدفنها النبي بنفسه شوف يا صديقي بعد هزمت المسلمين في غزوة أحد اهتزت مكانتهم بين قبائل العرب على العكس اللي حصل بعد غزوة بدر وبدأ عدد من القبائل يعد العدة لغزو المدينة والإغارة عليها وكما ضمن القبائل دي قبيلة بني أسد تحت زعامة طوليحة الأسدية وأخوه سلمة وأمت قبيلة بني أسد في جمع عدد من القبائل حواليها وبدأت تعد العدة للإغارة على المدينة وقتها أعرف النبي بالموضوع فاستدعى النبي أبو سلمة ابن عبد الأسد وكان أبو سلمة اتجرح في غزوة أحد بجرح في عضده وفضل يتعفى منه لمدة شهر ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بتعفيه أخباره إنه عقد لللواء على سرية لملاقات بني أسد وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وخرج أبو سلمة على رأس جيش عدده 150 رجل وصلوا عند منطقة فيها ماء بالقرب من بني أسد ولما عرف المسركين بقدوم جيش المسلمين فروا بسرعة وتركوا ممتلكتهم فغنم أبو سلمة غنائم كتيرة وأسر ثلاث موالي من بني أسد رجع للنبي بالغنائم وأسمها النبي على المسلمين واستمر غياب أبي سلمة للمدينة أكتر من عشر تيام ولما رجع أبو سلمة للمدينة مرض بسبب الجرح اللي كان في عضده منذ غزوة أحد وتوفى أبو سلمة بعد رجوع للمدينة بتلت تيام في نفس السنة صديقي جي وفد للنبي صلى الله عليه وسلم من قبيلتين اسمهم عضل والقارة وطلبوا من النبي يبعت معاهم عدد من الصحابة علشان يعلموهم أمور الدين وتعليم الإسلام مو بالفعل استجاب لهم النبي وبعت معاهم عدد من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم يقال إنهم ستة من الصحابة أو عشرة منهم مرثد ابن أبي مرثد وخالد ابن البكير الليثي وعاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح وخبيب ابن عدي وزيد ابن الدثنة وعبدالله ابن طارق وخرج الصحابة معاهم زي ما أمرهم النبي ولكن لما وصلوا عند منطقة فيها ماء تسمى بالرجيع حاصر أهل عضل والقارة الصحابة بأسلحتهم وغادروا بيهم وأتلوهم كلهم إلا خبيب ابن عدي وزيد ابن الدثنة وعبدالله ابن طارق إلا أخذوهم أسرى وذهبوا بيهم إلى مكة وكان من ضمن القتل الصحابي عاصم ابن ثابت فأم صديقي بعد ما أتلوه كانوا عاوزين ياخدوا راسه يبعتوها لامرأة تسمى سلافة بنت سعد ابن شهيد لأن عاصم قتل أبنائها يوم أحد فنظرت إنها لو تمكنت منه هتقتله وتشرب الخمر في راسه ووضعت مكافأة لأي حد هيأتيها برأس عاصم ابن ثابت المهم يا صديقي لما المشركين يمثلوا بجثة عاصم ابن الثابت ربنا عز وجل أرسل عليهم جش من النحل أو الجراد ولم يتمكن المشركين من التمثيل بجثته وتركوه مشيه وده بسبب أن عاصم ابن ثابت دع الله عز وجل ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك وأم المشركين أخذوا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق ورحلوا بيهم على مكة علشان يبعوهم كعبيد للقريش ولكن هم في الطريق أم عبد الله بن طارق وفك القيود اللي كانت في إيده وكان عايز يقاتل المشركين إلا إنهم تكالبوا عليه وقتلوه ولما وصلوا لمكة بزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي سلموهم لقريش مقابل إنهم يأخذوا من عندهم اتنين أسرة كانوا لقبيلة هذيل فأفقت قريش وأخذوا الاثنين من المسلمين علشان يقتلوهم بقتلاهم في بدر وكان زيد بن الدثنة من نصيب صفوان بن أمية وأرد صفوان أن يقتله علشان يأخذ بثائر أبيه أمية بن خلف وبالفعل اكتمع عدد من قريش علشان يشوفوا أتل زيد بن الدثنة ومن ضمن الناس دي كان أبو سفيان فلما شف زيد قال له أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمدا عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك فرد علي زيد وقال له والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا وأمت قريش بقتل زيد بن الدثنة أما صديقي عن خبيب بن عدي فاشترى حجير بن أبي إيهاب وكان عاوز يقتله عشان يأخذ بثارع به وبتحكي واحدة من موالي حجير أن خبيب كان محبوس في بيتها لحد لما ييجي وقت أتله وبتقول إنها مرة من المرات دخلت عليه لأت عنده عنب وكان عنب شكله غريب ما شفتش عنب زيه قبل كده ولما جيهم أتله طالب من قريش إنه يصلي ركعتين قبل القتل فأذنوا لي بالصلاة وبعدها صلبوه علشان يقتلوه فقال خبيب اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغوا الغداة ما يصنع بنا اللهم احصهم عدد وقتلهم بدد ولا تغادر منهم أحد وأنشد ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وأتلوا بعدها فكان خبيب أول من سن هتين الركعتين عند القتل للمسلمين وأطلق أهل السير على الحدث ذا اسم يوم الرجيع وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه حزن جديد وطبعا لن يقف مكتوف الأيدي قدام الغدر لتعرد لي بعدها صديقي أبو سفيان كان بيخطط لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فبعت واحد من الأعراب لقتل النبي في المدينة ووصل المدينة وفضل يسأل على النبي لحد ما عرف إنه في المسجد فلما دخل المسجد وشاف النبي من بعيد قال لأصحابه إن هذا الرجل يريد غدرا والله حائل بينه وبين ما يريده وبدأ الرجل يقول أيكم ابن عبد المطالب فردع للنبي وعرفه بنفسه وقال له أنا ابن عبد المطالب فاقترب من النبي علشان يتكلم معاه ولكن الصحابة خافوا على النبي وأم واحد منهم يمسكوا من ملابسه وفجأة حس الصحابي ده بخنجر في ملابس الأعرابي فأم الصحابي وصح بسرعة وقال للنبي يا رسول الله هذا غادر فانقضوا عليه ولكن الرجل خف منهم وأعد يصيح ويقول دمي دمي يا محمد ودي استغاثة وطلب الأمان فردع للنبي وقال له اصدقني ما أنت وما أقدمك فإن صدقتني نفعك الصدق وإن كذبتني فقد أطلعت على ما هممت به فاعترف الأعرابي وقال إن أبا سفيان هو اللي بعته علشان يقتل النبي فحبسوا النبي عند واحد من الصحابة وفي صباح اليوم التالي أخضروا فقال النبي قد أمنتك فاذهب حيث شئت أو خير لك من ذلك ولكن النبي عرض عليه حل تاني غير العفو فسأل الأعراب النبي عن الحل التاني فردع للنبي وقال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله والله يا محمد ما كنت أفرق من الرجال فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت ثم طلعت على ما هممت به مما سبقت به الركبان ولم يطلع عليه أحد فعرفت أنك ممنوع وأنك على حق وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان وبعدها الرجل ده فردل آعد في المدينة عدة أيام ثم انصرف ولم يسمع عنه مرأة أخرى الفعل ده أغضب النبي جدا من المشركين وبالذات أبي سفيان فبعت واحد من الصحابة اسمه عمر بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان وبعت النبي معه صحابي تاني اختلف أهل السير في اسمه فمنهم قال إن اسمه سلمة بن أسلم بن حريش ومنهم قال إن اسمه جبار بن صخرن الأنصري ولكن اتفق أهل السير إن كما عمر بن أمية واحد تاني من الصحابة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لمكة وقال لهم اخرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب فإن أصبت ما منه غرة فاقتلا وبالفعل خرج عمر بن أمية وصحبه قاصدين مكة ولكن وهم في طريقهم الصحابي اللي كان مع عمر طلب إنهم بعد لما يوصلوا مكة يطفوا بالبيت سبع أشواط وبعدها يصلوا لكن المشكلة أن عمر بن أمية كان معروف جدا في مكة ولو أهل مكة شفوه هيتلوه ولكن صحبه ألح عليه فوافق عمر وبالفعل أول لما دخلوا مكة طفوا بالبيت وصلوا ركعتين ولكن شفهم معاوية ابن أبي سفيان فذهب وأذاع الخبر في مكة فاجتمع أهل مكة كلهم على عمر يسألوه عن سبب مجيئه لأن أهل مكة عارفين إن عمر بن أمية كان رجل فارس وشجاع فأكيد هو جاي لسبب معين لا ينذر بالخير فهرب منهم عمر بن أمية هو وصحبه لحد ما وصلوا غار في جبل من جبال مكة وباتوا في الغار دا لكن تاني يوم مر واحد من المشركين بالقرب من الغار اللي كان قاعد فيه عمر وصحبه وساعتها قال إنه أكيد هينكشف أمرهم لو الرجل دا رجع لقريش وقال لهم وساعتها ممكن يقتلوا هو وصحبه فأمين قضى على الرجل دا قبل لما يشوفوا وطعنوا بالخنجر ودخل بسرعة مرة تانية في الغار ولكن الرجل دا فضل يصيح لحد لما قريش كلها اكتمعت على صوته ولحقوه في آخر رمق وسألوه من اللي عمر في كده قال لهم عمر بن أمية ولكن الرجل مات قبل ما يقولهم على مكان عمر فانشغلت بقريش وذهبوا بي داخل مكة وقاعد عمر بن أمية هو وصحبه دا في الغار دلتين وبعدها كانوا عايزين يرجعوا للمدينة لأنه خلاص أمرهم انكشف ومش هيعرفوا يقتلوا أبا سفيان ولكن تذكروا أن خبيب مصلوب فقال صاحب عمر يا عمر بن أمية هل لك في خبيب بن عدي ننزله فقال عمر أين هو فردع للصاحب وقال له هو ذاك مصلوب حوله الحرس فقال له عمر أمهلني وتنحى عني فإن خشيت شيئا فانح إلى بعيرك فاقوض عليه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر ودعني فإني عالم بالمدينة فعمر عاوز ياخد جثة خبيب المصلوب الحراس المشركين دخل غار في وسط الجبال علشان يستريح وكمعا قوسه وخنجره والأسهم بتاعته ولكن وهو قاعد في الغار فجأة دخل عليه الرجل أعور ومع أغنامه فلما شاف عمر بن أمية سألوا عن هويته فرد عليه عمر وقال له إنه من بني بكر ففرح الرجل وقال إنه هو كمان من بني بكر فجلس الرجل معاه في الغار وبدأ يتغنى ويقول فلست بمسلم ما دمت حيا ولست أدين دين المسلمين فقال عمر في نفسه والله إني لا أرجو أن أقتلك ولما لم الرجل قتلوا عمر وخرج من الغار علشان يكمل طريقه للمدينة وواف طريقه شافتين من القريش الراحين على المدينة علشان يتحساسوا أخبار المسلمين فواتا عمر قال لهم إنهم يستسلموا وياخدهم أسر دون قتال ولكنهم رفضوا فأتى العمر واحد منهم وأسر الآخر وربطوا فلما شافوا النبي هو والأسر اللي معاه فضل يضحك من الموقف فحكى للنبي عن اللي حصل معاه من وقت خروجه من المدينة ففرح النبي ودع لعمر بالخير والبركة وبعدها صديقي جراجل للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه عامر ابن مالك ابن جعفر وطلب منه إنه يرسل معاه وفد من المسلمين لأهل نجد علشان يعلمهم الإسلام فردع للنبي وقال له إنه خايف على المسلمين أن يصبهم مكروه من أهل نجد ولكن عامر ابن مالك قال للنبي إنهم فحميته فسدقوا النبي وبعت مع وفد أطلق عليهم اسم القراء وكانوا سبعين رجل من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم المنذر ابن عمر والحارث ابن الصمة وحرام ابن ملحان وأخو بني عدي ابن النجار وعروة ابن أسماء ابن السلط السلمين ونافع ابن بديل ابن ورقاء الخزاعي وعامر ابن فهيرة وبالفعل يا صديقي ذهب الوفد داما عامر ابن مالك ولما وصلوا عند منطقة اسمها بئر معونة وكانت أرض لبني عامر وبني سليم فنزل في المسلمين وخرج منهم الصحابي حرام ابن ملحان بكتاب النبي إلى عدو الله عامر ابن الطفيل فقتل عامر ابن الطفيل حرام ابن ملحان بدون حتى ما يخرأ كتاب النبي وأمر عامر ابن الطفيل أن كل المسلمين يتقتله وأم أدباعه بحصار المسلمين وأتلوهم كلهم عن آخرهم وفي الوقت ده كان متأخر عن وفد المسلمين اتنين من الرجال ولكن لحقوا بالوفد وكان منهم عامر ابن أمية الضمرية ولكنهم لما قربوا يوصلوا عند بئر معونة لقوا عدد كبير من الطيور بتحلق فوى المكان فطبعا هم حسوا أن في شيء خطير فأسرعوا لحد ما وصلوا للمكان ولكن اتفجأوا أن وفد القراء المسلمين اتأتل بأكمله فدخلوا على بني عامر يقاتلوهم لحد لما أسروا عامر ابن أمية وقتلوا صاحبه فعمر ابن الطفيل قال عامر أن أمه نذرت أنها تعتق رقبه فعتقه وأطلق سراحة وأسرع عامر علشان يلحق يخبر النبي بالفاجعة اللي لاحقت بوفد المسلمين ولكن وهو في الطريق شف رجلين من بني عامر فاعتقد أن الرجلين دول كانوا من ضمن الناس اللي كانوا في بني عامر وأتلوا وفد المسلمين فأتلهم عمر ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بخبر الوفد وكمان خبر الرجلين اللي أتلهم من بني عامر فحزن النبي حزن شديد على الوفد فهم من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم وحزن كمان على الرجلين اللي أتلهم عمر بن أمية من بني عامر لأن النبي أعطى ليهم عهد ولكن عمر ما كانش يعرف فحزن على فعلته وقرر النبي أن يعطي الدية لأهل القتلين اللي أتلهم عمر لأنه قتل عن طريق الخطأ وظل النبي صلى الله عليه وسلم يد على القبائل اللي غدرت بوفد المسلمين وأتلوهم لمدة شهر وبعدها خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني النظير اللي كانوا موجودين في المدينة وبينهم وبين اليهود عهد زي ما اتفقنا في الحلائات اللي فاتت فلما رح النبي ليهم علشان يشتركوا مع المسلمين في دية الرجلين اللي أتلهم عمر بن أمي عن طريق الخطأ وفقوا أنهم يشتركوا مع النبي في الدية وألولوا ينتظر وفي الوقت دا كان مع النبي أبو بكر وعمر وعلي وبالفعل انتظرهم النبي ولكن كانوا بيدبروا مكيدة للنبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا وأقروا أن دي أنسب فرصة لقتل محمد واتفقوا أن واحد فيهم هيطلع فوق بيت إلا هيجلس بجوار حائط محمد ويلقي حجارة على النبي على شنيد اتل ولكن في الوقت دا جلوا وحي للنبي وعرفوا بمكيدة اليهود فأمر النبي بسرعة وانصرفه وأصحابه ورجوه للمدينة وحكى النبي لأصحابه عن الوحي اللي نزل عليه وأخبره بأمر مكيدة يهود بني النظير وأمر النبي أصحابه بإعداد العدة لملاقات يهود بني النظير وحربهم واستخلف النبي على المدينة ابن أم مكتوم وذهب النبي عند منطقة بني النظير وحصرهم لمدة 15 يوم ولكن اتحصنوا من النبي في الحصون فأمر النبي بقطع النخل وحرقه فنادوا على النبي وألوله هو الزيء بقطع النخل وحرقه والمفروض أنه بيأمر الناس بعدم الفساد وهو بيفسد ولكن النبي كان يعاني من وجودهم وأفعلهم الدنيئة اللي كانوا بيعملوها المهم بعدها جراس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول ومعا عدد من المنفقين وحاولوا يتفاوضوا مع النبي ولكن النبي رفض فلما ديأ المسلمين على يهود بن النظير قذف الله في قلوبهم الرغب واستسلم اليهود وطلبوا من النبي الخروج من المدينة ولكن دون قتال وطلبوا الخروج بأموالهم فأذن لهم النبي وبالفعل خرج بن النظير من المدينة منهم اللي ذهب لبلاد الشام ومنهم اللي ذهب لخيبر ونزر في أمر يهود بن النظير وما حدث لهم وما فعلوه مع المسلمين من مكائد سورة بأكملها تسمى سورة الحشر وقد قال الله عز وجل فيها سبخ لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يختسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب وبعدها غنم المسلمين منهم غنائم كثيرة وفي الوقت ده القبائل المتفرقة اللي كانت حوالين المدينة المعروفين بالأعراب كانوا دايما يناوشوا المسلمين ويحصل بينهم احتكاك فقرر النبي أنه يكسر شكتهم وكمان يقوي من عزيمة المسلمين ويسترجع مكانتهم بين القبائل بعد هزيمة أحد فخرج النبي بالجيش من الصحابة عددهم سبعمية يريد بعض القبائل من بني غطفان وكمان بسبب حدسة بئر معونة واستخلف على المدينة عثمان بن عفان وسر الصحابة في طريقهم مع النبي ولكن مع سر الصحابة على أقدامهم مزق أحزيتهم فآموا بتقطع ثيابهم وربطها على أقدامهم علشان يكملوا المسير فتسمت الغزوة دي باسم غزوة ذات الرقاء ويقال إنها تسمت بهذا الاسم نسبة إلى شجر هناك تسمى بذات الرقاء ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان وجود الأعراب بدأوا يتشجروا مع النبي ولكن بعدها خافوا وترجعوا ولم يقاتلوا النبي والمسلمين وفي الوقت ده صديقي شرع الله عز وجل صلاة الخوف لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام فلا يمكن أبدا التنازل عنها مهما كانت الظروف ومشروعية صلاة الخوف اذ ذكرت في قول الله عز وجل في سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واخدة ولا جناخ عليكم ولا جناخ عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا والصلاة الخوف المقصود بيها هي الصلاة اللي بيصليها المسلمين وقت الحروب وقت لما يكونوا خايفين من إغارة العدو عليهم وبيقول ابن كثير في صفة صلاة الخوف صلاة الخوف أنواع كثيرة فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها والصلاة تارة تكون ربعية وتارة ثلاثية كالمغرب وتارة ثنائية كالصبح وصلاة السفر ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادة مستقبل القبلة وغير مستقبلها ورجالا وركبانا ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضربة المتتابع في متن الصلاة ورجاء المسلمين دون قتال للمدينة ولكن هم افطرهم للمدينة نزلوا في منطقة علشان يستريحوا فيها وأمر النبي عمر بن ياسر وعباد بن بشر يكون في حراسة المسلمين في الليل عن طريق التناوب ولما جل إيل ذهب عمار علشان ينام وترك عباد في الحراسة فأم عباد يصلي ولكن جوح المتسلل من بني غطفان ضرب عباد ثلاث مرات بالسهم وفي المرة الثالثة لم يستطع التحمل فأيقظ عمار من نومه ولكن كان الرجل الرامي هرب ومن ضمن القصص اللي حصلت أن في واحد من المشركين اسمه غورث بن الحارث سعى لقتل الرسول وهو نائم فالنبي كان وضع سلاحه بجانبه ونائم فأخذ سف النبي ووأتها استيقظ النبي فسألوا غورث هل هو خايف منه ولكن طبعا النبي قال له أنه مش خايف منه لأن الله عز وجل حيمنع عنه الأذى وبالفعل هم غورث عدة مرات علشان يقتل النبي ولكن لم يستطع فنزل قول الله عز وجل في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ووقتها أسلم غورث ووعد النبي أنه مش هيدخل في أي تحالف مع المشركين ضده فعفى النبي عنه شوف يا صديقي بعد رجوع النبي والمسلمين من غزوة ذات الرقاع وصلت أخبار للنبي بتجهيز قريش لمحاربة المسلمين فكان بن أبي صفيان والنبي اتفاء في غزوة أحد أنهم هيرجعوا العام المقبل للقتال فأم النبي بإعداد العدة واستخلف على المدينة واحد من الصحابة يقال أنه عبد الله بن رواحة والبعض قال أنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وأعطى النبي لواء المسلمين علي بن أبي طالب وخرج النبي بالمسلمين لمنطقة بدر ينتظر قدوم قريش بقيادة أبي صفيان وظل النبي ينتظر ثماني أيام ولم يأتي أبي صفيان لأن الوقت ده كان بيحصل في سوء للتجارة ببدر فخف أبي صفيان أن النبي هو والمسلمين يلحق بالمشركين الهزيمة وتتحاكى بها العرب وتبقى وصم تعار لقريش ففكر أبي صفيان في حيلة وقال لأصحابه بعدما وصلوا لمنصة تسمى مجنة يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجرة وتشربون فيه اللبن فإن عامكم هذا عام جذب وإن راجع فارجع فوأشان يقنع جيشه بعدم القتال تحقق إن الوقت ده وقت جذب وإن العام التالي هيكون خصيب أكتر فينتظروا للعام التالي علشان يقدروا على الحرب ورجعوا على مكة ولم يقاتلوا ورجع النبي للمدينة دون قتال وأم النبي والصحابة بالتجارة في السوق الأريب من بدر وكانت تجارة ربحة ورجعوا سالمين للمدينة وتعرفت الغزوة دي باسم غزوة بدر الآخرة أو غزوة بدر الصغرى أو غزوة بدر الثالثة ونزل فيها قول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وفي نفس السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت إنه يتعلم كتاب اليهود وبالفعل امتثل زيد لأمر النبي ويقال إنه تعلم في خمستاشر يوم شوف يا صديقي في سنة أربعة من الهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم متزوجة من أبي سلمة الصحابي الذي كان من السابقين الأولين في الإسلام وأسلمت هي وزوجها وهجر للحبشة ولما النبي أمر المسلمين بالهجرة للمدينة هاجر زوجها وهجرت بعده ولكن أصيب زوجها في غزوة أحد وتوفي بعدها بفترة وأنجبت منه عمر وسلمة وزينب وحزنت على زوجها جدا لأنها كانت بتحب زوجها جدا ففي مرة من المرات قالت لزوجها بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة فتعالى أعاهدك أن لا تزوج بعدي ولا أتزوج بعدك قال أتطيعينني؟ قالت نعم قال إذا مت تزوج اللهم ارزق مسلم بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها وبالفعل دعوة أبي سلمة تحققت وأقر الله عينا مسلمة بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وبيذكر الذهبي أن السيدة مسلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبة وبعد وفت زوج مسلمة وانقضاء عدتها تقدم لخضبتها أبو بكر وعمر ولكنها رفضت فأسر النبي أحد الصحابة طلبا في خضبتها فأسرت الرد للنبي وقالت له مرحبا أخبر رسول الله أني غيرا وأني مصيبة وليس أحد من أوليائي شاهد فرد عليها النبي أن لها أما قولك إني مصيبة فإن الله سيكفيك صبيانك أما قولك إني غيرا فسأدعو الله أن يذهب غيرتك وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا سيرضى بي وبالفعل صديقي وفقت السيدة أم سلمة على الزواج من النبي وكفل النبي أبنائها وبيذكر المؤرخون أن سبب زواج النبي من أم سلمة لم يكن إلا جبرا لخاطرها وكسرها وحفظا لها ولأولادها من الضيعة ولولا أن رسول الله تقدم إليها لما رضيت بالزواج من أي رجل أيا كان في قومها لأنها لا ترى خيرا من أبي سلمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن يخطر لها على بال أثناء مقالتها وأيضا فقد كان هذا الزواج وفاء بحق زوج من خيار المسلمين وخاطر بنفسه في سبيل الله وبهذا الزواج ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في باب الموساة بالنفس والمال ووضع الأساس الصالح لأولي الأمر في رعاية حقوق المواطن المؤمن الصالح والجندي الباسل المضحي بنفسه في سبيل الله ورسوله وكانت أم سلمة أكبر من النبي حين تزوجها وأصدقها النبي بفراشا حشوه ليف وقدحا وصفحة ومجشة وكانت امرأة حكيمة عاقلة ذات علم وأشارت على النبي في أمور كثيرة وكانت تعلم الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عن أم المؤمنين أم سلمة وأرضاها شوف يا صديقي في بداية العام الخامس الهجري سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن بعض القبائل تجمعت في منطقة تسمى دومة الجندل تريد الإغارة على المسلمين وكانت القبائل دي أصلا بتثير أعمال شاغب في المنطقة وبتغير على التجار المسلمين لأن مكانها كان بيقع بالقرب من بلاد الشاب فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جش من المسلمين عدد ألف مقاتل واستخلف النبي على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري وخرج النبي متجه لمنطقة دومة الجندل وكان النبي والمسلمون في الطريق يسيرون في الليل ويستريحون في النهار وكان مع النبي في الطريق دليل من بني عذرة ولما وصل النبي والمسلمين منطقة دومة الجندل فالدليل أخبر النبي إن المنطقة دي فيها مرعى وغنم لأهل دومة الجندل فأمر النبي المسلمين أن يغيروا على المرعى ويأخذوا ما فيه فلما وصلت الأخبار لأهل دومة الجندل تفرقوا وهربوا ولما وصل النبي للمنطقة ملأش حد من أهلها فأقم فيها عدة أيام ووزع النبي عدد من السراية على المنطقة ومحمد بن سلام بالقبض على واحد من أهل دومة الجندل وقدم بي على النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي للإسلام فأسلم الرجل فأطلق النبي صراحه ورجع النبي للمدينة مرة أخرى دون قتال شوف يا صديقي بعد كل الأحداث والغزوات اللي خضها النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين سواء من قريش أو غيرها وكمان المعارك اللي خضها ضد اليهود قرر جماعة من اليهود إنهم يروحوا لقريش يحرضوهم على النبي والمسلمين ومنهم سلام ابن أب الحقيق النظرية وحيي ابن أخطب النظرية وكنانا ابن الربيع ابن أب الحقيق وهوذة ابن قيس الوائلية وأبو عمار الوائلية وبدأ يفكر أهل مكة بقوة المسلمين وبموقف قريش في غزوة بدر الآخرة وأنهم خافوا يحرب النبي والمسلمين فاستشاط غضب قريش وسألوا اليهود وأللهم يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه فرد اليهود قالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه فنزل فيهم قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ووعد اليهود قريش إنهم هياقفوا بجانبهم في محاربة المسلمين وتحزب المسركين مع اليهود وكوانوا جيش عدد عشر تلاف مقاتل أنت متخيل صديق العدد ده؟ المؤمن الأخبار وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل أصحابه عن رأيهم وماذا يفعل لأن النبي كان دايما يشاور أصحابه في كل أمور الدولة فأشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم بفكرة حفر خندق حول المدينة وكانت الفكرة دي عند الفرس ولم يكن يعرفها العرب وده بسبب إن سلمان الفارسي كان من بلاد فارس ويعلم بفنون ومكائد الحرب فيها فوعجب النبي صلى الله عليه وسلم بالفكرة دي وبالفعل آمن النبي هو والصحابة وبدأوا في حفر الخندق وكان لكل عشر من الصحابة منطقة مساحتها حوالي أربعين ذراع بيخفروا فيها وبدأ الصحابة في الحفر وكان النبي بيردد اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة علشان يقوي من عزمة المسلمين في الحفر فكان المسلمون بيرددوا على النبي ويقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ومن جدة الجوع والعطش بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يربط الحجارة على بطنهم فأم واحد من الصحابة اسمه جابر بن عبد الله وكان عنده في بيته شاه صغيرة فأمر زوجته إنها تذبحها وتصنع طعام للنبي وبالفعل سمعت زوجته الكلام وجاء قل للنبي إن زوجته صنع الطعام للنبي يكفي هو وعدد أليل من المسلمين فندى النبي في الصحابة وقال لهم قوموا إلى جابر ودي دعوة من النبي للذهاب لبيت جابر علشان هو عزمهم على الطعام ولكن جابر استغرب من فعل النبي لأن الطعام لا يكفي إلا لبضعة أشخاص ولكن عدد المسلمين كبر جدا فهم في الوقت دا كانوا حوالي 3000 ولكن سكت جابر وامتثل لقول النبي وأسرع الصحابة من شدة الجوع على بيت جابر ولما دخل النبي لبيت جابر ساله أن يحضر الإناء اللي موجود في الطعام فأحضر جابر الإناء للنبي فنفث فيه ودعا بالبركة واكتمع الصحابة في غرف الطعام واكتمعوا كلهم لحد ما شبعوا وبيقول جابر بعد انتهاء النبي والصحابة كلهم من الطعام وجد في الإناء طعام أكثر من اللي كان موجود فيه قبل لما يعطيه للنبي فالبركة صديقي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرة من المرات وأثناء حفر المسلمين للخندق جاءت أحدى النساء ببعض التمر لأبيها وأخيها وخليها علشان تطعمهم فنادى عليها النبي وسألها عن سبب مجئها فردت وقالت له إن ده طعام أبوها وأخوها وخالها فأخذوا منها النبي ووضعوا على قطعة قماش ودع الله عز وجل بالبركة ونادى على الصحابة كلهم علشان يكلوا وبيذكر الصحابة إنه من كثرة التمر كان بيقع من على قطعة القماش واتما كان المسلمين بيحفوروا الخندق ظهر قدامهم صخرة كبيرة ما كانوش عرفيني فتتوها فذهبوا للنبي يحكوا لي عن مشكلتهم لإنه أقوى منهم فأم النبي وأخذ المعول من سلمان وضرب الصخرة الضربة الأولى فخرج نور عظيم من الصخرة فكبر النبي تكبيرة نصر وكبر المسلمون فضربه مرة تانية فأخرجت الصخرة نفس النور مرة تانية فكبر النبي وأصحابه فضربها مرة تالتة فأخرجت نفس النور وتفتتت الصخرة فكبر النبي والصحابه وبعدها سأل الصحابة النبي عن النور اللي خرج من الصخرة هو سبب تكبيره فرد عليهم النبي وقال لهم لقد أضاء لي من الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرة كانها أنياب الكلاب فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ومن الثانية أضاءت القصور الحمر من أرض الروم كانها أنياب الكلاب وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا أي أن الإسلام سيدخل بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد اليمن ففرح الصحابة وكان الصحابة بيحفروا في الخندق بالنهار وفي الليل بيذهبوا لبيوتهم علشان يرتاحوا وبعدها قدم المشركون بجيوشهم على المدينة وكان عدد الجنود من قريش الوحدها بس أربع تلاف مقاتل وعدد الجنود من بني غطفان ستة تلاف مقاتل وفي المقابل عدد المسلمين تلت تلاف مقاتل وبس فلما المسلكين شافوا الخندق اتفجئوا لأنهم ما كنوش يعرفوا فكرة الخندق دي لأنه زي ما اتفقنا أن اللي أشر على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق هو سلمان الفارسي وإنه كان من بلاد فارس وإن الخندق ده كان موجود عند الفرس في الحروب ولم يعرفه العرب المهم يا صديقي إن المسلمين لما شفوا العدد المهول ده من الكفار أيقانوا إن ربنا عز وجل هينصرهم وده اتذكر في قول الله عز وجل في سورة الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بعدها صديقي كل واحد من الجيوش بدأ ياخد موقعه وحاول المشركون إنهم يخترقوا الخندق ولكن لم يستطيعوا وفي وقتها فكر المشركون واليهودي حيي بن أخطب إنهم يدبروا مكيدة للمسلمين فلو تفتكر يا صديقي إننا ذكرنا في حلقاتنا اللي فاتت إن آخر قبيلة يهودية موجودة في المدينة اسمها قبيلة بني قريضة وكان بني قريضة في وقتها على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمسهم النبي والمسلمون بسوء ففكر حيي بن أخطب مع المشركين إنهم يحاولوا إغراء يهود بني قريضة بأي طريقة علشان يدخلوا بها المدينة لأن بني قريضة يعتبروا في حلف واحد مع النبي فذهب حيي عند أسوار بين القريضة فلما شافوا كعب بن أسد القرضي وهو زعيم من زعماء بين القريضة أفل باب الحصن في وجه حييي وقال له إنه مش عاوز يتكلم معاه لأنه نذير شؤم وإنه أكيد جاء عشان مصيبة فما جاءه لا ينذر بالخير أبدا ففض الحييي تحيل عليه إنه يتكلم معاه فرد عليه كعب بن أسد وقال له إني قد عهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أرى منه إلا وفاء وصقة فكعب ملتزم بعهده مع سيدنا محمد ومش عاوز حد غريب يدخل المدينة وكمان كعب مش عاوز ينقض العهد مع الرسول لأن الرسول بيحسن معاملتهم ولكن حييي أصر على الكلام مع كعب فأذنوا كعب ويدخلوا الحصن وسألوا هو عوز إيه فقال له حييي جيتك بعز الدهر وبحر طام فقال له كعب وماذاك قال له جيتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومتا وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد قد عهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه فأل كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه يرعد ويبرق وليس فيه شيء ويحكى يا حييي فدعني وما أنا عليه فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء فحييي بيحكي لكعب عن عدد الجنود اللي جي بيها من قريش ومن كل العرب اللي حوالين مكة والمدينة المعاديين للنبي وبيقولوا أنهم جايين ونوين على قتل محمد ولكن كعب رفض يتعاون معاه لأنه لم يرى من النبي إلا الخير ولكن حييي لم ييأس ففضلي لحى على كعب الحد لما وافئ على نقد صحيفة الرسول والدخول مع حييي بن أخطب في المعركة إلا أن كان في عدد من الصحابة سمع اللي دار بين حييي وكعب فكان الصحابة دول من اليهود ولكنهم أسلموا لما جاء النبي للمدينة واسمهم أسد وأسيد وثعلبة فجم بسرعة للنبي وحكوا لي عن اللي سمعوا فبعت النبي سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وسعد بن معاذ وهو سيد الأوس وطلب منهم أنهم يتحققوا من الأخبار دي وقال لهم انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم فإن كان حقا فالحنوري لحنا أعرفه ولا تفوتوا في أعضاد المسلمين وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس وبالفعل ذهبوا عند بني قريضة وعرفوا أنهم ناقضوا العهد مع النبي فأسرعوا علشان يخبروا النبي وأولا ما دخروا للنبي ألوله عضل والقارة ودول القابلتين اللي غدروا بأصحاب النبي يوم الرجيع زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت فهم اختاروا الإشارة باسم القابلتين دول بالذات علشان يوصلوا للنبي إن بني قريضة غدروا ونقضوا العهد فإلى النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين ولكن ضاق على المسلمين الأمر وبدأ المشركون يضيق الحصار على المسلمين ويستهزاء بالنبي والمسلمين وظهر عدد من المنافقين في صفوف النبي بيطلبوا أنهم يتنحوا عن المعركة فنزل قول الله عز وجل في سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الخناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وفضل المشركين محاصرين النبي والمسلمين حوالي عشرين ليلة ولم يكن فيهم قتال يذكر إلا الرمية بالنبال والحجارة ولما اشتد الحصار على المسلمين حاول النبي إنه يتفاوض مع بني غطفان علشان يرجعوا عن حربهم للنبي والمسلمين وكم بني غطفان هم العدد الأكثر في جيش المشركين فاشر عليهم النبي إنهم يغضوا تلت ثمار المدينة مقابل إنهم يخرجوا من جيش المشركين ولا يقفوا في صفوفهم فوافق ولكن الصحابة سألوا النبي هل ده أمر من ربنا ولا هو بيعمل كده علشان خايف عليهم فرد عليهم النبي قال لهم إنه خايف عليهم ولكن رد سعد بن معاد على النبي وقال له يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قيرا أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ففرح النبي من رأي سعد بن معاذ وترك الاتفاء اللي اتفأ عليه مع بني غطفان وفضل الحال زي ما هو ما فيش قتال بين المسلمين والمشركين إلا محاولة جماعة من المشركين التسلل لدخول المدينة وهم عمر بن عبد ود بن أبي قيس وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهبن المخزوميان ولكن خرج لهم علي بن أبي طالب ومعفر أمن جيش المسلمين فطلب المشركون المبارزة فتقدم عليه ليهم وحاربهم لحد لما قتل عمر بن عبد ود ففر باء الفرسان بسرعة وخرجوا من المدينة وبعت المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم عاوزين يشتروا جثة عمر بن عبد من النبي مقابل المال فالنبي قال لهم إنهم هيخدوا الجثة دون مقابل لأن المسلمين لا يأكلوا الثمن الموتى المهم يا صديقي بدأت تحصل بعض المناوشات بين المسلمين والمسركين لدرجة إن دخل وقت صلاة العصر والنبي والمسلمين منشغلين فيما يحدث من المناوشات ولم يصل النبي والمسلمين العصر إلا وقت غروب الشمس فدع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي يوم من أيام حصر المسلمين تسلل واحد من اليهود داخل المدينة علشان يعرف أخبار المسلمين وكان بالقرب من حصن في السيدة صفية بنت عبد المطلب عمت النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمير الحصن ده هو حسان ابن ثابت فلما صفية شفت الراجل اليهودي ده رحت بسرعة حسان وقالت له إن في راجل اليهودي داخل علشان يتجسس خبر المسلمين وإنه يقوم عليه يقتله لأنهم خلاص ناقضوا عهدهم مع النبي ولكن حسان لم يكن رجل حرب فهو شاعر فلا حسان يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحبي هذا فأمت صفية أخذت عمود من الحصن وخرجت ضربت بالرجل اليهودي وأتلته والموقف ده أثار الرغب في قلوب اليهود أما صديقي عن النبي والمسلمين كانوا جالسين وفجأة دخل عليهم رجل من بني غطفان اسم نعيم ابن مسعود ابن عامر ولكن نعيم كان أسلم وكاتم إسلامه ولكن بني غطفان وقريش وبني قريضة فكرين أنه مازل على دنهم ودخل نعيم على النبي والمسلمين وعرض عليهم إنه سعدهم فأذن له النبي فذهب نعيم ليهود بني قريضة وقال لهم إنه أكتر حد عارف مصلحتهم وإن أكيد قريش هتتخلى عنهم وحتى لو حربت معاهم وانتصرت في الحرب فهم أكيد هيرجعوا المكة ويسيبوا بني قريضة في المدينة وقال لهم إنهم ساعتها مش هيسلاموا من المسلمين فخف اليهود وطلبوا من نعيم إنه شرع ليهم يعملوا إيه فشرع ليهم نعيم إنهم يخدوا رهاء من قريش علشان يضمنوا إن قريش مش هتتخلى عنهم وإبالفعل وافئ بن قريضة وبعدها ذهب نعيم عند قريش وقال لهم تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه أننا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم فأرسل إليهم النعم فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفع إليهم منكم رجلا واحدا فشاعت الفرقة بين صفوف المشركين وفي نفس الليلة بعد ما تأكد المشركين من كلام نعيم أدركوا إنهم مهزمون وكان المسلمون في معسكراتهم يرفعون أيديهم بالدعاء لله عز وجل فكان المسلمون يقولون اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وكان النبي يرفع يده بالدعاء ويقول اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم فاستجاب الله عز وجل لدعوة نبيه فورا وأرسل على المشركين ريحا عاتية شديدة البرودة كانت تقتلع خيامهم وقذف الله عز وجل في قلوبهم الرغب وكان النبي والمسلمين في معسكراتهم ما يعرفوش اللحصة للمشركين المهم للنبي أمو سأل أصحاب من يستطيع أن يذهب عند المشركين ويأتي بخبرهم فمحدش رد بسبب خلفهم الشديد فكرر النبي السؤال مرتين برضو ما حدش رد فندى النبي على حذيفة بن اليمان وأمروا أن يذهب يتحسس أخبار المشركين وقال له يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني وبالفعل ذهب حذيفة عند المشركين واتفاجئ من حلهم ومن تدمير الرياح العاتية كل شيء يخصه وشف أبا سفيان وكان عاوز يطلق عليسه ولكن افتكر وسيط النبي لي وشف جيش المشركين بينسحد وكان أبا سفيان بيقول لهم يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك القراع والخف وأخلفتنا بن قريضة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل فأسرح حذيفة يزف الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم بانسحاب جيش المشركين ولما عرف النبي الخبر من حذيفة دعا لحذيفة ونزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وقول ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وخرج النبي على المسلمين وبشرهم وقال لهم لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم تغزونهم ومعنى كلام النبي إن قريش لن تأتي لغزو المسلمين مرة تانية ولكن المسلمين هم اللي هيسيروا ليهم ويغزوهم وفي الغزوة دي صديقي استشهد ستة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت هذه الغزوة باسم غزوة الأحزاب والخندق وسبب تسميتها بالأحزاب هو اجتماع فئة كتير من المشركين لمحربة النبي كانت قريش وبن غطفان وبني قريفة وسبب تسميتها بغزوة الخندق لإن سلمان الفارسي أشر على المسلمين بحفر خندق حول المدينة ورجع النبي والمسلمين إلى المدينة ووضع النبي والمسلمين أسلحتهم وأولا لما النبي دخل بيته علشان يغتسل جاء له جبريل وقال له أَوَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فقال النبي نعم فقال جبريل ما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت الآن إلا من طلب القوم إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريفة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم فأمر النبي أصحابه أنهم يسيروا لبني قريفة وقال النبي للمسلمين من كان سامعا مطيعا فلا يصلي ين العصر إلا في بني قريفة وبالفعل استجاب المسلمون لنداء النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا بأسلحتهم لملاقات بني قريفة وده بسبب الخيانة اللي عملوها مع المسلمين في غزوة الخندق وذهب النبي والمسلمون عند حصن يهود بني قريفة وحاصروهم وبعض المصادر بتذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم خمستاشر ليلة والبعض الآخر بيقول عشر ليالي وبعدها اليهود أدركوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتركهم فقال لهم زعيمهم كعب بن أسد إن ما فيش قدامهم غير حل من التلاتة علشان ينجوا من الحصار أولهم إنهم يؤمنوا بمحمد ويصدقوا خصوصا إنهم تأكدوا من نبواته فرفض اليهود فأشر عليهم بالحل التاني وهو إنهم يقتلوا نساءهم وأطفالهم ويخرجوا يقتلوا المسلمين وإما ينتصروا أو ينهزموا فرفضوا فأشر عليهم إنهم ينتظروا ليلة يوم السبت ويخرجوا على المسلمين يحربوهم لأن المسلمين عارفين إن اليهود مش بيحربوا يوم السبت وكده يكونوا بيرتحوا خصوصا إنهم منهكين بالسبب معركة الخنق ولكن رفض اليهود حلو الكعب ونادوا على محمد وطلبوا منه يرسل لهم أبا لبابا ابن عبد المنذر علشان يشاوروا في أمرهم لأن أبا لبابا من الأوس والأوس كانوا حلفاء يهود بني قريضة قبل الإسلام وبالفعل أرسله النبي ولما وصل أبا لبابا عند اليهود في حصنهم خرج للرجال والنساء والأطفال وأجهاش في البكاء وسألوه ماذا سيفعل بهم النبي فشار أبا لبابا على رقبته بيده وأصدن النبي عيد بحهم ولكن ندم على فعله وعلى إخبار اليهود بما سيفعله النبي وشعر إنه خان الأمانة فخرج ولم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وذهب للمدينة ودخل المسجد وربط نفسه في عمود من أعمدة المسجد وقال إنه مش هيفك نفسه إلا لو النبي أذن له وعفى عنه ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أبي لبابا قال للصحابة اتركوه لما ربنا عز وجل ينزل حكم فيه وقال للنبي إن لو أبو لبابا جاء واعتذر لا عفى عنه وفي الوقت ده دخل عدد من اليهود للإسلام ولكن كان عددهم أليل وبعدها جاء عدد من الأوس المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض معه للعفو عن يهود بني قريطة ويخرجهم من المدينة بدون قتال لأنهم حلفائهم فسألهم النبي هل يرضب حكم واحد منهم فوافق الأوس فدع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وهو سيد الأوس علشان يحكم في أمر بني قريطة وكان سعد اتصاب في غزوة الخندق فلما الأوس شاف سعد وهو جاء عليهم أسرعوا لي وألوله يا أبا عمر أحسن في مواليك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولا كذلك لتحسن فيهم فأل سعد قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم ولما دخل سعد على النبي صلى الله عليه وسلم حبي استفسر عن الوضع وهل حكم دائل هيطبق على اليهود فردع للنبي بالإيجاب فقال سعد فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم الأموال وتزبى الذراري والنساء فردع للنبي وقال له لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة وبالفعل نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على بني قريطة فقاتل المسلمون رجالهم وسبوا نساءهم وأبناءهم وغنموا أموالهم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من نسائهم ملك يمين تسمى ريحانة بنت عمر ابن خنافة وكانت من يهود بني قريطة ومعنى ملك يمين كما ذكر الطبري هن السبايا اللواتي فرق بينهن وبين أزواجهن السباء فحللنا لمن صرنا له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها الحربي لها وده مصطلح يشير إلى الرقيق الذين يملكهم الرجل المسلم من السبي بعد الحرب مع المشركين ويجوز الرجل أن يعامل المرأة التي يمتلكها كزوجته بشرط ألا يشاركه أحد بها وكمان إذا عامل الرجل المسلم ملك اليمين كمعاملت الزكت فهي لا تباع ولا يمسها رجل غيره فتصبح مثل زوجته ولكن دون عقد وسبب إبحت الله عز وجل استمتاع مالكها بها حفاظا على حقوقها كبشر وكمان لعفتها ودف تكرم لها وملك اليمين في الإسلام لحقوق وهي أن يتكفل مالكها بحقوقها ويحرم عليه ظلمها أو الإساءة لها بل عليه التكفل بنفقتها ولا يجوز تحميلها ما لا تطيقه أو تتحمله وممكن تحررها إذا اعتنقت الإسلام وأنجبت لمالكها ولد وإبحت ملك اليمين اتذكرت في قول الله عز وجل في سورة المؤمنين وذينهم لفروجهم خافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وكمان في سورة النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناخ عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضا إن الله كان عليما حكيما وبدأ النبي يقسم الغنائم على المسلمين وما تبقى من سلاح والخيل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في تجارة لنجد أما صديقي عن أبي لبابة ففضل رابط نفسه في المسجد وكانوا بيفكو فقط وقت الصلاة ووقت قضاء الحاجة وفضل على الحل ده لمدة ست أيام لحد لما ربنا عز وجل أنزل آية في العفو عنه فنزل قول الله عز وجل في سورة التوبة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رخيم وكان النبي في يومها عند السيدة أم سلمة فلما نزل عليه الوحي بعفو الله عن أبي لبابة ظل النبي يبتسم فعرفت أم سلمة أن الله عفى عن أبي لبابة فاستأذنت أم سلمة رضي الله عنها من النبي أن تبشر أبا لبابة ففتحت الباب وصحت في المسلمين أن الله عفى عن أبي لبابة فجر المسلمون على أبي لبابة علشان يفكوه فصح فيهم لأنه عوز النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يفكوه والله لا يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالفعل لما خرج النبي لصلاة الفجر فك أبا لبابة أما صديقي عن سعد بن معاذ فقد اشتد عليه المرض بسبب جرحه بعد غزوة بني قريضة واستجاب ربنا لدعواته لأن كان بيقول اللهم لتمتني حتى تقر عيني من بني قريضة ولما متسعد أجهش بالبكاء كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويمدفنه كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله لهذا العبد الصالح الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشدد عليه ثم فرج الله عنه فقد اهتز عرش الرحمن لوفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه شوف يا صديقي بعد غزوة الخندق وبني قريضة الخزرج كانوا عايزين يقتلوا واحد من اليهود اسمه أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق وكان أبي رافع دا من اليهود اللي عندهم عداء شديد للنبي والمسلمين وكان من ضمن اليهود اللي اتفقت مع قريش وبني قريضة في غزوة الخندق فارد الخزرج قتله فأذن لهم النبي وكان أبو رافع في الوقت دا بمنطقة تسمى خيبر فخرج لخمسة من الخزرج على رأسهم عبد الله بن عتيك ومع مسعود بن سنان وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي وخزاعي بن أسود ونهاهم النبي عن قتل النساء والأطفال وكان أمرهم هو عبد الله بن عتيك وبالفعل وصل الصحابة الخمسة لخيبر وتسللوا في الليل ودخلوا لبيت أبي رافع وانقضوا عليه وقتلوه ولكن هم خارجين وقع عبد الله بن عتيك وانكسر الساقه فحمله أصحابه وأسرع للنبي يزف الخبر ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل هذا اليهودي البغيد وقام النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على ساق عبد الله فشفيت وبيذكر عبد الله إن ساقه رجعت أفضل مما كانت وبعد مقتل أبي رافع اليهودي جاءت أخبار للنبي صلى الله عليه وسلم إن في واحد من المشركين اسم خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي بيحضر جيش علشان يذهب للمدينة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم والاستلاء على المدينة فدع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس وقال له يذهب لخالد بن سفيان ويقتله فامتثل عبد الله لكلام النبي ولكنه ما كانش يعرف شكل خالد فطلب من النبي يوصف لي فأل سيدنا محمد إذا رأيته وجدت له قشعريرة فخرج عبد الله بن أنيس وهو قاصد مكة وكان ناشي على قدميه وتظاهر بإنه بيدور على إبلي ضيعة ولما دخل على جماعة من الناس كان جالس معاهم خالد الهذلي فسألوا عن هويته فقال لهم إنه من العرب وإن بعيره ضاعت منه وهو بيبحث عنها وبعدها آم ذهب عند خالد اللي اتعرف عليه من وصف النبي فاقترب منه وقال له إنه سمع بتحضيره لقتل محمد فرد خالد بالإجاب فقال عبد الله إنه عاوز يشارك معاه في قتل محمد فوفق خالد وسمح له بالجلس معاهم وبعدها حاول عبد الله أن يختلي بخالد حتى انقض عليه وذبحه وأسرى عبد الله بن أنيس راجعا إلى المدينة علشان يخبر النبي بخبر قتل خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي ففرح النبي وقال له أفلح الوجه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لبيته وأعطى لعصى فأخذها عبد الله وخرج فلما الصحابة شفوا وسألوا عن العصى وسبب إعطاء النبي إياها فرجع مرة تانية للنبي اسألوا عن السبب فرد على النبي وقال له آية بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المتخصرون يومئذ ومعناه إن عبد الله بن أنيس هيأتي يوم القيامة متكئ على هذه العصى وظل محتفظ بيها وأوصلناها تكفى معاه بعد وفاته شوف يا صديقي في سنة خمسة بعد الهجرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم حبيبة وأسماها رملة بنت أبي سفيان وكانت أم حبيبة من السابقين إلى الإسلام وكانت من مهاجري الحبشة هي وزوجها عبيد الله ابن جحش ولكن بعد هجرتها هي وزوجها للحبشة ارتد زوجها عن الإسلام وشرب الخمر وأصابه الجنون وبعدها وقع من فوق جبل في الحبشة فمات فحزنت السيدة أم حبيبة على حالها وحال أبنائها فدخلت بيتها في الحبشة واعتزلت الناس فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى نجاشي يطلب منه أنه يخطبها لي فلما عرفت أم حبيبة تهلل وجهها وفرحت وبيذكر ابن كثير إن مهرها كان حوالي خمسمائة درهم وبعدها في نفس السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وكانت بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كانت متزوجة قبل النبي من زيد ابن حارثة إلا أن بعد فترة من زوجها بزيد جاء زيد يشتكل النبي صلى الله عليه وسلم من أنه حاسس من أنه زكت زينب أنفا تجاه لأنه كان من الموالي وهي سيدة من بني هاشم فرد على النبي وقال له أنه يمسك زوجته وما يطلعهاش ولكن نزل قول الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ تَخْشَى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ولما نزل قول الله عز وجل على النبي أخفى النبي أمر ربنا بزواجه من زينب بعد إطلاقها من زيد وده لأن النبي كان خايف من رد فعل الناس لأن زيد كان ابن النبي بالتبني قبل ما يحرم الإسلام التبني وده ذكرنا بالتفصيل فحلائتنا عن زيد بن حارثة ولكن ده كان أمر من الله عز وجل ولما انقضت عدة زينب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كثيرة الإنفاق والتصدق على المسلمين وقالت السيدة عائشة عن السيدة زينب بنت جحش ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة وفي صباح اليوم التالي من بناء النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش أنزل الله عز وجل آية فرض الحجاب على المسلمات وبيذكر أهل السير أن سبب فرض آية الحجاب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم للتبناء بالسيدة زينب بنت جحش أقام وليم الطعام للمسلمين ولكن المسلمين فضلوا جالسين عند النبي ولم ينصرفوا وكان الفعل ذا بيأذي النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيستحن يقول المسلمين إنه متدايئ من إطالة القلوس عنده فنزل قول الله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم وبعدها نزل قول الله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وده مش معناه إن النساء النبي ما كانوش محجبات لأ طبعا نساء النبي كانوا بيغطوا جسدهم ورأسهم ولكن الآية فرضت عليهم إنهم يغطوا وجههم علشان ما حدش يقدر إنه يتعرف عليهم فيؤذيهم لأن في الوقت ده الصحابة كانوا بيذهبوا عند النبي كتير علشان يتعلموا منه أمور الدين كما كان في بعض الأمور بيستشير فيها أمهات المؤمنين فنزلت الآية على النبي وأمر الله عز وجل بأن النساء النبي وكل النساء المؤمنات يغطوا وجههم علشان ما حدش يتعرف عليهم ويؤذيهم شوف يا صديقي في بداية العام السادس الهجري أم واحد من المشركين اسم عيينة ابن حصنة بالهجوم على إبل الصدقة التي كان يشرف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بترعى في منطقة اسمها منطقة الغابة واستولع عيينة على الإبل وأتى الرعيها وساب زكته ولكن شافوا واحد من المسلمين اسمه سلمة ابن عمر ابن الأكوى فأسرع سلمة على المدينة وصاحف الناس علشان يخبرهم بالأمر فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فندى المسلمين وبدأ يكتمع عدد منهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سعد ابن زيد وقال له أخرج في طلب القوم حتى ألحقك في الناس وبالفعل خرق سعد ابن زيد بالمسلمين ولكن سبق سلمة ابن الأكوى لأنه لم ينتظر المسلمين وحمل قوسه ونباله وأسرع علشان يلحق بعيينه ابن حصنه وكان سلمة عدده واستطاع اللحاق بهم وبدأ يتخفى في وسط الجبال ويرمي العدو بالنبال وكان بيقول خذها وأنا ابن الأكوى اليوم يوم الرضع وكان بيجري بسرعة فكان عيين بيحاول اللحاق به لكنه معرفش لأن سلمة كان بيتخفى وسط الجبال وبعدها يظهر يضربهم ويختفي لحد ما لاحق به المسلمين بقيادة سعد ابن زيد ولما المشركين شافوا قدوم فرسا من المسلمين نحيتهم آموا بسرعة وتركوا الإبل ومعها بعض من ممتلكتهم وفروا هاربين وتات مكن المسلمين من السيطرة على الموقف واسترجاع الإبل ولكن استشهب من المسلمين واحد أو اثنين وكان في منطقة تسمى ذي قردن ولما لاحق بيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فرح بما فعله المسلمون وقسم عليهم الغنائم وأهل السيار أطلقوا على الغزودي اسم غزوة ذي قرد أو غزوة الغابة وسبب تسميتها بالغابة هو المكان اللي كانت بترع في الإبل أما ذقرد فهو المنطقة اللي تمكن فيها المسلمون من استرجاع الإبل شوف يا صديقي بعد غزوة ذقرد جاءت أخبار للنبي صلى الله عليه وسلم إن في قبيل اسمها بانو المصطلق تعد العدة لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم والإغارة على المدينة وكان قائدهم اسمه الحارث بن أبي درار وجاهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم جيش من المسلمين واستخلف على المدينة أبا ذر الغفارية والبعض بيقول إن النبي استخلف على المدينة نميلة ابن عبد الله الليثية وقبل خروج النبي لغزوة بن المصطلق أقرع بين زوجاتي علشان تخرج وحدة فيهم مع النبي في الغزوة والاختيار وقع على السيد عائشة رضي الله عنها وأرضها وخرج النبي بالمسلمين لحد ما وصلوا عند منطقة بها ما تسمى المريسع وأتهى ناد صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تمنع بها أنفسكم وأموالكم فرفضوا فالتحم الجيشان وكانت الهزيمة من نصيب بني المصطلق وغنم المسلمون أموالهم ونساءهم وأطفالهم وكان من ضمن السبايا ابنة زعيم بني المصطلق واسمها جويرية بنت الحارث ابن أبي الضرار وقتل من بني المصطلق عشرة رجال وفر الباقي هاربين من أمام المسلمين واستشب من المسلمين وأتاها رجل واحد وتعرفت الغزوة دي باسم غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسية ورغم الانتصار حصل في صفوف المسلمين مشكلة فكان المسلمين عند بئر المريسية فاختلف رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار وكل واحد فيهم استنجت بأتباعه وكان في صفوف المسلمين عدد من المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول فعبد الله كان بيكره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه كان بيتجهز لحكم المدينة قبل قدوم النبي لها ولما جاء النبي للمدينة ضاعت أحلام ابن سلول وأصبح بيكن عداء شديد للنبي فكان بيتظاهر بالإسلام ولكن الكفر بيملأ قلبه والتف حول عدد من المنافقين في المدينة ومن ضمن موقفه إلا أثبات اثنية الخبيثة هو موقفه في غزوة أحد لما انسحب بالفرقة اللي كانت تحت قيته وموقفه مع اليهود لما حصلت المشكلة بين رجلين من الصحابة عند البئر قال عبد الله بن سلول أَوَ قَدْ فَعَلُوْهَا لَتَحَوَلُوا إِلَى غَيْرِ دَارِكُمْ فهو بيوجه كلامه لقومه من الأنصار إنهم هم اللي عملوا كده في نفسهم لما استقبلوا المهاجرين وأعطوا أهل قريش أموالهم ونصروهم إن القدماء كان عندهم حق لما قالوا سم من كلبك حتى يأكلك وأقسم إنهم لما يرجعوا على المدينة لازم يخرجوا أهل قريش منها وبيوصف نفسه بالعزة وإن أهل قريش أذلاء فسمى بالكلام ده طفل من الصحابة اسم زيد بن أرقم فأسرع للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يخبروا بكلام ابن سلول وتهك عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمي عمر كلام زيد قال للنبي يأمر واحد من الصحابة يقتل عبد الله ابن سلول فرد النبي على عمر وقال له فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وأمر النبي الناس بالرحيل علشان يرجعوا للمدينة ولكن عبد الله ابن سلول لما سمع الكلام اللي اتقال عليه ذهب للنبي وأنكر إنه قال الكلام ده فرد واحد من الأنصر على النبي وقال له يا رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل والرجل ده بيدفع عن عبد الله بن سلول لأنه كم من أشرف قومه أبل الإسلام فسكد النبي صلى الله عليه وسلم مكمل في طريق للمدينة ولكن نزل الوحي ببراءة زيد بن أرقم وإثبات صدق حديثه وده الذكر في قول الله عز وجل في سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وتان نبي صلى الله عليه وسلم مسك بأذن زيد بن أرقم وقال له وفت أذنك يا غلام فأصبح يقال عن زيد هذا الذي أوفى لله بأذنه وأكمل النبي والمسلمون في الطريق وجاء واحد من الصحابة للنبي اسمه أسيد بن حضيرة وسال النبي باستغراب عن سبب أن أمر المسلمين أنهم يرتحلوا في الوقت ده لأن ده مش الوقت المعتدين فيه فأخبره النبي اللي حصل من عبد الله بن أبي بن سلول فرد أسيد بن حضير على النبي وقال له فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت هو والله الذليل وأنت العزيز يا رسول الله أرفق به فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لا ينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه لا يرى أنك قد استلبته ملكا أما صديقي عن عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول فكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف النبي ويثق فيه فلما سمع عبد الله بأمر أبيه عبد الله بن أبي بن سلول ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إنه قد بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار فعبد الله كان عايز هو ليأتي الأباه لو النبي أهدر دمه لكن النبي ما أهدرش دم عبد الله بن أبي بن سلول وردع للنبي وقال له بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا وإن صديقي بيتجلى مدى عفو النبي وحكمته فهو ترك عبد الله بن أبي بن سلول لعله يرجع عن كلامه في يوم من الأيام وأوصى أصحابه أنهم يرفقوا به وكمل النبي في طريقه هو وأصحابه ولما أربوا على المدينة وفي النبي والمسلمون لراحة وقضاء الحاجة وكانت السيدة عائشة مع النبي في الغزوة زي ما اتفقنا فلما توقفوا ذهبت السيدة عائشة علشان تقضي حاجتها وكانت معتادة إنها لما تقضي حاجتها كانت بتذهب بعيد جدا علشان ما شوفهاش أي حد ولما انتهت وجد تلحق بالرقب اكتشفت ويا في الطريق إن وقدها وقع منها فرجعت مرة تانية للمكان اللي كانت فيه علشان تبحث عن وقدها وبالفعل لأت العقد ورجعت علشان تلحق بالرقب ولكن كان الرقب ميشي طبعا انت هتستغرب وهو ازاي الرقب ميشي ومحدش من المسلمين لاحز عدم وجودها شوف يا صديقي السيدة عائشة كان وزنها خفيف فلما كان الصحابة بيرفعوا الهودج بتاعها على الجمل ما كانوش بيقدروا يميزوا هي جوة ولا لا بسبب خفة وزنها وكمان محدش كان شافها وهي نزلة من الهودج فلما رجعت وملأتش الركب فضلت مستنية في مكانها وما تحركتش وقالت ان اكيد هيلحظوا عدم وجودها فهيرجعوا مرة تانية علشان ياخدوها ولكن وهي جالسة في مكانها غلبها النعاس الا انها صحية نفزوعة على حد بيتكلم وبيقول ان لله وانا اليه راجعون ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان القائل هو واحد من الصحابة اسمه صفوان ابن المعطل السلمي وكان تأخر عن المسلمين بسبب انه كان بيقضي حاجة لي ولما شاف السيدة عائشة عرفها من حيئتها لانه كان بيشوفها قبل فرض الحجاب فاناخ صفوان الجمل للسيدة عائشة بكل ادب وتنحى عنها علشان تركب الجمل ورقبة السيدة عائشة على الجمل واخذ صفوان برأس الجمل ومشي بالسيدة عائشة متجهين للمدينة ولم يكلم ولم تكلمه ابدا ولاحق صفوان والسيدة عائشة بالركب وكان في وقت الظهيرة فنزلت السيدة عائشة وركبت في هودجها ولكن بدأ عدد من الناس يتكلمون وعلى رأسهم زعيم المنافقين عبدالله ابن ابي ابن سلول والتف حول جماعة من الناس واخذوا يتكلموا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ومن ضمن الناس اللي كانت بتتكلم في الموضوع هو مصطح ابن اثاثة وحسان ابن ثابت وحمنة بنت جحشة ولكن في الوقت ده السيدة عائشة ما كانتش تعرف الاقوال اللي بيتبادلها اهل المدينة لانها بعد رجوحها لبيتها مرضت مرض شديد جدا وما كانتش بتخرج من بيتها لمدة واحد وعشرين يوم وكان من عدة النبي لما السيدة عائشة تمرض كان بيتلطف لها في الحديث ويعاملها بحنان ولطف ولكن المرة دي النبي كان بيتجنب الحديث معاها ولكنه كان بيطمئن على صحتها من امها وكانت السيدة عائشة مش فهمة ايه سبب تجنب النبي لها ولما بدأت السيدة عائشة تتعافى خرجت في مرة من المرات لقضاء حاجتها مع واحدة من اقاربها اسمها ام مصطح ويا في الطريق تعثرت ام مصطح فقالت تعيسى مصطح وطبعا هي تقصد ابنها ولكن السيدة عائشة غضبت من الكلام ده وقالت لام مصطح بئس ما قلتي اتسبين رجلا شهد بدر لان الصحابة اللي شهدوا بدر ليهم فضل كبير فردت عليها ام مصطح وقالت لها ان ابنها بيتكلم في عرض عائشة وحكت لها كل حاجة وعن كلام اهل المدينة في عرضها وطبعا السيدة عائشة انصدمت من الكلام ورجعت على بيتها بسرعة واستزلت من النبي انها تذهب عند بيت ابيها علشان تتأكد من صحة الكلام اللي سمعته من ام مصطح وبالفعل ذهبت عند اهلها وتأكدت من امها ان الكلام اللي قالته لها ام مصطح صحيح وباتت السيدة عائشة تجهش بالبكاء وفي الوقت ده النبي صلى الله عليه وسلم كان انقطع عنه الوحي واصبح في حزن شديد وحيرة من امره فدع بعض الصحابة علشان يستشرهم في الامر فاستدع النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب واسامة ابن زيد وسألهم فرد علي اسامة انه والله لا يعرف الا كل الخير عن السيدة عائشة الا كل الخير وانها بريئة من كل المنسوب لها اما علي ابن ابي طالب فكان حزين بحزن النبي صلى الله عليه وسلم وعلشان يحون عليه قال له يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وان تسأل الجارية تصدقك وبالفعل النبي استدعى جارية السيدة عائشة وكان اسمها بريرة وسألها عن حل زكت عائشة فردت علي الجارية وقالت له انها والله لا تعرف عنها الا كل الخير ولكن بسبب ان سنها صغير كانت لما بتيجي تصنع العجين كانت بتغفل وتنام فكان بيجي الغنم يأكل العجين فام النبي بعدها وصعد على المنبر يخطب في المسلمين وقال لهم يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل بيتي فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وما كان يدخل على اهلي الا معي فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشهد بالطهر والعفاف لأهل بيته ويثني على اخلاق الصحابي صفوان ابن المعطل السلمي فثار المسلمون وغضبوا ولم يعجبهم الامر وام اسيد بن حضير يقول للنبي يا رسول الله ان يكونوا من الاوس نكفكهم وان يكونوا من اخواننا من الخزرج فمرنا امرك فوالله انهم لا اهل ان تضرب اعناقهم ولكن بكلام اسيد بن حضير دب الشجار بين الاوس والخزرج ولكن هيد الوضع بينهم وبعدها ذهب النبي عند بيت ابي بكر علشان يتكلم مع زكت السيد عائشة فدخل النبي وجلس وقال يا عائشة فانه قد بلغني عنك كذا وكذا فان كنت بريئة فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوبي اليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه وسمعت السيدة عائشة الكلامة من النبي وكان زي الصعق واجهشت بالبكاء وبدأت تقول لابيها يتكلم مع النبي ويرد عليه ولكن ابا بكر سكت فطلبت من امها تتكلم مع النبي وترد عليه ولكن امها كمان سكتت والحزن والاسى خيم على البيت كله فامت السيدة عائشة ألت لهم والله ما اجد لكم مثلا الا قول ابي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وامت السيدة عائشة نامت على جنبها وفضل التبكي بكاء مرير في الوقت ده سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد دقائق اتفجوا بالنبي وهو يضحك ويقول يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك فآلتم السيدة عائشة لها إنها تقوم وتحمد رسول الله ولكن السيدة عائشة كانت حزينة جدا من النبي فآلت لأمها لا أحمد إلا الله عز وجل ونزل قول الله عز وجل في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رخيم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش علشان يتجلدوا لتنفيذ حد القتب لأنهم أشاعوا تهمة السيدة عائشة دون بينا ونزل قول الله عز وجل في سورة النور إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أما صديقي عن أمر سبايا الغزوة فزي ما ذكرنا إن من ضمن السبايا كانت جويرية بنت الحارث بنت سيد بن المصطلق وكانت من نصيب ثابت بن قيس ولكنها رحت له وطلبت منه يكاتبها ومعنى المكاتبة إنها تفدي نفسها ولم يعاشرها مالكها وفئ ثابت وطلب منها تدفع لي ميد أقية من ذهب مقابل حريتها ولكن هي ما كانش معاها المبلغ ده كله فذهبت للنبي علشان تعرب علي الأمر لأنها عرفة نقائد المسلمين ولما دخلت على النبي ألقت عليه تحية الإسلام وقالت له إنها عوزة تفدي نفسها من ثابت بن قيس ولكن ثابت طلب في فدائها مالكثير فرد عليها النبي وسألها لو تحب تتزوج النبي وهو يدفع لها الفدية كمهر وكانت السيدة جوارية أسلمت وبالفعل تزوجها النبي وأعطى فديتها لثابت بن قيس وفي وقتها أعتق الصحابة كل أقارب السيدة جوارية لأنها أصبحت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأهلها هم أصهار النبي فأطلق الصحابة صراحهم ودخل كل أهلها في الإسلام فكانت السيدة جوارية سبب في عطق ميد بيت من أهل قبلتها ولما جاء أبوها علشان يعطقها أخذ معا ميد ناقة ولكن ما كانش يعرف بخبر بنته ولا زواجها من النبي فلما دخل على النبي وعرف خبر بنته إنها أسلمت وتزواجت النبي وعرف خبر إسلام قومه أسلم هو كمان وكان الغرض من زواج النبي من السيدة جوارية رضي الله عنها هو التأليف بين قلوب قبيلتها ودخلهم للإسلام في السنة السادسة بعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم شف رؤية وطبعا إحنا متفقين إن رؤية الأنبياء وحية وكان مضمن الرؤية هو إنه صلى الله عليه وسلم رأى إنه دخل مكة هو وأصحابه وطافوا بالبيت الحرام ففرح الصحابة رضوان الله عليهم لما حكى لهم النبي عن الرؤية وأمرهم إنهم يتجهزوا علشان هيروحوا مكة يعتمروا وامتثل الصحابة لكلام النبي وأعدوا العدة للخروج وبيذكر إن عدد المسلمين كانوا 700 وقال البعض إن عدد المسلمين كانوا 400 وبعدها ارتدى المسلمون لبس الأحرام وأخدوا معاهم سلاح الراكب وليس سلاح المحارب لأن الغرض من ذهبهم هو زيارة الكعبة وليس الحرب وكم من عدات العرب إنهم لما بيخرجوا لأي غرض كان بيبقى معاهم سلاح اسمه سلاح الراكب للحماية فقط وليس للحرب وأخدوا معاهم سبعين من الهدية وخرج الصحابة مع النبي ولكن وصلت أخبار لقريش بخروج النبي والمسلمين فظنه أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خارج لقتلهم فخرج خالد بن الوليد على رأس عدد من جيش قريش فلما عرف النبي بأمر قريش قال يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة فقرر النبي إنه يغير طريقه إلا هيمشي فيه لمكة وسلك طريق آخر وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ده راجل من قبيلة أسلم وكان الطريق ده وعر جدا وصعب ولما خرجوا من المكان الصعب الوعر ده للمكان السهل قال النبي لأصحابه قولوا نستغفر الله ونتوب إليه وامتثل الصحابة لأمر النبي فعلهم النبي والله إنها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها ولما وصل النبي عند منطقة ذي الحليفة أحرم هو وأصحابه وده المكان اللي بيحرب منه أهل المدينة ولما فرقة الجيش اللي كانت بقيادة خالد بن الوليد عرفت إن النبي غير طريق المكة وأرب على الوصول عند منطقة الحديبة أسرعه علشان يخبر قريش بأمر النبي وكمل النبي طريقه لحد لما وصلوا عند مكان اسمه ثنية المرار وهنا بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتحرك فقال الصحابة خلقت ومعنى خلقت يعني ناقة بركت ولن تقوم من مكانها ولكن رض عليهم النبي قال لهم ما خلقت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة والمصود هنا في الأبرهة وبعدها وصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عند منطقة تسمى الحديبية وعسكر عندها ولكن جاء الصحابة وقالوا للنبي إن الماء اللي كان معاهم خلص وإنهم عطشانين جدا وإن في بئر قريب منهم ولكنه جف وخاوي من الماء فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته وأعطاه لرجل من الصحابة وأمروا إنه يروح عند البئر ويضرب بالسهمة وبالفعل الصحابي سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفجأة البئر انفجر وخرج منه ميا كتير جدا الصحابة بتذكر إن لو كان عددهم ميت ألف كانت هتكفيهم وتزيد وبيذكر البخاري إن لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل الحديبية وجاءت وقت الصلاة كمع النبي قرب فيها ماء ولكنه كان يكفي فقط لوضوء النبي فجاء الصحابة للنبي وألوله إن مش معهم ماء يتوض منه فأخذ النبي الماء اللي كمعه ووضع فيه يديه وبدأ الماء يفور من بين أصابع النبي الشريفة فتوضأ المسلمين وشربوا حتى ارتوه وبعد استقرار النبي في منطقة الحديبية بدأت قريشي تبعت للنبي وفود علشان تعرف نهيته من الدخول لمكة فأرسلت قريش وفد من قبيلة خزاعة بقيادة بوديل بن ورقاء يستفسر من النبي عن سبب مجيئه فرد عليهم النبي وقال لهم إنه لم يأتي لحرب وإنه جاء معتمر قاصد بيت الله الحرام وكانت قبيلة خزاعة بمشركيها ومسلميها على ود مع النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل رجع بوديل بن ورقاء لقريش علشان يخبرهم بأمر النبي ولكن قريش ما سدأتش وقاله وإن كان جاء ولا يريد قتاله فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تحدث بذلك عن العرب وبعدها قريش أرسلت للنبي واحد اسمه ميكرز بن حفصن بن الأخيف فرد علي النبي بنفس الكلام اللي رد به على وفد قبيلة خزاعة ولما رجع ميكرز لقريش قال لهم على أمر النبي فأرسلت قريش زعيم الأحابيش اسمه الحليس ابن علقمة ولما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن هذا من قوم يتألهون فبعثوا بالهدي في وجهه حتى يرى يعني هم قوم متدينين وبيحترموا قواعد البيت الحرام وأعرافه ويعظمون البدن فلما الرجل ده شاف الهدي رجع بسرعة على قريش وقال لهم إنهم يتركوا النبي يدخل مكة وإنهم مش قصدين حرب وفضلت قريش تبعت رسل علشان تتفاوض مع النبي إنه ما يدخلش مكة شوف يا صديقي من ضمن الأشخاص اللي بعثتهم قريش علشان تتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم كان شخص اسمه عروى ابن مسعود الثقافي ولما دخل عروى على النبي قال له يا محمد أجمعت أو شاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا وطبعا عروى هنا بيستهزئ بصحابة النبي وبيقول للنبي إنهم وقت الحرب مش هينصروا وهيفروا من أمام قريش ولكن غضب أبو بكر من كلامه وبدأ يتكلم مع عروى بطريقة قوية وقال له أنحن ننكشف عنه وبدأ أبو بكر يفكر عروى بالهزائم اللي فعلها المسلمين في قريش وكان عروى لما بيجي يكلم النبي كان بيمسك لحيته ولكن الأمر دا لم يعجب الصحابة فأم واحد من الصحابة وهو المغيرة ابن شعبة وضرب إيد عروى وبعدها عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم وقال المغيرة العروى اكف في يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليك وطبعا المغيرة يقصد إنه لو عروى قرب إيده تاني من لحية النبي فها يقطعها له والمغيرة ابن شعبة دا يبقى ابن أخ عروى فرجع عروى مبهور من اللي شافه من الصحابة وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويدئي بيوقروا وبيحترموا قارن بالعلاقة النبي والصحابة وعلاقة أصحاب الملوك بملكهم في تعظمهم لهم كقيسر وكسرى والنجاشي مبين ليهم الفرق بينهم ولما وصل عند قريش قال لهم يا معشر قريش إني قد جيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فروا رأيكم شوف يا صديقي في عدد من شباب قريش يروى أنهم كانوا حوالي أربعين أو خمسين رجل خرجوا من قريش قاصدين معسكر المسلمين علشان يحاولوا يقتلوا أي حد من صحابة النبي ويثيروا الفرقة بين المسلمين ولكن تمكن المسلمين من أسرهم وأخذوهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن النبي عاف عنهم وبعدها قرر النبي أنه يبعث رسول من المسلمين لقريش علشان يظهر ليهم حسن نية المسلمين وأنهم جاءوا معتمرين وليسوا محاربين فاختر النبي في البداية عمر بن الخطة ولكنه قال للنبي إن قريش عرف مدى عداء وكره عمر ليهم وإنما فيش أي حد من أريبه في مكة فأشار على النبي بعثمان بن عرفان لأن عثمان لأهل في مكة ممكن يمنع عنه الأذى وبالفعل استدعى النبي عثمان وطلب منه يروح لقريش يخبرهم بنية النبي حول قدومه لمكة وفي طريق عثمان لقريش شف واحد من القريش اسمه أبان بن سعيد بن العص وأجار عثمان ودخل معاه لحد لما وصل عند أبي سفيان وزعماء قريش وقال لهم إن مع رسالة من النبي ويأن النبي جاء لزيارة بيت الله الحرام ولم يأتي لحرب وتهى عرض زعماء قريش على عثمان إنه لو حبيب يطف بالبيت ولكن رد عثمان وقال لهم وكنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتجزت قريش عثمان بن عفان فترة عندهم وشع خبر بين المسلمين إن عثمان اتأتل فأمي النبي وقال للمسلمين لا نبرح حتى نناجز القوم واستعد النبي علشان ياخد البيعة من المسلمين على قتال قريش كانت البيعة دي تحت شجرة وتسمت فيما بعد ببيعة الردوان اللي نزل فيها قول الله عز وجل بعد كده في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وأخذ النبي البايع عن عثمان ولكن فجأة عثمان على النبي والصحابة فانتهت فكرة القتال وبعدها جاء واحد من قريش اسمه سهيل بن عمر علشان يتفاوض مع النبي في صلح ولما النبي شفه من بعيد قال قد أراد القوم الصلحة حين بعثوا هذا الرجل ولكن كان معاه شروط من قريش والشروط هي أن النبي يرجع هو والمسلمين في السنة دي ولا يدخلوا لزيارة بيت الله الحرارة ولكن يأتوا في العام القادم فوافق النبي والشرط الثاني أنه يحصل هدن بين المسلمين وقريش لمدة عشر سنين والشرط الثالث أن أي واحد من قريش يأتر النبي مسلم فالنبي يرد لقريش مرة تانية ولا يقبل به ولكن لو أي حد مسلم ارتد عن الإسلام وعاوز يرجع لقريش مرة تانية فالنبي يسمح له ولا يمنعه والشرط الرابع هو أن لو في أي قبيلة من القبائل عوزت تدخل في حلف مع المسلمين تتدخل وإن أرادت أي قبيلة تدخل في حلف مع قريش تدخل فأسرعت قبيلة خزاعة ودخلت في حلف مع النبي وأسرعت قبيلة بني بكر ودخلت في حلف مع قريش فوافق النبي على شرطهم ولكن غضب عمر بن الخطاب وذهب إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر أليس برسول الله فرد أبو بكر وقال له بلى فقال عمر أولسنا بالمسلمين فرد أبو بكر وقال له بلى فقال عمر أوليسوا بالمسركين فرد أبو بكر بلى فقال عمر فعلى ما نعطى الدنية في ديننا قال أبو بكر يا عمر إلزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله ومن شدة غضب عمر ذهب للنبي وكرر لي نفس الكلام إلا قال لأبي بكر ولكن رد على النبي وقال له أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني فقال عمر للنبي أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به قال النبي بلى فأخبرتك أن نأتيه العام قال عمر لا قال النبي فإنك آتي ومطوف به وندم عمر على الكلام اللي قاله للنبي وسهيل بن عمر طلب من النبي يكتب كتاب بالشروط اللي اتفقوا عليها علشان يكون الموضوع أكتر ثقة فوافئ النبي وندى على علي بن أبي طالب علشان يكتب الكتاب فالنبي قال لعلي يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الكتاب ولكن اعترض سهيل وقال للنبي إنه ما بيؤمنش بالرحمن الرحيم وطلب منه يكتب باسمك اللهم وبالفعل وافئ النبي وأمر علي فكتب وبعدها النبي قال لعلي يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ولكن رد سهيل وقال للنبي لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فوافئ النبي وأمر عليه يكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله سهيل ابن عمر واتكتب في الكتاب كل الشروط اللي اتفق سهيل عليها مع النبي ولكن بعدما النبي كتب الشروط وصالح سهيل عليها وأعطاه العهد جاء واحد من قريش اسمه أبو جندل وكان ابن سهيل ابن عمر وجاي علشان يعلن اسلامه ويذهب مع النبي للمدينة ولكن سهيل ضرب ابنه وقال للنبي إن بينهم اتفاء فقر النبي على الشروط ولم يستقبل أبو جندل ورد ولكن فضل أبو جندل يصرخ بأعلى صوت ويقول يا معشر المسلمين وردوا إلى المشركين يفتنونني في ديني فرد علي النبي وقال له يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحة وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغذر بهم وشهد عدد من المسلمين وعدد من قريش على الصلح وبعدها قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة إنهم يتحللوا من الإحرام وإنهم يحلقوا وينحروا البدن ولكن الصحابة أصبهم الهم بعد منعوهم من دخول مكة فلم يقوم فكرر النبي مرة تانية فلم يقوم فكرر النبي مرة تلتة فلم يقوم فحزن النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة فحكى لها اللي حصل من الصحابة فأشرت السيدة أم سلمة على النبي إنه يقوم هو الأول ويحلق رأسه ثم ينحر ولا يكلم الصحابة وإنهم بعدها هيفعلوا مثل ما فعل وبالفعل قام النبي واستضع واحد من الصحابة اسم خراش بن أمية ابن الفضل وحلق للنبي وبعدها آم النبي فنحر فتسارع الصحابة أنهم يفعلوا مثل ما فعل النبي فحلقوا ونحروا ولكن بعدها جاء وفد من النساء على النبي هاربين من قريش يعلنوا إسلامهم فنزل قول الله عز وجل في سورة الممتحنة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنْ الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن ما أنفقوا ولا جناخ عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فلم يردهم النبي مرة أخرى لقريش ولكن بعدها جاء واحد من قريش أعلن إسلامه وكان هارب من قريش واسمه أبو بصير وجاء للنبي علشان يحتمي به ولكن بعثت قريش رجلين وراه علشان يردوه وجم للنبي يكلموه في أمر أبو بصير فردوا النبي معهم ولكن وهم في الطريق أم أبو بصير بقتل واحد منهم وهرب التاني على مكة ورح أبو بصير لمنطقة اسمها سيف البحر وعاش فيها وبدأ يخرج للمسلمين اللي أسلموا من قريش وكانوا جماعة وبدأوا يغيروا على عير قريش فجاءت قريش تستنجد بالنبي أنه يلحقهم من المسلمين اللي في منطقة سيف البحر وأنهم عوزين ينقضوا الشرط اللي بينص على رد النبي للمسلمين اللي بيخرجوا من قريش ونزل بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح لكي تقر عينيه اللي بيوعد فيها الله النبي بفتح مكة وانتصاره على قريش فقال الله عز وجل في سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وبعد رجوع النبي للمدينة واستقرار الأمور وكان النبي مرة أخرى زيد بن حريثة قائدا على سرية لاعتراض عير أبي العاص بن الربيع وزي ما تفانى قبل كده أن أبو العاص كان زوج زينب بنت النبي فلما تمكن زيد من السيطرة على العير وأخذ الغنائم اللي كانت مع أبي العاص أسرع أبو العاص على زينب بنت النبي في المدينة يستنجد بيها فأجارته زينب وبعدها أجار النبي وطلب من المسلمين أنهم يردوا على أمواله واستجاب المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم وخرج أبو العاص بأمواله لمكة وبعدها أسلم أبو العاص وخرج للمدينة يطلب من النبي يرد عليه زوج زينب فوفق النبي وردها عليه وفي نفس السنة صديقي بيذكر ابن كثير أنه اتفرض على المسلمين فريضة الحج ونزل قول الله عز وجل في سورة البقرة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وبعد استقرار الأوضاع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أصحابه لملوك الأرض أمثال كسرة ملك الفرس وهرقل ملك الروم والنجاشي ملك الحبشة والمقوقس حاكم مصر وعدد من الملوك في شتى بقاع الأرض أما صديقي عن المقوقس حاكم مصر فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لي صحابي اسم حاطب بن أبي بلتعى وكان نص الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم واسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم القبط يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فرد المقوقس على رسالة النبي وقال له إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبئ والإخبار بالنجوة وسأنظر ولم يسيء المقوقس الرض ولم يعارض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل مع حاطب ابن أبي بلتع هدايا للنبي منها جاريتين وبغلة وكانت الجاريتين هما سيرين ومارية القبطية أما صديقي عن هرقل حاكم الروم فبيذكر الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري إن هرقل قبل لما يوصل لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم شف حلم وحكى لبطارقته وقال لهم رأيت في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهر ومعنى كلامه صديقي إن في أم من الأمم تختتن وهيكون ملكها ظاهر وقوي فلما سأل هرقل عن الأمم اللي بتختتن قالوا لي إن اليهود والعرب يختتنوا واتمر الأيام ويعرف هرقل من حاشيته بخبر قدوم رسول ومع رسالة عاوز يوصلها لهرقل والرسالة دي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أرسل رسالة مع دحية بن خليفة الكلبي وكان مضمون الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل أعظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون ولما قرأ هرقل الرسالة وضعها بين فغذية وسأل حشيته هل في واحد من العرب قدم في التجارة على بلاد الشام وعرف أن في وفد من بلاد العرب جاء على بلاد الشام بتجارة فأمر هرقل باستدعاء هؤلاء التجار العرب وكما ضمن التجار دول أبو سفيان فاستدع هرقل ترجمان وبدأ يتكلم فسألهم هرقل وقال لهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فرد أبو سفيان وقال أنا أقربهم نسبة فطلب هرقل من أبو سفيان أنه يقترب منه وطلب من أصحاب أبو سفيان أنهم يشهدوا على كلامه يعني لو صادق يشهدوا بالصدق ولو كاذب يشهدوا بأنه كاذب فخف أبو سفيان أنه يكذب فتعيروا العرب على كذبه وبعدها سأل هرقل أبو سفيان عدد من الأسئلة فقال هرقل كيف نسبه فيكم فرد أبو سفيان هو فينا ذو نسب فقال هرقل هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله فرد أبو سفيان لا فقال هرقل فهل كان من أبائه من ملك فرد أبو سفيان لا فقال هرقل فأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فرد أبو سفيان بل ضعفاؤهم فسأل هرقل أيزيدون أم ينقصون فقال أبو سفيان بل يزيدون فقال هرقل هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه فرد أبو سفيان لا فقال هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فرد أبو سفيان لا فسأل هرقل فهل يغضر ورد أبو سفيان لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها فقال هرقل فهل قتلتموه فرد أبو سفيان نعم فسأل هرقل فكيف كان قتالكم إياه فرد أبو سفيان أرحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه فقال هرقل ماذا يأمركم ورد أبو سفيان يقول أعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا واترك ما يقول آباءكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدى ولكن المدهش صديقي هو ختم الحوار والكلمة الأخيرة إلا ألها هرقل لأبو سفيان فألهرقل الأب سفيان في نهاية الحوار فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه نتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عند قدميه أما صديقي عن النجاشي فالنبي أرسل لي عمر بن أمية الضمري في طلب المسلمين إلا هجروا للحبشة ولم يرجعوا مرة أخرى للمدينة وكان مع رسالة يدعوه فيها للإسلام ومضمون الرسالة هو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة سلم أنت فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالات على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفر ونفرا معه من المسلمين فإن جاءك فأقرهم ودع التجبر فإني أدعوك وجنودك إلى الله فقد بلغت ونصحت فاقبلوا النصحي والسلام على من اتبع الهدى فأسلم النجاشي وبعت هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم وبعت المسلمين إلا هاجروا للحبشة أما يا صديقي عن كسرة فأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة مع عبد الله بن حذافة السهمي ومضمونها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرة عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وادعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك ولكن المفجأة كانت في رد فعل كسرة اللي مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقتها أمر كسرة حاكم اليمن إنه يبعث اتنين من الفرسان علشان يروح المدينة يقتل النبي فلما عرف النبي بتمزيق الرسالة قال مزق الله ملكه وأهلك قومه ووقتها جاء على النبي الفرسين دول ومعاهم كتاب من حاكم اليمن مطلوب فيه إنهم يخذوا النبي أو يقتلوا فالنبي طلب منهم إنهم ينتظروا لتاني يوم وبالفعل كانت تحققت دعوة النبي فالله عز وجل أوحى للنبي إن ملك كسرة زال بالفعل وإن ابنه إنقالب عليه وهو اللي أتله فأخبر النبي الفارسين بالخبر وقال لهم يذهبوا لحاكمهم ببلاد اليمن ويحول الله حصر في كسرة وقال لهم النبي أبلغ صاحبكم باذان أن ربي قتل ربه الليلة وبالفعل لما ريع رجلين لملك اليمن وعرفوا الخبر وتأكد من صحة كلام النبي دخل الإسلام بعد استقرار علاقات بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش قرر النبي والمسلمين إنهم يغزوا أهم وآخر معقل من معاقل اليهود في شبه الجزيرة العربية وهي خيبر في البداية خيبر كانت على عهد مع النبي ولكن نقضوا العهد ده عن طريق تحالفهم مع بني غطفان ضد المسلمين ومن بعدها بدأوا يدبروا المكائد للمسلمين وكانت خيبر عبارة عن مكان لاجتماع كل الطوائف المعادية للنبي والمسلمين لأن اليهود اللي كانوا بيفروا من المدينة خشية من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا بيروحوا لخيبر فكانت خيبر مصدر للقلاقل اللي بتهدد النبي والمسلمين في المدينة ففي بداية العام السابع من الهجرة جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين قاصدين خيبر ولما عرف الأعراب بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر جمل النبي يطلب منه أنهم يخرجوا مع المسلمين ولكن الأعراب ما كانواش أهل قتال ولكن كانوا عايزين يخرجوا علشان يجمعوا الغنائم لأن خيبر مليئ بالخيرات فرفض النبي وطلبهم في الخروج وده الذكر في قول الله عز وجل في سورة الفتح سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا وخرج مع النبي المسلمين اللي كانوا معاه يوم الحديبية وكانت خيبر تبعد عن المدينة حوالي 69 ميلا من ناحية الشمال ويعبر عن وحة كبيرة وحصينة مليئة بالزروع والثمار وكان عدد حصونها حوالي 8 حصون ولما عرف يهود خيبر بخروج النبي والمسلمين لقتلهم استنجدوا بحلفائهم في غطفان فوافقوا بشرت أني كليهم نصف ثمار الأرض فوافق يهود خيبر على شرطهم وخرجت بانو غطفان بجيوشها تناصر يهود خيبر ولكن خاف بانو غطفان لأنهم ظنوا أن النبي أغار على أهلهم وذريتهم فتراجعوا وتركوا اليهود بمفردهم أمام المسلمين الممي صديقي والنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق لخيبر أم واحد من الصحابة ينشد الشعر فكان بيقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا فأنزلنا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا وكان الصحابي ده هو عامر بن الأكوى فلما انتهى من الشعر قال له النبي يرحمك ربك فالنبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول الكلمة دي لشخص إلا وينال الشهادة في المعركة ولما عرى بالنبي على منطقة خيبر قال اللهم رب السماوات السبع وما أظللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا فإن نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها وبعدها كمل وقال للصحابة أقدموا بسم الله الرحمن الرحيم ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين لخيبر كان في الليل ولكن النبي كان عند مبادئ للحرب فكان لا يهاجم العدو ليلا وقام بحصار المنطقة وقال للنبي بعدها لأعطينا الرأية غدا للرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فكان كل الصحابة يتمنوا أن الراية تكن ليهم وثاني يوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب فالصحابة ألولوا إنه في مرض في عينه فاستدعى النبي ودعا له ونفث النبي في عينيه فبرؤت عينيه وعطاه الراية ولكن أمره أن يعرض عليهم الإسلام أولا ولو أسلموا هيصبح الإسلام حصان ليهم من تعرضهم لقتال المسلمين ولو رفضوا الإسلام فلا يوجد حل غير القتال فخرج عليه بن أبي طالب بفرقة من جيش المسلمين إلى حصن ناعم وكان من حصون خيبر القوية في البداية دعا اليهود للإسلام زي ما النبي أمره ولكنهم رفضوا وخرجوا لقتال المسلمين وكان على رأسهم ملكهم وكان اسمه مرحب وخرج مرحب في هيبة يتحدى المسلمين وبدأ يقول الشعر علشان يثير حماسة جنوده ويستعرض قوته فألم مرحب قد علمت خيبر أني مرحب شاك سلاحي بطل مجرب إذن ليوث أقبل التلهب وأحجمت عن صولة المغلب وطلب مرحب المبارزة من المسلمين فخرج لي عامر بن الأكوى وقال له قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر وبدأت المبارزة بين مرحب وعامر واستشهد عامر كما تنبأ للنبي وتلمأ للشعر وبعدها كرر مرحب شعره مرة تانية وطالب واحد تاني من المسلمين يبرزوا فرد علي علي وقال له أنا الذي سمتني أم حيدرة كليث غابات شديد القسورة أكلكم بالصاع كيل السندرة وبدأ القتال بين مرحب وعلي ولكن كانت الغلبة لعلي بن أبي طالب فقتل مرحب وبعدها بدأ القتال بين المسلمين واليهود حول الحصن وعجز اليهود أنهم يصدوا هجمات المسلمين على الحصن فتركوا حصن ناعم وتسللوا لحصن آخر اسم حصن الصعب وكان أول حصن يقع في يد المسلمين وكان هو خط الدفاع الأول بالنسبة لليهود بسبب موقعه الاستراتيجي وقتها تمكن المسلمين من السيطرة الكاملة عليه وبعدها يا صديقي خرج أخو مرحب وكان اسم ياسر فطلب المبارزة من أحد فخرج له الزبير بن العوام ولكن خرجت صفية للنبي صلى الله عليه وسلم وآلت له يقتل ابني يا رسول الله فقال النبي بل ابنك يقتله إن شاء الله وبالفعل يا صديقي قتل الزبير ياسر أخو مرحب أما صديقي عن حصن صعب فيعتبر هو الحصن الثاني بعد حصن ناعم من حيث القوة والمناعة فمن مسلمين بحصاره ولكن من شدة القوع أم المسلمين بذبح الحمر وكانوا عايزين يكلوها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أكلها ورفع النبي يديه لله عز وجل قائلا اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليس بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها عندهم وأكثرها طعاما وودكا فاستجاب الله عز وجل لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقذف الله في قلوب اليهود الرعب فقام المسلمون بالهجوم على حصن صعب وتمكن المسلمون من السيطرة على الحصن أما صديقي عن اليهود فأموا جمع نفسهم من كل الحصون وذهبوا للاحتماء في حصن اسمه قلعة الزبير وكان الحصن منيع جدا لا يستطيع اقتحام الرجال ولا الخيول فأم المسلمين بحصر الحصن دا لمدة ثلاثة أيام ولكن جواحب من اليهود بيقول للنبي يا أبا القاسم تؤمنني على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطات وتخرج إلى أهل الشق فإن أهل الشق قد هلكوا رعبا منك فالنبي استحسن كلامه وأعطى للأمان هو وأهله فأل اليهودي إنك لو أقمت شهرا تحاصرهم ما بالوا بك إن لهم تحت الأرض دبولا يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فالراجل دا بيدل النبي صلى الله عليه وسلم على حيلة أهل الحصن وإن لهم عيون فيها مية تحت الأرض فأمر النبي المسلمين إنهم يوصلوا لأماكن المية ويقطعوها عن اليهود وبالفعل خرج اليهود وقاتلوا المسلمين قتالا شديدا واتصب من اليهود حوالي عشرة واتأتى العدد من المسلمين وتمكن النبي والمسلمين من فتح الحصن وبعدها يا صديقي بدأ يقع في أيدي المسلمين كل الحصون اليهودية فكان اليهود بيهربوا للحصون الأخرى ويتركوا نساءهم وأطفالهم ولكن تمكن المسلمون من دخول الحصن بالقوة إلا حصن الكتيبة والوطيح والسلالم فالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون قاموا بحصرهم لمدة 14 يوم ولم يتمكن أهل الحصون الثلاثة من القدر على الصمود أمام المسلمين وبعد مرور 14 يوم أبر النبي أصحابه أنهم يقيموا المنجنيق لضرب الحصن ولكن في النهاية خف اليهود فطلبوا من النبي الصلح وأنهم هيتركوا كل الأموال بتاعتهم للمسلمين ولكن يخرجوا بنساءهم وأولدهم فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وبالفعل خرج أهل الحصن دي ومش معاهم أي حاجة غير ملابسهم ولكن صديقي واحد من اليهود اسمه ابن أبي الحقيق وكما عدد من أهله نقضوا العهد مع النبي وأخفوا أموالهم عن المسلمين علشان يخرجوا بها من خيبر ولكن وصل الخبر للنبي فأمر النبي الصحابة إنهم يقاتلوهم لأنهم نقضوا العهد وغنى بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من خيبر غنائم كثيرة سواء كانت أموال أو سبايا أو أسلحة وكما ضمن السبايا جارية تسمى صفية بنت حويي ابن أخطب فوقعت في أسر المسلمين فخيرها النبي بين أنها تدخل الإسلام ويتزوجها ويعطقها أو أنها تفضل على اليهودية ويعطقها النبي وتلحق بأهلها فوفقت على الإسلام وقالت للنبي إنها كانت راغبة في الإسلام من قبل لما النبي يعرض عليها فأسلمت وأعتقها النبي وتزوجها وكان مهرها هو عدقها وكانت قبل زواجها من النبي متزوجة من ابن عمها وحكت للنبي إنها شافت رؤية قبل غزوة خيبر هي إن قمر أقبل من يسرب فوقع في حجرها وكان هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم من زواجها هو إعزازها وإكرمها ورفع مكانتها إلى جانب تعوضها خيرا ممن فقدت من أهلها وقومها وإضاف إلى ذلك إيجاد رابطة المصاهرة بين وبين اليهود لعله يخفف عدائهم ويمهد لقبولهم دعوة الحق التي جاء بها وبعدها وزع النبي الغنائم على المسلمين ولكن الحصون اللي دخلها المسلمين بصلح لم يقسمها على المسلمين فالنبي استخدم أموالها علشان ينفق منها على مصالح المسلمين والنبي بيوزع الغنائم وصلت السفن اللي كان أرسلها النجاشي بالمسلمين من الحبشة ففرح النبي وأول واحد سأل عليه هو جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي ولما التقى بجعفر فرح جدا وفرح بقدوم المسلمين من الحبشة أما صديقي عن الأراضي اللي كانت في خيبر فأشار واحد من الصحابة على النبي إنه يترك اليهود يقوم على زراعتها والقيام بأمورها لأنهم أعلم بها من المسلمين وإني يكون أجروه من نصف فوافق النبي ولكن بشرط إنهم يخرجوا منها في الوقت اللي هو هيحدده بعدها يا صديقي أرسل أهل فتك للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الصلح من غير قتال فوافق النبي ولكن أمرهم بالرحيل من المنطقة ويتركوا أموالهم مثل ما فغل النبي مع الحصون اللي كانت في خيبر وطلبت الصلح فوافق أهل فتك وكانت أرض فتك بينفق منها النبي صلى الله عليه وسلم على المحتاجين من بني هاشم واللي يتبقى كان بيبقى في حكة المسلمين وبعدها ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي اسم وادي القرى وتمكن المسلمين من السيطرة عليه وفي الوقت ده بدأت المناطق المحيطة بخيبر ترسل النبي صلى الله عليه وسلم بالمصالحة على إنهم يدفعوا الجزية فوافق النبي صلى الله عليه وسلم شوف يا صديقي بعد غزوة خيبر جت واحدة من نساء اليهود وأرسلت بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت الهدية دي شا مطخية وكانت أبلها عرفت إن أكتر جزء بيحب النبي في الشا هو الذراع فقامت بطهي شا ووضعت فيها السم بأكملها ولكن وضعت سم أكتر في الجزء اللي بيحب النبي وبعتتها كهدية للنبي فقام النبي بتناول الذراع وأول ما وضع النبي جزء منه فمه وجد فيها طعما غريبا فلفظها فأوحى الله عز وجل للنبي بإن الشا دي مسمومة فاستدعى النبي هذه المرأة واعترفت إنها هي اللي وضعت السم في الشا علشان تأكتر النبي وقالت له أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك الله عليه وإن كنت كاذبا أريح الناس منك فعفى عنها النبي ولكن بشر بن البراء ابن معرور كان مع النبي وهو بيأكل الشاه ومات بسبب السم اللي كان فيها فقام النبي باستدعاء المرأة اليهودية واقتص منها بسبب قتلها للصحابي بشر بن البراء بالسم وبعد استقرار الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم قام بإرسال الصرايا للمناطق المحيطة بالمدينة لكي يضمن النبي ولأهم واتباعهم للمسلمين ولكي يأمن مكرهم فكما ضمن السرايا سرية أبي بكر الصديق وسرية عمر بن الخطاب وسرية عبد الله بن رواحة وسرية عبد الله بن حذافة السهمي وكل السرايا دي حققت الغرض اللي ريح على شانه ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم بالغناء شوف يا صديقي في نفس السنة اللي هي السابعة من الهجرة وبعد سنة من صلح الحديبية خرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحاب قاصدين مكة تنفيذا لما عقده النبي من شروط يوم الحديبية وخرج النبي مع عدد من المسلمين فعمرة تسمى بعمرة القضاء وسبب تسميتها بهذا الاسم إما قضاء للصلحة اللي حصل بينهم وبين قريش أو قضاء للعمرة التي لم يفعلوها في العام الماضي يوم الحديبية فكان الشوق يملأ المسلمون لبيت الله الحرام وكان مع النبي والمسلمين السلاح لأنهم خافوا من غدر قريش ولكن تركوا سلاحهم قبل دخولهم مكة وأخذوا معاهم سلاحا راكب فقط وترك النبي حراسة على الأسلحة وفاءا للعهد مع قريش ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة خرج أهل مكة علشان يشوفوا النبي والمسلمين وهم دخلين على مكة وته قالوا إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حما يثرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إنهم يكشفوا عن منكبهم وبدأوا بالتلبية قاصدين بيت الله الحرام وأمرهم النبي إنهم يهرويلوا في الأشواط الثلاثة الأولى ليعلم قريش وأهل مكة إن المسلمين أقوياء وده استعرض للقوة أمام العدو فطف النبي بأصحابه سبع أشواط حول الكعبة وسعى النبي بأصحابه بين الصفة والمروة شوف يا صديقي النبي والصحابة كان معاهم ستين بدنة هديا لله عز وجل فنحرها النبي وأصحابه عند المروة وبعدها أمر النبي الصحابة بالحلق أو التقصير وأرسل وفد من الصحابة إلا أتموا العمر إلى المسلمين اللي كانوا عند السلاح علشان ييجوا يعتمروا وبكده يكون النبي والمسلمين جميعا أتموا مناسك العمر وفضل النبي والمسلمين في مكة ثلاث أيام بلا يليها ودخل النبي المكة وإقامة شعائر العمر ذاكا تنفيذ لوعد الله عز وجل والمسلمين في قوله تعالى في سورة الفتح لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين أعوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا وبعد قضاء النبي ترت ليالي صديقي أرسلت قريش وفد للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الخروج من مكة وبالفعل خرج النبي ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم وهو في مكة عقد على السيدة ميمونة بنت الحارث واللي زواجها للنبي هو عمه العباس ابن عبد المطالب وكانت السيدة ميمونة من المسلمين المستضعفين اللي كانوا في مكة وبيذكر المؤرخون أنها لم تكن ذات جمال وكانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم من رجلين وتزواجها النبي جبرا لخاطرها وبنى بيها النبي بعدما تحلل من الإحرام ورجعت معه إلى المدينة ونيجي بقى للعام التام من الهجرة اللي تم افتتاحه بحدثين مهمين جدا والحدثين هم إسلام خالد بن الوليد وعمر بن العاص وبتذكر المصادر التاريخية أن خالد بن الوليد وعمر بن العاص لما قادموا على النبي في المدينة علشان يعلنوا إسلامهم استبلهم النبي أحصى الاستقبال وكان فرحا بهم جدا ولما جم سألوا النبي عن الأمور اللي فعلوها قبل دخولهم الإسلام وطلبوا من النبي أنه يدعي لهم بالمغفرة رد عليهم النبي وقال الإسلام يجب ما كان قبله يعني يا صديقي بدخول أي شخص للإسلام ربنا عز وجل بيغفر له كل أعماله السيئة اللي عملها قبل إسلامه ولكن أصر خالد بن الوليد على النبي أنه يدعي له بالمغفرة وبالفعل النبي دعا لخالد وقال له اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك ولو حبيب تعرف أكثر يا صديقي عن خالد بن الوليد وعمر بن العاص وقصة إسلامهم يبقى ممكن تشوف حلقتنا عنهم وفي بداية السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدد من السراية منها سرية شجاع ابن وهب الأسدي وسرية كعب بن عمير وتمكنوا قادة السريتين من تحقيق الغرض اللي أرسلوا إليه ورجوا للمدينة بكثير من الغنائم شوف يا صديقي إحنا اتفقنا إن بعد صلح الحديبية واستقرار الأمور بين النبي وقريش قام النبي بإرسال الرسل لملوك الأرض علشان يدعوهم للإسلام فكم من ضمن الملوك إلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل لهم هو ملك بصرة وأرسل النبي لصحابي اسمه الحارث بن عمير الأسدي ولما كان الحارث في طريقه لملك بصرة اعترضوا واحد من عمال الروم على أحد مدن بلاد الشام واسمه شرحبيل بن عمر الغساني وكم مع كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوهم للإسلام زيباء الملوك ولكن شرحبيل قام بقتل الحارث بن عمير وكان الحارث أول رسول يتئت من الصحابة فغضب النبي صلى الله عليه وسلم جدا وقام بتجهيز 3000 من جنود المسلمين وقام النبي صلى الله عليه وسلم بعقد اللواء لزيد بن حارثة وقال إن قتل زيد فقيادة الجيش تكون لجعفر بن أبي طالب وإن قتل جعفر فقيادة الجيش تكون لعبد الله بن رواحة وكان من ضمن الجنود اللي خرجوا في الغزوة دي خالد بن الوليد واستعد الجيش بالرحيل لمؤته وودع النبي المسلمين والجيش ولكن بكى عبد الله بن رواحة فلما سألوا عن سبب بكاؤه قال لهم أما والله ما بيحب الدنيا ولا صبابة بكم ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود يعني صديقي عبد الله بن رواحة خايف من ورود جهنم ده كان سبب بكاؤه فأم المسلمون ودعوا للجيش وقال لهم صاحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين فرد عبد الله عليهم وقال لهم لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدة أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدة حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد فعبد الله بن رواحة يا صديقي بيتمنى من الله عز وجل أن ينال الشهادة وأن يقتل في المعركة وخرج الجيش في طريقه وخرج معهم النبي علشان يودعهم وسار الجيش يريد منطقة مؤتة وهي لبلاد الشام وسار جيش المسلمين في الطريق لحد لما وصلوا لمنطقة اسمها معان فسمع جيش الروم بقدوم المسلمين فأمشر حبيل بتجهيز جيش عدده مئة ألف مقاتل وقدم عليهم من المدن المحيطة به مئة ألف مقاتل تانيين يعني أصبح عدد الروم مئتين ألف مقاتل أمام تلت تلاف مسلم فقط فلما المسلمين عرفوا بعدد جيش الروم أرادوا أنهم يبعثوا للنبي يغدوا رأيه في الأمر ويطلبوا منه يبعث مدد للمسلمين سواء جنود أو سلاح ولكن وقتها عبد الله بن رواحة قال لهم إنهم لخيفين إنهم يواجهوا العدو وإنهم في الأساس جيين علشان ينالوا الشهادة وقال لهم يا قوم والله إن التي تكرهون لالتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فسمع المسلمين كلامه وساروا على بركة الله وسار المسلمون إلى أن وصلوا لمنطقة مؤتة وبأول أبو هريرة شهدت مؤتة فلما دنى منا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب فبرق بصري فقال ثابت بن أقرم لأبي هريرة يا أبا هريرة كأنك ترى جموعا كثيرة قلت نعم قال إنك لم تشهد معنا بدرا إنا لم ننصر بالكثرة وبدأ القتال والتحم الفريقان بين متين ألف مقاتل من الروم في مقابل تلت تلاف من المسلمين وحمى الوطيس واشتدت المعركة وقام المسلمين بالقتال بكل شراسة لإعلاء كلمة الله عز وجل وبيتقدم جيش المسلمين زيد بن حارثة قائد اللواء ويشد من عزيمة المسلمين ويشجعهم على القتال والتف جيش الروم حول المسلمين واستبسل زيد في القتال إلى أن استشهد رضي الله عنه فكانت من المعارك الشرسة فأخذ لواء الجيش جعفر بن أبي طالب مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الراية وتقدم يقاتل في سبيل الله عز وجل وفجأة تقطع يد جعفر اليمنى ولم يتراجع جعفر عن القتال وفضل يحمل الراية بيده اليسرى فقطعت يد جعفر اليسرى وسقطت راية المسلمين على الأرض فأم جعفر وضم الراية إلى صدره بعض ضيه حتى استشهد وأخذ اللواء بعده عبد الله بن رواحة وقاتل لحد ما استشهد وبعدها أخذ لواء المسلمين خالد بن الوليد وجعله الله عز وجل سببا في نصر المسلمين ولما وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد زيد ثم جعفر ثم عبد الله وانتصار المسلمين على يد خالد بن الوليد ذهب النبي إلى بيت جعفر وطلب من زوجة جعفر أن تأتي له بأبنائه وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحتضنهم ويشم رائحتهم ويبكي صلوات ربي وسلامه عليه ويبكي على فراق حبيبه وابن عم جعفر ولما علمت زوجته بالخبر فضل التبكي بكاء مريل وقتها النبي خرج من عندها وأمر أهل بيته وقال لهم لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم وتكفل النبي صلى الله عليه وسلم بأبناء جعفر بن أبي طالب وبشر النبي زوجته بأنه رأى جعفر يطير بجناحين في الجنة وده سبب تسمية جعفر بالطيار ولما رجع جيش المسلمين للمدينة استقبالهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن استقبال وفرحوا بانتصارهم في غزوة مؤتة المهم يا صديقي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها عقد اللواء لعمر بن العاص على سرية وتسمت بسرية ذات السلاسل ولكن بعدها عمر بن العاص أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه المدد فأمد النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من المسلمين منهم أبو بكر وعمر وكان أمرهم أبا عبيدة ابن الجراخ وأمر النبي أبا عبيدة ألا يحدث فرقة بينه وبين عمر بن العاص وبالفعل امتثل أبو عبيدة لكلام النبي ولم يختلف المسلمون وتمكنوا من تحقيق الغرض اللي كانوا خارجين ليه ولما جاء المسلمون يزف للنبي خبر الانتصار ذكروا لي كل التفاصيل اللي حصلت في السرية ومن ضمن الأحداث اللي ذكروها للنبي أولا إن عمر بن العاص احتلم في ليلة من الليالي الباردة ولما جاء وقت الصلاة تيمم ولم يغتسل وبعدها صلى بالمسلمين ولما المسلمين ذكروا للنبي فعل عمر بن العاص قام النبي استدعاه علشان يسأله عن السبب وهل هو عمل كده ولا لا فلما جاء عمر بن العاص سألوا النبي عن فعله فرد عمر على النبي وقال له والذي بعثك بالحق إني لو اغتسلت لمت ولم أجد بردا قطت مثله وقد قال تعالى وَلَا تَقْتُرُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعل عمر والسقوط النبي معناه إقرار على الفعل وفي نفس السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى سيف البحر وعقد اللي وقفيها لأبي عبيدة ابن الجراح وكان عددهم 300 مسلم وبعد فترة انتهى الطعام اللي كان مع المسلمين وصدفهم إنهم وجدوا على الشاطئ البحر حوت العنبر فأكل منه المسلمين لمدة نص شهر وأخذوا أجزاء منه للنبي وهم رجعين للمدينة وتمكنت السرية من تحقيق أهدفها وبعدها يا صديقي جات أخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بوفاة النجاشي ملك الحبشة وبيذكر ابن كثير إن لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف بالخبر قال مات اليوم رجل صالح فصلوا على أصحمه إحنا اتفقنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام صلح الحديبية مع قريش واتفقنا إن من ضمن الشروط هو إن من أراد من القبائل الدخول في حلف مع النبي فليدخل ومن أراد الدخول في حلف مع قريش فليدخل وبالفعل واتها دخلت قبيلة خزعة في حلف مع النبي ودخلت قبيلة بني بكر في حلف مع قريش وبتمر الشهور وبتعتدي قبيلة بني بكر على قبيلة خزعة وأتلت منهم العشرات لدرجة إنهم تتبعوهم وأتلوهم في الحرم وأمت قريش بمساعدة بني بكر بالسلاح والمال والرجال وده طبعا نقضل الصلح اللي بين النبي وقريش المهم يا صديقي وصلت الأخبار للنبي عن طريق عمر بن سالم وجاء عمر ينشد على النبي شعر ويطل منه النصرة فرد على النبي وقال له نصرت يا عمر بن سالم وفي الوقت ده جاء وفد من خزعة للنبي صلى الله عليه وسلم بقيادة بديل ابن ورقاء ويشتكل النبي من اللي أصابهم من قريش ولكن هم خارجين من المدينة قبل أبا سفيان جاي على النبي في المدينة فكان أبا سفيان معارض للبني بكر عملوه وقتها قالوهم إن النبي مش هيسكت وخرج للمدينة علشان يتفاوض مع النبي في زيادة مدة الصلح وقتها النبي بحنكته السياسية استنتج إن أبا سفيان هيجي على المدينة فقال له أصحابه كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد في العقد ويزيد في المدة ولما وصل أبا سفيان على المدينة دخل على أول حد لي في المدينة وهي ابنته أم حبيبة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل وجهه أعود على فراش النبي أمت أم حبيبة وطوت الفراش فاستغرب أبا سفيان من فعل بنته وقال لها يا بنيا ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني فردت علي أم حبيبة رضي الله عنها وقالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراشه وخرج أبا سفيان من عندها راح للنبي صلى الله عليه وسلم يخبروا أنهم عايزين يجدد العهد ويطلب منه زيادة مدة الصلح والهدنة ولكن النبي رفض وطبعا النبي كان عارف بالأوضاع في مكة والعملته بني بكر وقريش في خزعة ولكن كتب النبي الخبر حتى عن أصحابه فرح أبا سفيان لأبي بكر يطلب منه يتوسط له عند النبي فرفض أبو بكر وقال له جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو وجدت الذرة قاتلكم لأعنتها عليكم فخرج من عنده وراح لعمر بن الخطاب بيطلب منه يتوسط له عند النبي فرد عمر وقال له أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله لو لم أجد لكم إلا الذرة لجاهدتكم به فذهب أبو سفيان لعثمان بن عفان وطلب منه يتوسط له عند النبي فقال له عثمان جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فسابوا رحل علي بن أبي طالب وطلب منه نفس الطلب والأبو سفيان لعلي يا علي إنك أمس القوم بي رحما وأقربهم مني قرابة وقد جئت في حاجة فلا أرجع عنك ما جئت خائبا فاشفع لي إلى رسول الله فرد علي وقال له ويحكى يا أبو سفيان الله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه فطلب أبو سفيان من فاطمة إنها تجير وتتوسط لي عند النبي فألت له إنما أنا امرأة وإنما ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل صديقي إن من شدة خوفه من اللي عملت قريش رح يطلب من السيدة فاطمة تخلي الحسن والحسين يتوسط لي عند النبي وكان سنهم صغير فردت عليه وقالت له إنهما صبيان وليس مثلهما يجير ولم يرد أحد على أبي سفيان أبدا وانصرف ورجع أبو سفيان على مكة ولما رجع سألته قريش عن رد النبي فألهم والله لقد أبى علي وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوما لملك عليهم أطوع منهم له المهم يا صديقي إن النبي بعد انصرف أبي سفيان شاف سحابة فقال إن هذه السحابة لتبض بنصر بني كعب وأعد النبي فترة في المدينة وبعدها أمر السيدة عائشة إنها تعد لي ملابس الحرب وأمر النبي أصحابه بإعداد العدة ودع النبي الله عز وجل إنه يعمع عيون قريش عن أخبار المسلمين لحد ما يبغيته من النبي والمسلمين في بلدهم ولكن صديقي ربنا عز وجل أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم إن في واحد من الصحابة اسم حاطب بن أبي بلتع أرسل رسالة لقريش يعرفهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم لحربهم وإن حاطب أرسل الرسالة مع واحدة من النساء ووضعت الرسالة في شعرها علشان تخفيها فلما عرف النبي بأمر الرسالة أرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام علشان يلحقوا بالمرأة ويخذوا منها الرسالة اللي معاها ولما وصل علي والزبير عندما كان المرأة أمروها إنها تعطيهم الرسالة في البداية أنكارت كلامهم ولكن بعدها أخرجت المرأة الرسالة من شعرها وأخذوا الرسالة ورجعوا بها لنبي صلى الله عليه وسلم وتع الصحابة غضبوا من حاطب وأشار عمر بن الخطاب على النبي إنه يضرب عنق حاطب ولكن النبي رفض وقال لعمر وما يدرك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولما استدعى النبي حاطب علشان يسأله عن سبب فعله رض حاطب وقال يا رسول الله لا تعجل عليه إني كنت امرأ ملصق في قريش وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام وأنزل الله عز وجل في حاطب ابن أبي بلتاع آية فقال الله عز وجل في سورة الممتحنة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي إن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وفي شهر رمضان وتحديداً في سنة الثمانية من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش من المسلمين تعداد عشرة آلاف وسار النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة ولما وصل النبي عند منطقة اسمها الجحفة التقى بعم العباس ابن عبد المطلب وكمع أهل بيته مهاجر بيهم على المدينة علشان يُعلم إسلامه ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وكان العباس ابن عبد المطلب هو من ينصر النبي بعد وفاة أبي طالب بعدها صديقي النبي أبي الكمان ابن عمه وكان اسمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ومعا عبد الله ابن أبي أمية أخو أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا راحين على المدينة يعلنوا إسلامهم ولكن النبي كان غاضب منهم لأنهم كانوا بيئذوه فأعرض عنهم ولكن السيدة أم سلمة رضي الله عنها بحكمتها كلمت النبي في أمرهم لأنهم لم يأتوا إلا للخير فرفض النبي ولما عرف أبو سفيان ابن الحارث رد فعل النبي عازم أنه هياخد أولاده ويرح بهم للصحراء لحد ما يموتوا من العطش فرق قلب النبي ليهم وعفى عنهم وأسلموا وأحسنوا إسلامهم فكان أبو سفيان ابن الحارث شبه النبي صلى الله عليه وسلم في شكله وكان أخوه في الرضاعة وصديقه قبل الإسلام فلما اقترب النبي من مكة أمر كل واحد من الجيش أنهم يشعلوا النيران ولما ظهرت النيران من بعيد خرج أبو سفيان ابن حرب علشان يتحسس الأخبار هو وبديل ابن ورقاء ولكن هما ما كانواش عارفين الجيش دال مين وانفزع أبو سفيان وابو ديل ومن هول المشهد فعدد جيش المسلمين عشرة ألاف وشكلهم بالنيران مرعب فقدف الله الرعب في قلب أبي سفيان واللمعاه وفي الوقت ده سمع العباس عم النبي صوت أبو سفيان فندى عليه وكان على أبو سفيان علامات الدهشة فسأل العباس عن هوية الجيش ده فرد عليه العباس وقال له إن ده جيش النبي صلى الله عليه وسلم وإنهم جم قاصدين قريش فاتفزع أبو سفيان أكتر وطلب من العباس يشور عليه يعمل إيه فقال له العباس أن النبي لو شافه هيقطع راسه وقال له أنه ممكن ياخد لي الأمان من النبي وبالفعل أجار العباس أبي سفيان وركبه على بغلى علشان يدخل يتكلم مع النبي في أمره وياخد لي الأمان وكانت البغلى دي للنبي صلى الله عليه وسلم وأهداها لعمه آل عباس المم صديقي دخل العباس ومشي بأبو سفيان بين صفوف المسلمين كان أبو سفيان قلبه بيرتجف من الرعب وكل لما يمر أبو سفيان والعباس على واحد من المسلمين كان يستفسر عن هويته لأنه كان ملذم فلما كانوا بيشوفوا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيسيبوها تمر ولكن لما اقترب العباس وأبو سفيان من نار عمر بن الخطاب إدر عمر يتعرف على أبي سفيان ولما شفوا قال أبو سفيان عضو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد وكان عمر عايز يضرب عنقه ولكن العباس منعه وقال له أنه هو في جواره فجري عمر على خيمة النبي صلى الله عليه وسلم علشان يخبره بأمر أبي سفيان إلا أن العباس سابقه ودخل بسرعة على النبي علشان يخبره أن أبا سفيان في جواره فطلب النبي من العباس يذهب بأبي سفيان يأمن لبيات في رحله ولما يأتي الصباح يجي العباس مع أبي سفيان فامتثل العباس لكلام النبي ولما جي الصبح ذهب العباس مع أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لأبي سفيان ويحك يا أبا سفيان ألم يأين لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله فرد أبا سفيان على النبي وقال له بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد فأبا سفيان عارف أنه مفيش إله إلا الله عز وجل ولو كان في غير الله لكن نفعه فرد علي العباس وقال له يدخل الإسلام فدخل أبا سفيان للإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقال العباس للنبي أن أبا سفيان رجل بيحب الفخر وأنه يجعل لي شيئا يتفاخر به عند قومه فرد النبي على العباس من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن وهم أبو سفيان بالإنصراف ولكن النبي طلب من عم العباس أنه يخلي أبو سفيان يروح عند وادي بن جبلين علشان يشوف جنود المسلمين وهي بتمر منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم رجل صاحب فطنة لأنه أراد أن يقذف الرعب في قلب أبي سفيان وإن أكيد أبو سفيان لما يرجع مكة هيحكى عن الإشاف من جيش المسلمين وكان كل لما تمر قبيلة يسأل بسرعة العباس عن القبيلة دي فيرد عليه العباس ويخبر عن ناسا بالقبيلة لحد لما جي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد على فرقة كبيرة من المهاجرين والأنصار ومر النبي بيهم من أمام أبي سفيان فسأل عن هوية الفرقة فرد عليه العباس وقال له إن دا النبي ومعاه المهاجرين والأنصار فالأبو سفيان للعباس والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمة وجر أبو سفيان على مكة علشان يعرف أهلها إلا خصل فدخل وهو بيصح بأعلى صوته وبيقول يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فردت علي زكتو هند بن تعطبه قالت اقتلوا الحميدة الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم ولكن كمل أبو سفيان كلامه قال ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فرد علي الناس وعالوله قاتلك الله وما تغني عنا دارك فكرر أبي سفيان قول النبي ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن مو بالفعل يا صديقي جر الناس بسرعة على بيودهم والمسجد علشان يحتموا من جيش المسلمين العرمرم وأمر النبي خالد بن الوليد بدخل مكة هو والفرء اللي معاه من كداء أعلى مكة وأعطى النبي رأيته للزبير بن العوام وأمر يدخل مكة ويضاحى في الحجون وبالفعل يا صديقي دخل خالد بكاتبته إلى مكة من المكان اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يدخل منه ولكن اعترى طريقه فرأ من جيش قريش فقاتلهم خالد ودخل مكة أما عن الزبير فذهب لمنطقة الحجون إلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يضع الراية فيها ونصبر النبي صلى الله عليه وسلم قبة ينتظر فيها ودخل جيش المسلمين لمكة من كل أبوابها وهو ذا الفتح إلى ربنا عز وجل وعد المسلمين به ودخل النبي صلى الله عليه وسلم لمكة بعد غياب طويل جدا فهي أحب البلاد لقلبه صلى الله عليه وسلم وقد أرهاقه الشوق لبلاده وكانت راية النبي يوم فتح مكة بيضاء وكان صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة سوداء على رأسه وأمر النبي الصحابة بهدم الأصنام واستقبل النبي الحجر الأسود وبدأ يطوف هو وأصحاب حول الكعبة وبعدها جل النبي أبو قحافة وهو أبو الصديق رضي الله عنه علشان يعلن إسلامه ففرح النبي صلى الله عليه وسلم شوف يا صديقي النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إنه ما يقتلوش أي حد إلا إذا تم الاعتداء عليهم وبالفعل هو دل حصل ولكن في بعض من الناس النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمهم حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة يقتلوهم وكان منهم واحد اسمه عبد الله ابن سعد ابن أبي السرحة وراجل ده صديقي أسلم وكان بيكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعدها ارتد عن الإسلام ولما عرف عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه جري بسرعة يستنجد بعثمان بن عفان لأنه كان أخوف رضاعة فأخذ عثمان وذهب بين النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العفو منه فسكت النبي وما كان شعاو الزباية عبد الله ولكن بعدها تركه فعل النبي الأصحاب وبعد انصراف عبد الله بن أبي السرح أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رأاني كففت يدي عن بيعته فيقتله فرد الصحابة وقال للنبي ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أمأت إلينا بعينك فرد عليهم النبي وقال لهم له لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين ورجع عبد الله بن أبي السرح مرة تانية للإسلام وأحسن إسلامه ومن ضمن الناس إلا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم هو عكرمة ابن أبي جهل ولكنه لما عرف بكده هرب على طول اليمن وبعدها جل النبي وأسلم وبعدها دخل النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة وقام بتطهيرها من مظاهر الشرك ولأ النبي فيها صورة لسيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل وهم مسكين الأزلام فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط وكبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل أركان الكعبة وردد لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم آيات من سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أكقاكم إن الله عليم خبير وبعدها التفت قريش حول النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين حكم النبي فيهم وخيفين من اللي النبي هيعملوا معاهم وهم إلأذوا وعذبوه وكانوا سابب في خروجه من بلده وحاولوا يؤتلوا مرارا وتكرارا فندع عليهم النبي وقال لهم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم فردوا عليه وقالوله خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء وبيضرب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال في العفو عند المقدرة فبعد كل الأذى اللي شافوا النبي منهم إلا إنه عملهم باللين وعفى عنهم وبعدها صديقه يجل النبي علي بن أبي طالب وكان في إيده مفتاح الكعبة وقال للنبي إنه يجمع لبني هاشم الحجابة مع السقاية فكان بني هاشم من قديم الزمن في إيديهم سقاية الحجاج أما عن الحجابة هي الأمور اللي بتتعلق بالكعبة نفسها وتنظفها والقيام على أمورها وكانت الحجابة من نصيب بني شيبة فرفض النبي صلى الله عليه وسلم كلام عليه وستدى عثمان ابن طلحة وقال له هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء ومفتاح الكعبة صديقي موجود مع بني شيبة لحد وقتنا الحالي وبعدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالة بن رباح بالصعود فوق الكعبة وإعلان الأذان وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس علشان يعلمهم حرمة بيت الله الحرام وأحكام الديات وقال لهم يا أيها الناس وقد رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع لقد قتلتم قتيلا لأدينه فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين إن شاء فدم قاتله وإن شاء فعقله ومن الأحكام اللي أقراها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد الفتح هو قول الولد للفراش وللعاهر الحجر وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا جاه لما قالوا الصحابي صعد بن أبي وقاص وقال له إن ابن جارية عند زمعة والد السيدة سودة زوجة النبي هو ابن أخي عطبة فرفض عبد بن زمعة وقال إن أخوه لأبي ولد على فراشه رغم إن النبي شاف إن الولد لعتبة ابن لأبي وقاص لأنه كان شبهه ولكن أقر النبي إنه لزمعة لأنه ولد على فراشه وقال للسيدة سودة أن تحتجب منها والحجر هنا مش معناه الرجم ولكن بمعنى الخيبة أو الخزين لأن الرجم بيتم في حالة الإتيان بالشهداء الأربعة على الزنا أو اللعان واللعان هو أن يقسم الرجل أربع مرات إنه زوجته زنت والخمسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تقسم المرأة أربع مرات إنها زنت والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين هنا بيتم تطبيق حد الزنا إلا هو الرجم للمرأة المحصنة لكن في الحالة دي ما فيش لعان لإن زمعة وعتبة كانوا ميتين وقت الحدثة وما فيش هداء على الزنا والحكمة من الحكم ده صديقي في الإسلام هو حفظ الأعراض ومن الأحكام التانية كان تطبيق النبي حد السرقة على امرأة واللي حصل إن امرأة سرقت وذهبت لأسامة بن زيد تطلب منه إنه يشف عليها عند الرسول صلى الله عليه وسلم فلما كلموا أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتكلمني في حد من حدود الله قال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله خطيبة فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها وحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت وفضل يا صديقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة باء شهر الرمضان واختلف أهل السير في الأيام اللي أعد فيها النبي في مكة منهم الخمستاشر يوم ومنهم آل تسعتاشر ولكن اتفأوا أنه مكث فيها الباقي من شهر الرمضان وفضل النبي يعلمهم أحكام الإسلام والحدود وأحكام الزنة والسرقة وحرم النبي صلى الله عليه وسلم واتها زواج المتعة بعد لما كان مباح ليهم ولكن جات حرمته بشكل قاطع في يوم فتح مكة وبعض علماء السير قالوا أن النبي حرمه بعد فتح مكة فقال النبي في حرمة زواج المتعة ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة وبعدها صديقي بدأ أهل مكة يتوفد على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامهم ويبيع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله ورسوله ولما انصرف الرجال وأنهوا بايعتهم للنبي جعل النبي وفد من النساء علشان يبيع النبي وكما ضمن الوفد ده هند بنت هدبة ولكن هي كانت متخفية من النبي بسبب تحرضها على قتل حمزة يوم أحد فقام النبي للنساء بيعنني على أن لا تشركن بالله شيئا فقالت هند والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال فقال النبي ولا تسرقنا فقالت هند والله إني كنت أصبت من مال أبي سفيان الهنة بعد الهنة وما كنت أدري أكان ذلك علينا حلالا لي أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك لهند بنت عتبة فقالت هند نعم ففعما سلف عفى الله عنك وكمل النبي كلامه قال ولا تزنينا قالت هند يا رسول الله وهل تزني الحرة ثم قال ولا تقتلن أولادكن قالت قد ربيناهم صغارة وقتلتهم ببدر كبارة فأنت وهم أعلم ثم قال ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن فقالت والله إن إتيان البهتان لقبيح ولا بعض التجاوز أمثل ثم قال ولا تعصينني فوفق النساء على كلام النبي وبايعوه ولكن دون مصفحة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلامس النساء المحرمات عليه وبعدها هند بن تعد بألت للنبي يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه فألها النبي خذ من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك وأسلمت هند وحسن إسلامها وأتهى صديقي أسلم كل أهل مكة وتحل الوجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بإسلامهم ونزلت سورة النصر فقال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بعد فتح مكة سمع النبي صلى الله عليه وسلم بإن القبائل كلها استسلمت ودخلت الإسلام إلا قبيلتي هوازن وثقيف والتف حولهم عدد من بطون العرب وبدأوا يعد العدة لملاقات النبي وأصحابه فأمر النبي الصحابة بالاستعداد للقتال وكان عدد المسلمين اللجوم فاتحين لمكة عشر تلاف وانضم ليهم ألفين من أهل مكة اللي أسلموا حديثا بعد الفتح فأصبح عدد جيش المسلمين اتناشر ألف وخرجوا لملاقات هوازن وهم معجبين بكثرة عددهم وقعدوا يرددوا إنهم أكيدها ينتصروا بسبب كثرة عددهم وأما عن قبيلة هوازن فخرجت للحرب برجالها ونساءها وأطفالها وبكل ما تملك من أموال والسبب في خروجهم بكل ممتلكاتهم هما أنهم أرادوا عدم التخاذل يعني يا صديقي يقتلوا خلفهم أموالهم وذريتهم ونساءهم فديساعد على الحرب أكتر والاستبسال في المعركة دفاعا عنهم وكان معاهم دريد ابن الصمة رئيسهم وكبرهم شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب وكان شجاع لأنه في شبابه كان فارسا عظيما بالإضافة لكونه شاعر فحل من أفصح شعراء العرب جمع أمر الناس إلى مالك بن عوف عشان يكون رئيسهم وخرجوا لمنطقة اسمها أوطاس وخرج النبي وأصحابه متجهين إلى حنين ولما كان النبي في طريقه هو والصحابة مروا على شجر اسمها ذات أنواط والشجرة دي صديقي كانت قريش والعرب بشكل عام بيتبركوا بيها فكانوا بيجوا عندها كل سنة ويضعوا أسلحتهم عليها ويذبحوا عندها ويفضلوا أعدين عندها يمين وبعدها ينصرفوا فلما الصحابة مروا بيها قال الناس إلا أسلموا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فغضب النبي وقال الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إنها السنن لتركبون سنن من كان قبلكم وبعت ملك ابن عوف عيون يتحسس أخبار المسلمين ولما رجعوا كانوا في حالة من الزعر وألوله رأينا رجالا بيضا على خيل بلق فوالله ما تمسكنا أن أصابنا ما ترى فقام مالك ابن عوف بتجمع جيشه علشان يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ولم وصلوا هناك أمر جنود أنهم ينتشروا ويختبئوا في أطراف وادي حنين ولا يظهروا أبدا ولما يتجمع جيش المسلمين في الوادي يقوموا بالإغارة عليهم فجأة وقال لهم مالك إذا رأيتموهم فاكسروا جفونا سيوفكم ثم شدوا شدة رجل واحد تقدم جيش المسلمين لحد لما وصل إلى منطقة حنين في الصباح ولما جيش المشركين شاف المسلمين بدأوا يضربوهم من أطراف الوادي بالسهام والنبال ولكن المسلمين ما كانواش أدرين يحددوا أماكن المشركين وبدأ المسلمين ينسحبوا ولا يقبل أحد على أحد وانفض المسلمين من حول النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ النبي ندى عليهم ويقول أين أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله ولكن فضل حول النبي قال بيته فقط منهم علي بن أبي طالب وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والعباس بن عبد المطالب وأسامة بن زيل وعدد أليل من الصحابة وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطالب يمسك بلجام باغلة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل النبي يلتحم بجيش المشركين بمفرده هو يردد ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطالب اللهم نزل نصرك وزادت الأقويل في صفوف جيش المسلمين من الناس اللي أسلاموا حديثا في فتح مكة ومنهم أبو سفيان وبدأ يقول إن سحر محمد بطل ومنهم اللي كان بيقول إن الهزيمة لا تنتهي إلا عند البحر ومحدش كان بيلتفت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيناديهم وبدأ النبي يدعي الله عز وجل ويقول اللهم إني أنشدك ما وعدتني اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا وقتها صديقي أمر النبي صلى الله عليه وسلم عم العباس بن عبد المطالب ينادي على الأنصار فنادى العباس وقال يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة يا أصحاب البيعة يوم الحديبية الله الله الكرة على نبيكم فبدأ النس تتجمع مرة حول النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب النبي وقالوا لبيك لبيك وأسرعوا يلب نداء النبي ويلتف حول النبي مرة أخرى ويبذل أنفسهم في سبيل الله وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصيح ويقول الآن حمي الوطيس وبدأ المسلمون يشيع القتال في صفوف العدو وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفن من تراب ونثرها على العدو وقال شاهت الوجوه وفجأ صديقي بدأ المشركون يتساقطون الواحد يل الآخر واستبسل الصحابة في القتال ويد الله عز وجل المسلمين بجيش من الملائكة ويذكر في قول الله عز وجل في سورة التوبة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وتفرقت صفوف المشركين وفروا من أمام المسلمين وفر عدد منهم لمدينة اسمها أوطاص فأخرج النبي إليهم عدد من السرايا لقتلهم وفر العدد الآخر إلى الطائف ولكن تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا صديقي لما كان المشركين بيفروا من أمام المسلمين كانوا بيتركوا خلفهم نساءهم وأموالهم وأبنائهم فكانوا بيقعوا في أيدي المسلمين كأسر وغنائم وكانت الغنائم كترة جدا بعدها لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إلا فروا للطائف وأخذ معاجش المسلمين ولما وصلوا للطائف قام توازن بالدخول في الحصول مخافة من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وفضل النبي محصرهم حوالي عشرين ليلة وأمر النبي الصحابة بأنهم يقطعوا الأشجار وبعدها ندع لهم النبي وقال لهم من خرج إلينا فهو حر وبالفعل خرج لعدد منهم والنبي أعتقهم ولما أعظم على المسلمين دخول الحصن جاء النبي للمسلمين وقال لهم إننا قافلون غدا إن شاء الله ولكن الصحابة حبوا يقاتلوا فقالوا للنبي نذهب ولا نفتحوا قال لهم أغدوا على القتال فلما ذهبوا للقتال ولم يتمكنوا من فتح الحصن رجعوا للنبي وقالوا له إننا قافلون غدا إن شاء الله فضحك النبي من فعل المسلمين وأمر النبي المسلمين بالرحيل وتاء الصحابة ألو للنبي يدعي على ثقيف فرفع النبي يده لله عز وجل وهو يقول اللهم اهد ثقيفا واتي بهم وتعرفت الواقع دي باسم غزوة الطائف بعدها صديقي النبي صلى الله عليه وسلم نزل في منطقة اسمها الجعرانة وكمعا عدد كبير من سبايا هوازن فلحقهم عدد من أهل هوازن إلا عوزين يدخلوا للإسلام وبالفعل استقبالهم النبي وأعلنوا إسلامهم وطلبوا من النبي إنهم ياخدوا أموالهم ونساءهم وأولدهم فخيارهم النبي بين الأموال أو النساء والأطفال فاختاروا نساءهم وأطفالهم فرد النبي لهم نساءهم وأولدهم وبعدها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم على المسلمين وكان نصيب كل واحد مئة من الإبل فأعطى أبو سفيان ابن حرب مئة وأعطى الصفان ابن أمية مئة وأعطى عيينة ابن حصن مئة وأعطى الأقرع ابن حابس مئة وأعطى علقمة ابن علاثة مئة وأعطى مالك ابن عوف مئة وأعطى العباس ابن مرداس دون المئة وقام الأعراب يتجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأسف الغنائم وتدفعوا عليه ويقال إن النبي تعلق رداءه في شجرة من الأشجار فنزي عنه ردائه فلوم النبي ردوا علي ردائي أيها الناس فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا في الوقت دا صديقي الأنصار كانوا وقفين وألف أنفسهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نسيهم وهم لنصروا ووقفوا معا ضد قريش وقال بعضهم لبعض يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقتر من دمائهم فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى الأنصار واكتمع بهم وقال لهم يا معشر الأنصار ألماتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا وما نقول يا رسول الله وبماذا نجيبك ألمن لله ولرسوله قال أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم جئتنا طريدا فأويناك وعائلا فأسيناك وخائفا فأمناك ومخذولا فنصرناك فقالوا ألمن لله ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعات من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت أمرأ من الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وقام الأنصار يجهش بالبكاء وردوا على النبي وألوله رضينا بالله والرسوله قسم أما وفد هوازن اللي جل النبي يعلن إسلامه ما كانش في زعمهم مالك بن عوف فلما النبي سأل عنه ألوله إنه محتامي في حصن ثقيف فألوهم النبي أخبروه أنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيته مئة من الإبل وبالفعل يا صديقي جي مالك للنبي وأسلم وحسن إسلامه وجعله النبي قائدا على قومه وكان بيصد إغارات ثقيف وهنا ظهرت مدى حكمة النبي وبراته السياسية والعسكرية فهو عمل كده مع مالك بن عوف علشان يضمن ولاءه ومن ثم دخول الإسلام ويوقوف مع النبي ضد ثقيف ولما كان النبي بيوزع الغنائم جي لي رجل اسمه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعدل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه وقال له ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل فأم عمر بن الخطاب يستاذن النبي إنه يقتل الرجل ده ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال لعمر داه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آياتهم رجل أسود إحدى عضضيه مثل ثديي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس والمقصود هم الخوارج وبعدها خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا وأهل السير أطلقوا على العمرة لبعض غزوة حنين اسم عمرة الجعرانة وبعدها رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستخلف على أهل مكة عتاب ابن أسيد ومعاه معاذ ابن جبل علشان يفقه أهل مكة في الدين ويعلمهم القرآن شوف يا صديقي بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة جاء عليه وفد عشان يعلنوا إسلامهم من ضمن الوفد ده واحد اسمه بجير ابن زهير ابن أبي سلمة وأعلن إسلامه فبجير ده أخو الشاعر المعروف كعب ابن زهير ابن أبي سلمة وطبعا أبوهم هو زهير ابن أبي سلمة شاعر من شعراء المعلقات في الجهلية فلما جيب بجير علشان يعلن إسلامه الكعب أبيته جاء في الإسلام ألا أبلغ عني بجيرا رسالة على أي شيء ويح غيرك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك سقاك أبو بكر بكأس روية وانهلك المأمون منها وعلكها فلما وصلت أبيته دي رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وأهدر دمه وقال من لقي كعبا فليقتله فأرسل أبو جير لكعب يدعوه للإسلام وإن النبي هياف عنه ولكن كعب كان خايف إلا إنه بالفعل قدم على المدينة ونزل عند واحد كان يعرفه من قبيلة جهينة ودخل بي على النبي بعد صلاة الصبح وطبعا النبي ما كانش يعرف شكل كعب فسلم كعب على النبي وقال له يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلمة فهل أنت قابل منه إن جئتك به فردع للنبي بالإيجاب فقام كعب وقال للنبي إذن أنا يا رسول الله كعب بن زهير فأموح من الأنصار يطلب من النبي إنه يضرب عنقه ولكن النبي رفض وقال لهم تعه عنك إنه قد جاء تائبا نازع وأسلم كعب وحسن إسلامه وقال في متح النبي قصيدته المشهورة بين يديه اللي بدأها أبيات من أعذب ما قيل في الغزل بان السعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غدا تلبين إذ برزت إلا أغن غضيد الطرف مكحول حيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول تجري عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول شجت بذي شبب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول لا حد ما وصل لأبيات الاعتذار إلا ألفيها يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مجغول فقلت خلوا طريقي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول انبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيذ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل والحد ما وصل لأبيات المتح الشهيرة إن الرسول لنور يصطدأ به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زول زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مع زيل واتسمت القصيدة باسم البردة لأن النبي أعطى بردته لكعب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجميل من الشعر فكد صديقي هدية المقوقس إلا أرسلها مع حاطب بن أبي بلتاع للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت جاريتين اسمهم ماريا القبطية وسيرين المهم يا صديقي إن ماريا وسيرين وهم افطرئ رجوعهم مع حاطب للمدينة عرض عليهم الإسلام وأسلموا ولما وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي ماريا وأعطى سيرين هدية لحسان بن ثابت وأراد النبي أن يدخل به ماريا ولكن لم يكن لها حجرة ففي إحدى يوم مرضت السيدة حفصة وجدت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذهب لبيت أبيها فأذن لها النبي وفي الوقت ده استضع النبي ماريا علشان يدخل بها في حجرة حفصة ولما رجعت حفصة ولأت إن النبي عمل كده غضبت جدا وثارت وفضل النبي حاول يمتص غضبها ويرضيها وقال لها إنه سيحرم ماريا على نفسه وسيطلقها ابتغاء في مرضتها لحد لما هدأت وقتها قالت للنبي إن الحوار هيكون سر بينهم ووافق النبي إلا إن السيدة حفصة راح تحكت للسيدة عائشة لأنهم كانوا أصدقاء وانتشر الخبر بين زوجة النبي وأهل المدينة فغضب النبي واعتزل نسائه لمدة شهر وقتها نزل قول الله عز وجل في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أخلى الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك غهيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات سيبات وأبكارا وبعدها حملت السيدة ماريا بولد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان في السنة الثمينة للهجرة وسماه النبي إبراهيم وكان كل أبناء النبي من السيدة خديجة رضي الله عنها إلا ابن إبراهيم هو من السيدة ماريا القبطية رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم ومات إبراهيم في خلال سنة أو سنة ونص وبعدها صديقي أرسل النبي عدد من الصرايا للمناطق المحيطة بهم منهم سرية عمر بن العاص إلى هزيلة وتمكن عمر من إنجاز المهمة إلا أرسلهم لها النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة أهل المناطق إلى الإسلام وهدم الأصنام في بداية العام التسع من الهجرة نزل قول الله عز وجل في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فربنا عز وجل في الأياد دي بيأمر المسلمين إنهم ما يسمحوش بقدوم المشركين عند المسجد الحرام فلا يطوف بها عريان ولا يحج إليها مشرك بعد الآن فقريش كانت خيفة على أحوالها الاقتصادية ولكن ربنا عز وجل وعدهم إنها يغنيهم من فضله وأمرهم إنهم يقاتلوا المسركين حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا الإسلام وبالفعل يا صديقي كانت شبه الجزيرة العربية في وقتها تدين للنبي بالولاء وأكبر أعداء للإسلام وقتها هم الروم وكمان أقرب عدو بالنسبة لشبه الجزيرة العربية فقرر النبي الخروج لغزو الروم الموجودين في منطقة تابوك وتابوك صديقي بتقى على حدود بلاد الشام ولكن في الوقت ده كان الجو شديد الحرارة والنبي صلى الله عليه وسلم مش مع نفقة الجيش فعرف النبي الناس بالأمر وبدأ النبي يدعو أحياء العرب القريبة من المدينة علشان يخرجوا مع النبي للقتال وكم من عدد النبي صلى الله عليه وسلم إنه عند الخروج لغزوة ما كانش بيخبر المسلمين عن وجهته ولكنه في الغزوة دي أخبر المسلمين إنه ذاهب إلى تابوك وده بسبب بعد المسافة وشدة المشقة وكمان كثرة العدو فذهب النبي للجد ابن قيس يخبره إنه هيغزو بلاد الروم فرضى للجد ابن قيس وقال له يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني فوالله لقد عرف قومي أنهما رجل بأشد عجبا بالنساء مني وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج وقتها نزل قول الله عز وجل عن الجد ابن قيس في سورة التوبة ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وتاء صديقي كان في بعض من المنفقين قالوا لبعضهم إنهم مش هيخرجوا مع النبي بسبب شدة الحر فنزل فيهم قول الله عز وجل في سورة التوبة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حروا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وتخلف المنفقون عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم أما عن المسلمين فبذلوا كل ممتلكاتهم في سبيل الله عز وجل فجاء عثمان بن عفان للنبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار واته النبي قال له اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض ما ضر بن عفان ما عمل بعد اليوم وجهز عثمان بن عفان متيم من البعير واعطاهم للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يخرج بيهم في الغزوة واتعرف ليش غزوة تبوك بجيش العسرة وكمان كان في جماعة من المسلمين اتعرفوا في كتب السير باسم البكائين والجماعة دول يا صديقي ما كانش معهم نفق تخرجهم فلما جم للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا منه انهم يخرجوا معاه وتألهم النبي انه ما فيش نفق ليهم ولا حتى بعير يحملهم عليه فخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيبكوا تأسفا على مفتهم من الجهاد في سبيل الله والنفق فيه ونزل فيهم قول الله عز وجل في سورة التوبة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصفوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولكن في عدد من الصحابة تخلفوا عن النبي دون عذر ولم يكونوا من المنافقين هما كعب بن مالك بن أبي كعب مرارة بن ربيع وهلال بن أمية وكان غير مشكوك أبدا في إسلامهم لكنهم أبطأوا في اللحاق بالنبي وتحرق جيش المسلمين إلى تابوك وكان عددهم 30 ألف مسلم واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهله وكان علي يحب الجهاد في سبيل الله ولكنهم تثل لكلام النبي إلا إن بعض المنفقين في المدينة بدأوا يتكلموا على علي وإن النبي تركوا في المدينة علشان يخفف عنه مشقة الحرب فحزن علي بن الكلام ده وخرج علشان يلحق بالجيش ولكن النبي لما شفوا قاله كذبوا ولكني خلفت كلمة تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وبالفعل رجع علي مرة أخرى على المدينة المهم يا صديقي وجيش المسلمين في الطريق اشتد عليهم الحر وخلص من معاهم المياه فقاموا بذبح الإبل علشان ياخدوا من بطنها المياه وبعدها وهم في الطريق مروا على مساكن قوم الثمود ولما مروا عليها وجدوا فيها بئر فقام المسلمين أخذوا من البئر ده مية وعجنوا بالعجين ولكن لما شفوا من النبي نهاهم أنهم يشربوا أو يكلوا من العجين اللي تعجن بمية البئر ده وأنهم يقدموا العجين ده للحيوانات ولا يأكلوا ولم سألوا النبي عن السبب قال لهم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم وبعدها صديقي كمل الصحابة والنبي في طريقه وقبل ما يوصلوا تابوك قال النبي للصحابة إنهم هيمروا على مبطئة فيها بئر ونهاهم إنهم يشربوا منه ولكن صديقي في اتنين من المسلمين سبقوا الجيش وشربوا من البئر ده فرمهم النبي على فعلهم وبعدما وصل الصحابة والنبي للبئر ده كان فيه ماء قليل جدا وهم عددهم تلاتين ألف غير عدد الدواب اللي معاهم ولكن قام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في هذه الماء وأخذ يدعو الله عز وجل فزاد الماء في البئر وشرب كل الصحابة وكمان كل الدواب اللي كانوا معاهم في الجيش بعدها وصل النبي لتابوك وعسكر فيها وخطب خطبة بليغة تأثر بها الناس وزادت من عزمتهم ولما عرف الروم بقدوم جيش المسلمين وكثرت عددهم دب الله عز وجل الرعب في قلوبهم فانسحب منهم الكتير وتفرقوا في الوديان وأتهى صديقي جاء عدد من رؤساء القبائل النبي صلى الله عليه وسلم علشان يصالحوه على الجزية ومنهم ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب لكل واحد فيهم ومضنونه إن النبي صالحهم على الجزية وأنهم لا يفعلوا المؤامرات ضد المسلمين وكان وجود النبي في تابوك حوالي 13 يوم أو 19 يوم وبعدها عزم النبي على الرجوع للمدينة شوف يا صديقي النبي لما كان في طريق التابوك جعل مجموعة من المنافقين على رأسهم أبو عامر الراهب الفاسق وقالوا للنبي إنهم بنوا مسجد بالقرب من مسجد قباء وعوزين النبي صل فيه وكان النبي لا يعرف نيتهم من بناء المسجد فأل النبي ليهم لما يرجع من تابوك هيرح المسجد اللبنو وصل فيه ولكن ربنا عز وجل فضح أمرهم وأنزل آية في هذا المسجد فقال الله عز وجل في سورة التوبة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم فالله عز وجل أوحى للنبي بسؤنية هؤلاء المنافقين وإن سبب بنائهم للمسجد ده كفر بالله وإنهم عوزين يشيعوا الفرقة بين المسلمين ويصرفوهم عن الصلاة في مسجد قباء وأمر الله النبي أن لا يقوم ولا يصلي في المسجد ده أبدا فأمر النبي اتنين من الصحابة يحرق المسجد فتم حرقه بالكامل وتفرق الناس عنه ورجع النبي على المدينة هو وجيش المسلمين وفرح أهل المدينة بقدوم النبي والمسلمين وتهللت وجوههم من النصر ورجوع المسلمين وبعدها النبي ذهب للمسجد يصلي ولما صال النبي انتظر أهل الأعذار اللي تخلفوا عن الخروج في الغزوة انتظر كل واحد منهم ييجي يقدم عذره وسبب عدم خروجه كان عددهم تمانين رجل وكان أغلبهم من المنافقين وجم على النبي يطلب منه أنه يستغفر ليهم فكان النبي بيأخذهم على ظاهر قولهم ويستغفر ليهم ولكن نزل قول الله عز وجل في سورة التوبة عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين والآية دي صديقي فيها عتاب من الله عز وجل للنبي عن عفوه عن هؤلاء المنافقين فكر صديقي الثلاثة من المسلمين اللي حكينا عنهم في بداية الحلقة وقلنا أنهم تخلفوا عن الخروج للغزوة ولكنهم كانوا من المنافقين هما كعب ابن مالك ابن أبي كعب ومرارة ابن ربيع وهلال ابن أمية أما عن كعب ابن مالك فهو أصلا كان قبل الخروج للغزوة جهز نفسه وقضى مال علشان يخرج مع النبي ولكن فجأة تبدل الحال فبيقول كعب أن النبي لما جد المدينة ودخل على الناس يعتذروا ليه كان النبي عارف نوايا كل واحد فيهم فكان كعب واقف بيشعر بالأسى والحزن فلما شفوا النبي نبع لي وسأله ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقال كعب بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لإن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله أن يسقطك علي ولإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وخرج كعب من عند النبي وهو حزين جدا وفضل منتظر أمر الله عز وجل فيه هو وهلال بن أمية ومرارة بن ربيع وأمر النبي المسلمين أنهم يعتزلوا التلاتة لدرجة أن المسلمين لما كانوا بيشوفوا كعب ما كانوا بيردوا عليه السلام وحتى لما كان بيدخل وقت الصلاة كان بيتعمد أنه يقرب من النبي ويسلم عليه ولكن النبي كان لا يرد عليه السلام ومن هول الأمر يا صديقي أعرف أهل الشام بقصة إعراض أهل المدينة عن كعب هو والاثنين اللي تخلفوا عن تابوك دون عذر ووصل الأمر أني قتل كعب رسالة من مليك غسال مكتوب فيها إنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هاوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فحزن كعب من الرسالة ورماها وبعدها بعت النبي رسالة لكعب أنه يعتزل زكتو فأمر كعب زكتو أن تذهب عند بيت أهلها وكان كعب يرجو أن يعفو النبي عنه وفضل كعب على الحال ده لمدة خمسين يوم وبعد الخمسين يوم كان بيصلي الفجر ضاقت عليه الأرض وفجأة كعب بسمع صوت منادي بيندح عليه وبيقول له يا كعب ابن مالك أبشر فعرف كعب أن الله عز وجل قد عفى عنه فسجد لله وبعدها خرج علشان يقابل النبي فلما شفوا النبي قال له أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك وبشر النبي بتوبة الله عليه هو وباء الثلاث المؤمنين إلا تخلفوا ونزل فيهم قول الله عز وجل في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم فكر صديقي ثقيف اللي النبي رح صرهم في غزوة الطائف ودع عليهم أنهم يدخلوا الإسلام بعد غزوة تابوك ودخل شبه الجزيرة العربية بأكملها أدرك الثقيف أنها أصبحت مفردها فقرروا أنهم يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهبوا للنبي عرضوا عليه أنهم يدخلوا الإسلام ولكن بشروط وأول شرط أنهم مش هيجهدوا مع النبي فوافق النبي أما الشرط الثاني فعلوا له أنهم مش عاوزين يزكوا فوافق النبي وكل دا كان مقابل أنهم يدخلوا الإسلام وكان عندهم شرط كمان وهو أنهم لا يصلوا ولكن رد عليهم النبي وقال لهم لا خير في دين لا ركوع فيه فوافقوا وأرسل النبي معاهم عدد من الصحابة يهدموا الأصنام ويعلموهم أمور الدين وأوصاهم يخفف عنهم في الصلاة ولا يطيلوا لأن الناس دي حدثة عهد بالإسلام وفي نفس السنة مات رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وكفنوا النبي وصلى عليه واستغفر لي تخيل صديقي مدى حلم النبي وعطفه بالرغم أنه كان عارف أن عبد الله بن سلول منافق وأذى النبي وتحدث في عرضه بالسوء في حادث الإفك إلا أنه كان يعامل الناس باللين والعطف ولكن نزل قول الله عز وجل في سورة التوبة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ولما صلى النبي عليه نزل قول الله عز وجل في سورة التوبة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وبعدها يا صديقي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج وخرج معاه تلتمية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس السنة توفت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وحصل حدث كمان من الأحداث المهمة والمؤثرة في تاريخ الإسلام وهي قصة الغامدية اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم تقوله إنها زنت وإنها عوزة تطهر من الذنب فردها النبي لعلها تستر على نفسها وتسكت فأتت للنبي مرة أخرى فردها فجات للنبي مرة تلتة وقالت له إنها حبلة من الزنا فالها النبي تأتي لي بعد ما تضع ولدها وبالفعل يا صديقي جات الغامدية بعد تسعة أشهر للنبي وكانت وضعت الطفل فردها النبي وأنها تيجي بعد ما تفطمه وتتم رضاعة طفلها فيتل النبي بعد الفطام فأخذ النبي منها ابنها وأمر بشق حفر ليها ووضعت فيها وبدأوا المسلمون يرجموها بالحجارة فأخذ خالد بن الوليد حجارة فرماها على رأسها فخرجت منها الدماء وأصابت ثوب خالد فسبها خالد فنهى النبي عن سبها وقال له مهلا يا خالد فوالذي نفس بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسن لغفر له وأمر النبي بتكفنها وصل عليها ودفنها بعد غزوة تبوك واستقرار الأوضاع للنبي والمسلمين مع الروم والقبائل المحيطة بيها استقرت الأوضاع في المدينة وبدأت الوفود تيجي على النبي من كل بقاع شبه الجزيرة العربية منهم اللي جاي يعلن إسلامه ومنهم اللي جاي علشان يعلن الصلحة مع النبي ويدين بالولاء للمسلمين ويدفع الجزية وكانت الوفود يا صديقي في العام التاسع بعد الهجرة واتسمى العمدة باسم عام الوفود ومن ضمن الوفود اللي جات على النبي في المدينة هو وفد أهل نجران وكانوا من النصارى وجموا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سمعوا بالنبي واكتمعوا بي علشان يسألوا بعض الأسئلة عن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام فأنزل الله عز وجل آيات في عيسى وهي قوله في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين ولكنهم لم يقبلوا بهذه الآية لأنهم يؤلهون عيسى عليه السلام فالنبي قال لهم إن دا الحق وإنهم لا يشك فيه ولكنهم قالوا للنبي إن دا مش صحيح وإنهم بيتحدوا فدعاهم النبي للمباهلة والمباهلة صديقي معناها الملاعنة يعني الدعاء بنزل اللعنة على الكاذب فسألوا النبي عن الطريقة فألهم إنهم هيخرجوا كلهم ويدعوا أطفالهم ونساءهم ويكتمعوا ومن كان كذبا فيهم فهيقوموا بالدعاء لله عز وجل إنه ينزل علي لعنة فوفوا ولما أصبح الصباح نادى النبي على الحسن والحسين وفاطمة ونساء النبي رضي الله عنهم أجمعين علشان النبي يطلب المباهلة ودذكر في قول الله عز وجل فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ولكن أهل نجراه لما شفوا النبي بيجمع أهل بيت بالثقة دي خافوا ولم يخرجوا للنبي وقالوا قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيه وإني والله أرى أمرا ثقيلا والله لئن كان هذا الرجل ملكا متقويا فكنا أول العرب طعن في عينه ورد عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة وإن أدنى العرب منهم جوارا ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلا عناه لا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك وصلاحه من نبي على الجزية وفي عدد منهم دخل الإسلام ومن ضمن الوفود لجت صديق على النبي هو وفد بني حنيفة والوفد ذا صديقي كان في واحد اسمه مسيلمة الكذاب ولما وصل المدينة بدأت قبلته اللي هي قبيلة بني حنيفة تتبع النبي وتدخل الإسلام فقال مسيلمة إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته فالكلام وصل للنبي صلى الله عليه وسلم فذهب النبي عند مسيلمة وكان في إيده قطعة من جريد فقال النبي لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعد أمر الله فيك ولئن أدبرت لا يعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريد فالنبي يقصد بكلامه إن مسيلمة لو فضل على طغيانه والتكبره ده فربنا عز وجل هيعقره يعني هيقتله وكمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وقال إن شف رؤية وتأويلها هو حال مسيلمة فذكر أبو هريرة إن النبي شف رؤية وإحنا متفقين إن رؤية الأنبياء وحية وكما ضمن الرؤية هو إن النبي صلى الله عليه وسلم كلاب السوارين من ذهب فجال الوحي وقال له ينفخ فيهم وذهبوا عن النبي ولما سأل الصحابة النبي عن تأويل الرؤية قال لهم إن في اتنين كذبين هيخرجوا من بعد وفاة النبي يدعو النبوة وبعد فترة صديقي رجع مسيلمة مع قومه على بلدهم اللي هي اليمامة والدع النبوة وبعت للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة مضمنها من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك فإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمر ولكن قريشا قوم يعتدون فردع للنبي وقال له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين تخيل مدى جرئته وتعدي على النبي وبالرغم من كده هو لم ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الكبر والكراهية عاموا ألبع للحق شوف يا صديقي في السنة العشر من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى بلاد اليمن وأوصاه النبي بعدد من الوصاية فألوا النبي إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وكان معاذ بيستمع لكلام النبي بإنصط شديد وبعدها خرج النبي وادع معاذ ويمشي تحت راحلته وقال له يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري فأجهش معاذ بالبكاء حزنا على فرق المصطفى صلى الله عليه وسلم وانصرف معاذ لبلاد اليمن زي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم شوف يا صديقي بعد استقرار أوضاع المسلمين بشكل خاص وأوضاع شبه الجزيرة العربية بشكل عام فمنهم إلا دخل الإسلام ومنهم إلا على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي بداية العام العاشر من الهجرة توفي إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إبراهيم لم يطمل السنتين فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم وبكى عليه وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب والله يا إبراهيم إنا بك لمحزنون وفي الوقت ده صديقي حصل كسوف للشمس وكم من معتقدات العرب الخطئة إن لمحد لي شأن عظيم بيموت بتنكسف لموت الشمس فاعتقدوا يوم وفاة إبراهيم بن نبي إن الشمس اتكسفت لوفاته فألهم النبي إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله وبعدها بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب لبلاد اليمن على كن يعمل في القضاء فأل علي وقتها يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء فردع للنبي وقال له إن الله سيهدي قلبك ويثبت رسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء وفي مرة دخلت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاها السيدة عائشة وبتقول السيدة عائشة إن السيدة فاطمة كانت مشيتها بتشبه مشية النبي جدا فأقبلت فاطمة على النبي فرخب بيها وبعدها ملع لها النبي وأسر لها كلام فبكت فاطمة فبعدها ملع لها النبي مرة تانية ولكن في المرة دي ضحكت فبعد لما النبي خرك سألتها السيدة عائشة عن سبب ضحكها وبكاءها في نفس الوقت فقالت لها إنها مش هتفصح عن سر النبي ليها وفي نفس السنة قرر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج لأداء فريضة الحج وآلن النبي للقبائل من حوله بخروج للحج فتهفتت القبائل على مدينة رسول الله تريد الخروج بصحبة النبي في الحج ويقال إن عددهم كان أكتر من مئة ألف حج وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في شهر ذي القادة بصحبة المسلمين ومع النبي زوجاته رضوان الله عليهم قاصدين بيت الله الحرام فلما وصل النبي لمنطقة دي الحليفة وصل فيها النبي ثم طيبته السيدة عائشة رضي الله عنها بأطيب الطيب وأحرم النبي واستوى على راحلته وأهل بالحج وقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وفعل الناس مثل ما فعل النبي وأخذ معه الهدي ولما دخل النبي للبيت الحرام استلم الركن وكان الناس خلفه وطف بالبيت سبع أشواط وبعدها توجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وبعدها صلى النبي ركعتان وقرأ فيهم سورة الكافرون ثم سورة الإخلاص ثم استلم النبي الركن وبعدها خرج النبي للصفة ولما وصل عند الصفة قرأ قول الله عز وجل إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تقضع خير ومن تقضع خير فإن الله شاكر وسعى النبي بين الصفة والمروة سبعة فكبر النبي عليها وذكر الله عز وجل ووحده وهو يردد في السعي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وكان النبي يهرول في السعي وأمر النبي الصحابة اللي ما كانش معاهم هدي إنهم يتحللوا من أحرامهم ويكون دا عمر بالنسبة لهم ويحلقوا ويوم التروية يهل بالحج وفي الحالة دي هيكون اسمهم متمتعين لأنهم عملوا عمره وبعدها تحللوا وأهلوا بالحج بقي النبي على إحرامه ولم يتخلل لأنه أحرم بالحج وكان معه الهدي وفي الوقت ده جاء علي من اليمن يلحق بالنبي في الحج وكم عبد سأها معا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال إن عددها مئة بدنة ولما جاء يوم التروية وهو اليوم التام من ذي الحجة فأهل الصحابة بالحج ولكن دخل النبي على عائشة وكانت تبكي فلما سألها النبي عن سبب بكاها قالت له أنها حاضط وبالتالي مش هينفعت حج فهداها النبي وأن لها تغتسل وتحرم وإنها تتم كل المناسك مع عدد طواف وبعدها ذهب النبي لميناء وصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبعد طلوع الشمس سر النبي إلى عرفة وفي وقت الظهيرة أم النبي بالخضب في المسلمين فحمض الله وأثنى عليه وقال لهم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم اتخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضل بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد وبعدها أمر النبي بلال إنه يؤذن للظهر وصل النبي بالناس وفضل النبي على عرفات لحد غروب الشمس وأخبر النبي الصحابة بإن أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة وبشر المسلمين بإن ربنا أوحى لي إنه غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وقال النبي إن البشر دي للصحابة والمسلمين لحد يوم الإيامة ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفات قول الله عز وجل في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وبدأ النبي في الانصراف من عرفات وبدأ يحث الناس على السكينة حتى وصل النبي مزدلفة وصل فيها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين وانضجع النبي لحد وقت الفجر وبعدها صلى النبي الفجر وركب ناقته لحد لما وصل المشعر الحرام وكان صلى الله عليه وسلم بيذكر الله عز وجل لحد وقت طروع النهار ومش النبي قبل طروع الشمس متجه إلى مكان رمي جمرة العقبة فرمى النبي بسبح حصيات صغيرة وهو يكبر وقال للصحابة إنهم يتقلموا المناسك لأنه لا يدري هل سيكون موجود في العام القادم ولا لا وبعدها نحر النبي 63 بدن بإيده وأمر علي بن أبي طالب إنه يكمل النحر وأمر بطبخ جزء من الذبائح يأكل منها الناس وبعدها حلق وجلس علشان يرد على أسئلة المسلمين عن مناسك الحج وخطب النبي بالناس في ميناء وقال لهم أي شهر تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا شهرنا هذا قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا بلدنا هذا قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا يومنا هذا قال فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت فأل المسلمون نعم وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعدد من الوصاية وبعدها ركب النبي ذاهب إلى مكة فصل بها الظهر وبعدها آم بني عبد المطالب بالسقاية الحجاج من ماء زمزم ودي كانت عادة عند العرب قبل الإسلام وأقرها النبي وبعدها رجع إلى ميناء وفضل فيها أيام التشريق الثلاثة وبعدها رجع لمكة علشان يودع بيت الله الحرام والنسك ده معروف باسم طواف الوداع وخرج من مكة علشان يرجع على المدينة ولما كان في طريقه وصل عند منطأ اسمها غدير من مكة والمدينة فنزل النبي هناك وخطب خطبة وقال لهم أما بعد آلا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فلما الصحابة سألوا زيد بن أرقم عن منهم آل بيت النبي قال لهم أهل بيته من حرم الصدقة بعده وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وبعدها دخل النبي المدينة وأقم فيها بائذ الحجة والمحرم وصفر وبعدها أخرج النبي جيش المسلمين بقيادة أسامة بن زيد لغزو الروم وكان حديث السن ويقال إن عمره 17 سنة بعدها صديقي بدأ النبي يظهر عليه علامات المرض والتعب وكان صلى الله عليه وسلم يشعر بدونو أجله وأول علامات من علامات مرض النبي هو إنه كان بيشعر بألم شديد في رأسه واشتد على رسول الله المرض والتعب وفضل النبي يدور على النساء وكان بيشتق ليوم عائشة فلما جي يوم عائشة استكان واطمأن عندها وقتها طلب من زوجاته إنه يفضل عند عائشة وأرسل وقتها لعثمان بن عفان وقال له يا عثمان إن الله مقمسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه وفضل النبي في بيت عائشة تمرضه وكان لما اشتد عليه الألم ينفث من نفسه في يديه ويقرأ المعوذتين ويمسح بها على المكان إلا حاسس في بالألم وثقل المرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح غير قادر على القيام والصلاة بالناس فلما حضر وات الصلاة اغتسل النبي وتجهز علشان يخرج يصلي بالناس ولكنه سقط وأغمي عليه ولما فاء سأل عن هل الناس صلوا ولا لا فألت السيدة عائشة للنبي إنهم منتظرينه فهم النبي بالاغتسال وتجهز علشان يخرج للناس مرة تانية ولكنه سقط وأغمي عليه واتكرر الموضوع ده أكثر مرة وفي النهاية قال لهم النبي مروا أبا بكر فليصلي بالناس ولكن واته السيدة عائشة قالت للنبي إن أبا بكر رجل رقيق وإنه لما بيصلي بيجهج بالبكاء ولكن قرر النبي كلامه وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فكررت السيدة عائشة كلامها مرة تانية فرد النبي بنفس الرد مرة تانية والسيدة عائشة قالت للسيدة حفصة تخبره أن أبا بكر رقيق القلب وإنه بيبكي في الصلاة والناس مش بتسمع فلما السيدة حفصة قالت كده للنبي غضب النبي وقال لهم مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف وبالفعل بعدت السيدة عائشة والسيدة حفصة بكلام النبي لأبي بكر وبالفعل قام أبو بكر وصل بالناس ولكن فضل المرض يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أو كيتهن لعلي أعهد إلى الناس وبالفعل امتثلوا لطلب النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يصب عليه الماء وبعدها جتنا من الصحابة علشان يحملوا النبي ليخرج على الناس ولكن اشتد ضعف جسد النبي وخرج على الناس وكان ده وقت صلاة أبو بكر بالناس فهم أبو بكر علشان يتنحل النبي علشان يقف في محراب الإمام ولكن رفض النبي وقال أصحابه يجلسوا بجانب أبي بكر فصل صلوات ربي وسلامه عليه قاعدا ولما انتهت الصلاة آمن نبي للمنبر وخطب في الناس وقال لهم إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا مشاء وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر وقال فديناك بأبائنا وأمهاتنا فنستعجبه من قول أبي بكر وقاله انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بأبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولكنتم اتخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلتتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك وكمل النبي كلامه قال أوصيكم بالأنصار فإنهما كريشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم وكانت السيدة فاطمة حزينة على ما أصاب أبيها من مرض وكانت بتقول وكرب أباه فألها النبي ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما عرف أسامة بن زيد ما أصاب النبي من مرض عازم هو والجيش على الرجوع للمدينة علشان يطمنوا على النبي ولما وصل أسامة عند النبي فضل النبي يضع إيده على أسامة ويرفاح للسماء وفضل النبي كرر الأمر أكتر من مرة وكان لا يقدر على الكلام فعرف أسامة أن النبي بيد عليه وثقل المرض أكثر وأكثر على النبي ولم يخرج عليه من نبي لمدة ثلاثة أيام ولكن في الفجر خرج النبي وكشف ستار حجرة عائشة ونظر للمسلمين وهم بيصلوا وتبسم صلوات ربي وسلامه عليه فظن الناس أن النبي أصبح بخير وخرج للصلاة بيهم ولكن بعدها دخل النبي مرة أخرى فدخل علي علشان يطمئن عليه ولما خرج على المسلمين سألوه هل النبي بخير فطمأل المسلمين وقال لهم إن صحة النبي جيدة ولكن العباس مكنش مقتنع بكلام عليه وقال له إن يعرف شكل وجوه بني عبد المطالب عند الموت ولما دخل النبي من المسجد وقت لما تبسم في وجه الصحابة اضجع في حجرة السيدة عائشة فدخل عليهم عبد الرحمن بن عوف وكان في إيد سواك فنظر النبي للسواك ولكن لم يتكلم فعرفت السيدة عائشة إنه حابب يستاك فسألته هل يحب يستخدم السواك فأومى النبي برأسه فأخذت السيدة عائشة السواك من عبد الرحمن وأعطته للنبي ولكنه كان شديدا عليه فسألته السيدة عائشة هل تلين السواك فأشار النبي برأسه فأخذته وألنته له فاستاك النبي بالسواك وهو مضجع على صدر السيدة عائشة ولكن وقع السواك من يد النبي الشريفة وكان بجانبه قدر فيه ماء فوضع النبي يده في الماء وأخذ منها ووضع على وجهه الشريف وفضل النبي يردد لا إله إلا الله إن للموت سكرات فأخذت السيدة عائشة يد النبي وفضلت تمررها على صدره هي تقرأ دعاء النبي اللهم رب الناس أذهب الباس فانتزع النبي يده من يد السيدة عائشة وفضل يردد أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد وثقلت رأس النبي في حجر السيدة عائشة وأخذ يردد اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى وفاضت نفس النبي الشريفة وصعدت روحه الطاهرة إلى بريها وغاب عن الدنيا خير البشر وسيدها وكان هذا أسوأ ما مر على البشرية جمعاء رحل محمد سيد الخلق نور الله على أرضه تاركا أمة واحدة تجمعها راية واحدة بعد أن كانت قبائل متفرقة يحملهم قلب رجل واحد أمة غلب علمها وثقافتها الدنيا وأصبحت حضارتها ملء الأسماع والأبصار هاستنى رأيكم في التعليقات وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة واتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد سلام ترجمة نانسي قنقر